كتاب أحجار على رقعة الشطرانج للأميرال ويليام جايكار خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الذكي أفكارهم أفكار إثم وفي طرقهم اعتصاب وسعق طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عل جعلوا لأنفسهم سبنا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما أشعيه الأصحاح 59 المؤامرة العالمية مدخل جذور المؤامرة الصهيونية العالمية الإلحادية إذا كان ما سأكشف عنه سطار فيما يلي سيغثير دهشة والسغراب ما سيقرأ هذه الأسطر فإني لا أرجو من القارئ إلا يشعر بمركب نقص حين أولن له بصراحة أنني شرعت في العمل منذ عام 1911 مستهدفان الوصول إلى كنه السر الخفي الذي يمنع الجنس البشرية من أن يعيش بسلام وينعم راغدا بالخيرات الوفيرة التي منحها الله لنا ولم أستطع النفاذ إلا قلب هذا السر أخيرا حتى عام 1950 فعرفت أن الحروب والثورات التي تعصف بحياتنا والفوضى التي تسيطر على عالمنا ليست جميعا سوى نتائج مؤامرة شيطانية مستمرة بل لعل هذه المؤامرة بدأت في ذلك الجزء من الكون الذي نسميه الفردوس حين تحدى الشيطان الحق الإلهي في أن تكون كلمة الله هي السلطة العليا وقد أخبرتنا الكتب المقدسة كيف انتقلت المؤامرة الشيطانية من جنات عدن إلى عالمنا الأرضي وكنت الحقائق والبديهيات المتناثرة التي عثرت عليها في كل أرجاء العالم متقطعة الحلقات لا يمكن تنصيقها واستمر ذلك حتى وصلت إلى الحقيقة وأدركت أن معرفتنا ليست مع مخلوقات عادية من لحم ودم بل مع القوى الروحية والفكرية التي تعمل في الظلام وتسيطر على معظم هؤلاء الذين يشغلون المراقز العليا في العالم بأسرح ولا يخجلني هنا أن أعترف بأن الكتب المقدسة هي التي أوحت إلي بمفتاح الدرب الذي محد إلي الوصول إلى الجواب عن تساؤلات السابقة إن الكتاب المقدس يذكر لنا وهذا ما ينساه معظمنا أن الشيطان كان من أكبر سكان الفردوس ذكاء ودهاء ومقدرة وأن روحه باقية لم تفنى كما تخبرنا الكتابات المقدسة كيف يخرج الشيطان وأتباعه عن قواعد الدستور الإلهي الذي يمنح المخلوقات الضعيفة حق المعرفة والحب ويرسم عالما مليئا بالكمال بينما تقوم عقيدة الشيطان على أن الحق هو القوة وأن الأفراد الذين يتمتعون بذكاء وتفعوق الحق في كافة المخلوقات الأخرى لأن الجماهير تجهل ما هو صالح لها وهذه العقيدة كما نرى هي عين ما ندعوه في إصلاحتنا المعاصرة بالطهيان أو الحكم المطلق وليست التوراة العهد القديم في الواقع سوى قصة الشيطان حين أصبح سيد العالم أجعل أجدادنا الأولين يحيدون عن جانب الحق فتأسس كنيس الشيطان على الأرض ثم تخبرنا التوراة كيف شرع هذا الكنيس منذ أذن في التعامر لمحاربة الدستور الإلهي وقد بعث المسيح إلى الأرض في الوقت الذي بلغت فيه المؤامرة مرحلة أصبح الشيطان فيها المسيطر على كل هؤلاء الذين يشغلون المراكز العليا في العالم ففضح المسيح كنيس الشيطان وهاجم أتباع الكنيسة مسميا إياهم أبناء الشيطان وقد عرف المسيح بالتحديد أبناء كنيس الشيطان بأنهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم اليهود قائلا إنهم كاذبون لا يدينون بأي دين كما ورف كبار الصرفي النقود أنائذ وهم يرادفون كبار أصحاب البنوك الحاليين ووعدنا بأننا إذا نفذنا ما طلب إلينا فإن معرفة الحقيقة سوف تحررنا من ربقة هذه المؤامرة ولكننا أهملنا القيام بالواجب الذي عحد إلينا السيد المسيح وكان ذلك بكل بساطة السبب في أن المؤامرة تطورت منذ إذن حتى كادت أن تدخل مرحلتها قبل النهائية الصهيونية الحديثة المؤامرة الجديدة منذ المهد حتى عصرنا الخاضر في عام 1784 ضربت يد الله ضربتها فوضعت تحت حيازة الحكومة البافارية براهين قاتعة على وجود المؤامرة الشيطانية والسمرارها وفيما يلي تفاصيل هذه الواقعة وملابساتها كان عدم إذهب تكلولوسيا جيزوتيا وأستاذا للأخوت والقانون الديني في جامعة إنجولشتوت ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني وفي عام 1770 استأجره المرابون الذين قاموا فيما بعد بتنظيم مؤسسة روشلد لمراجعة وإعادة تنظيم البروتوكولات القديمة على أسس حديثة والهدف من هذه البروتوكولات هو التمهيد لكنيس الشيطان للسيطرة على العالم كما يفترض المذهب الشيطاني وأيديولوجيته على ما تبقى من الجنس البشري بعد الكائثة الاجتماعية الشاملة التي يجري الإعداد لها بطرق شيطانية طاغية وقد أنحى وايز هوبت مهمته في الأول من مارس 1776 ويقوم هذا المخطط الذي رسمه وايز هوبت على تضمير جميع الحكومات والأديان الموجودة ويتم الوصول إلى هذا الهدف عن طريق تقسيم الكوييم إلى معسكرات متنابدة تتصرع إلى الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دون متوقف اقتصادية وسياسية وأنصرية واجتماعية ويقتد المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد قلقها ثم يجري تدبير حادث في كل مرة يكون من شأنه أن تنقذ هذه المعسكرات على بعضها بعضا فيضعفون أنفسهم ويحطمونها ويحطمون الحكومات الوطنية والمؤسسات والقواعد الدينية وفي عام 1776 النظم ويسهبت جماعة النورانيين للبدء في تنفيذ مخاطط المؤامرة وكلمة النورانيين تعبير شيطاني معناه الحقيقي حملة النور فلاجأ إلى الكذب مدعيا أن هدفه الوصول إلى حكومة عالمية واحدة تتكون من ذو المقدرات الفكرية الكبرى ممن يتم البرهان على تفوقهم الفكري وستطاع بذلك أن يضم إليه ما يقرب من ألفين من الأتباع من بينهم أبرز المتفوقين في مياذين الفنون والآداب والتعليم والعلم والاقتصاد والصناع وأسس عدائد محفل الشرق الأكبر ليكون مركزا يتضمن رجال المخاطط الجديد الذي نضمه ويسهبت للتعليمات الآتية التي يجب على أتباعه استعمالها للوصول إلى الهدف واحد استعمال الرشوة بالمال والجنس للوصول إلى السيطرة على الأشخاص الذين يشغلون المراكز الحساسة على مختلف المستويات في جميع الحكومات وفي مختلف مجالات النشاط الإنسانية ويجب عندما يقع أحد هؤلاء الأشخاص ذوي النفوذ في شراك النورانيين أو إغراءاتهم أن يحط بالعقد من كل جانب ويستنزف للعمل في سبيلهم عن طريق الابتزاز بالتهديد السياسي أو الخراب المالي أو جعله ضحية لفضيحة عامة كبرى أو حتى بالإيذاء الجسدي وارتكاب جريمة القتل اتجاهه أو اتجاه أسرته أو من يحبهم إثنين يجب على النورانيين من يعملون كأساتذة في الجامعات والمعاهد العلمية أن يولوا اهتمامهم إلى الطلاب المتفوقين عقليا والمنتمين إلى أسر المحترمة ليولدوا فيهم الاتجاه نحو الأممية العالمية كيما يجري تدريبهم فيما بعد تدريبا حاصا على أصول المذهب العالمي ويشربوهم إياه ويتم هذا التخصيص عن طريق تخصيص الطلاب المخترين بمنح دراسية فيولقن هؤلاء الطلاب فكرة الأممية أو العالمية حتى تلقى القبول منهم ويرسخ في أذهانهم أن تكوين حكومة واحدة في العالم بأسره هو الطريقة الوحيدة للخلاص من الحروب والكوارث المتوالية ويجب إقناعهم أولا ثم يجري ترسيخ العقيدة لديهم بعد ذلك بأن الأشخاص ذوي المواهب والملكات العقلية الخاصة لهم الحق في السيطرة على من هم أقل كفاءة وذكاء منهم لأن الجويين يجهلون ما هو صالح لهم جسديا وعقليا وروحيا ويوجد في العالم اليوم ثلاث مدارس خاصة بذلك وتقع واحد الأولى في بلدة جوردينستون في سكوتلندا والثانية في بلدة سالم في ألمانيا والثالثة في بلدة أنافريتا في اليونان وقد درس الأمير فيليب زوج الملك إليزابيت الثانية في جونديستون بتطبير من عمه اللورد لويس مونتاتين الذي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية قائد الأعلى للبحرية البريطانية ثلاثة وينص البندو الثالث من مخاطط ويزهوبت على أن المهمة التي يجب أن تعهد للشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين والطلاب الذين تلقوا التدريب الخاص هي استخدامهم كعملاء وإحلالهم في المراكز الحساسة خلف الستار لدى جميع الحكومات بصفة خبرائنا واختصاصيين بحيث يكون في إمكانياتهم تقديم النصح إلى كبار رجال الدولة وتوجيههم لاعتناق السياسات يكون من شأنها بعد أمد طويل أن تخدم المحططات السرية لمنظمة العالم الواحد أربع ويقتضي البندو الرابع بأن على النورانيين الوصول إلى السلطرة على الصحافة وكل أجهزة الإعلام الأخرى ثم على الأخبار وتنوير إعلام جماهير الجويهين بحيث ينتهي الأمر بهم إلى حملهم على الاعتقاد بأن تكوين حكومة أممية وحدة هو الطريق الوحيد لحل مشاكل العالم المختلفة وكانت إنجلترا وفرنسا أعظم قوتين في العالم في تلك الفترة إنهاية القرن الثامن عشر وهذا ما حد بوايز هوبت أن يصدر أوامره إلى جماعة النورانيين لكي يثيروا واحد الحروب الاستعمارية لأجل إنهاك بريطانيا وإمبراطوريتها اثنان يثيروا وينظموا ثورة فرنسية كبرى لأجل إنهاك فرنسا وقد انفجرت هذه الثورة عام 1789 وعحد إلى كاتب ألماني اسمه تسغاك بأن يجمع مخططات ويذهبت على شكل كتاب فقام بذلك وجعل عنوان الكتاب بالألمانية المخطوطات الأصلية الوحيدة وفي عام 1784 أرسلت نسخة من هذه الوثيقة إلى جماعة النورانيين الذين أوفدهم وإزهبت إلى فرنسا لتدبير الثورة فيها ولكن سائقة انقضت بينما كان حامل الرسالة في طريقه لتنفيذ مهمته فأرقته صريعا على الأرض مما أدى إلى العثور على الوثيقة التخريبية من قبل رجال الأمن لدى تفتيشهم جثته فسلم هؤلاء الأوراق إلى السلطات المختصة في حكومة بافاريا ودرست الحكومة البافارية بعناية وثيقة المؤامرة فأصدرت أمرها إلى قوات الأمن لاحتلال محفل الشرق الأكبر الذي كان وإزهوبت قد أسسه مؤخرا كما دهمت منازل عدد من كبار شركائه من الشخصيات الكبيرة بينها القصر الحصين الذي يسكنه البارون باسوس في سادنستورف وعثرت فيه على وثيقة إضافية أقنعتها بأن الوثيقة الأصلية نسخة من مؤامرة رسمها الكنيس اليهودي الذي يسيطر على جماعة النورانيين معتزما فيها استخدام الحرب والاضطرابات حتى يصل بإحدى الطرق لإنشاء حكومة على أي شكل كانت تسيطر على العالم ثم الوصل إلى السيطرة على مقدرات هذه الحكومة وما فاتيح السلطة فيها حتى يتم إنشاؤها وهكذا أغلقت حكومة بافاريا المحفل الشرق الأكبر عام 1785 واعتبرت جماعة النورانيين خارجين عن القانون وفي عام 1787 نشرت سلطات بافاريا تفاصيل المؤامرة وكان عنوان هذه الوثيقة الكتابات الأصلية لمذهب ومنظمة النورانيين وأرسلت نسخا منها إلى كبار رجال الدولة والكنيسة ولكن تغلق للنورانيين ونهوذهم كان من القوى بحيث تجوهل هذا النذير كما تجوهلت قبله تحذيرات المسيح ذاتها إلى العالم انتقل نشاط النورانيين منذ إذن إلى الخفاح وأستروا إزعاب تعليماته إلى أتباعه بالتسلل إلى صحوف الجمعيات الماسونية السريح التي كان اسمها الماسونية الزرقاء وتوين جمعية سرية في قلب هذه الجمعيات السرية مهمتها تلقين الأممية أو العالمية إلى الماسون الذين يبرهنون عن ميلهم إليها وعن هجرانهم لكل فكرة إلهية أو دينية واستخدم النورانيون قناع البر والإحسان لتغطية نشاطهم التخريبي الهدام وعندما شرعوا في تمهيد للتسلل إلى المحافل الماسونية الإنجليزية وجهوا الدعوة إلى جون روبينسون لزيارة الدول الأوروبية وكان روبينسون أحد كبار الماسونية في سكوتلندا وأستاذ للفلسفة جمعة إيدنبورغ وأمين عام للجمعية الملكية في إيدنبورغ عاصمة سكوتلندا ولكن خداتهم لم تنطل على روبينسون ولم يصدق بأن الهدف الذي يريد العالميون الوصول إليه هو إنشاء ديكتاتورية صغيرة إلا أنه احتفظ بمشاعره لنفسه ثم أحد إليه النورانيون بنسخة منقحة من مخاطط مؤامرة ويزهاوت لدرستها وللحفاظ عليها وفي عام 1789 تفجرت الثورة في فرنسا بسبب ردوخ رجال الدولة والكنيسة فيها للنصح والذي وجه إليهم لتجاهل التحذيرات التي تلقوها فخشي روبينسون امتداد الخطر إلى البلدان الأخرى وعمد في سبيل درئيه لنشر كتاب سنة 1789 اسمه المؤامرة لتدمير كفة الحكومات والأديان ولكن هذا التحذير تجوهل أيضا كما تجوهلت التحذيرات السابقة وكان توماس جيفرسون أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية ورؤساء جمهوريتها قد أصبح تلميذا لويزهاوت كما كان من أشهد المدافعين عنه عندما أعلنت حكومة بلاده خارجا على القانون وعن طريق جيفرسون تم تغلغل النورانيين في المحافل الماسونية الحديثة التشكيلة إناء ذا في نيو أفلاند المنطقة التي تضم عددا من الولايات الأمريكية الأصيلة في شؤون الولايات المتحدة وفي عام 1789 حذر جون ريبونسون الزعماء الماسونيين من تغلغل جماعة النورانيين في محافلهم وفي تموز 1798 أدل ديفيد بابلاز رئيس جامعة هارفورد من نفس التحذير إلى المتخرجين ووضح لهم النفوذ المتزايدة للنورانيين في الأوساط السياسية والدينية في الولايات المتحدة الأمريكية كان جون كوينسي أدامس قد نظم المحافل الماسونية في نيو أفلاند إنجلترا الجديدة وقرر عام 1800 ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ضد جيفرسون فكتب ثلاثة رسائل إلى الكورونيل ويليام إستون شاريحانكي فاستخدم جيفرسون المحافل الماسونية لأهداف تخريبية ومما يؤكد صحة مدمون هذه الرسائل نجاح جون كوينسي أدامس في انتخابات الرئاسة ولا تزال هذه الرسائل محفوظة في مكتبة دينتنبورغ سكوير في مدينة فيلازيلفيا وفي عام 1826 رأى الكابتن ويليام مورغان أن واجبه يقتضي منه إعلام بقية الماسونيين والرأي العام بالحقيقة فيما يتعلق بالنورانيين ومخططاتهم السرية وهدفهم النهائية فكلف النورانيون واحدا منهم وهو إنجليزي اسمه ريتشارد هاورد بتنفيذ حكمهم فكلف النورانيون واحدا منهم وهو إنجليزي اسمه ريتشارد هاورد بتنفيذ حكمهم الذي أصدروه عليه بالموت كخائن لهم وشعر الكابتن مورغان بالخطر فحاول الهرب إلى كندا ولكن هاورد تمكن من الحق به بالقرب من الحدود حيث اغتاله في ودن ياجرا وقد أمكن العثور على شخص من نيويورك اسمه آفري آلن أقسم يمين أنه سمع هاورد هو يقدم تقريرا في اجتماع لجمعية سرية في نيويورك اسمها فرسان المعبد باسم منظمة الفرسان الصالبيين كانت قد تأسست في سوريا خلال الحروب الصالبية وقد شرح في هذا التقرير كيف نفذ حكم الإعدام بالكابتن مورغان وقد اتخذ ترتيبات أدت إلى نقل القاتل بعيدا إلى إنجلترا وليعلم سوى القليلون اليوم أن هذا الحادث أدى أنائذ إلى السياء وغضب ما يقرب من 40% من الماسونين في شمال الولايات المتحدة وهجرانهم للماسونية ونستطيع تصور مقدار نفوذ القائمين على المؤامرة الشيطانية إذا تذكرنا أنهم استطاعوا عن طريق عملائهم حث حوادث بارز كهذه من مناهج التاريخ التي تدرس في المدارس الأمريكية وفي عام 1929 عقد النورانيون مؤتمرا لهم في نيويورك دعي إليه نوراني إنجليزي اسمه رايت وعلم فيه المجتمعين أن جماعاتهم قررت ضم الحركات الهيلانسية الفوضويون في روسيا وأوروبا الوسطى خلال القرن الماضي والمجتمعات الإلحادية في أوروبا إلى بعدها وفي عام 1829 عقد النورانيون مؤتمرا لهم في نيويورك دعي إليه نوراني إنجليزي اسمه رايت وعلم فيه المجتمعين أن جماعاتهم قررت ضم الحركات الهيلانسية الفوضويون في روسيا وأوروبا الوسطى خلال القرن الماضي والمجتمعات الإلحادية في أوروبا إلى بعدها في منظمة عالمية أطلق عليها اسم الشعوعية والهدف من هذه القوة التخريبية التي ستملكها هذه المنظمة التمهيد لجماعة النورانيين لإثارة الحروب والهيجانات المستقبلية وقد عين ثلاثة أشخاص لإرساء قواعد هذا المشروع الخطير الذي مول من كلينتر روسفيلت الجد المباشر لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين روسفيلت وقد مولت هذه الأرصدة كارل ماركس وإنجليز عندما كتب رأس المال والبيانة الشعوعية في حي سوه الواقع في قلب لندن وفي عام 1830 مات وايزهاوت بعد أن ادعى أتباع منه لنصيحات مستشاريه الرحانيين أنه قد تاب وعد إلى أحضان الكنيسة إن مهمة النورانيين في المخطط الملقح الذي وضعه وايزهاوت للمؤامرة اليهودية القديمة قدم الزمن هي تنظيم وتوجيه السيطرة على جميع المنظمات والجمعيات العالمية عن طريق إيصال عملائهم إلى المراكز القيادية الحساسة فيها ففي الوقت نفسه الذي كان فيه كارل ماركس يكتب البيانة الشعوعية تحت إشراف جماعة من النورانيين كان البروفيسور كاركريتر أستاذ في جامعة فرانكفورت يكتب النظرية المعاكزة للشعوعية تحت إشراف جماعة آخرين من النورانيين أنفسهم بحيث يكون كما سيتبين في المستقبل في مقدرة رعوص المؤامرة العالمية استخدام النظريتين المتعكستين أي الاختلاف بين هاتين الأيديولوجيتين في التفريق بين الأمم والشعوب بصورة يقسم فيها الجيش البشري شيئا فشيئا إلى معسكرين متناحرين ويمهد هذا للمرحلة التالية وهي تسليح كل من المعسكرين ودفعه للانقضاد على الآخرين حتى يدمر بعدهما ويتدمر كل ما لديهما من نظم سياسية وروحية وقد أكمل العمل الذي أشرع به رايتر من قبل ذلك الجرماني الذي اشتهر كفيلسوف وهو فريدريك مؤسس المذهب الفلسفي المشهور الذي يعرف باسم نيتشيزم أو فلسفة نيتشي وكان هذا المذهب الأساس الذي تفرأ عنه فيما بعد المبدأ الفاشستي ثم المبدأ النازي وهذه المذاحب الثلاثة هي التي أذنت للنورانيين عن طريق عملائهم بإشعال نيران الحربين العالميتين الأولى والثانية وفي عام 1834 اختار النورانيون الزعيم الثورية الإيطالية الشهيرة مازين ليكون منفذ برنامجهم لإثارة الإضطرابات في العالم واستمر هذا المنصب في يدي مازيني حتى مات في عام 1872 وقد جئ إليه عام 1840 بالجنرال الأمريكي ألبرت بايك الذي لم يلبث أن وقع تحت تأثير مازيني ونفوذه وكان الجنرال بايك شديد النقمة أنئذن لأن الرئيس الأمريكي سرح القوات الهندية الملحقة بالجيش والتي كانت تحت قيادته أنئذن بسبب ارتكابه فضائع وحشية تحت قناع الأعمال الحربية فتقبل الجنرال بايك فكرة الأممية العالمية تحت سيطرة حكومة واحدة حتى أنه أصبح فيما بعد حد الرؤساء الروحيين للمؤامرات العالمية وعمل في الفترة ما بين عامي 1859 و 1870 في وضع مخطط عسكري مفصل لحروب عالمية ثلاث وثلاث ثورات كبرى اعتبر أنها جميعا سوف تؤدي خلال القرن العشرين إلى وصول المؤامرة إلى مرحلتها النهائية قام الجنرال بايك بمعظم عمله في قصره المكوم من 13 غرفة الذي أنشاه في بلدة ليتاروك عاصمة ولاية أرنكساب وعندما أصبح النورانيون ومعظم المحافل المسونية موضع للشبوهات والشكوك بسبب النشاط الثوري الواسع الذي قام به مازيني أخذ الجنرال بايك على عاتقه مهمة تجديد وإعادة تنظيم المسونية حسب أسس مذهبية جديدة فأسس الثلاثة مجالس عليا مركزه الأول منها في شارلستون في ولاية كارولين الجنوبية في الولايات المتحدة والمركز الآخر في روما والمركز الثالث ببرلين وعهد إليه مازيني بتأسيس عشرين مجلسا آخر تابعا لهم وزعة على المراكز الرئيسية في كل أرجاء العالم وأصبحت تلك المجالس منذ إذن وحتى الآن مراكز القيادة العالمية العامة السرية للمؤامرة العالمية وقد نظم العلماء التابعون للنورانيين قبل زمن من إعلان العالم ماركون اكتشافه للراديو واللسلكي وسائل للتصالب اللسلكي بين الجنرال بايك ورؤساء المجالس المذكورة وقد اكتشفت المخابرات الأمريكية هذا السر بعد أيضا وجعلهم ذلك يدركون كيف أن أحداث غير ذات صرعة ظاهرية مع بعضها تقع في أمكنة مختلفة من العالم في وقت واحد فتخلق ظروف نوم لبسات خطرة حول أحد هذه الأحداث بالذات فلا تلبث أن تتطور حتى تنقلب إلى حرب نوايا جان كان مخاطط بايك بسيطا وشديد الفعالية في الوقت نفسه كما برهنت الأحداث ويقتضي تنظيم الحركات العالمية الثلاث ألف الشعيع باه النازية المشتقة من نظريات نتشي كما سلف جيم الصهيونية السياسية وكذلك الحركات العالمية الأخرى للتمهيد والإعداد لإشعال نيران ثلاثة حروب كونية وثلاث ثورات كبرى فالهدف من الحرب العالمية الأولى هو إطاحة المجال للنورانيين للإطاحة بحكم القياصرة في روسيا وجعل تلك المنطقة معقلة الحركة الشيوعية الإلحادية وتم التمهيد لهذه الحروب بوسطة الخلافات بين الإمبراطوريتين البريطانية والألمانية هذه الخلافات التي ولدها في الأصل عملاء النورانيين في تلك الدولتين وجاء بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بناء الشيوعية كمذهب واستخدامها لنسف ما يمكن نسه من الحكومات والدول وتدمير المعتقدات الروحية للشعوب أما الحرب العالمية الثانية فقد مهدت لها الخلافات بين الفاشيين وبين الحركة الصهيونية السياسية وكان المخطط المرسوم لهذه الحرب أن تنتهي بتدمير النازية وازدياد سلطان الصهيونية السياسية حتى تتمكن أخيرا من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين كما كان من الأهداف المرسومة لهذا المخطط أن يسطر بناء الشيوعية العالمية ويدعمها حتى تصل إلى مرحلة تعادل فيها قوتها مجموعة قوى العالم المسيحي الغربي ويقتضي هذا المخطط إذا كإقافها عند هذا الحد حتى يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة التالية وهي التمهيد للكارثة الإنسانية الكونية الثالثة والنهائية وإني أتسأل هل يستطيع أي شخص ذو الطلاع أن ينكر أن روزفيلت واتشارشل كان يونفذان هذه الخطة نوصل إلى الحرب العالمية الثالثة المقبلة وهذه رسم خطط وهذه رسم المخطط لها أن ترشب بنتيجة النزاع الذي أثاره النورانيون بين الصهيونية السياسية وبين العالم الإسلامي ويقضي المخطط المرسوم بأن تقاد هذه الحرب وتوجه بصورة يحطم فيها العالم العربي ومن ورائه الإسلام ذاته والصهيونية السياسية بما فيها دولة إسرائيل بعد هو في الحين نفسه الذي توجد فيه أمم العالم الأخرى نفسها مجبرة على الانقسام إلى معسكرين حول هذا الخلاف وأن يلتحم هذان المعسكران بعدهم ببعد حتى يصل العالم بأسره إلى درجة الإعياء المطلق الجسمي والعقلي والروحاني والاقتصادي وأتسأل ثانية هل يستطيع أي شخص حيادي سليم المنطقي أن ينكران المؤامرات الخفية التي تجري الآن في الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأقصى تلتقي جميعا في مخاطط واحد منصق هدفه الوصول إلى هذه النتيجة الشيطانية ومنذ عام 1871 وعلى التحديد في الخمس عشر عام 1871 أخبر الجنرال بايك مازيني أن هؤلاء الذين يعملون للوصول إلى السلطرة المطلقة على العالم سوف يسببون بعد نهاية الحرب العالمية الثالثة أعظم فاجعة على الإطلاق عرفتها الإنسانية في تاريخها وسوف نريد في ميالي كلماتها المكتوبة ذاتها مأخوذة من تلك الرسلة التي يحتفظ بها المتحف البريطاني في لندن سوف نربط الحركات الفوضوية بالحركات الإلحادية وسوف نعمل لإحداث كارثة إنسانية عامة سوف تبين بشاعتها اللامتناهية لكل الأمم نتائج الإلحاد المطلق وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر العزة الدموية الكبرى وعندئذ سيجد مواطن جميع الأمم أنفسهم مجبارين على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك الأقلية من دعاة الثورة العالمية فيحبون للقضاء على أفرادها محطمي الحضارات وستجد أنئذ الجماهير المسيحية فكرتها اللهوتية قد أصبحت تائهة غير ذات معنى وستكون هذه الجماهير بحاجة متعطشة إلى أي عقيدة وإلى من تتوجه إليه بالعبادة فتجد عندئذ النور الحقيقي من عقيدتنا نحن عقيدة النورانيين الشيطانية التي ستصبح ظاهرة عالمية وستقدم أنئذ وأخيرا إلى الجماهير بصورة علنية وسيكون تولد هذه الظاهرة نتيجة لرد الفعل العام لدى الجماهير تتبع مباشرة تدمير المسيحية والإلحاد معا وفي وقت واحد مات مازين عام 1872 فعين الجنرال بايك سعيما ثوريا إيطاليا آخر اسمه لومي خليفة اللح وعندما مات لومي بدوره بعد ذلك خلفه لينين وتروتسكي وكان الممويلون للنشاط وفعاليات هؤلاء الأشخاص جميعا أصحاب البنوك العالميين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ويجب أن نذكر دائما أن أصحاب البنوك العالميين اليوم هم أنفسهم صرفون نقود المرعبون في عاد السيد المسيح وهم الآن كما كانوا أنائذ عملاء النورانيين ولقد أدخل في روع الجماهير أن الشيوعية حركة عمالية قامت لتدمير الرأسمالية ولكن نسر برهن في كتابنا هذا ما سبق أن برهن عليه كتاب آخر هو ضباب يعلو أمريكا وهو أن ضباب المخابرات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حصل على وثائق أصلية قاطعة تبرهن أن الرأسماليين العالميين هم الذين مولوا كل المعسكرين المتحاربين في كل الحروب والثورات التي نشبت منذ عام 1776 وذلك عن طريق مؤسستهم المالية المنتشرة في كل أرجاء العالم إن أتبع الكنيس الشيطاني أي اليهود هم الذين يوجهون في عصرنا الحاضر ذاته الحكومات التي يطوقونها بالقرود والربع ويجبرونها على الاشتراك في الحروب والهيجانات ماضينا قدما في تحقيق مخططات الجنرال بايك في التي ترمي الآن إلى الوصول بالعالم إلى تلك المرحلة من المؤامرات التي يمكن فيها إجبار القطاع الشيوعي للحدي من العالم والقطاع المسيحي الغربي على الاشتباك ببعضها في حرب فناء شاملة وينص المخطط اليهودي على وجوب اشتراك كل أمة أخرى في هذه الحرب بالصورة المرسومة لها في ذلك المخطط الموضوع على قياس العالم وهناك العديد من الوثائق التي تبرهن بصورة قاطعة أن الجنرال بايك كان بدوره رأس المؤامرات العالمية مثل وايس هوبت في عصره أي الكاهن الأكبر لتلك القصيدة الشيطانية وقد وقعت رسلة أخرى منه غير الرسلة التي أرسلها إلى مازيني في عيد غريبة وكانت هذه الرسلة الجديدة مواجهة إلى المجالس المسونية التي كان قد نظمها وجاء ضمن ما قاله في هذه الرسلة التي كتبها يوم 14 تموز 1889 يجب أن نقول للجماهير أننا نؤمن بالله ونعبده ولكن الإله الذي نؤمن به لا تفصلنا عنه الأوهام والمخايف النفسية ويجب علينا نحن الذين وصلنا إلى مراتب الاطلاع العليا أن نحتفظ ببقاء عقيدتنا الدينية التي يعتبر فيها الشيطان إلها أجل إنه إله ولكن الله أيضا إله آخر لأنه لا يمكن بصورة مطلقة إلا وجود إلهين متقابلين وإلهين فقط ولذلك فإننا نعتبر فيها الشيطان وحده كفرا محدا أما الحقيقة الفلسفية النقية فهي أن الله والشيطان إلهان متساويان ولكن الشيطان هو إله النور والخير وهو الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الإنسانية ضد الله إله الظلام والشر الفصل الأول حركة الثورة العالمية أعجلة فلسفة دينية إذا ما أردنا إدراك ما هي الأسباب التي ولدت في الماضي وأدت إلى نتائج التي نعيشها ونخبرها اليوم لا سيما ما يتعلق منها بالوضع الدولي السيء والوضع الداخلي القلق للأمم فإنه يجب علينا أن ندرس التاريخ لأن التاريخ يكرر نفسه دوما يكرر التاريخ نفسه دوما لأن هدف الصراع المستمر منفك أبدا هو نفسه منذ أزمينة صحيقة ونعني به الصراع الدائم القديم بين قوى الخير وقوى الشر التي انقسمت بدورها إلى جهات عديدة لا تزال وهي تتوزع بين هذه الجهات التي تتصارع فيما بينها وتهدف إلى بلوغ الهدف الذي تصارع إليه المجموعة التي تنتم إليها هذه المجموعة وهذا كما نرى ما يجعل دراسة موضوعنا شائكة معقدة بعد الشيء وتتناهى إلى الجماهير هذه الخلافات في الرأي بين هذه الجهات المختلفة عن طريق أجهزة الدعاية والإعلام ولكن يغلب في هذه الأجهزة أن تستعمل لإلقاء كثيب أو نصف حقائق إلى الجماهير عاودا عن أن تنقل إليها الحقائق الكاملة المعروفة وغير الملفقة المتعلقة بأي حادثة وبأي موضوع وقد استخدم تجار الحروب دعايات بانتظام لتقصيم الإنسانية إلى معسكرين متناحرين لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية أو دينية بحيث كان بإمكانهم دوما استثارت كل المعسكرين حتى يصل بنا إلى درجة الهيجان التي ينقضان بها على بعدهما ويدمر كل منهم الآخر يجب علينا إذن لكي نكتشف الأسباب التي أدت إلى النتائج التي تستهدفها اليوم أن ندرس بعناية كل المظاهر والحقائق الزائفة والصحيحة ونتبين أيضا دراسة الأحداث التي وقعت في الماضي لنستنتج من ذلك كيف أثرت هذه الأحداث في واقعنا الحالي وما هي هذا التأثير ينقسم عالم اليوم إلى معسكرين رئيسيين من الناحية الدينية فالمنتمون إلى المعسكر الأول يعتقدون بوجود الله وإن اختلفت طريقة اعتقادهم والمنتمون إلى المعسكر الثاني ينكرون وجود أي قدرة عليا من أي نوع كانت ولهذا التقسيم الواقعي أهمية كبرى وسوف نبرهن أن حروب الماضي وثوراته كانت نتيجة لساعي هذا المعسكر أو ذاك لفرض عقيدته على شعوب العالم أجمع وهي نتيجة للصراع بين المعسكرين يتشعب التفكير القائم على الإيمان بالوجود الإلهي إلى مذاهب عديدة فالأديان التي تؤمن بعقيدة الإله الواحد تبشر تعاليمها برب علوي عظم متميز بذاته هو خالق هذا الكون وهو المهم عليه أما عقيدة تعدد الآلهة أو شمول الألوهية فإن المؤمنين بها يعتقدون باندماج الإله والكون معا بإله واحد متميز وقد عبرت عن هذه العقيدة أديان مذاهب فلسفية كالبوذية والهندوسية مثلا وتقتضي عقيدة الإيمان بالإله الواحد المتميز لاعتقاد أيضا بعالم آخر سماوي وبالروح وبالحياة الأخرى بعد الموت فالموت فيها موت الجسد ليس إلا كما تقضي هذه العقيدة أيضا بالاعتقاد بوجود الشيطان صانع الشر وتدلون الدراسة المقارنة للأديان على أن أفراد القبائل المنعزلة المتأخرة ذاتهم حتى ما كان منهم في قلب أستراليا وإفريقيا لم يخلوا من غريزة دينية جعلتهم يفكرون ويتساءلون للإجابة عن تأملات استفهامية مثل لماذا ولدنا ولماذا نحن عايشون وما هو سبب وجودنا في هذه الحياة وأين سنذهب بعد الموت وهكذا استطعت حتى أشد هذه القبائل تأخرا أن تكون عقائد عن وجود إله وعالم روحي وحياة أخرى بعد الموت الجسدي وتدلون الدراسة المقارنة للأديان أيضا أن جميع الأديان أو جلها المؤمنة بنظام علوي عظم تبدأ من منطلق واحد وتبشير بالتعاليم السامية تكاد تكون واحدة إلى جانب عبادة الله وأحبته واحترام الوالدين والأكبر سنًا وحب الآخرين والمحصنين والصراط لأجل الأقارب والأستقاع ثم جاء البشر بأطماعهم ورغباتهم وشهواتهم للتسلط بالقوة وروح الشر التي تمتلك البعض منهم فهبطوا بالأديان من مستوياتها السامية المبدئية إلى المستوى الذي نراها فيه اليوم وكان من بين الأديان التي تردت عن مبادئها السامية الأصلية إلى مستوى منخفض المسيحية وهي الدين الحديث نسبيا وتشعبت في الوقت نفسه إلى عدد كبير من الشيع يكد يصعب أن نجد بينها رباطا يضمها جميعا وفقدت الروح الجماعية الخيرة البعيدة عن الأنانية التي كانت تشعوها تعاليمها الأصلة في البداية وأصبحت غير ذات معنى الصلوات التي تمارس فيها دون أن ترافقها المبادئ والتعاليم الحقيقية ومن الواضح أن ضعف الدين وتفككه يعني اشكداد ساعد الطيار الإلحادي وانتشاره وتبين لنا هذه العوامل التي سردناها السبب في أن المبادئ الثابتة من فكرة العدالة الإلهية والتعاليم الدينية المسيحية في العالم المسيحي أخذت تفقد سلطانها بصورة سريعة على عنصر الشباب لدى الأمم التي تدعو نفسها بالأمم الحرة وما يحدث في الغالب هو أن الشباب الذي تعزوه العقيدة الروحية ينقلب إلى الإيمان بالأفكار الزمانية أو المادية وينتهي به الأمر في كثير من الأحيان الانضمام إلى إحدى العقيدتين الإلحاديتين النازية والشوعية أو التردد بين هاتين العقيدتين ويجب علينا أن نشير هنا إلى أننا نستعمل تعبيري النازية والنازي غالبا قاصدين بهما بصورة محدد الأحزاب اليمينية المتطرفة على اختلافها أو الأعضاء المتطرفين في الأحزاب اليمينية الذين ينتسوهون فكريا إلى مدرسة سادة الحرب الآريين الدكتاتوريين الذين استعملوا الفاشية والنازية الهتلرية لتحقيق مخاططاتهم السرية ومطامحهم بنفس الصورة التي تستعمل بها المنظمة العالمية المكونة من أصحاب البنوك الكبرى والمحتكرين وبعض السياسيين والشوعيين وبعض الجماعات اليسارية في العالم الغربي لتحقيق مخاططهم السري للسيطرة على العالم إن استمرار الأوضاع العالمية على ما هي عليه لا يعني كما رأينا سوى شيئا واحدا هو تمهيد الطريق لزعماء إحدى الجماعتين المتأمرتين للسيطرة على العالم ومن ثم الاستعباد الجسدي والروحي والفكري لكل من لا يؤمن بأيديولوجيتهم وفي هذه الحالة كما في تلك فإن النورانيين هم سيفرضون حكمهم الجهنمي على العالم نعود إلى المعسكرين الدينيين فنرى أن المعتقدين بوجود إله علوي أعظم واحد يتوجهون إليه بعبادتهم يتفقون على نظريات متشابهة فيما يتعلق بأصل النوع الإنساني أي قصة آدم وحواء ينفقون من ثم على نظرية دينية أخرى هي أن الله قد عمر عالمنا بالإنسان وجعل لكل شخص إرادة حرة مانحا إياه بذلك فرصة ثانية في حياتنا الأرضية للاختيار بمحد إرادته بين الخضوع للإرادة الإلهية والانضمام إلى جانب الشيطان ويجدر بنا أن نذكر هنا أن الإسم الذي تطلقه الكتب المقدسة على الشيطان هو لوسيفر وهذا يعني باللاطينية خامل النور ولا يخالف اللادينيون في نظرية أصل الإنسان سوى اللادينيون من ناحية والداروينيون أي أتباع نظرية التطور التي اكتشفها داروين من ناحية أخرى على أن استمرار النوع البشري على الأرض يحدث نظام التوالد وهذا ما يجعل الأجيال الحاضرة تجهل أصل الحياة الإنسانية وما يهمنا من كل ذلك هو الحقيقة الوحيدة التي نعلمها وهي أن كل شخص نعطي إرادة حر يستطيع الاختيار بواسطتها بين العقيدة السماوية الروحية أو الأيديولوجية المادية الإلحادية المحدثة بفرعيها النازي أي الذي يؤمن بالعنصرية والعرقية بالمعنى المذكور السابقاً اليمين المتطرف أو الشيوعي الذي يؤمن بالحزب الشيوعي والدولة ويجدر بنا أن نذكر القارئ بالفرق بين النازية والفاشية ذلك أن الحركة الفاشية التي بدأت عام 1919 في إيطاليا كانت في العصل خلافاً لما تقول الدعايات عنها حركة ذات طابع ديني مسيحي أشبه منها بحركة قامت للتحارب نظرية الإيديولوجية الإلحادية العالمية التي نبعت عن كارل ماركس ولتدعم من ناحية أخرى مبدأ الوطنية أو القومية ضد مبدأ الأممية كما خطط لها سادة الحرب الجرمانيين النازيين وأصحاب البنوك العالميين وسادة الصناعة اليهود وبعض السياسيين ونأت الآن إلى المعسكر الثاني الإلحادي فنرى أن معظم الإلحاديين يتفقون على أساس مشترك هو أن هناك حقيقة واحدة هي المادة أو الطاقة وأن هذه الطاقة أو المادة هي التي تطورت قواها العمياء حتى ظهرت على شكل النبات ثم الحيوان ثم الإنسان ويستبع ذلك أنهم يدرون بالنتيجة وجود الروح ويدركون بالتالي إمكان الحياة الأخرى بعد الموت الجسدي وينقسم هذا المعسكر إلى فرعين الشيوعية والنازية الشيوعية والنازية وكارل ماركس وكارل ريتر سوف نريد في هذا الكتاب الوراهين على أن تأسيس الشيوعية الحديثة تم عام 1773 من مجموعة من سادة المال العالميين أو كما يسمون بارونات المال واستعملها سادة المال منذ إذن كآدات للعمل يبتغون بوسطتها الوصول إلى تحقيق مخاططهم الرامي إلى إقامة دولة إلحادية العقيدة تقوم على الدكتاتورية الشاملة وقد بيين لنين ذلك بعضوح في كتابه شيوعية الجناخ اليساري إذ يقول في الصفحة 53 منه إن نظريتنا أي الشيوعية لست مذهبا عقائديا بل أداة للعمل وردد هذا القول كثير من زعماء الشيوعية الحديثين وليس هناك في الواقع كبير فرق بين الإلحاد الأسود النازية والإلحاد الأحمر الشيوعية فالفرق الوحيد بينهما هو اختلاف المخاطط الذي يبغي عن طريقه زعمائهم والمتنازعون الوصول في النهاية إلى السيطرة المطلقة على موارد العالم بأسره وتحقيق أفكارهم بتكوين الدولة الإلحادية الدكتاتورية الشاملة للعالم وكان كان الماركس الذي عاش بين عامي 1818 و 1883 ألمانية من أصل يهودي وقد طرد من ألمانيا كما طرد من فرنسا بعد ذلك بسبب نشاطه الثوري فألجأته إنجلترا إليها وفي عام 1848 نشر البيانة الشيوعية وأعلن فيه ذلك المخطط الطويل الأمد لقلب العالم بأجمعه إلى اتحاد جمهوريات اشتراكية صوفيتية متنبئا أن تحقيق هذا المخطط قد يستغرق قرونا طويلة أما كارل ريتر الذي عاش بين عامي 1779 و 1859 وهو ألماني أيضا فقد كان أستاذا للتاريخ والعلوم الجيوسياسية وقد جاء بنظرية معاكسة للبيان الشيوعي ودعا مخطط علن فيه أن باستطاعة العرق الآري أن يسيطر على أوروبا ثم على العالم يجمع بعد ذلك وتبنت مجموعة من الزعماء الآريين مخطط ريتر فأسس النازية رامين عن طريقها تحقيق هدف السيطرة على العالم ثم تحويله إلى دولة إلحادية تخضع لديكتاتوريتهم الشاملة وتبين للمجموعة الآرية هذه أن عليها الاختيار بين التحالف مع أصحاب البنوك العالميين أو تحطيم قوتهم ونفوذهم ونحن نشك في كون عدد من يعلمون من المنتمين إلى المنظمات الشيوعية والنازية لأن منظماتهم ليست إلا مطية للنورانيين والكهان المهيمينين على الكنيس اليهودي للوصول إلى أغراضهم ونشك في كون هذا العدد يتجاوز قبضة قليلا من الزعماء الرئيسيين لهذه المنظمات ويتفق الزعماء كلتا المجموعتين الإلحاديتين الشيوعية والنازية على تأليه الدولة وتأليه زعيم هذه الدولة الذي يجب أن يكون إلها على الأرض ولعل ما تعرفه الجماهير عن كارل ماركس والشيوعية يفوق بكثير ما تعرفه عن كارل ريتر والنازية فقد كان ريتر خلال أعوام طويلة أستاذا للتاريخ في جامعة فرانكفورت بألمانيا ثم أصبح أستاذا للجغرافيا في جامعة برلين وكان يعتبر في الأوساط الجامعية والتعليمية أحد كبار الجحابذة الثقات في التاريخ والجغرافيا والعلوم الجيوسياسية ويعود السبب في أن العلاقة بين ريتر وزعماء النازية غير معروفة إلا للقليلين إلا أن أهدف زعماء النازية وأغراضهم حفظ عليها دائما تحت طي السر والكتمان وقد استطاع بعض ضباط الاستخبارات البريطانية أن يكشفوا النقاب عن العلاقة بين ريتر والسادة الحرب الجروانيين عندما أهد إليهم بدراسة الاقتصاد السياسي والعلوم الجيوسياسية والأديان المقارنة في الجامعات الألمانية وقد أبلغت هذه المعلومات من قبل مكتشفيها إلى سلطاتهم المختصة ولكن الذي حدث وهذا ما يحدث غالبا هو أن الرؤساء السياسيين والديبلوماسيين أخفقوا في إدراك قيمة هذه المعلومات وأنهم فضلوا تجاهلها واكتملت القناعة لدى كارل ريتر بعد دراساته التاريخية بأن حفنة من كبار الماليين العالميين الذين لا يدينون بالولاء لأي بلد ولكنهم يتدخلون في أعمال جميع البلدان أسس عام 1773 المسونية التابعة لمحافر الشرق الأكبر وذلك بغرض استخدام حركة الثورة العالمية لتحقيق مطامحهم السرية ضمن مخطط بعيد يقتضي الوصول إلى السيطرة على الثروات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية في العالم بأسره ويهدفون منه في النهاية إلى تكوين حكومة نكتاتورية عالمية شاملة مبنية على نظرياتهم المادية الإلحادية وقد أعلن ريتر في مذكراته أن معظم هؤلاء الماليين إن لم يكن لكلهم من اليهود أو من أصلا يهودي بصرف النظر عما إذا كانوا يمارسون بالفعل تقوص الدين اليهودي وقد نقش ريتر في رده على البيان الشيوعي لكارل ماركس الأخطار التي ستنجم لو أذن العالم لهذه الحفنة من الرجال بالاستمرار في السيطرة السياسية على الشيوعية العالمية وتوجيهها حسب مخططاتهم وانتهى ذلك بأن قدم إلى سادة الحرب الجرمانيين الآريين اقتراحات واقعية عملية منظمة لمكافحة مؤامرة بارونات المال العالميين سادة المال اليهودي المذكورين آنفا راسما له مخططا مقابلا لمخطط الأول في التساعه وبعد أمده ويسادف بدوره أيضا السيطرة على موارد العالم الطبيعية لمصلحة العرق الآري هذه المرة أشار ريتر في مخططه على زعماء جماعة العرق الآري بتأسيس وتنظيم النازية واستعمال المذهب الفاشستي كوسيلة للعمل يستخدمونها لتحقيق هذه الأغراض السرية وغزو العالم وأبرز ريتر في مخططه ناحية أخرى هي ناحية القريبة مشيرا إلى أن الرأسماليين بارونات المال يستخدمون عن دراية وقصده بأوجه متعددة قضية السامية ولذلك فإن على زعماء الآرية تبني معادات السامية واستخدام ذلك في سبيل الآرية تضمن مخطط كارل ريتر بخطوطه العريض المقترحات التالية واحد اخضع جميع الأقطار الأوروبية للسيطرة ألمانيا ويقتضي ذلك كما اقترح ريتر السلاء العناصر العسكرية الألمانية المعروفة باسم الجونكرز وهي طبقة النبلاء في بروسيا خاصة وبقية ألمانيا على الحكم في ألمانيا ومن ثم الدخول في سلسلة من المغامرات العسكرية تسبق كل منها حربا اقتصادية تشنها ألمانيا على القطر الأوروبي الذي تنوي اخضاعه لإضعاف طاقاته الإنسانية والاقتصادية وبين ريتر في مخططه أنه ليس من الضروري أن تنتهي كل من هذه المغامرات العسكرية بنصر المبين بل يكفي فيها أن تترك القطر المعتدى عليه في حالة من الوهن يحتاج ماه حتى يعيد بناء طاقته الإنسانية والاقتصادية إلى زمن أطول مما تحتاج إليه ألمانيا كما أشر ريتر أيضا إلى الأهمية الكبرى التي يعلقها على وجود الاقتناع لدى الشعب الألماني بتفوقه الفكري والجسدي على الشعوب في العالم كله والمنحدرة من أصل ساميه وكانت هذه الأفكرة النواة التي بنى حولها دعاة العرق الآري نظرية العرق الألماني السيد هذه النظرية التي تموينها المجابهة الدعاية التي بثها ملوك المال العالميين المرابون الزعيمة أن اليهود هم شعب الله المختار الذي اختاره الإله ليارث الأرض وما عليها وهكذا انقسم الملايين من البشر إلى معسكرين متناحرين ينادي أحدهم بتفوق العرق الآري أو الألماني وتسيطر على الآخر أجهزة شبكات الدعاية اليهودية اثنان ودع كارل ريتر أسسا سياسية مالية أوصى باتباعها لمنع أصحاب البنوك العالميين الماليين من السيطرة على اقتصاديات ألمانيا والدول التي ستخضع لها كما سيطروا على اقتصاديات إنجلترا وفرنسا وأمريكا ثلاثة وأوصى ريتر بإنشاء طابور خمس نازيين يجبه التوابير الخامسة الشيوعية وتنظيماتها السرية ويتولى إقناع الطبقات الوسطى والعليا في البلدان التي تنوي ألمانيا إخضاعها بأن النازية هي الوسيلة الوحيدة لمجابهة الشيوعية ويعد الجوى لاستقبال الجيوش النازية الألمانية على اعتبارها جيوشا صديقة قدمت لحماية القطر الذي دخلته من الخطر الشيوعي وقد وجه تحذيرا إلى زعماء العنصرية الآرية ينبهه فيه إلى أجوب تجنب القيام بغزو أي قطر آخر حتى تمحد أجهزة الإعلام والطابور الخامس الطريقة لهذا الغزو وتنتهي من أقناع أغلبية الجماهير بتقبل الغزوة كحملة إنقاذ وليس كجيش فاتح وعندما تصرف هتلر فيما بعد خلافا لهذه المبادئ التي وضعها ريتر حاول القادة الألمان الذين يشكلون النواة الصربة للحزب النازية تيالع فالرغم من أنهم هم الذين رفعوه في البدء ليكون الأهداة المنفذة لسياساتهم أربع نص كال ريتر على ضرورة تدمير الشيوعية تدميرا كاملا والسئصال العرق اليهودي عن بكرة أبيه قائلا أنه لمنص من ذلك لأصول زعماء العنصر الآري إلى السيطرة على مجالات الأعمال في العالم بأسره ويؤكد ضرورة هتين الخطوتين بالبراهين التاريخية الواقعية التي تدل على أن الشيوعية العالمية ليست إلا أداة في يد أصحاب البنوك العالميين اليهود يستخدمونها لقطع بعض المراحل في طريق تحقيق مطامحهم الأنانية المادية ويتضمن مخطط ريتر بنودا أخرى يستكمل بها حلقاته ولكننا نكتفي بهذه العجلة بإراد ما سردناه منها لاقتحام الباب المغلق وإلقاء بعض النور الكاشف على ما يرقد خلفه من مخاططات سرية رسمتها فئتان محدودة العدد من الأشخاص ذوي التفكير المادي للحدي الهادف إلى ديكتاتورية طاغية شاملة وقد برحنت لي دراسة هذه الأديان المقارنة وعلوم الجول السياسي والاقتصاد السياسي بالأضافة إلى أعوام طوار قضيتها في الأبحاث الفعالة الدؤوبة على الحقيقة التي تكشف لي القطاء عنها وهي أن ملايين عديدة من البشر لم يكنوا في الماضي والحاضر سواء حجارا على رقعة الشطرونج في أيدي زعماء الكتلتين المنبثقتين عن تلك الفكرة المادية الإلحادية وفكرة الدكتاتورية العالمية الشاملة وسوف يتبع هؤلاء لعبتهم البشرعة على رقعة شطرونج العالم حتى تدمر إحدى الفئتين الأخرى وتصفيها وسوف نبين في هذا الكتاب مدعمين بالوقاعة كيف تتالت مراحل اللعبة في الماضي من ناحية وما هي الحركة أو الأحداث المنتظر حدوثها في المستقبل القريب من قبل كل من الفئتين المتنازعتين اليوم إن أبسط واسيرة لفهم ما يجري في عالمنا الحاضر اليوم هي دراسة أحداث التاريخ على ضوء ما ذكرناه أي على اعتبارها حركة في لعبة الشطرونج العالية المستمرة واعتبارها حلقات في معركة السير والشر الأبدية ولقد قسم النورانيون العالم إلى معسكرين جاعلين منه رقعة للعبتهم يستخدمون أو يحركون في هذه الرقعة ومعركة الخبيثة الأشخاص والملوك والدعايات والمذاهب والشعوب ولا ينظرون إلى الإنسانية إلا على اعتبارها قطيعا من الجويين مريدون إخضاعه لهم والسيطرة عليه وهم لا يبالون بتضحية الأفراد والجماعات في سبيل أورادهم وبث الفوضى وإثارة الحروب وسفك الدماء الملوك والملكات والأسقفة والوسراء وإلى آخره كما تحرك قطع الشطرنج المماثل من ملك ووزير وفيل وفرص كما يستخدمون جماهير الشعوب كأحجار أو بيادغا في هذه الرقعة وتتجلى قصوة النورانيين التي لا تعرف الرحمة في اعتبارهم للإنسانية كمجموعة من الأحجار في العبة يتصرفون بها كما يشاءون فقد يوضحون بقطعة كبيرة أو بلون من هذه الأحجار مثلا كما يقتربون خطوة من هدفهم النهائي كما يقتربون خطوة من هدفهم النهائي وهو كما ذكرنا تلك السيطرة الخبيثة الشاملة على العالم بأسره وقد عشر البروفيسور ريتر وكما تدل أقواله إلى أن المرحلة الحاضرة من هذه اللعبة بدأت في المقر المصرفي لأمشيل مايرباور المعروف أكثر باسم روتشيلد وذلك في مدينة فرانكفورت الألمانية حيث اجتمع 13 من تجار الذهب والفضة وقر رأيهم في مدولاتهم على أن السبيل أمامهم لتأمين سيطرتهم المطلقة على العالم بأسره وموارده الطبيعية وطاقاته البشرية يقتضي منهم أولاً الإطاحة بكل الرؤوس المتوجة في أوروبا وتدمير جميع حكومات العالم الموجودة أنائذ والقضاء على جميع الأديانهم ثم إرساء قواعد طغيانهم الشيطاني واعتبروا أنه يجب عليهم استخدام مبادئ مادية التاريخ والديالكتية للمضي في تنفيذ مشروعهم ولم يكن جميع تجار الذهب المذكورين يهوداً بل كان بعضهم من غير اليهود على أن هؤلاء كانوا من المرابين وكان من أشدهم ثراء مالك شركة لندن سيت العريقة التي تأسست عام 1130 ومهما بدلنا في الأمر من غرابة فإن التاريخ يثبت لنا أن زعماء المجموعتين السامية والمعادية للسامية أي الآرية أو الجرمانية تحالف وضم قواهما إلى بعضهما في التاريخ عندما اقتضى الأمر منهما التحالف ضد عذو المشترك كالإمبراطورية البريطانية مثلاً أو الدين المسيحي وفيما كانت الجماهير الإنسانية إذ ذاك مشتبكة ببعضها بالحروب كان النورانيون وهم الذين يشكلون القوة الخفية التي تسير الحركات الهيجانية العالمية يبذلون الأحصنة بين طارة وأخرى معاملين السير حثيثاً لبلوغ الوضع الذي يأذن لهم بالحصول على أكبر المرابح الممكنة في المستقبل وقد ختل الزعماء الشيوعية والنازية بعضهم البعض وغدروا ببعضهم البعض وليس هناك من شك في أنهم حتى وهم الزعماء لم يكتشفوا إلا بعد فوات الأوان أنهم ليسوا سوى دوم تحركها وتسيطر عليها أصابع النورانيين الذين لا يرتدعون عن اللجوء إلى شتى الوسائل عندما يجيدون فيها طريقاً لدفع مخططاتهم إلى الأمام وعندما يخامر أقل شك تلك القوى الخفية التي تسيطر على كل المعسكرين في أن أحد زعماء أي من الفريقين هذا أو ذاك يعلم أكثر مما ينبغي وهو الدمية التي لا يجب أن تعلم أكثر من اللازم فإنهم يأمرون بتصفيته من الوجود وسوف يبرهن هذا الكتاب على أن زعماء هاتين الفئتين المكونين من رجال ذوي عقلية تدين بالطويان ضبروا كثيراً من جرائم الاغتيال السرية والسبب عديد من الحروب والهيجانات التي أزحقت خلالها عشرات الملايين من الأرواح البشرية إلى جانب الملايين من المشردين والجرحى والمشواهين من أوطانهم ومنازلهم وهل يمكنك أن تجد قائداً عسكرياً واحداً يستطيع تبرير إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما أو ناكزاكي حيث قتل مات ألف شخص في غمضة عين ووصب ما يقرب من ضعف هذا العدد بجراح خطيرة لقد اتخذ هذا القرار الجهنمي في الوقت الذي كانت فيه القوات العسكرية اليابانية مشكة على الاستسلام بعد أن تمت هزيمتها وأصبح استسلامها قضية ساعات أو أيام معدودة إن التعليل المنطقي الوحيد هو أن القوى الخفية التي تسيطر على حكومات عدد كبير من الشعوب سنبرهن على ذلك أرادت عرض هذا السلاح الرهيب بين كل أسلحة الضمار الشامل أمام عين ستالين لكي تعطيه فكرة حية عما سيحل به لو تماد في متضلباته وهذا العذر الوحيد الذي لا نرى فيه إلا تبريرا متخاذلا هزيرا لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت ضد الإنسانية بأجمعها ولكن القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية لم تعود الآن أشد أسلحة التدمير الشامل تدميرا بل وجد إلى جانبها الغاز المؤثر على الجهاز العصبي والذي ندعوه اختصارا بالغاز العصبي هذا الغاز القادر على شل حياة كل مخلوق حي في منطقة ما أو مدينة أو بلدة والتي شرعت الكتلتان الشيوعية وأهير الشيوعية بتجميعه في المخازن إن إفناء كل عثر للحياة البشرية في منطقة ما أصبح الآن يخضع بعسطة الغاز إلى المتطلبات العسكرية والاقتصادية التي قدرها هؤلاء الذين سيستعملون الغاز العصبي لبلوغ هدفهم ومن المعتقد أن هذا الغاز يتكون من غاز الفلورين المراكز بدرجة عالية في حالته الغازية وهو بذلك أشد الغازات التي اكتجفها الإنسان على الإطلاق خطرا ونفاذا فهو عديم اللون والرائحة والطعم وقليل التكاليف من ناحية إنتاجه وتكفي قطرة واحدة منه إذا قدر لها أن تلامس جسما حيا لكي تشل الجهاز التنفسي فيه وتؤدي إلى الموت حتى لو كانت هذه القطرة محلولة في كمية كبيرة من الغاز أو الزيت وتستطيع هذه القطرة النفاذ خلال دقائق معدودة حتى عبر الثياب المصنوعة من المطاط التي يرتديها رجال المطافئ أثناء مكافعة النيران ولكن الغاز العصبي لا يصيب الأشياء غير الحياة بأضرار جدية وتستطيع القوات الغازية بعد أيام قلائل من استعمال الغازي جياز المناطق الملوثة دون ما خطر وستكون هذه المناطق آنائذ خالية من الحياة على أن الأبنية والألات تبقى سليمة دون مساس والعلاج الوحيد المعروف للوقاة من الغاز العصبي هو عقار الأتروبين ولكنه يجب أن يكون ناجحا أن يحقن في أوردة المصاب مرات عديدة حال تلوثه بالغاز ولذلك فإن هذه الوسيلة للدفاع ضد الغاز العصبي ليست عملية في المناطق الكثيفة بالسكان غير أن الكتلتين الشوعية والغربية تملكان كميات كبيرة منها وكل منهما يعلم أنه موجود بحوزة الآخر وهذا ما قد يجعل كل الجانبين يترددان في استعماله على أن من المعروف من طبيعة البشرية أن الإنسان قد يلجأ في حالة اليأس إلى أقصى الحلول مهما بلغت درجة القصوة للوصول إلى أغراضه ومن الثبت أنه لم يحجن في الماضي عن التضحية بملايين عديدة من الكائنات الإنسانية رجالا ونسان وأطفالا حين وجد أنه في ذلك يقترب ولو خطوة واحدة من هدفه ويجذر بنا هنا أن نتساءل عن النهاية التي سيؤدي إليها الصراع القائم الآن والذي سيشمل الكرة الأرضية بأجمعها وهذا السؤال الغرب فيه أنه يدور في خلد كل إنسان بل ولعل العروسين المتزوجين حديثا يطرحان هذه المسألة بينهما متسائلين عما إذا كان يجذر بهم إنجاب أطفال آخرين يلقون بهم في هذا العالم المشحون بالكرهية نجد الجواب على كل ما يمكن أن تأول إليه النهاية في ذلك العالم الملعون الذي يتحدث عنه الإنجيل إنجيل متى وصف نياه بأنه عالم مرير مقفر هلكت فيه الحياة دون أن ينجو أي جسد حي ذلك أن غصن الخراب قد برعم وتفتح وأصبح كل ما يحتاج إليه الأمر هو حرب واحدة أيضا يستعمل فيها الطرفان القنابل النووية والحيدرورينية والغاز العصبية حتى تخلى بنا لعنة الكارثة التي سوف تهبط بالجنس البشري إلى هاوية من الفوضى لا يستطيع إنقذها فيها سوى القدرة الإلهية لقد أصبح من المعتد في عصرنا الخاضر أن نرى الناس لا سيما من يعملون منهم عن وعي أو غير وعي في سبيل قوى الشر يلقون باللوم على عاتق الله بسبب المأسق المحزن الذي تتخبط فيه الإنسانية ولكن العقلين يدركون أن الله ليس الملوم في ذلك فقد منحنا إرادة حرة ومنحنا تعاليمه لترشيدنا سواء السبيل وليس هناك ما يجدر بنا لومه سوى أنفسنا إذا حاجرنا قواعد العدلة الإلهية وسمحنا لقوى الشر بالسيطرة على عالمنا وقد كتب الفيلسوف إدموند بارك مرة قائلا إن كل ما تحتاج إليه قوى الشر لكي تنتصره وأن يمكث أنصار الخير دون عمل معه ونرى فيما كتبه غيره عن الحقيقة وتدلنا دراسة الأديان المقارنة فيما تعلق بالأحداث التي نخبرها في عالمنا الحاضر على أن هؤلاء الذين يؤمنون بالحياة الأخرى والله ينعمون بعقيدة قائمة على الحب والأمل أما للحب المطلق فهو عقيدة تقوم على اليأس والكر وهناك أمر آخر أو أن العلم لم يشهد في تاريخه مجهودا كالذي يبذله أنصار العقائد الزمنية منذ عام 1846 عندما لخصت ليوكو بارادلافو آخرون أيضا رأيهم فيما يليه يجب أن يقتصر مجهود الإنسان على مصارحه المرتبطة بحياته هذه فقط وكان أنصار الزمنية هؤلاء مقدمة الأنبياء المزيفين مثل كارل ماركس ولينين وسطالين وموسولوني وهتلر الذين خدعوا الملايين من البشر وعيدين إياهم بتحقيق المعجزات وبينهم العديد من المسيحيين الصادقين في مسيحيتهم والذين كان يجدر بهم أن يبرحنوا عن إدراك أكبر الفصل الثاني الثورة الإنجليزية تدرك قوى الشر كل الإدراك أن السبيل الوحيد للوصول إلى السيطرة المطلقة على العالم وبالتالي تأسيس ديكتاتورياتها المادية الإلحادية الشاملة هو تحطيم كافة عنظمة الحكم الأخلاقية والشرعية من ناحية وتدمير الأديان المنظمة من ناحية أخرى وقد أقرت هذه القوى لبلوغ هدفها نهجها القائمة على إثارة المشاحنات والأحقاد بين شعوب العالم والتحريد على العدوان والاحتلال والحروب والعمل على نشر الفوضى وتهديم الدعاء بالخلقية داخل المجتمعات والشعوب وتشجيع الإنحلال والفساد وهكذا جرت العرقين السامية والآرية في الماضي إلى عداء مرير لم يختم سوى الأطماع الخفية للقادة للحديين المديين لهذين المعسكرين ولا تمكن العرقان الآري والسامي من الحفاظ على إيمانهم الأصلية بالتعاليم والوصايا الإلهية لما تمكنت قوى الشر أبدا من تحقيق مآربها الخبيثة الدفينة تشير صفة الآرية إلى مجموعة اللغات المعروفة باسم اللغات الهندية الأوروبية أو الهندية الجرمانية وتنقسم هذه المجموعة إلى شعبتين الشعبة الأوروبية أو الغربية والشعبة الشرقية التي تشتمل على لغات كالأرمينية مثلا وتشترك اللغات الآرية جميعا بصفات مشتركة من حيث قواعدها وتدل على أصلها المشترك ولكن كلمة الآرية تدل في الواقع على معنى آخر في أوروبا من حيث دلالتها التاريخية هو سيد الأرض الجرماني ويعود الأصل في هذا المعنى إلا أن معظم زعماء المجموعة الآرية في أوروبا كانوا من البارونات أي سادة الأرض الذين اعتادوا على إحاطة أنفسهم بقوى مسلحة قوية لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم ونظم سادة الحرب النازية كما استخدموا الفاشستية ومعادات السامية القائمة على أساس عرقي لخدمة مآربهم والمضي في تحقيق مخاططاتهم الهادفة لإخضاع العالم للعرق الجرماني إن حضر أجداد الآريين إلى أوروبا في أزملة صحيقة عوبرة من هضبات بامير الآسيوية والفروع الرئيسية لهم هي العرق التيوتيونية والرومانية والسلافية أما الأتراك والهنغاريون والفلنديون فهم جميعا ليسوا عريين أما المجموعة السامية فهي تنقسم من ناحيتها إلى فرعين يجتمل الفرع الأول على الشعوب الأشورية والفلنقية والأرامية والعبرانية ويجتمل الفرع الآخر على العرب على الأفخاد الأيثيوبية ويأتي العرب في المقام الأول بين الأجناس السامية من حيث عددهم ومركزهم أما الأراميون فهم أفقر هذه الأجناس ويشعر العبرانيون مركزا متوسطا بين هذين العرقين ونحن اليوم نطلق اسم اليهودي بصورة مبهمة على كل الناس الذين اعتنقوا يوما للدين اليهودي على أن الواقع هو أن الكثيرين من هؤلاء ليسوا الساميين من حيث أصلهم العرقي فالكأن عددا ضحما ممن اعتنقوا الدين اليهودي هم من سلالة الهاروديين المنحدرين من الإيدوميين ذوي الدم التركي المغولي وأهم ما يعنينا في هذا الموضوع هو أنه وجد دائما بين زعماء اليهود كما هو الأمر بالنسبة للزعماء الأريين نواة صلبة صغيرة مشكلة من أشخاص إلحاديين ذوي أطماع مجنونة يدعون اليهودية بصورة ظاهرية أما في الواقع فإنهم لا يدينون بأي عقيدة دينية ولا ينتمون بولائهم إلى أية أمة ولكن ذلك لا يمنعهم من استخدام القوميات والمبادئ الوطنية سعيا وراء أهدافهم التي تتلخص في الحصول بالسمرار على المزيد من السلطان الاقتصادي والسياسي والهدف النهائي لزعماء كلتا المجموعتين واحد فهم مصممون على الوصول إلى السيطرة الكاملة على اقتصاديات العالم وثرواته الطبيعية ويده العاملة وبالتالي تحويل العالم بأسره إلى دولة واحدة ديكتاتورية لا تدين إلا لإله واحد هو الإله الدولة شرعت العروق غير السامية والتركية الفنلندية في التوافض إلى أوروبا قادمة من آسيا منذ القرن الأول الميلادي عبر الأراضي الوقعة شمالي بحر قزوين ويطلق على هذه الشعوب الوثانية اسم الخزر وقد استقروا في أقصى الشرق من أوروبا حيث شكلوا مملكة الخزر القوية ثم بسطوا سلطانهم شيئا فشيئا بواسطة الغزوات المتكررة حتى سيطروا في نهاية القرن الثامن على معظم المناطق الواقعة في أوروبا الشرقية غرب جبال الأورال وشمال البحر الأسود وقد اعتنق الخزر اليهودية أنائذ المفضلين إياها على المسيحية والإسلام وبن الكنائس والمدارس لتعليم الدين اليهودي في سائر أنحاء مملكتهم وقد تمكن الخزر إبان ذروة قوتهم من إخضاع ما يزيد من عشرين شعبا وقبيلة وفرد الجزية عليهم وعشت دولتهم ما يقرب خمسمائة عام حتى سقطت في نهاية القرن الثالث عشر في أيدي الروس الذين انحضروا إليهم من الشمال منذ نهاية القرن العاشر الميلادي ثم انتصروا عليهم بنتيجة حروب طويلة ذاب على إثرها كيانهم واندمجوا في الكيان الروسي لكن جذوة الحقد استمرت تتقد منذ إذن في قلوب كهنتهم متغذي أحلام الثار والانتقام حتى انقلبت لديهم على مر العصور إلى عقيدة متواصلة قوامها البغضاء المرير وهوس التدمير والإيذاء وقد طبعت هذه العوامل وجود الجالية اليهودية الروسية التي انعزلت عن بقية الشعب وتقوقعت حول نفسها في مجتمع مغلق غريب يعشعش فيه جو ثقيل من الكراهية فكان من الطبيعي والحالة هذه أن ينظر الشعب الروسي إليهم بنفور وتخوف مما زاد الشقة تباعدا على توالي السنين وتفسر لنا هذه الأحداث السر في وجود عدد كبير من يطلق عليهم اسم اليهود داخل الإمبراطورية الروسية منذ القرن الثالث عشر تبلورت عقيدة البغضاء والنفسية الحاقدة لدى يهود الخزر في عقلية الجشع الشارس الذي دفعتهم إلى جعل اكتناز الذهاب هدفا لحياتهم يعملون لأجله بأية وسيلة وبأسليب الربى الفاحش التي اشتهروا بها كما تبلورت أخلام الانتقام لدى كهنوتهم العالم ناحية ثانية في مخاططاتهم الرهيبة وفي الحركة الثورية التي لبثت كامنة في أفئدتهم منذ القرون الوسطى حتى انفجرت في ثورة أكتوبر الحمراء عام 1917 لقد تعرض يهود الخزر خلال هذه الفترة من التاريخ إلى حملات طهاد عديدة من قبل الجماهير المسيحية الروسية بيد أن المسؤول الأول عن ذلك هو مجتمعهم الأعلى المكون من رؤوس الكهنوت وأتباعهم الدائمين جماعة المرابين لأن هذا المجتمع هو الذي أثر شعور الكراهية العام ضدهم بسبب العقلية الحقدة التي زرعها في نفوسهم والعزلة التي قوقعهم بها وسريب الربى الفاحش التي جمع المرابون عن طريقها ثروات طائلة غير مشروعة ويكشف لنا التاريخ بتحليله وتفاصيل أحداثه الحقيقة الصارخة فقد أقدم المجمع اليهودي الأعلى على تصرفاته هذه عن دراسة ودراية سعيا وراء هدف معين هو السغلال الحقد الذي سيتأجج في نفوس اليهود بسبب الإضطهادات التي يثيرها مجمعهم عن عمل لتحويلهم إلى آلات طيعة لا تتورع عن شيء وتتقبل فكرة الضمار المنهجي والإيذاء المقصود لم يتغير هذا الأسلوب التأمري مطلقا منذ الأجيال الصحيقة التي عاشتها المؤامرة وقد حمله مجمع النورانيين معه عبر العصور وعبر القرات وكان رؤوس كهنوت الشر هؤلاء وشركاؤهم المرابون هم الذين تصدوا للرسل والأنبياء وحاربوا كل مصلح وكل حركة إصلاحية وهذا ما يذكره نشوء الأديان السماوية وسيرة الرسل والأنبياء ويبرحن ذلك على السمرار المؤامرة العالمية عبر القرون منذ الأزل وتنقل أجيال النورانيين لها جيلا بعد جيل وتتوفر لدينا الأدلة الكافية إذا نظرنا إلى أحداث التاريخ نظرة متفحصة ورابطنا الظواهر المتشابهة بينها في الماضي والحاضر لعل الظاهرة الأولى التي تلفط النظرة هي تجمع المرابين اليهود في الإمبراطوريات والدول الكبرى المستهرة على مر التاريخ كالإمبراطورية الرومانية قديما والولايات المتحدة الأمريكية حديثا ولو بدأنا بالإمبراطورية الرومانية لوجدنا أن الفيلسوف والمصلحة الأشهر السينيكا قد مات لأنه حاول فتح النفوذ الشرير الذي توصل إليه المرابون اليهود الذين تسربوا إلى روما وكان السينيكا مربي نيرون عندما أصبح هذا إمبراطورا لبث الفيلسوف مستشاره وصديقه المخلص ولكن نيرون لم يلبث أن تزوج بوبيا التي كانت أداة طيعة بيد جماعة المرابين واستطعت أن تخدأه لنفوذهم وهكذا تحاول نيرون إلى أشد حكام التاريخ قصوة وشؤما وانحدرت شخصيته إلى حد من السفارة واللؤم قريب من الجنون بحيث أصبح لا يعيش إلا للتحطيم والتعذيب وسفك الدماء وأخذ يرتع علنا في بحر من الدماء والشهوات وفقد السينيكا بتالي كل تأثير لديه وعندما فقد الأمل من إعادته إلى صوابه أخذ يهاجمه علنا ويفتح للشعب مخاز المرابين ونفوذهم الشرير لدى نيرون مما حدى بهؤلاء أخيرا إلى مطالبة نيرون بالقضاء على السينيكا ولم يجرأ نيرون على تنفيذ ذلك علن خشية من هيجان الشعب الذي كان متعلقا بالفيلسوف ولكنه أجبره على الانتحار بنفسه كانت تلك أول حالة شاهرة أجبر فيها المرابون شخصية شرعت في إثارة المتاعب بوجههم على الانتحار ولكنها لم تكن الحالة الأخيرة إذ نجد عبر التاريخ عددا من قصص الاغتيال أو جرائم القتل الذي أضفي عليها طابع الانتحار أو الصدفة ولعل أروع مثال على ذلك نجده في تاريخنا المعاصر ففي عام 1945 تم إقناع جيمس فورست الوزير الحربية الأمريكية بأن هناك مجموعة من سادة البنوك الأمريكيين يشكلون خفية جماعة واحدة من أصحاب البنوك العالميين الذين يسيطرون على ماليات فرنسا وإنجلترا أو غيرهما كما اقتنع بعد تفحص وثائقه وتحليله بأن جماعة سادة الماليين العالميين تابعة لنورانيين أو مرتبطة بهم وأن النورانيين هم المسؤولون عن إثارة الحربين العالميتين الأولى والثانية وقد حاول إقناع الرئيس الأمريكي روزولت وكبار الأمريكيين بذلك ولن نعلم إذا ما كان قد فشل في ذلك وانتحر نتيجة اليأسه أم أنه قد اغتيل من قبل بعض الجهات لإطباق فمه إلى الأبد ثم ألبست الجريمة لباس الانتحار وفي التاريخ شواهد عديدة على جرائم كبرى زورة عطفي عليها طابع الانتحار وذلك في عدد من البلدان الاحتكارات اليهودية عبر التاريخ ونتائجها عندما وصل الإمبراطور المشارع جوستينيان إلى الحكم في الإمبراطورية البيزانطية من 483 إلى 565 أصدر قوانينه الشهيرة التي حاول فيها وضع حد للأعمال اللامشروعات التي كانت تجار اليهود يلجون إليها في التجارة والمبادلات ولكن التجار اليهود كانوا العملاء الوحيدين للنورانيين وبالتالي للمرابين أرباب المال مما جعلهم في وضع متميز من نسبة لمزاحمهم من التجار غير اليهود وكان المجال الذي يمدهم بالثراء الطائل التهريب والتجارة اللامشروع بحيث تمكنوا من إفلاس مزاحمهم والتخلص من كل العقبات التي وضعتها في وجههم قوانين جوستينيان مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزاياها وحماياتها الشرعية وقد بقي قانون جوستينيان حتى القرن العاشر المصدر الحقوقي الأساسي وليسأل حتى يومنا هذا من أهم المراجع في الحقوق وتصف موسوعة فنك وففنال اليهودية وضع تجار اليهود في تلك الأيام كما يلي لقد تمتع اليهود أنائذ بكل حرياتهم الدينية وسومح لهم افتتاح بعض المراكز الخاصة بهم وكانت تجارة العبيد المصدر الأولى لثروة اليهود الرومانيين ولكن صدرت قوانين عديدة لمحاربة هذه التجارة إلى آخره على أن التاريخ يكشف لنا أن التجار اليهود ومن ورائهم المرابين لم يقتصروا على تجارة العبيد وحدها بل منظموا احتكروا تجارات الفاسدة من مخدرات ودعارة ورقيق أبيد ومسكرات كما احتكروا تجارة العطور والجواهر والمواد الثمينة الأخرى ولجأوا إلى رشوة كبار المسؤولين في الإمبراطورية البيزانطية وشراء الذمم والضمائر لتأمين مصالحهم حتى استطاعوا إفساد المجتمع الروماني كالبيزانطي تماما بواسطة الرشوة والمخدرات والنساء والمسكرات وترى من دراسة حكم جوستينيان أنه عبثا حاول وهو الإمبراطور الحازم وإيقاف هذا الطيار العارم من الفساد وعد أحد للنشاط اليهودي المخرب إن العوامل التي تكمن وراء تلك الطيارات التي تجتح كل مدن العالم اليوم هي تلك العوامل نفسها وهكذا نرى أن التاريخ يكرر نفسه وانعثر على ظاهرة جديدة تربط بين الأحداث وقد بحث المؤرخ البريطاني الشهير إدوارد ديجيون في الأثار الوخيمة العقبة لنفوذ الترجار والمرابين ليهود في روما وأصفهم في كتابه انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية بأنهم كانوا من العوامل الأساسية في انحطاطها وسقوطها كما ألقى ديجيون نصيبا كبيرا من المسؤولية على عاتق الإمبراطورية بوبيا زوجة نيرون بسبب الدور الذي لعبته في التمهيد لنفوذ هؤلاء وجو الفساد الذي نشرته في روما والذي جعل الشعب الروماني ينظر كالثمل دون مبالاة إلى انهياره المتواصل وقد اكتملت السيطرة اليهودية عندما سقطت الإمبراطورية الرومانية أخيرا ثم دخلت أوروبا في المرحلة القاتمة التي يطلق عليها المؤرخون العصور المظلمة أو القرون الوسطى وتقول الموسوعة البريطانية عن موضوع الترجار والمرابين في روما الذين هم من اليهود اتجه المرابون والترجار اليهود بصورة لا تقاوم إلى السيطرة على الترجار الذين كانوا يمتلكون بالنسبة إليها مؤهلات خاصة منها تشبعهم في كل مكان وارتباطهم ببعض ومنها تعلقهم الشديد بالمال وكانت التجارة في القرون الوسطى بأيديهم بصورة رئيسية ولسيما تجارة العبيد والموسوعة البريطانية كما هو معلوم هي المرجع العلمي الرسمي الأكبر في بريطانيا واستطردت السيطرة اليهودية على تجارة والمبادلات في القرون الوسطى واشتدت وطأتها وتسعى نطاقها حيث وصلت إلى درجة أصبحت معها اقتصاديات كل بلد في أوروبا دون استثناء في أيديهم وحدهم ونستطيع أن المصابع ضح أثار تلك السيطرة اليهودية المطلقة حين نرى مثلاً أن قطع العملة البولونية والهنغارية القديمة التي تحبل نقوشاً وكتابات عبرانية ويكشف لنا استهداف اليهود بهذه الصورة الملحة السيطرة على النقد وجعل إصدار العملة في أيديهم أن المرابين اليهود اعتنقوا منذ تلك الأزمينة الشعار الذي اشتهر به بعد ذلك بردح طويل أمشيل باور دعنا نتولى إصدار النقد في أمة من الأمم والإشراف عليه ولا يهمنا بعد ذلك من الذي يسن قوانين هذه الأمة وقد طرح أمشيل باور إذك هذا الشعار على شركائه من أساطين المرابين والاحتكارات اليهودية المتأمرات على ماليات العالم ومصيره ليبين لهم جوهر الدافع الذي حمل أجيال النورانيين السابقة على تكريس المؤامرة خلال مرحلة من التاريخ استمرت حتى عام 1640 للسيطرة على بنك إنجلترا أثر هذا الاحتكار اليهودي للتجارة والذعب في أوروبا في القرون الوسطى حنق البرونات الجرمانيين والحرب الآريين الذين توزعوا أراضي المقاطعات الأوروبية بينهم بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية وانتهبوا خياراتها بالتعصف والقوة القاهرة وكانت مزاحمة الاحتكاريين اليهود على انتهاب الخيارات بواسطة الربا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى التطلع عنح والشرق الإسلامي المظهر وبالتالي أحد أسباب الحروب الصليبية لا سيما وأن هذا التزاحم على سلب الشعوب الأوروبية البائسة عن طريق البطش وعن طريق الربا أدى إلى سقوطها في هوة الفاقة والتأخر وانهيار كل أثر للحضارة لديها بعد قرون قلائل من سقوط روما بيد البرابرة الجرمانيين كانت هذه أوضاع أوروبا التي مهدت لاتفاق بعض ملوك المسيحية وأمرائها مع هؤلاء البارونات الأقطاعيين الباحثين عن المغنم وطامحين للإستلاء على العالم عنوى على شن حملة صليبية كبرى وقد التقت مصالحهم في هذه الأونة مع مصالح المرابين والاحتكاريين اليهود الذين دعموا فكرة هذه الحملة بكل قواهم وإمكانياتهم المالية وانتشروا في كل أوروبا لتحريض حكام المقاطعات وسادة الحرب المترددين عليها ويقنعهم عن طريق فتح مخزنهم على مصارعها لهم لتجنيد المحاربين ورشوة المتخاذلين وكانوا بذلك القوة الخفية التي عملت من وراء السطار على قيام الحروب الصليبية وذلك أنهم وجدوا في هذه الحروب الفرصة الذهبية التي تضيح لهم تقديم القرود إلى زعماء الحملات وأمراء المقاطعات والبرونات وسلطات الكنيسة الذاتها بالريب الباحث والمتاجرة بالعتاد والأسلاب إلى جانب الأهداف السياسية وهي إضعاف قوة الإسلام والمسيحية معا فقد قامت الحملة الصليبية الأولى عام 1095 وكانت مطلعا للحروب الصليبية الثمانية التي استمرت قرنين كاملين بعد ذلك وقد اتخذت هذه الحروب طابعا دينيا مسيحيا وأظهرت للشعوب الأوروبية على أنها حملات تهدف إلى حماية الحجاج المسيحيين إلى مهد المسيح وإعادة الأراضي المقدسة المسيحية فلسطين إلى أحضار المسيحيين أما الحقيقة وهي حقيقة تظهر بسهولة لدى دراسة تفاصيل هذه الحملات وأعمالها الواقعية فإن العوامل التي تدفع قوى الشر في العادة إلى العمل وهي الحقد والتكالب على المغنم والجشع إلى ثروات الغير هي التي حفزت المدبرين الحقيقيين لها وقد انتهت بعض الحملات بالنجاح وتحطم بعضها الآخر على صحرة المقاومة الإسلامية أما النتيجة النهائية لها فهي بقاو فلسطين عام 1271 بأيدي المسلمين تبع الأمراء الزمانيون الذين اشتركوا في المجمع المسكوني الرابع حركة مقاومات التصرط اليهودي ولإعتاق من ربقت المرابين هذه الحركة التي اشتد ساعدها وأخذ يتسع نطاقها فأصدروا بدورهم قوانين تكرس عزلة اليهود وتجبرهم على العيش في أحيائهم الخاصة ثم صدرت قوانين أخرى حذرت عليهم استخدام المسيحيين لديهم أو توكيلهم في معاملاتهم وكان الدافع لهذا التذبير الأخير منع المرابين اليهود من التملص من مسؤولية أعمالهم لأنهم كانوا يجرون صفقاتهم المشبوهة بواسطة بعض الأجراء المسيحيين الذين يتخذون منهم واجهة لهم ويلقوا لهم الفتاة ثم يحملوهم غبة أعمالهم وقد حذرت القوانين على اليهود استخدام المسيحيات في منازلهم أو مؤسستهم بغية حماية الفتيات المسيحيات اللواتي كن في السابق هدفا لشراك المرابين وأعمالهم فكان هؤلاء يعملون على إغوائهم والاحتيال عليهن بشتى الوسائل حتى يصبحن فريسة لهم ثم يستخدموهن بعد ذلك في أغراضهم ولا يتورعون عن المتاجرة بأجسادهم من أجل المال أو إغراء ذوي النفوس المريضة أو استجلاب الصفقات ومنعت قوانين أخرى بعد ذلك اليهود من ممارسة بعض الفعاليات التجارية وهكذا ظنت الشعوب الأوروبية أن المشكلة اليهودية في طريق التصفية وأن المرابين في سبيلهم إلى الإدم خلال غير أن الأحداث أثبتت العكس فقد عجزت هذه القوانين الصارمة المدعومة بقوة الكنيسة عن القضاء على الربح وإقناع المرابين بعدم جدوى أساليبهم واحترام شرعية القوانين وكانت نتيجتها على العكس اجتداد حقد أورانيين على الكنيسة المسيحية وظهور نواة مشروع إضعاف العقيدة المسيحية وتقويد دعائم سلطة الكنيسة هذه النواة التي تبلورت فيما بعد في خطة منظمة تقوم على ركزتين بث فكرة فصل الدين عن كل ارتباط مع أنظمة الحكم من ناحية على أن تتغدى هذه الحملة على أوسع نطاق وبشكل دعوب مستمر دون مبالاة بما قد تتكلفه من أرصدة وجهد ومن ناحية أخرى العمل على إثارة وتنمية الخلافات بين الأمراء والبارونات وبين الكنيسة وتشجيع وتمويل الاتجاهات اللا أخلاقية لدى الجميع أعمد ملك فرنسا إلى حل جدري لمشكلة اليهود عام 1253 فقد أمر بطردهم جميعا لمخالفتهم القوانين فاتجه قسم كبير من المطروضين إلى إنجلترا التي التجهتهم لا سيما وأن المرابين اليهود كانوا قد تمكنوا في الفترة حتى عام 1255 من السيطرة على عدد كبير من كبار رجال السلك الكنسي الإنجليزي وعلى الكثيرين من النبلاء والسادة الأقطاعيين الذين كانوا بحاجة دائمة إلى القروض لتمويل حروبهم ومعاركهم المستمرة وقد وجد البرهان القطع فيما بعد على انتماء هؤلاء المرابيين وقبار الحاخاميين أنهيذ ومن يسمونهم حكماء اليهود إلى النورانيين وكان اكتشف هذا البرهان خلال التحقيق الذي أمر الملك هنري الثالث بإجرائه في فضائح الاحتيال والرشوة والجرائم للمتاجرة بالأجساد والابتزاز التي فاحت روايحها بعد موت هارون أوف لينكون عام 1255 أثبت التحقيق بالدليل القاتع أن 18 يهوديا كانوا هم الذين ينظمون تلك العمليات فقدموا إلى المحاكمة وحكم عليهم بالإعدام مات الملك هنري عام 1272 فخلفه على عرش إنجلترا الملك إدوارد الوول الذي أصدر أمرا حرم بمجبه على اليهود ممارسة الربح ثم استصدر من البرلمان عام 1275 قوانين خاصة جعل لهم بمجبه أوضاء خاصة وسميت هذه القوانين الأنظمة الخاصة باليهود وكان الهدف من ورائها تقليص السلطان الذي يمارسه المرابون اليهود على كافة مدينيهم ليس فقط من المسيحيين بل حتى من الفقراء أنفسهم ولعل الأنظمة اليهودية هذه كانت القوانين الأولى في التاريخ البرلماني الإنجليزي الذي لعب مجلس العموم دورا فعالا في وضعها ولا يمكن أسم هذه الأنظمة بأنها معادية للسامية أو لليهود لأنها حمد في الوقت نفسه المسيحيين واليهود العادلين وقد ظن المرابون اليهود أنهم في هذه المرة أيضا وكما حدث سابقا ولحق المرات عديدة في التاريخ سيتمكنون من تحدي أوامر الملك كما تحد قرارات المجمع المسكوني بفرل السلطة التي يمارسونها على بعض رجال الكنيسة والدولة ولكن ذلك كان خطأهم الأكبر إذ أن الملك عمد إلى إصدار قانون آخر بترض جميع اليهود من إنجلترا وجن النورانيون والمرابون بذلك شر أعمالهم دون أن يمنع عنهم نفوذهم وذهبهم الضر وجلبوا الويلات على رؤوس بقية اليهود العاديين الذين لم يرتقبوا ذنبا سوى السير وراء هذه القلة الشريرة كان ذلك بدء المرحلة التي يسميها المؤرخون الإجلاء الأكبر إذ أخذت الدوامة منذ إذ انتصف باليهود في كل أنحاء أوروبا التي أسرعت رؤوسها المتوجة تحذو حذو الملك إدوارد ففي عام 1306 بعد فترة وجيزة من انتهاء الحروب الصلابية وظهور نتائجها عادت فرنسا فتردته مرة ثانية بصورة كاملة وتبعتها سكسونيا أحد الدول الجرمانية عام 1348 ثم حنغاريا عام 1360 فبلجيك عام 1370 وسلوفاكي عام 1380 والنمسا عام 1420 ثم هولندا عام 1444 وأخيرا إسبانيا عام 1492 ويتخذ طرد اليهود من إسبانيا أهمية خاصة إذ أنه يلقي الضوء على محاكم التفتيش الإسبانية ذلك أن العديد من الناس في أوروبا يظنون أنها أسست من قبل الكنيسة الكاثوليكية بهدف تعذيب والطهاد المشقين على كنيسة روما ومنهم البروتستانتيين فيما بعد أما الواقع فهو أن من أهم الأهداف التي قصدها البابا إنوسانت الثالث من إنشائها هو جعلها وسيلة لكشف فئة من اليهود الذين رجوا إلى طريقة التظاهر باعتناق المسيحية والعمل تحت هذا القناع لتهديمها من الداخل وقد شعرت الكنيسة بوجود مؤمرة من هذا النوع لتختم دعائم المسيحية وأم كان في عدة حالات تقص الأثر واكتشاف المخادعين الذين انكشفت مسيحيتهم المزيفة كما تم كذلك العثور على نص الرسالة الجوابية التي أرسلها الحاخام الأكبر المقيم أنائذ في الأسنة عاصمة الخلافة العثمانية في ظل التسامح الإسلامية الحاخام حيمور رئيس الجالية اليهودية في مدينة إكسان بروهونس الفرنسية أراد على استشارته إياه بعد أن طردت معظم الأقطار الأوروبية اليهود وقد تضمنت هذه الرسالة التي وقعها الحاخام الأكبر بأمضاء أمير اليهود وارسلت بتاريخ الثالث عشر كانون الثاني عام 1486 تعليماته التي أنصح فيها مستشاريه باتباع حصان طرواد الشاهير بالدخول إلى حصن أعدائهم خلف قناعه كما فعل محاربه اليونان القدامى الذين دخلوا إلى مدينة طرواد المحاصرة المختبئين في قلب حصان خشبي كبير أو بتعبير أوضح جعل أبناء اليهود قساوسة مسيحيين ومعلمين ومحامين وأطباء وإلى آخره كيما يتمكن من تحطيم المسيحية من الداخل غير أن محاكم التفتيش لم تقتصر على المهمة الأصلية التي أنشأت من أجلها في الأصل ولم تتوقف عند هذا الحد بل تحولت لأدات برش شملت الجميع دون استثناء وليس بصحيح أن أشيع عن عمد في الأذهان الأوروبية بغية السدراء العطف ومشاعر الندم أنها كانت جهازا خاصا للضخاض اليهود وعندما استنى المفتش الأكبر الشهير تركوماتا مراسم الحرق الرحيبة 1420-1498 كانت المخرقة تتلقف كل من تلسق به تهمة الحرطقة والسحرية والخيانة وممثل حدون تمييز بين اليهودي وغير اليهودي وإلى هذا فإن النقمة التي تعرض لها اليهودي في إسباني لم تكن نتيجة عن أسباب دينية بل جاءت كردة فعل عامة على تصرفاتهم الاقتصادية والاجتماعية إن الحقائق الدقيقة هي التي تلقي الضوء الكاشف على الواقع التاريخي الذي تبدو أسبابه مجهولة أحيانا ففي القرن الرابع عشر تمكن المرابون اليهودي للمرة الأولى من جعل الحكومة الإسبانية تمنحهم حق جباية الضرائب من الشعب مباشرة ولحسابهم الخاص كضمان للقرود التي كانوا يقدمونها للحكومة مما وضع الأهالي تحت رحمتهم المطلقة فاستغلوا هذا الوضع أبشع استغلال واستعملوا من القصوة والوحشية في طلب أقة اللحم من السكان مما ملاء فئدتهم بالحقد والغضب العارم حيث أدحى شرارة واحدة كافية لتفجير البركال الكامل في القلوب فكانت هذه الشرارة الخطابات اللاهبة التي ألقاها فرناندو مارتينيز فهب الشعب على إثرها بسرعة جماعية لارتكاب مجزرة دموية تميزت بفضاعتها وهذا مثل صارخ على بشاعة جرائم المرابين اليهود ومراجههم النورانيين الذين سقط بجريرتهم ألاف الضحايا من اليهود البواساء أنهسهم الذين لم يرتكبوا ذنبا بل أخذوا ما بما اقترفته أيدي تلك الفئة الجانية ألا ترتضوا زعمتها وفيما يلي ما تقوله الموسوعة البريطانية عن موضوع اليهود في إسبانيا كان القرن الرابع عشر العصر الذهبي في إسبانيا ولكن خطابات أحد قصائصة مدينة إشبيليا فرناندو مارتينيز أدت عام 1391 إلى قيام أول مجزرة عامة لليهود الذين كانوا محسودين بثرائهم الفاحش ومحط كره الجميع لأنهم كانوا متعهدي جميع الضرائب أما المتعهدون المذكورون فكانوا يشترون من الحكومة حق جباية الضرائب من الشعب في القرون الوسطى لقع مبلغ معين ثابت يدفعونه سلفا فتوضع السلطات العامة في أخدمتهم ويمنحون حق التعذيب والتنكيل بالمواطنين في السجون ومصادرة الأموال لقاء جمع المبالغ التي يفرضون مقاديرها حسب أهوائهم واستمرت العاطفة في أوروبا ضد اليهود ففي عام 1495 تردتهم ملدة ليتوانيا من أراضيها ثم البرتغال عام 1498 ثم إيطالي عام 1540 ثم بافاري عام 1551 ولكننا يجب أن لا نغفل عن الإشارة إلى أمر هام ذلك أنه بالرغم من تهجير مجموع اليهود عن كل مكان فإن عددا من أغنيائهم وذوي النفوذ منهم كانوا يتدبرون أمرهم للبقاء وقد استطعوا الحصول على مراكز لهم في بوردو وإيفينيا ومارسيليا في فرنسا مثلا وفي بعض مقطعات البابا وفي الشمال الأزاس وفي قسمين إيطاليا الشمالية وتصف الموسوعة البريطانية الموضوعة كما يلي وهكذا وجد اليهود أنفسهم من جديد وجموعهم تنصب في الشرق فتستقر في بولونيا أو في الإمبراطورية العثمانية وجلياتهم الضائرة التي سمح لها بالبقاء في أوروبا الغربية فقد فردت عليها كفة القيود التي تولدت في المرحلة السابقة وهكذا نستطيع القول أن القرون المظلمة اليهودية بدأت في الوقت الذي ابتدأ فيه عصر النهضة في أوروبا ويترجل لنا بوضوح منطقي من هذه نتيجة الأخيرة مدى صحة التحليل التاريخي الذي ينادي به بعض المؤرخين الذين يقولون أن أمم أوروبا الغربية لم تبدأ عصر النهضة والأحياء الحضري إلا بعد أن تمكنت من تحرير أنفسها من براثن السيطرة الاقتصادية اليهودية حسرت الجاليات اليهودية في أوروبا بعد حركات التهجير الكبرى داخل أحيائها التي سميت بالغيتو والتي يسميها اليهود الكحال حيث فرض على اليهود أن يعيشوا معزولين عن جماهير الشعوب التي يقطنون بين أحضانها يحكمهم حاخماتهم أو من يسمونهم حكماهم الذين كانوا بدورهم خادعين لتوجيهات النورانيين وكبار المرابين اليهود الذين لبثوا في مراكزهم التي تمكنوا من الحصول عليها في بعض المدن الأوروبية كما ذكرنا سابقا وكان عملاء النورانيين منبثين في الجيتو وينفثون أسموم الحقد والكراهية وروح الانتقام في قلوب الجماهير اليهودية كما كان الحاخامون بدورهم يلقلون اليهود أنهم شعب الله المختار ولذلك فإن يوم الانتقام آت دون ريب وسيرثون فيه الأرض ومن عليها أما اليهود الذين رحلوا إلى أوروبا الشرقية فقد كانوا مجبارين بدورهم على العيش في مناطق الإقامة التي سمح لهم بها والواقعة بصورة عمع للحدود الغربية لروسيا من سواحل البحر البلتقي في الشمال حتى سواحل البحر الأسود في الجنوب وكان معظم هؤلاء من اليهود الخزر في العصل ويجب أن نشير هنا إلى أن اليهود الخزر هم الذين اشتهروا على مر العصور بخوثهم وبخلهم الشديد وأساليبهم المنحطة في الأمور المالية وأخلقهم الدنيئة في كل أنواع معاملاتهم وهم يدرسون لغة الريديش التي تطورت فيها ثقافتهم ويختلفون عرقيا كل الاختلاف عن العبرانيين القدماء في فلسطين الذين كانوا عشائر من الرعاة بالأصل ترى كما تحقاد القرون داخل أسرار إحياء الجيت وترعى الضماء إلى الانتقام حتى تحول إلى عقيدة وثنية سلبية قائمة على البغضاء والطغيان والتدمير فأزحت تعليم الدين المسوي عن محلها وتبلورت مبادئها الهدامة في النظريات المادية الإلحادية التي ترمي إلى تأديم الأديان والشرائع السماوية وتقود الأسس الأخلاقية المستمدة منها وتمزيق كيان المجتمعات كل ذلك إرواء للحقد القديم على الإنسانية الذي تورثه المرابون وكهانوت الشر منذ أزمينة صحيقة وللجشع إلى السيطرة على كافة خيرات الجنس البشرية وتجريد الجميع مما يمتلكونه ثم حرمانهم حق التملك إلى الأبد وقد تطورت هذه النظريات حتى ولدت الشيوعية وأصبحت قاعدته حركة الهيجان العالمية سلح محفل المرابين وقوى الشر للحذية لتحقيق مخططهم الأزلي للسيطرة على العالم وسكانه اليهود ونشوء السوق السوداء في أوروبا يبين لن التاريخ الأوروبي كيف طور المرابون العالميون أعمال الشعب والإرهاب المحلية أو الفردية إلى حركات عصيان وهيجانات منظمة مترابطة وكيف خططوا لعودة اليهود خفية إلى البلدان التي طردوا منها عن طريق التسلل المستمر الذي كان الوسيلة الوحيدة بأيديهم لأن عودتهم كانت محرمة قانونيا وهكذا أنشعت بيتالي شبكات خفية في جميع المدن الأوروبية مهمتها استقبال اليهود المتسللين ويغدي هذه الشبكات ويمولها منظمات المرابين اليهود ولما كان من المستخيل على هؤلاء اليهود المتسللين الحصول بعد عودتهم على عمل مشروع لأن قدومهم غير قانوني فقد قدمت لهم هذه الشبكات الرصامية التي مكنتهم من إنشاء نظام السوق السوداء في كل بلد أوروبي ومارسوا في هذه الأسواق السوداء كل أنواع التجارب والمقايضات المحرمة الممكنة وكانوا يعملون حسب منهج الشركة الخفية الاحتكارية فيما بينهم جميعا وقد لبثت أسماء سادة المال اليهود الذين يملكون هذه الشبكات أو يسيطرون عليها تحت سطار من الكتمان وقد اتجهت شوكوكو عدد من الكتاب والسياسيين والفلسفة والعسكريين في الماضي أمثال الكون دي بوهونسين والسيد نيستا وتبتر والسيد والترسكوت الشهير والكثيرون غيرهم من المفكرين والمؤرخين اتجهت شوكوكهم إلى جماعة النورانيين والمخططين للحركات الأممية وإيقنوا بأن هؤلاء يشكلون منظمة هي القوة الخفية التي تجذب خيوط الفوضى العالمية ولكن البراهين القطعة بصحة هذه الشوكوك لم تظهر إلا في زمن حديث حيث أمكن ضم الحلقات إلى بعضها بعضا وتجميع الأدلة الواقعية نتبين بعض هذه الأدلة والقوانين من تفحص أحداث التاريخ بحسب تسلسلها الزمنية وهكذا نرى كيف استخدم النورانيون زعماء المجموعتين السامية والآرية لخدمة أغراضهم وكيف زجر بالملايين من البشر في حروب وثورات ومجازر ليست جميعا في الواقع سوى مخاططات في الطريق الذي رسمته فئة ذات فكر جهنمي لتحقيق مطامع مجنونة رهيبة في أنانيتها وهذا نص النداء الذي أطلقه الكاتبان الشهيران ويليام فوس وسيسيل جراهيت في كتابهم الحلبة الإسبانية أن مسألة معرفة من هم الزعماء الحقيقيون للشركة الاحتكارية الخفية ومنظم مخاططاتها الرامية للسيطرة على العالم وكيف يصل هؤلاء إلى أهدافهم هي مسألة تفوق ما يطمح إليه هذا الكتاب وسيمكث الموضوع كواحد من أهم الألغاز العالمية التي لم تحل ولم يكتب عنها حرف واحد وإن الذي سيتمكن من كشف الستار عن هذا اللغز يوما وإعلانه للعالم لن يكون إلا رجلا رائع الشجاعة قادرا على اعتبار حياته جذيرة بالتضحية في سبيل الإنسانية لأجل تنبيهها إلى ما تضييتها لها جماعة شيطانية ممن جعلوا أنفسهم كهنة لدين خفي يريدون فرضه على العالم إننا نستطيع الحكم على نجاح التمثيل التدريجي للمخطط بدراستنا لتسلل اليهود عائدين إلى الأقطار التي كانوا قد طردوا منها فقد عاد اليهود إلى إنجلترا عام 1600 وإلى هنغاري عام 1500 ولكنهم طردوا منها ثانية عام 1582 وعادوا إلى تشيكوسلوفاكيا عام 1562 ولكنهم طردوا منها ثانية أيضا عام 1744 وعادوا إلى لتوانيا عام 1700 إلى آخره وإذا ضربنا صفحا عن عدد المرات التي طردوا فيها من كل قطر فإننا نرحظ أنهم تركوا وراءهم في كل مرة أوساط معينة خادعة لنفوذهم كانت تحرك الهيجنات والفوضى دائما بتوجيههم أو بصورة أداق بحسب تعليمات القوى الخفية التي تحرك الخيوط من وراء الستار لما كان الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا هو الأول الذي طرد اليهود من بلاده فقد قرر سادة الذهب اليهود في فرنسا وهولندا وألمانيا أن إنجلترا بالذاتي التي يجب أن تكون الهدف الأول الذي يطبقون فيه مناهجهم المدروسة لإثارة الفوضى الشاملة والهيجان وهكذا شرعت الأوساط العملية لهم في إنجلترا أو بتعبير أخر خالياهم بأعمال فعاليته الهدامة دب النزاع أولا بين ملك إنجلترا وحكومته ثم تبعته المشاحنات بين أرباب العمل والمستخدمين وبين العمال والمالكين ثم ثر الخلاف بين الدولة والكنيسة ودس المتأمرون بخبث نظريات متنقدة تنادي بحلول مختلقة في أمور السياسة والدين ولم تلبث إنجلترا أن وجدت نفسها مقسمة إلى معسكرات عديدة يتحفز كل منها للإنقضاد على الآخر بل قسم المعسكر نفسه إلى أقسام عدة فقد انقسم الشعب الإنجليزي المسيحي إلى معسكرين بروتستانتي وكاثوليكي ثم انقسم المعسكر البرتستانتي إلى طائفتين الملتزمون والمستقلون وانهمر الذهب في ذلك كله من جهات مجهولة على المحردين ورؤوس الفتنة كان ملك إنجلترا أنائذ شار الأول وعندما تم لقاع بينه وبين البرلمان اتصل أحد رؤوس جماعة المرابين العالميين اليهود في هولندا المدعو من أسح بن إسرائيل بالقائد الإنجليزي الشهير أوليفال كرومويل وعرض عليه المبالغ الطائلة من المال لتنفيذ المشروع الخفي الرامي إلى الإطاحة بالعرش البريطاني وقد تقبل كرومويل هذا العرض وتألفت مجموعة من أرباب الذهب اليهود لتمويله ومساندته كان فيها إلى جنب من أسح بن إسرائيل الزعيم اليهودي البرتقالي الأشهر فيرناندي إزكارفاقال الذي ترقبه كتب التاريخ باليهودي العظيم والذي أصبح فيما بعد رئيس المستشارين العسكريين لكرومويل وقد نظم هذا أنصار كرومويل الذين اشتهروا باسم الرؤوس المستديرة وحولهم إلى جيش نظامي إنهارت عليه الإمدادات بالسلاح والعتاد والأموال بوفرة وعندما بدأ تنفيذ القسم المسلح من المؤامرة تتدفق إلى إنجلترا عن طريق التهريب مئات من الثوريين المحترفين المدربين وانضم الجميع إلى الخلايا اليهودية الفوضوية التي برزت أنهيذ على شكل منظمات إرهابية شرعت حالا في عمليات الإرهاب على نطاق واسعا بهدف ترويع السكان وإشاعة جو من الظعر والقلق يمحد للحرب الأهلية والصدام المسلح مع قوات الأمن والجيش النظامي وتكشف الدراسة الوعية لأسلوب التدفق الفوضوي هذا عن طريق التهريب واستخدام أفواج المحربين المدربين بأوسطة الخلايا والشبكات وتكوين المنظمات الإرهابية التي تمارس عمليات الإرهاب والترويع وتمويل الخطة كلها أخيرا بذهب المرابين العالميين اليهود تكشف لنا عن ظاهرة دقيقة تشكل برآنا آخر على استمرار مؤامرة قوى الشر عبر العصور فهو الأسلوب الذي تبعته المؤامرة دائما وبصورة متماثلة في كل أطوار التاريخ ونجد خير مثال الله في عصرنا الحاضر في عملية الاحتلال الصهيوني لفلسطين وإلى هذا فإن دفعا فوضوي يحمل بعد هذه المعالم يحدث في أمريكا اليوم ولن يستطيع إحباط مثل هذه المؤامرات في العالم سوى تضامن قوى الخير الأخلاقية حول فكرة الإيمان بالله والدفاع عن شريعته وصنود الشخصيات الكبرى من قادة قوى الخير أمام موجة الإلحاد العالمية المسيرة من قبل محفل حكماء الصهيون حتى يسترد هؤلاء القادة المؤمنون زمام المبادرة وتنفذ الإنسانية المهددة من مصير قاتم كانت خلايا الثورة جميعا في إنجلترا أنائذ بقيادة زعيم يهودي اسمه ديسوز وكان هذا في الوقت نفسه سفيرا للبرتغال في إنجلترا بفضل اليهودي العظيم فرناند اسكارفاجاد الذي تمكن بنفوذه والاعتمادات المفتوحة له من الحصول على هذا المنصب وبذلك أصبح مسكن ديسوز المحمي بالحصانة الدبلوماسية مقرا لزعماء النشاط اليهودي الخفي المشرفين على المؤامرة وأحد مراكز تحضير الثورة بالتالي ولقد بدأت الثورة الإنجليزية أخيرا بعد أن عبد النورانيون لها الطريق وأصبح كل شيء معدا وقد بدأت بالنزاع الديني الذي أثير بين الكاثوليكيين والبروتستانتينيين عن مذهب كالفين ثم شرعت الخلايا الخفية بتنظيم مظاهرات المسلحات تنطلق في كل مناسبة ودون مناسبة فتسمم الجو العم في البلاد وتشيع الفوضى والقلق نجد الشرح الوافي لهذه الناحية من خفايا الثورة الإنجليزية والتفاصيل المرتبطة بهذه الفترة في جزئي الكتاب الضخم حياة الملك شارس الثاني الذي وضعه إسحاق ديزرائيلي أحد كبار اليهود الإنجليز فيما بعد والد بن يمين ديزرائيلي الذي أصبح من أقطاب الدولة والسياسة وتولى منصب رئاسة الوزارة عدة مراته منح لقب لورد بيكسوسفيلد وقد بين إسحاق ديزرائيلي في كتابه أنه حصل على معظم المعلومات من سجلات مالي خورد سالم الزعيم اليهودي الذي كان سفيرا لفرنسا في الحكومة البريطانية في عصر الملك شارس الأول كما أوضح أيضا نواحي التشابه الكثير والغريب بين الثورتين الإنجليزية والفرنسية فيما بعد مشيرا إلى صلة القرابة أو التماثل التي تربط بينهما وهكذا فإننا نستطيع أن نرى بجلاء أثر الأيد الخفية أي دي منظمة حركة الهياجان العالمية في كلتا الثورتين بل وكما سيبرهن عليه في هذا الكتاب في كل حركات الفوضى والحروب المفتعلة إن البرهان المطلق الذي يدين كرمويل زعيم الثورة وديكتاتور إنجلترا الطاغية بعدئذ متهمة الاشتراك في المؤامرة الثورية اليهودية هو الذي حصر عليه اللورد ألفريد دوغلس الذي كان يشرف على المجلة الأسبوعية الإنجليزية بلين إنجليش والذي أعلنه في مقال نشره في هذه المجلة في عددها الصدر في الثالث أيلول 1921 فقد شرح اللورد دوغلس في هذا المقال كيف وصل إلى حوزة صديقه السيد فان فالكرت الهولندي مجلد نادر كان قد فقد من سجلات كنيس مولخين في هولندا خلال حروب نابوليون ويحتوي هذا المجلد على سجلات الرسائل التي أرسلها وتلقاها الحخامون المتعاقبون الذين ترأسوا هذا الكنيس وتقول إحدى هذه الرسائل المحررة باللغة الألمانية والمرسلة من أوليفر كرمويل إلى رئيس هذا الكنيس سنائذ الحخام أينزل بارت بتاريخ السادس عشر حزيران 1647 بالحرف الواحد سوف أدافع عن قبول اليهود في إنجلترا مقابل المعونة المالية ولكن ذلك مستحيل طالما الملك شارلس لا يزال حيا لا يمكن إعدام الملك دون محاكمة ولنمتلك في الوقت الحضر أساسا وجيها للمحاكمة يكفي للاستصدار حكم بإعدامه ولذلك فإنني أنصح باغتياله ولكننا نزدخل في الترتيبات لتدبير قاتل غير أننا سوف نصاعده في حالة هربه ويحتوي السجل على رد الحخام برات على هذه الرسالة بتاريخ الثاني عشر تموز 1647 ويقول في إجابته لكرمويل سوف أقدم المعونة المالية منذ خلع الملك شارلس وقبول اليهود في إنجلترا والاغتيال خطر جدا ويجب إعطاء شارلس فرصة للهروب وعندئذ سيعطينا القبض عليه ثانية سبب وجيه للمحاكمة والإعدام وسوف تكون المعونة وفرة ولكن لا فائدة من مناقشة شروطها قبل بدء المحاكمة وفي الثاني عشر من تشرين الثاني من ذلك العام مهدت الفرصة للملك شارلس الأول للهرب وقد ألقي القبض عليه بالطبع ويتفق المؤرخان البريطانيين الكبيران هوليس ولودو وهم الحجة في تاريخ ذلك العهد قال أن هرب الملك تم إيقافه كان من تدبير كرمويل وقد جرت الأحداث بعد إيقاف الملك بسرعة وعلى ما أراد كرمويل الذي صفى أولا جميع وضاء البرلمان الإنجليزي المخلصين للملك ولكن المجلس في جلسته التي عقدها ليلة 15 من أيلول 1648 قرر بالرغم من هذه التصفية وبأغلبية أعضائه قبول التنازلات التي أعلنها الملك واعتبارها كافية لعقد اتفاق جديد معه وكان معنى ذلك بصراحة من نسبة لكرمويل انتهاء دوره وحرمانه من الأموال التي وعده بها سادة المال العالميون فأصدر أمره بالتصفية إلى أحد أتباعه وهو الكولونيل برايد الشرايرو في التاريخ الإنجليزي وهو أيضا الذي قام بتصفية جميع أعضاء البرلمان الذين صوتوا بالموافقة على عقد الاتفاق مع الملك وعملية التصفية الكبرى هذه التي قام بها الكولونيل برايد هي التي تسميها كتب التاريخ المدرسية في إنجلترا تصفية برايد لم يبقى في المجلس بعد انتهاء هذه التصفية سوى 50 عضوا استولوا لحساب كرمويل على السلطة المطلقة وفي تاسع كنون الثاني 1649 أولين تشكيل محكمة سميث بمحكمة العدالة العليا عهد إليها بمهمة محاكمة ملك إنجلترا وكان ثلثاء أعضاء هذه المحكمة من أعضاء جيش كرمويل وعندما لم يستطع المتأمرون إيجاد محامل إنجليزي واحد يقبل بالقيام بدور مدعي عام ضد الملك كلف اليهودي العظيم كارفغال أحد اليهود الأجانب اسمه إسحاق دوريا العوس الذي كان عميلا لمناسح بن إسرائيل في لندن بهذه المهمة وهكذا أودين شارلس الأول بالتهم التي قررها بجأن المرامين اليهود العالميين وليس كما تقوله كتب التاريخ التي قررها الشعب الإيجليزي وفي يوم العشرين كانون الثاني 1649 قتع رأسه بالبلدة علنا أمام المصر في اليهودي القائم في ساحة هاوتي هول في لندن وهكذا تم انتقام المتآمرين العالميين الذين قرروه منذ طردهم الملك إدوارد الأول من إنجلترا وتلقى كرومويل الذهب الموعود به كما تلقى يهوذ الخائن من نفس المصدر ثمن خيانته لسيد المسيح لم يكن الانتقام كما يتبادر إلى ذهن الهدف الوحيد للمرابين العالميين اليهود في عملياتهم هذا بل كان هدفهم الأول والذي أوضحته أحداث التاريخ فيما بعد السيطرة على اقتصاديات إنجلترا وعلى مقاريد الأمور الحقيقية فيها وكان هدفهم الأعمق والتالي إثارة عدد من الحروب بعد ذلك بين إنجلترا ومختلف الدول الأوروبية ذلك أن الحروب تتطلب مبالغ ضحمة من المال يضطر الحكام الأوروبيون لاستقراضها من المرابين اليهود العالميين أنفسهم بالربى الفاحش وهذا ما يؤدي إلى نتيجتين ألف حصل هؤلاء المرابين على أرباح خيالية وازدياد القروض الوطنية التي ستثقلك إلى مختلف الأمم الأوروبية با وضع حكام أوروبا بموقف التبعية والحاجة بالنسبة للمرابين العالميين نتبين هذه النتائج بسهولة منطقية بتتبعنا لتساسل الأحداث الزمني في إنجلترا منذ إعدام الملك شار الأول 1649 حتى تأسيس بانك إنجلترا عام 1694 فقد ازداد مبلغ القرض الوطني الإنجليزي ازديادا مطردا من ناحية وتمكن السادة المال العالميون من ناحية أخرى من جعل شعوب أوروبا ينقض بعضها على البعض الآخر ولعل خير وسيلة لإدراك حقيقة تلك الفترة من التاريخ يستعراض الأحداث المتعاقبة وفيما يلي جدول بهذه الأحداث بحسب تسلسلها الزمني الأحداث 1649 هجم كرومويل إيرلندا معتمدا على التمويل اليهودي وانصبت نقمة الإيرلنديين الكاثوليكيين من جراء الكوارث التي نزلت بهم على يد البروتستانطيين الإنجليزيين 1650 صار القائد الإنجليزي سانترونغ على كرومويل ولكنه فشل وقبض عليه 1651 أعد شارس الثاني ابن شارس الأول هجوم على إنجلترا ولكنه فشل بدوره أيضا وأبحر عايدا إلى فرنسا 1652 دخلت إنجلترا الحرب ضد الهولنديين 1653 أعلن كرومويل نفسه ديكتاتورا واتخذ لقب اللورد الحامل لإنجلترا تغيير القوس أو بمعنى آخر سيد إنجلترا المطلق 1654 اشتبكت إنجلترا في عدد من الحروب الأوروبية الأخرى 1656 بدأت الاضطرابات في المستعمرات الأمريكية التي تمتلكها والتي كونت فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية 1657 موت كرومويل وإعلان ابنه ريتشارد الحامل جديد لإنجلترا 1659 ريتشارد يشمعز من التعامل المستمر ويعتزل الحكم 1660 الجنرال الإنجليزي مونك يحتل لوندن وإعلان شارلس الثاني ملكا على إنجلترا 1661 كشف الستار عن المؤامرات التي اشترك فيها كرومويل وحدوث هياج في لوندن حيث ينبش شعب جثته جثث كبار أعوانه أمثل إيرتون وبراتشو ويعلقها على المشانق 1662 الشقاق الديني بين مختلف الطوائف البرتستانتية واضطهاد الطوائف الدينية التي لم تقبل بالخضوع للكنيسة الرسمية الإنجليكانية 1664 اشتباك إنجلترا من جديد بالحرب مع هولندا 1665 أزمة اقتصادية جديدة تحيق بإنجلترا والبطالة والمجاعة تأخذان بخناق الشعب ونشوب حريق هائل يضمر لوندن ثم تفشي الوباء الذي عرف بالتاريخ باسم الطاعون الأكبر 1666 إنجلترا تشترك بحرب جديدة مع فرنسا وهولندا 1667 نشوء نوع جديد من التحزب السري في الأوساط الحاكمة عرف في التاريخ الإنجليزي باسم كابال وقد أثار موجة جديدة من الاتهاد الديني والسياسي 1674 تخطيط جديد لجماعة المؤامرة العالمية اقتضى إسناد أدوار جديدة لأشخاص جدد وإيقاف الحرب بين هولندا وإنجلترا فقد عهد بالدور الأول إلى الهولندي ويليام إستراد هولدر الذي رفع إلى رتبة القائد العام للقوات الهولندي وأصبح لقابه دوك أوف أورانج ثم رتب لقاء بينه وبين الأميرة ماري ابنة وريث عرش إنجلترا المنتظر الدوك أوف أورانج 1677 زواج الأميرة ماري بدوك أوف أورانج الذي أصبح ليقف بينه وبين عرش إنجلترا سوى حائلان الملك شارلس الثاني والدوك أوف يورك بحيث يصبح العرش بين يديه لو تم القضاء عليهم 1683 تدبير المؤامرة التي عرفت في التاريخ الإنجليزي مؤامرة منزل رايل اغتيال الملك شارلس الثاني والدوك أوف يورك معا وإخفاق هذه المؤامرة 1685 موت شارلس الثاني وصعود الدوك أوف يورك باسم الملك جيمس الثاني إلى العرش ثم يشوب حملة إشاعات وتلطيخ شاملة ضد هذا الملك حال صعوده إلى العرش وقبول الدوك أوف موتموث لأسباب مجهولة بتزعم ثورة ضد جيمس الثاني وهزيمة الدوك أوف موتموث في معركة سبتغار الشهيرة في التاريخ الإنجليزي وإلقاء القبض عليه وإعدامه في الخامس عشر تموز من نفس العام وقد تل ذلك حملة محاكمات وإعدام بالجملة واضحاد عارم ضد عداء الملك أهبت فجأة بفعل القوى الخفية التي غيرت استراتيجيتها وإنتج هذا الاضحاد نقمة عارمة ضد الجيش الثاني الذي كانت هذه القوى الخفية مصممة على القضاء عليه بأي ثمن وفتح طريق العرش لدوك أوف أورانج 1688 إقدام المتأمرين على خطوة جديدة فقد هجم الأمير ويليام أوف أورانج إنجلترا ورست صفنه في الخامس ستشرين الثاني على شاطئ تورباي مما أجبر الملك جيمس الثاني على التنازل عن العرش ومغادرة بلاده إلى فرنسا بعد أن أصبح مكروها من قبل الشعب بسبب حملة الأقويل المتظمة المستمنة ضده من ناحية وبسبب حملة الاضحاد والعدامات التي هبت ضد عدائه بعد سحق ثورة الضوك أوف متموث 1689 إعلان ويليام أوف أورانج والأمير ماري زوجته ملكا وملكة على إنجلترا ولما كان الملك جيمس الثاني كاثوليكي مما قد يدفع الكاثوليكيين الإنجليز إلى محاولة عادته إلى العرش فقد أظهرت القوى الخفية ويليام أوف أورانج كبطل البروتستانتية وبالفعل وصل الثاني إلى إيرلندا الكاثوليكية في الخمس عشر شباط في هذا العام حيث لم تلبث أن جرت معركة بوين الحاسم الشهيرة في التاريخ الإنجليزي التي وقف الكاثوليكيون والبروتستانتيون الإنجليز فيها وجه لوجه وصحق فيها المعسكر الكاثوليكي في الثاني عشر تموز 1698 ولا يزال البروتستانتيون الإنجليز يختفون كل عام منذ إذن بذكر هذه المعركة دون أن يعلم أحد منهم أن أولئك الذين حاربوا فيها لم يكنوا سواء العوبة في أيدي المرابين ليهود العالميين الذين كان هدفهم من كل المعارك والهياجانات التي نشبت في إنجلترا منذ عام 1640 حتى عام 1689 هو الوصول إلى السيادة على مقدرات إنجلترا الاقتصادية والسياسية وكنت الخطوات الرئيسية التي سعوا لإنجازها إنشاء بنك إنجلترا وترصيخ القروض القومية التي كانت إنجلترا مدينة لهم بها لقاء الأموال التي يقرضوها إياها للقيام بالحروب هذه الحروب التي خططوا لها وحرضوا على قيامها هم بأنفسهم ويبين لنا التاريخ كيف مضوا قدما في تنفيذ مخططهم يكشف لنا التحايل التاريخية للأحداث السابقة ولجميع أحداث التاريخ الأخير المشابهة لها بوجه عام إن الدول والشعوب التي أقدمت على إثارة الحروب ومهاجمة الغير والتحريض على الثورة والهياجان والزج بنفسها بها لم تحصل في النهاية على أي نتيجة ذات فائدة حقيقية ولم تتمكن من تحقيق أي ربح ثابت فعلي أو الوصول إلى حل أي مشكلة تعاني منها سواء كانت مشكلتها سياسية واقتصادية أو حضارية أما الرابح الوحيد المستمر فلم يكن دوما سوى تلك الجماعة الخفية الشريرة من المرابين اليهود وترجع للحروب العالميين الذين مولوا جميع تلك الحروب والهياجانات ولعبوا فيها دور المحرض الخفي وتؤدي دراسة هذه الأحداث أيضا إلى العودة بالذاكرة إلى حقيقة معروفة في التاريخ البريطاني ترتدي على ضوء هذه الدراسة أهمية خاصة ذلك أنهما إن وصل ذلك القائد الحولندي ويليام أفورانج إلى عرش إنجلترا حتى اضطر الخزانة البريطانية إلى استقراض مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه نسترلينيا بعملة ذلك العصر من اليهود المرابين الذين نصبوه في مكانه ويستطيع أي تفل إنجليزي أن يرى هذه الحادثة في كتب التاريخ التي يدرسها في المدرسة ولكن هذه الكتب تذكر له أن المفاوضات من أجل القرد أجراها عن إنجلترا مبعوثانهما جون حبلين وويليام بارتسون وليتشير بحرف واحد إلى أسماء المرابين اليهود الذين قدموا هذا القرد الضحم والذين بقيت هوياتهم مكتومة عبر التاريخ ويكشف المأرخون الذين دونوا حادثة مفاوضات القرد هذه أنها أجريت داخل كنيسة مغلقة مبالغة من المرابين في الحفاظ على سرية العمل وقد كانت الشروط التي فرضها المرابون اليهود الذين قدموا للخزانة البريطانية القرد والتي وافق عليها الملك ويليام أف أورانج أوماندو بوهو بهي التالية تبقى أسماء المرابين الذين قدموا سرية ويمنحون ميثاقا يسمح لهم بتأسيس بنك إنجلترا وتلمن بريطانيا لمديري بنك إنجلترا الحق الشرعية بوضع سعر الذهب والسعر معادلة من العملة وهذا ما يكفل لهم واحد أن يستطيع إصدار قروض بقيمة عشر جنيهات سرلينية مقابل كل جنيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم الخاصة في البنك اثنين أن يسمح لهم بتوثيق القرد الوطني البريطاني وتأمين دفع الأقصاط الرئيسية منه ومبالغ العوائد عن طريق فرض ضرائب مباشرة على الشعب وهكذا وبصورة جلية كما ترى بع الزعيم الأصولي ويليام أف أورانج إنجلترا وشعبها للمرابين العالميين اليهود بمبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف جنيه نسترليني ووصل هؤلاء أخيرا إلى مآربهم بجعل بنك إنجلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية وحصلوا على حق إصدار العملة البريطانية ومن البدهي أن القوارين أصبحت عجزة عن أن تمسهم أو تعيقهم بشيء بعد أن أصبحت مقاريد السلطة المالية في أيديهم وغرقت الحكومة الإنجليزية في القروض قد لا يدرك لأول وهلة سوى الخبير الاقتصادي المعنى الحقيقي للسيطرة فئة ما على أسعار الذهب وما تعادله مع العملة ولكن يكفينا لذلك أن نذكر عملية واحدة بسيطة تنجم عن هذه السيطرة من أن باستطاعة مدراء بنك إنجلترا إصدار قرضهم بمبلغ ألف جنيه نفسريني مقابل كل مائة جنيه من الذهب يضعونه في أصدتهم كضمانة وهذا يعني أنهم بذلك يحصلون على الفائدة عن كامل القيمة أي ألف جنيه ولا عن المبلغ الحقيقي الذي رصدوه وهو عشر هذه القيمة وتعدل هذه الفائدة مبلغ خمسين جنيه في العام وهذا يعني بوضوح أن مدراء البنك يحصلون منذ نهاية العام على خمسين في المئة من مجموع المبلغ الأصلي الذي رصدوه فعلا لأجل القروض إلى آخره وعندما يتقدم أحد الأشخاص أو المؤسسات فإن البنك يفرض عليه تقديم تأمين أو رحل على شكل عقارات أو أسهم أو ممتلكات إلى آخره ويقدر قيمتها غالبا بأقل بكثير من الحقيقة وإذا تأخر المقترض عن دفع الفوائد والأقصة عن أصل القرض فإن البنك يعجز على التأمينات حالا وهذا إجراء يشتريطه البنك سلفا عادة في العقود فتكون النتيجة أن سادة البنوك يحصلون على قيمة قرضهم أضعافا مضاعفة لا يهدف مخاطط أرباب المال العالميين إلى تأمين دفع الشعب الإنجليزي للقرض الوطني المترطب على الدولة كما يتبادر إلى الذهن بل إن هدفهم هو العكس من ذلك تماما أي عدم السماح لإنجلترا أبدا بدفع قرضها الوطني وجعلها بالتالي موضع التبعية المالية المستمرة بالنسبة إليهم ومن جهات أخرى حلق الظروف العالمية المتجددة التي تؤمن إغراق أمم العالم التي يسقط قادتها فريسة إغراء القرض السهلة في القرض الداخلية والخارجية التي يمسكونهم بخلوطها الحقيقية العميقة أما فيما يتعلق بإنجلترا بالذات وهي موضوع بحثنا في هذا الفصل فقد قفز القرض الوطني في أربعة عوام فقط وقد تجمع أنئذ هذا المبلغ الطائل بعملة ذلك العصر بسبب الحروب المتواصلة هذه الحروب التي لم تلبث أن امتدت إلى معظم أقطار أوروبا فقد جلبت القوى الخفية التثبيت ثانية فأثرت الحروب الأوروبية التي عرفت بالتاريخ باسم حروب الوراثة الإسبانية وفي عام 1701 عين الدوغمار البورد قائدا عاما للقوات المسلحة الهولندية وتعترف الموسوعة اليهودية بالذات وهي خير من يعلم الموضوع بالطبع أن الدوغمار اليوت كان يتلقى أنئذ بسبب خدماته الجليل مبلغ 6000 جنيه ستريني بعملة العصر في العام للمراوي اليهودي الهولندي سولومون مدينة وترين أحداث التاريخ التي تسلسلت حتى قادت إلى الثورة الفرنسية عام 1789 كيف تضخم مقدار القرد الوطني البريطاني حتى وصل إلى مبلغ 885 مليون جنيه ستريني عام 1815 أما في عام 1945 فإن هذا القرد وصل إلى مقدار خيالي هو 22 مليار جنيه ستريني وكان مقدار الفائدة السرية فقط عن عامي 45-46 مبلغ 445 مليون جنيه ستريني إن هذه الآلاف الأخيرة من الجنيهات إلى جانب الملايين ليست في الواقع رضخامتها إلا كصورا فردية لا تذكر بجانب المبلغ الأصلي الذي يفوق طائلة الخيال وهي أشبه ما تكون بنهشة أخيرة جشعة وهي التي أشر إليها أحد خبراء الاقتصاد الأيرلنديين في معرض بحث عن القرد البريطاني قائلا لا يمكن إلا لمنظمة يهودية أن تتكالب للحصول على هذه الأرقام الكسرية إلى جانب الأطنان الضخمة الفصل الثالث حقيقة الثورة الفرنسية الرجال الذين سببوا الثورة ألقينا الضوء في الفصل السابق على الوقاية التي تبين كيف أن مجموعة صغيرة من المرابين الأجانب عن إنجلترا الذين يمارسون فعاليتهم عن طريق عملائهم الإنجليز استطاعوا الوصول إلى السيطرة على الاقتصاديات تلك البلاد مقابل ذلك المبلغ المتواضع نسبيا أي مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه السليني وكيف تمكنوا في الحين نفسه من البقاء مجهولين وسوف نقدم في هذا الفصل معطيات تاريخية تلقي بعض الضوء على جماعة المرابين اليهود ونقدم في هذا الفصل أيضا معطيات تاريخية تلقي بعض الضياء على جماعة المرابين اليهود العالميين هؤلاء ونبرهن كيف تعامرهم وخلفاؤهم وخططوا وموغلوا الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 بالطريقة عينها التي خططوا بها وموغلوا الثورة الإنجليزية التي خصصنا البحث السابق لها وسنكشف السطارة في الفصل التالية عن تفاصيل اشتراك سدة المال اليهود العالميين هؤلاء في الثورات العالمية وفي جميع الحروب والهيجانات التي ما فتأت الإنسانية تعانيها دوريا منذ عام 1789 وعن ما هي القوة الخفية التي تحرق الخيوط من وراء السطار روتشيلد وإمبراطورية المال اليهودية تشمل الموسوعة الإنجليزية على تاريخ أسرة روتشيلد أباطرة المال اليهود فمنذ نشوء هذه الأسرة التي لعبت دورا هاما في التاريخ الخفي للمرحلة المعاصرة في العالم كان مؤسس هذه الأسرة أمشيل موس باور ورابيا ضخما وأحد أثرياء الصغة اليهود الذين أنهكهم التجوال الطويل في كافة أقطار أوروبا شرقية فاستقر عام 1743 في مدينة فرانكفورت في ألمانيا حيث أسس في شارع ويندون ستراس مجرا جعله مركزا للمعاملات المالية والمصرفية ثم توفي عام 1754 فخلفه ابنه الصغير أمشيل ماير باور المولود عام 1743 وقد علمه الأب منذ حدثة سنه كل المعلومات الأساسية عن محنة الصرفة ودربه على المرابات وتجارة الذهب بالرغم من أنه كان ينوي أن يجعل منه حخاما في المستقبل غير أن موته حال دون ذلك بدأ لابن حياته كمستخدم في مصرف ابنهايمر اليهودي ولم تنضي فترة طويلة حتى برها على حذاقة وموهبة خارقة في شؤون الأعمال المالية مما حدى بأصحاب المصرف إلى إدخاله معهم كشريك جزئي ثم لم يلبث أن عاد إلى فرانكفورت بعد أن اشتد عوده وسلم المؤسسة المصرفية التي ورثها عن أبيه كان يعلو هذه المؤسسة شعارها المكون من درع أحمر اللون ولم يكن اختيار الأبي لهذا الشعار عبثا فقد كان ذا دلالة معينة بين يهود أوروبا الشرقية وكلمة الدرع الأحمر تلفظ بالألمانية كما يلي روتشيلد فاتخذ أمشيل مايرباور من هذه الكلمة ذات الدلالة اليهودية الخاصة اسما لأسرته التي أصبح اسمها روتشيلد أو روتشيلد أعش أمشيل مايرباور أو روتشيلد الأول حتى عام 1812 وكان له خمسة أطفال ذربهم جميعا منذ نعومة أطفالهم حتى يصبحوا ذات يوم من أعرق المتخصصين بالربا والمعاملات المالية الضخمة وكان أقدر هؤلاء الأبناء نتانا الذي نمت لديه موهبة مالية فذا جعلت والده وجماعة المرابين يرسلونه إلى إنجلترا منذ مطلع حياته العملية مزودا بدعمه من شامل بمهمة خاصة تهدف إلى جعله أحد المسيطرين على بنك إنجلترا وكان الهدف التالي والأبعد أن يستخدم هذه السيطرة في مباعد ليؤسس بالاشتراك مع أبي وإخوانه الأربعة احتكارا ماليا عالميا للصرفة وتجارة الذهب والمال يمتد كالأخطبط في كل أنحاء أوروبا وقد تلقى نتانا روتشلد لدى صفره مبلغ 20 ألف جنيه نسترليليا فاستطاع إثبات مقدرته المالية بتعويلها إلى 60 ألف جنيه بعد ثلاث سنوات فقط كانت جماعة المرابين العالميين الذين أرسلوا نتانا إلى إنجلترا الحلقة الزمنية الجديدة في مجموعة سادة المال اليهود وقد تكونت هذه الحلقة عام 1773 عندما وافد 12 من أرباب المال العالميين إلى فرانكفورت بدعوة من أمشيل باور أو روتشلد الأول الذي كان أنئذ في الثلاثين من عمره وعقد معتمر لتأسيس احتكار عالمي يضم جماعة سلطانهم المالي وإمكانيات كل منهم وقد بيّن لهم روتشلد في هذا الاجتماع الدور الذي لعبته المؤامرة اليهودية العالمية في تدبير الثورة الإنجليزية كما قدم لهم دراسة عن الأخطاء التي ارتقبت والمخاططات التي يجب تحديلها في الخطوات التالية كانت الأخطاء تنحصر في رأي جماعة المؤامرة العالمية بما يليه ألف البطء في التنفيذ وعدم الوصول بنتيجة ذلك إلى سيطرة مطلقة شاملة با بقاء عناصر كثيرة ذات نفوذ قوي وقادرة على الوقوف في وجه المؤامرة أو محاربتها وهذا ما يقتضي برأيهم بالنسبة لكل حركة تالية ما يليه واحد الإسرع في التنفيذ بلا هودة والتخلص من العناصر المعارضة والتي قد تتمكن من الوقوف يوما بوجه المؤامرة اليهودية عن طريق البطش والعنف والإبادة الجماعية اثنان السيطرة المطلقة العمياء على الجماهير وإسلاس قيادها عن طريق فرض الإرهاب الفكري والمادي عليها على أن هذه الأخطاء لم تمنع تحقيق الأهداف العصلية لمدبري الثورة الإنجليزية فقد تمكن السادة الرأس مال العالمي من السيطرة على الاقتصاد الوطني الإنجليزي وأثقال كاهل إنجلترا بالقرض الوطني الذي رسخ دعائمه أولا ثم عمدوا عن طريق المخططات الخفية على النطاق العالمي إلى تضخيم هذا القرض بالطراد وهكذا أخذوا منذ أيدي يجرون إنجلترا إلى غمار الحروب التي كانوا يثيرونهاهم بأنفسهم خفية ويقدمون في الوقت نفسه إلى إنجلترا المجبرة على اللجوء إلى قروضهم الأموال اللازمة لخوض هذه الحروب بسط روتشلد لجماعة المرابين براهينه المبنية على الحجة والواقع مثبتا لهم أن النتائج المالية التي تم الحصول عليها بنتائج الثورة الإنجليزية لا تعد شيئا مذكورا إلى جانب الغنائم التي سيتمكنون من الاسسلاء عليها بنتيجة إشعال نيران الثورة في فرنسا لقد اكتملت حجج المجتمعين بحجج روتشلد الواقعية وتم التفاهم بينهم على توحيد هدفهم وتبني مخاططه الثوري المدروس بعناية ويقوم هذا المخاطط على توحيد الإمكانيات المالية الطائلة للمتأمرين وكل ما يعتبعها من سلطان فتنصب بطاقة هذه الشركة المالية العالمية الخفية على تنفيذ المشروع وعندما تم الاتفاق نهائي على المخاطط بسط لهم روتشلد خفاياه ويعتمد المخاطط على المناورة بهذه الثروات الضحمة المتحدة مما سيؤدي بصورة حتمية إلى خلق ظروف اقتصادية مشبعة بالقلق بحيث تتفشى البطالة بصورة إجبارية بين جماهير الشعب الفرنسي وتدفع البطالة هذه الجماهير إلى حالة قريبة من المجاعة فتنهل إذاك الدعايات المعارضة المرسومة والمعجاة خفية من قبل جماعة المؤامرة بحيث تنصب العلاقة ومسؤولية الانهيار الاقتصادي على عاتق ملك فرنس والبلاط والنبلاء والكنيسة والصناعيين وأرباب العمل وينبث المحردون والدعاة المعجورون بين صحوه الشعب ليشيعوا مشاعر الحقد والبغضاء ويطالبوا بالانتقام من الطبقات الحاكمة التي يشهرون بالفضائح الجنسية التي ياسبونها إليها ويرسقون بها أمام الملأ كل اتهامات الحقيقية والباطلة ويوكيلون لها الاتهام بالظلم والعدوان والاضطهاد ثم يلفقون قصصا مشينة يلطخون بها على نسمعة كل من يمكنه أن يقف في وجه مخاططاتهم حتى ولو لم يكن من أخصامهم المباشرين وبعد أن انتهى روتشلد من عرض مخاططه العام بهذه المقدمة أبرز الوثائق المكتوبة المعودة إليه بها من النورانيين هذه الوثائق التي تنظم خطط للعمل مرسومة بدقة وعناية فائقتين ثم عمد إلى قراءتها وفيما يلي نسخة ملخصة لمحضر هذه الجلسة تمكنت من استخلاصها بصورة دقيقة من مجموعة الوثائق الموجودة بحوزتي وتبين هذه النسخة الملخصة طبيعة المؤامرة التي رسمها هؤلاء أنئذ للسيطرة على مقدرات العالم المالية وثرواته الطبيعية ويده العاملة 1- بدأ المتحدث روتشلد عرضه لتفاصيل المؤامرة بقوله أن الحقائق الواقعية هي أن معظم الناس يميلون إلى الشر أكثر من ميلهم إلى الخير والنتيجة المنطقية لذلك هي أن المؤامرة تستطيع الوصول إلى النتائج التي نرغبها إذا كان نظام الحكم مبنيا على الإرهاب والعنف والمغامرات واقتصاب السلطة أما حكم الشر والشرعية فإنه يمنعها من الوصول إلى معاربها وقد علل روتشلد حججه بأن المجتمع الإنساني البداعي قبل التاريخ كان يخضع للقوة النظامية العمياء هذه السلطة التي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالقانون فالقانون بحسب رأيه ليس إلا القوة المقنعة فمن الطبيعي إذن أن نستنتج والكلام لروتشلد حرفيا أن القوانين الطبيعة تقضي بأن الحق هو القوة 2- وتبع روتشلد كلامه قائلا إن الحرية السياسية ليست سوى فكرة فهي ليست أمرا واقعيا أي أنها لا يمكن أن تصبح أمرا واقعيا فكل ما يقتضيه الوصول إلى السلطان السياسي هو أن يبشر شخص ما أو هيئة ما تبعين خفية للمؤامرة بالتحرر السياسي بين الجماهير وعندما تعم هذه الفكرة تقبل الجماهير بالتنازل على امتيازاتها وحقوقها التي تمنحها إياها الأنظمة الشرعية دفاعا عن هذه الفكرة ويستطيع المتعمرون أنئذ للسلاء على جميع هذه الامتيازات والحقوق ولا خوف من تحقق الحرية السياسية بالفعل طالما أنها ليست سوى فكرة لا يمكن أن تصبح أمرا واقعيا ثلاثة وقال روتشلد بعد ذلك أن سلطة الذهب تمكنت دائما من التغلب على سلطة الحكام الأحرار وذكر محدثيه بأن الدين كان هو المسيطر على المجتمع ذات يوم ثم استوعد عنه فيما بعد في العديد من البلدان بفكرة الحرية ولكن الناس لم يعرفوا كيف يتصرفون بهذه الحرية باعتدال وهذه حقيقة واقعة تجعل من المنطق أن يعمدوا إلى استخدام واستغلال فكرة الحرية حتى يؤثر النزاع داخل المجتمع الواحد وأدف روتشلد كذلك قائلا لا يهم مطلقا لنجاح مخططنا أن يتم تدمير الحكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية أو الخارجية لأن المنتصر كأين من كان سوف يحتاج إلى الرأس مال والرأس مال بكامله بأيدينا نحن أربعة وأعلن روتشلد بعد ذلك أن الوصول إلى هذه المؤامرة يبرر استعمال أي وسيرة كائنة ما كانت لأن الحاكم الذي يحكم بموجب القواعد الخفية والقول لروتشلد ليس بالسياسي الماهر في المناورات لأنه يلتزم بالحق والشرائع ولا يقبل بالكذب على الجماهير ولا يؤاقب أخصامه إلا إذا ثبت عليهم الجرم وأدف قائلا بالحرف الواحد يجب على الذين يرغبون في الحكم أن يلجوا إلى الدسائس والخداع وتلفيق الحقائق لأن الفضائل الاجتماعية الكبرى كالصدق والاستقام ليست إلا عيوبا كبرى في السياسة خمسة وأدف بعد ذلك إن حقنا يكمن في قوتنا وليست كلمة حق سوى تعبيرا خياليا لا معنى لح لقد وجدنا معنا جديدا للحق هو الهجوم متذرعين بحق القوى وتمزيق جميع مفاهيم العدالة إربا إربا ونستطيع بعد ذلك أن نضع جميع المؤسسات والأنظمة الاجتماعية كما نشاء ونصبح بالتالي السادة المسيطرين على صفوف الجماهير التي ستعطينا هي بنفسها الحق في السلطان في اليوم الذاته الذي ستناذي فيه في فرنسا بالتحرر المزعوم يجب أن تظل سلطتنا الناجمة عن سيطرتنا على المال خفية عن أعين الجميع حتى يأتي اليوم الذي تصل فيه هذه السلطة إلى درجة من القوة يستخيل معها على أي قوة أخرى أن تخطمها ثم نبههم إلى ضرورة الالتزام بمخطط المؤامرة منذرا إياهم بأن أي انحراف عن المخطط الاستراتيجي للمشروع سوف يؤدي إلى انهيار المخططات التي صنعتها أجيال النورانيين عبر القرون سبعة أعلن رورتشيل بعد هذا وجوب تبني نفسية تجمعات الجماهيرية للتمكن من السيطرة على زمام الجماهير وبين لهم أن السبب في ذلك هو أن الجماهير عمياء وعدمة التفكير وسريعة الانفعال وأنهى دوما تخت رحمة أي تحريض من أي طرف جاء ثم شرح فكرته قائلا لا يستطيع الطاغية التحكم في الجماهير وتسيرها حسب مشيئته سوى حاكم طاغية والطهيون المطلق والقول دائما لرورتشيلد هو السبيل الوحيد لبناء الحضارة التي نريدها ودف أخيرا قائلا في اللحظة التي تسيطر فيها هذه الجماهير على حريتها تنقلب هذه الحرية حالا إلى فوضى سبعة وتطرق رورتشيلد بعد ذلك إلى وسائل العمل فبين وجوب الاعتماد على واحد الكحول والمشروبات الروحية اثنان المخدرات والفساد الأخلاقي والجنسي ثلاثة الرشوة وإفساد الضمائر وذلك كأمثلة على الرذيلة بكفة أنواعها التي يترتب على منظمات العملاء أن تتبنى وتخطط استعمالها بصورة نظامية مدروسة ومواجهة لتدمير الأبنيان الخلقي للشبيبة في الأمة التي تتسلل إليها المنظمة وذكر أيضا أنه يترتب على الهيئات الخاصة في المنظمة التي تدرب أفرادها رجان ونساء ليصبح أساتذة وخدما وربيات ومستخدمين ومستخدمات الآخرة انتقاء نساء لكي يعمل في أمكنة اللعو والفجور والدعار من الجوييم وأدف قائلا بصورة حرفية أضف إلى هذه الفئات الأخيرة من النساء نساء المتعة بعد سيدات المجتمع اللواتي سوف يتطوعن من تلقاء أنفسهن لمنافسة الأخريات في ميادين الفساد والمتعة المترفة على أنه لا يجب أن نقف عند أي حد في ميادين الرشرة والفساد والفضائح والخيانة ويجب أن نستغل كل شيء في سبيل الهدف النهائي 9- وجاء بعد هذا دور المنهج السياسي فقال روتشلد إن للمؤتمرين بصورة طبيعية الحق في اغتصاب أموال أي شخص كان إذا كان ذلك يؤمن لهم المزيد من السيطرة وإخضاع وإذلال الشخص المقصود وأدف حرفيا سوف نسلك في دولة التي سنشيدها طريق الغزو التسلولي وبذلك نتجنب فضائع الحرب المكشوفة ونتائجها مصائدين عنها بطرائق أقل فداحة وأدمن نتائجا وذلك كأحكم الإعدام بالجملة الضرورية لممارسة حكم الإرهاب الكفيل بتأمين خضوع الجماهير المطلق لنا 10- وانتقل روتشلد بعد ذلك إلى الحديث عن الشعارات التي يجب إطلاقها قائلا ليس هناك مكان في العالم لما يسمى بالحرية والمساواة والإخاء ليست هذه سوى الشعارات كنا أول من تظاهر تبنيها ووضعناها في أفواه الجماهير لترددها كالبابغوات وأضاف موضحا إن النظام الطبقي الموجود حاليا مبني على رستقراطية النسب وسوف نحطم هذا النظام باسم الشعارات المذكورة لنبني على أنقاذه النظام لا يقوم على أساس هذه الشعارات كما يتوهمون بل نظاما طبقيا جديدا يقوم على أساس رستقراطية الثورة وسيكون المال طابع على رستقراطية الجديدة والمال كما تعلمون بأيدينا نحن 11- طرح المتحدث بعد ذلك على بساط البحث نظرياته المتعلقة بالحروب وتقوم هذه النظرية أو هذا المبدأ على إثارة حروب معينة بصورة مدروسة منهجية ثم توجيه مؤتمرات الصرح بعدها بالصورة المرصومة لها سلفا أما الحرب ذاتها فتواجه بصورة تغرق معها الأمم المتحاربة في الديون التي تتكفل المنظمات المذكورة السابقة بفردها وعقدها وترتبط هذه الديون بصورة خفية بجماعة المؤامرة 12- وانتقل البحث بعد ذلك إلى موضوع الإدارة المحلية فبين روتشلد الحاضرين وجوب الحيمنة على الانتخابات والتسميات للمناصب العامة فالطريقة للوصول إلى ذلك تقوم على استخدام سلطان شبكات العملاء والدعايات الواسعة باسم شعرات تحرورية مزعومة للتحريض على الفوضى والعصيان وتأليب الجماهير بحاملات منظمة تقوم بتمويلها مجموعة الأموال العالمية التابعة للمؤامرة وقد شرح الدور الذي سوف يقوم به من يتم إيصالهم إلى المناصب العامة والزعمات سوف يكون هؤلاء في خدمتنا ويغطيعون تعليماتنا أي إنهم سيكونون مستعدين على الدوام ليلعبوا دور الأحجار في لعبة الشطرانج سيكونون باختصار دمى يحركها من وراء السطار خبراءنا المدربون القديرون وتطرق بعد ذلك إلى شرح الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء المذكورين فقال أما هؤلاء الخبراء والمستشارين فسوف يتم انتقاؤهم منذ الطفولة والإشراف على زعمائهم وتعليمهم وتدريبهم حتى يصلوا إلى مرحلة العبقرية التي تؤهلهم للسيطرة الخفية على مقاليد العالم 13- وبحث المؤتمرون في النقطة التالية موضوع الدعاية فنبههم روتشيلد إلى وجوب سيطرة الكاملة على جميع وسائل إعلام الجماهير هذه السيطرة التي تتكفل ثرواتهم وخططهم بالعصول إليها في حين يظلونهم في الظلام وراء السطار بعيدين بالتالي عن الشبهات والشكوك مهما بلغت ضخامة وعواقب الأكاذيب والإشعاعات المهيجة والفضائح الملفقة وتحريضات الانفعالية التي يبثونها بين صفوف الجماهير وقال حرفيا سوف نحوز بفرل امتلاك على الصحافة على سلاح ذهبي والأهمية لكوننا لنصل إلى السيطرة على هذا السلاح إلا بعد أن نحوز بحار من دماء ودموع الضحايا لقد ضحينا في بعض الأحيان بالبعض منا نحن اليحود في سبيل السيطرة على هذا السلاح ولكن يجب أن لا ننسى أن مضاءه وفائدته جعل الريح في جانبنا دائما كما يجب أن لا ننسى أن كل ضحية منا تعادل ألفا من ضحايا الجوييم وانتقل روتشلد من ثم إلى موضوع المنظمات التابعة للمؤامرة فبين ضرورة ظهور المنظمة على ننوب صورة مكشوفة بعد أن تصل ظروف الشعب إلى درجة الدنيا من الانهيار وبعد أن تكون الجماهير قد استكنت لوسائل الإرهاب والإغراء وتصلت الحوف عليها وعندما يرى المخاططون بعد ذلك أن الوقت قد حان لإعادة النظام من جديد يعاد النظام بصورة تحمل الضحايا على الاعتقاد بأن المسؤولين على الكوارث في الوضع السابق لم يكونوا سوى بعض المجرمين والمتهورين الطائشين وتبع موضحا بعد أن نععد بزعمة حكم الإرهاب أولا إلى بعض الخياليين السادجين المخدوعين وبعض المجرمين نقوم بإعدام هؤلاء حينيئين الأوان وبذلك نظهر لأعين الجماهير كمحرريها من الظلم والاتحاد وكالأوطار المنقذين وأضف روتشيل بعد ذلك بالحرف الواحد هذا في الوقت نفسه الذي نهدف فيه إلى العكس تماما أي إلى السيطرة المطلقة والانتقام من الجويهيم خمسة عشر وانتقل روتشيل بعد ذلك إلى النقطة التالية التي كشف النقاب عنها الانهيار الاقتصادي وأزمات الزعر فبين كيفية افتعالها وطريقة استغلالها بالصورة التالية إن أزمات البطلة العامة النتيجة عن توقف الأعمال وأزمات المجاعة التي سوف نخلقها جميعا ونحرض على الجماهير بفرل ما نمتلكه من سلطان يكفل لنا افتعال عدم المواد الغذائية من البلاد وستؤدي إلى ولادة حق جديد هو حق رأس المال في السيطرة وتبع مبينا للجماهير كيف ستقوم المنظمة بتسيير الجماهير والسيطرة عليها وكيف يصبح من الممكن بالتالي اكتساح كل من يجرأ على الوقوف في وجه المنظمة عن طريق توجيه الجماهير للانقضاض عليها ستة عشر كانت نقطة البحث التالية التسلل إلى قلب الماسونية الأوروبية فذكر المتحدث أن الهدف من ذلك هو الإفادة من تغلق للماسونية وسريتها وأشار إلى أن بإمكان جماعة المؤامرة تنظيم محافل الشرق العظمى التابعة له مباشرة والتي ستسمى بالماسونية الزرقى وتكليفها بمهمة تنظيم النشاط تحت سطار الأعمال الخيرية والإنسانية التي تنزرع بها الماسونية كما أشار إلى أن الأعضاء الذين سوف تضمهم هذه المحافل الماسونية سيععد إليهم بعد التدريب والتعليم بمهمة نشر العقاعد الإلحادية والمادية بين صحوف الجوييم أي بين صحوف كل البشر مع على اليهود سبعة عشر وقال روتشيل بعد ذلك عن نقطة رئيسية في منهج المؤامرة وهي لهمية العظمى لخيبة آمال الشعب صورة متواصلة منهجية محشر إلى أن هذه المهمة يجب أن تتعحدها المنظمة التي سيجري تدريبها على الجمل الرنانة والشعارات التي تخلب لب الجماهير وأضاف الملاحظة التالية إن بالإمكان دائما تنفيذ عكس الوعود التي قطعت للجماهير ليست هذه الوعود إذن ذات أهمية تذكر ثم شرح مضمون الفكرة وسوف نثير حماسة الجماهير وانفعالها إلى درجة قصوى عن طريق استعمال تعابير خلابة مثل الحرية والتحرر إلى آخره وحينئذ يمكن توجيه جماهير الجوييم إلى تحطيم واكتساح كل شيء حتى القوانين الطبيعية والإلهية والخلقية وعندما تبلغ السيطرة النهائية أخيرا سيكون من السهل علينا أن نمحوا اسم الله والقوانين الإلهية من الطبيع وجاء بعد ذلك دور تفاصيل العصيان المسلح وأهمية فن حرب الشوارع فأشار روتشل إلى ضرورة حكم الإرهاب لأنه أوفر الطرق تكاليفا وأشدها فعالية بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بعد أي تمرد مدبر لنشر الظعر في أفيدة الجماهير وبالتالي إخضاعها بسرعة لازمة 19- انتقل البحث من ثم إلى دور الدبلوماسية فأجمع المؤتمرون على أنه لا بد في عقاب أية حرب من أعمال الدبلوماسية السرية والسبب في ذلك حسب تعبير روتشلد الحرفي لكي تتمكن المنظمة من إحلال خبرائها في المراكز الحساسة الاقتصادية والسياسية والمالية متنكرين على شكل مستشارين مثلا يظهرون على المسرحين الداخلي والدولي بحيث يقومون بتنفيذ المهمات التي تعهد لهم بها السلطة الخفية المسيطرة من وراء السطار دون أن تخشى التعرض لأنظار الملأة ثم وجه إلى المؤتمرين التنبيه التالي يجب أن تصل دبلوماسيتنا الخفية إلى دراجة من النفوذ والتغلغل بحيث لا يصبح من الممكن لأية أمة أن تعقد أي اتفاق أو تجري أي مفاوضات دون أن يكون لديبلوماسيتنا يدن في العمر عشرون وذكر روتشلد المؤتمرين عن ذائد بالهدف النهائي وهو السيطرة على العالم بأسرح الطريق إلى هذا الهدف سيكون من الضروري إنشاء احتكارات عالمية ضخمة تدعمها ثرواتنا المتحدة بمجموعها بحيث تصل هذه الاحتكارات إلى دراجة من السلطان والهيمنة لا يمكن لأي ثروة وطنية يمتلكها الجويين في البلدان التي تسمح شرعيوها إلا أن تقع تحت وطاة هذه الاحتكارات وعندما يحين الحين الذي نضرب فيه اقتصاد تلك الأمة الضربة القاضية تتهاوى هذه الأمة اقتصاديا وسياسيا وتتهاوى معها جميع الثروات الوطنية فيها وأضف حينئذ لافتا انتباه المؤتمرين إن جميع الحاضرين هنا من خبراء الاقتصاد والمال وهذا يعني أننا جميعا ندرك النتائج التي لا تقدر لهذه العملية واحد عشرون وانتقل البحث بعد ذلك إلى الحرب الاقتصادية فطرح على بساطة البحث مختلف المشاريع المرسومة الرمية إلى الاستلاء على أراضي الجويين وانتزاع ملكياتهم الزرعية والعقارية والصراعية وتم الاتفاق بين المؤتمرين على تبني المخطط التالي فرض ضرائب مرتفعة عن طريق المنظمة وافتعال ظروف يسود معها الظلم في المنافسة الاقتصادية الداخلية والنتيجة الحتمية هي انهيار الحياة الاقتصادية لدى الجويين وضرب استثماراتهم ومصالحهم المالية أما في المجال الدولي فإن المؤامرة تضيق الخناق على الأمة المقصودة شيئا فشيئا حتى تطرد نفسها بنفسها من الأسواق العالمية ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق السيطرة على أسواق المواد الأولية التي تتعامل بها هذه الأمة ثم تدبر الاضطرابات الداخلية في صفوف العمال ودفعهم إلى التوقف عن العمل والمطالبة بأجور عير مقولة وشراء المتنفسين بالأموال ثم أضاف ررشلد التنبيه التالي يجب أن ننهج بصورة لا يمكن للعمال معها أن يفيدوا بأي حالة من الأحوال من الأجور الزائدة التي يحصرون عليها 22- وجاء بعد ذلك دور السلاح فتبنى المؤتمرون اقتراحا يقضي بأجوب إثارة المجازر بين أمم الجوهيم واستعمال أفضع الأسلحة الممكنة فيها حتى يأتي الوقت الذي تصبح فيه هذه الأمم منحكة ليس فيها سوى الحقراء والكادحون الذين يستثمرهم عملاء المؤامرة 22- النظام الجديد بعد نجاح المؤامرة تقوم حكومة عالمية يعينها الدكتاتور الذي تختاره جمعية المؤامرة 23- أهمية عنصر الشباب تهيمين المؤامرة على عنصر الشباب بالطريقة التالية التي تبنتها يجب على المنظمة أن تتسلل إلى كافة الطبقات والأوساط الاجتماعية والحكومية وأن تعمل ضمن مخاططها لخداع عنصر الشباب في كل مكان وإفساده بصورة نظامية عن طريق تعميم الرذيلة والأفكار الفاسدة وتزييف أفكاره ومحاربة الأديان السماوية والشعور الديني والأخلاقي 24- وجاء أخيرا دور القانون لا يجب المساس بالقوانين الداخلية أو الدولية بل تركها كما هي وإساءة استعمالها وتطبيقها حتى ينتهي الأمر بتدمير حضارة الجوييم وأشعر إلى أن هذا يجب أن يتم بالصورة التالية تطبق القوانين وتفسر بأشكال متناقدة دائما بحيث تغطى روح القانون أولا بقناع ثم يختفي حكم القانون وبالتالي تمام بصورة عملية وأعلن الهدف من ذلك إن هدفنا النهائي هو إحلال الحكم التعصفي محل حكم القانون وروح الشرائع السماوية وأدف رورشيل بعد ذلك الملاحظة التالية لعلكم تظنون أن الجوييم لن يسكتوا بعد هذا بل سيهبون الانقضاد علينا ولكن هذا خطأ سيكون لنا في البلدان والأقطار التي تمكننا من تدمير نظامها الشرائي وتمسكها بالدين والأخلاق منظمة كفيلة بتدارك هذا الاحتمال وستكون منظمة على درجة من القوة رهيبة بحيث تتخاذل القوى الأخرى مرعوبة أمامها والتشعوبات الخفية في هذه المنظمة تنتشر في كل مكان وسوف نعمل على إنشاء منظمة مماثلة في كل عاصمة ومدينة نتوقع صدور الخطر منها تتوقف الوثائق الأكيدة الموجودة بحوزة عند هذا الحد في نقلها للمخاطط الأصلي للمؤامرة وشيرة إلى أن الاجتماع السابق عقد في مركز مؤسسة روتشيل في شارع بوندنشتراس بمدينة فرانكفورت في ألمانيا ويجب أن أشير هنا إلى الوثائق الأخرى الخطيرة التي وقعت عام 1901 في يد البروفيسور نيلوس الروسي ونشرها في الكتاب الذي طبعه عام 1905 بعنوان الخطر اليهودية فقد تضمنت هذه الوثائق النادرة على معلومات مؤسعة عن المؤامرة الأصلية ويبدو من مقارنة النصين أن القسم الأول من وثائق البروفيسور نيلوس مطابقة لوثائقي أما القسم الآخر اللاحق فيحتوي على معلومات أضافية تتعلق بطرق استغلال المؤامرات للنظريات الكادروينية والعقائد المالية الإلحادية كالمركسية علما بأن أهم ما تضمنته وثائق البروفيسور نيلوس بهذا الصدد هو المعلومات التي اكتشفتها عن سلاح وقناع المؤامرة الجديدة الصهيونية ويجب أن لا ننسى أن الصهيونية نائذ كانت في مطلع ولادتها لأن تنظيمها النهائية كان قد تم قبل فترة وجيزة من ذلك عام 1897 لم يشير أحد إلى تحذير البروفيسور نيلوس ثانيا إلا بعد أمد طويل من ذلك حين كشف الستار في إنجلترا عن الدسيسة الخفية التي أوقعت بالملك إدوارد الثامن وأجبرته على التنازل عن العرش وقد ترجم كتاب الخطر اليهودي عام 1921 للإنجليزية من قبل الكاتب فيكتور ماردس الذي اختار عنوانا جديدا هو بروتوكولات حكماء الصهيون لا تختلف الوثائق الموجودة بحوزة عن وثائق البروفيسور نيلوس وعن بروتوكولات حكماء الصهيون إلا في أمرين المعلومات الإضافية أولا التي تضمنتها الوثائق الجديدة والنتجة دون ريب عن التطورات اللاحقة للمؤامرة والعنوان الذي اختاره السيد فيكتور ماردس ثانية على أن هذا العنوان قد يؤدي إلى الظن بأن البروتوكولات قد ودعت من قبل آضاء الاجتماع المتآمرين في حين أنها قدمت تقديما إليهم من قبل حكماء الصهيون أمشل ميل روتشلد إلى آخره أما آضاء الاجتماع الذين أقروا بروتوكولات ورسموا مخططات العمل فليس كما رأينا سوى مجموعة من المرابين العالميين وأرباب الذهب والصناعة والاقتصاد تعمل بوحين وتوجيه من كهنة الشر مخطط تنفيذ الثورة الفرنسية تتسلسل مراحل هذا المخطط وفقا لمن رصت عليه بروتوكولات المؤامرة على الشكل التالي ألف يتم أولا حسب المنهج المبين تعميم روح التمرد على السلطة الشرعية أنائذ في فرنسا وتثار هذه الروح في أفئدة وأفكار الجماهير أما القضاء الفعلي على تلك السلطة وعلى كيان المجتمع القائم فيتم في ظل حكم إرهابي ومخطط مرسوم سلف من قبل حكماء اليهود أو بتعبير آخر النورانيون باء يعيز النورانيون إلى منظماتهم العميلة في فرنسا بالتسلل إلى قلب الماسونية الفرنسية المؤسسة حديثا حتى يتم تغلغلهم فيها فينشئون أنائذ محافل الشرق العظمى بحيث يستغلون شبكاتها السرية في كل مكان كأداة للعمل تنشر روح التمرد والأفكار المادية والإلحادية أنهى روتشلد كلامه في هذا الاجتماع كما تدل عليه الوثائق بالتنبيه إلى الاحتياطات اللازمة الواجب اتخاذها حتى يظل ارتباط مدبري المؤامرة بالثورة الفرنسية في الكتمان إلى الأبد الوثائق والبراهين لا ريب في أن السؤالين يدوران في ذهن القرئ هما 1. ما هو البرهن على صحة عقاد الاجتماع المذكور والاجتماعات المماثلة له 2. وإذا صح عقاد الاجتماع فكيف أمكن معرفة ما ضار فيه وما هو البرهن على صحة الأبحاث فيه التي أتينا على ذكرها إن الإجابة على هذا التساؤل سهلة جدا ويجب أن نعترف بأن الفضل في ذلك يعود إلى العناية الإلهية أولا ففي عام 1785 انقضت صعيقة على الطريق بين فرانكفورت وباريس في ألمانيا فصرعت فارسان كان يحث السير بجواده طرادا وتبين أن هذا الفارس كان رسولا يحمل وثائق تتعلق بالمؤامرة العالمية بوجه عام وتتضمن بشكل خاص تعليمات تفصيلية عن الثورة الفرنسية المقبلة مرسلة من قبل النورانيين اليهود في ألمانيا إلى الأستاذ العظم لمحافل الشرق العظمى الماسونية في فرنسا وهو الدوق دورليان الشهير وكانت السيطرة قد تمت للنورانيين على الماسونية الفرنسية بحسب مخطط التنفيذ المذكور وتم تحول المحافل الماسونية تحت إشراف الدوق دورليان إلى شبكات أو منظمات سرية تهيئ للانحجار وذلك بعد انتهاء المرحلة التمهيدية التي تم فيها التصال الدوق دورليان بالنورانيين اليهود بواسطة ميراب الأشهر الذي عهد إليه النورانيون بهذه المهمة وقد كان مصر رسول المؤامرة في المنطقة راتسيون التابعة لمحكمة بافاريا وهكذا وقعت هذه الوثائق بيد الحكومة البافارية كما فصلنا سابقا في مطلع هذا الكتاب كما نوهت بطريقة حصول على الوثائق التي استقيت منها المعلومات النورانيون الرؤوس المدبرة للحركة اليهودية العالمية من المعروف أن حاخامي اليهود يسعمون لأنفسهم السلطة المطلقة في تفسير ما يسمونه في المعاني الخفية السرية لكتابات الكتب المقدسة وذلك بوسطة إلهام إلهي خاص وليس لهذا الإدعاء أهمية تذكر بالحد ذاته بيد أن الأمر يختلف إذا أنشئت منظمة خداعة للحاخاميين تعمل على تمكينهم من التنفيذ الفعلي لمشيئتهم التي يزعمون أنها وحي إلهي وهكذا أتمر عدد من كبار حاخامي الكنيس اليهودي وكبار المرابين ورؤوس اليهودية العالمية وقرروا تأسيس مجمع سري يعمل على تحقيق أغراضهم اسمه المحفل النوراني وقد اشتقت كلمة النوراني من الميتولوجيا اليهودية وبصرة أدق من كلمة لوسيفر وهي اسم الشيطان في الأناجيل اللاتينية ومعناها الحرفي حامل النور تعني كلمة نوراني إذن الشخص الملهم الذي يتلقى النور وقد حدد عدد أعضائه بثلاثة عشر عضوا باعتبرهم الكنيس اليهودي الهيئة التنفيذية للمجلس العلى مجلس الثلاثة والثلاثين أما هذا المجلس الأخير فإن أسطرا كثيفة من الغموض والصمت تخيم عليه لم يكن تحديد أعضاء المجمع اليهودي الأعلى بثلاثة عشر عبثا دون طائل بل أمرا ذا دلالة عميقة لقد اخترى المجمع هذا العدد حتى يذكر أعضائه دوما وأبدا أن هدفهم الأول هو تدمير الديانة المسيحية الديانة التي أتى بها السيد المسيح والحورانيون الاثني عشر وهناك سبب آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو عدد أصباط بني إسرائيل الثلاثة عشر وربما كان الهدف تمثيل كل الأصباط في المحفل النوراني تبنى النورانيون طقوسا خاصة تتضمن الحفاظ على سريتهم وتقضي على احتمال أي خيانة من نوع خيانة يهوذ للمسيح وتكفل هذه الطقوس تعاخد كل من يضمه النورانيون إلى صفوفهم بالخضوع المطلق الشام لرئيس مجلس الثلاثة والثلاثين ولا اترف بمشيئته العليا التي لا تفوقها أي تمشيئة أخرى على الأرض كائنة ما كانت يجب أن نشير هنا إلى أن القانون النوراني يفسر لنا السبب في أن الشيوعيين في أي بلد لا يدينون بالولاء الحقيقي لأمتهم بل إلى السلطة الشيوعية العليا التي توجه الحركة الشيوعية الثورة الفرنسية بدء التنفيذ مرحلة العهد الخفي قرر النورانيون اتخاذ محفل الشاق العظم في مدينة انجلودشتارت مركزا لانطلاق حملة تغلغ للمنظمة في قلب المسونية الأوروبية لاتخاذها كما تقرر سلفا القاعدة الأساسية للخلايا الخفية التي ستقوم بتنظيم المحافل المسونية في كل مكان من فرنسا وتقوم هذه من ثم بتنفيذ مهمها تحت سطار الأعمال الإنسانية والحفلات الاجتماعية ومماثل ذلك وعندما يتم تنفيذ هذه الخطوة تتلقى الخلايا النورانية في محافل الشاق العظم المسونية الإعاز بالخطوة التالية وهي الاتصال والاحتكاك عن طريق هذه المحافل بالأشخاص من غير اليهود أو ذوي المناصف في الدولة والكنيسة والعمل بعد ذلك على إخضاع هؤلاء بإرادتهم إلى مشيئة النورانيين وذلك بالطرق التقليدية المعروفة والمدروسة التي تقوم على الرشوة والفساد وعلى التهديد والدسائس والفضائح والابتزاز وعندها يتم إخفاء هؤلاء ويعود إليهم من نشر الدعوات الإلحادية وحماية المحردين بعد أن انتهى المحفل النوراني من تقرير كل ذلك وبدأت مرحلة التنفيذ وقع اختياره على الكون دي ميرابو الأشهر ليكون اليد المنفذة وذلك بسبب ما يتمتع به من مميزات جعلته أكثر شخص في فرنسا ملآمة لمثل هذه المهمة كان ميرابو ينتمي إلى طبقة النبلاء ويتمتع بنفوذ كبير في أوساط البيرات الملكية كما كان من ناحية أخرى صديقا حميما للدوغ درليان الذي كان الأستاذ العظم للمسونية كما ذكرنا وكان اختيار المجمع الأعلى متجها إليه لكي يصبح الوجه الرئيسي للثورة الفرنسية المقبلة على أن من أهم الأسباب التي حاملت النورانيين على اختيار ميرابو هو أنه كان معدا في الأساس الخلقي بصورة مطلقة وكانت حياته المشينة الإباحية قد طوقت عنقه بالديون وكان إلى جانب هذا كله خطيبا كان من السهل إذن على كبار المرابين مندوبي النورانيين الاتصال بميرابو عن طريق عملائهم الذين أحاطوا به في زمرة أصدقائه والمعجبين بمواهبه الخطابية وعرضوا عليه مساعداتهم لإنقاذه من مصاعبه المادية المتأسمة بيد أن ما قاموا به في الواقع هو تدبير غماسه أكثر فأكثر في هوة الرذيلة والإباحية لأخفض درجاتها وهكذا انتهى به الأمر إلى أن أصبح مدينا لهم بمبالغ طائرة جعلته تحت رحمتهم بكل كيانه عندما بلغ الأمر بمرابو هذا المبلغ البائس عقد دائنوه اجتماعا لتوثيق ديونهم ولكنهم قدموه في هذا الاجتماع إلى المالي اليهودي الفحش الثراء موسى من لعن الذي وضعه تحت كنفه ولم يقتصر على ذلك بل قدمه بعد فترة من الوقت في الحين المناسب إلى امرأة حسنى اشتهرت في باريسا منئذ بفتنتها الطاغية وتجردها عن أي وازع خلقي وكانت تلك الحسناء اللاعب اليهودية تسموها مادام هيوز ولم تلبث أن خلبت لب ميرابو وإلهبت شهواته وهو الرجل الشهواني ولم تكن هي من ناحيتها أو زوجها يقيمان وزنا لأي رادع خلقي فلم تمضي فترة طويلة حتى أصبحت عشيقته وهكذا أصبح ميرابو غارقة من ناحية الديون الباحدة التي جعلته تحت رحمة المراب ماندلوهن وصيدرت اليهودية اللعوب مادام هيوز على لبه وكيانه وشهواته من ناحية أخرى بحيث السقرت الصنارة في عماقه وأصبح طوع بنان النورانيين كالعجينة اللينة أقدم النورانيون عندئن على الخطوة التالية بشأن ميرابو فكشفوا الأخ بعد أسرار عالمهم وضموه إلى منظمتهم الخفي بعد أن أقسم يمين الولاء هذه اليمين التي يعاقب من يخل بها بالموت ولكنهم عمدوا في الوقت نفسه إلى زجه في أحداث وفضائح مشينة لم تلبث أن عمدت على الملاء بصورة غامدة بحسب الأسلوب الذي كشف فيما بعد لتحطم شخص ما وكيانه بوسطة التشهير والتلطيخ المنظمين وقد طبق هذا الأسلوب ضد ميرابو مما أدى إلى تلطيخه بالفضائح ويقصائه عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها طبقة النبلاء وكانت النتيجة الحتمية لتنكر طبقة النبلاء له امتلاوه بالشعور بالحقد عليها ورعبته بالانتقام مما دفعه إلى العمل بحمية لتفجير الثورة كان اختيار النورانيين قد اتجه إليه لكي يتولى قيادة وحماية حركة الثورة في فرنسا وقد أبلغ ميرابو كما أبلغ الدوق بأن الحركة تهدف إلى إجبار الملك لويس السادس عشر على التنازل عن العرش فقط لمصلحة الدوق دورنيان نفسه الذي سيولى العرش بعده لملك ديمقراطي وهكذا تجنب محرك خيوط المؤامرة إعلام أي من الدوق دوربيان أو ميرابو ذاته بهدف المؤامرة الحقيقي وهو القضاء على الملك وعلى مجموعة طبقة النبلاء المسيطرات القائمة على أرسقراطية النسب لاستبدالها بطبقة حاكمة جديدة تقوم على أرسقراطية رأس المال والذهب وهم المالكون لرأس المال والذهب وكان السبب الآخر الذي حملهم على اختيار الدوق دورنيان إلى جانب كونه ابن عم الملك أنه كان الأستاذ العظم للمسونية الفرنسية كان المحفل النوراني قد عهد إلى آدم ويزهوبت الذي تعرفه جيدا بمهمة تنصيق الضقوس والشعار النورانية بملأمتها مع الضقوس المسونية واستعمالها في محافل الشرق العظم وقدم ميرابو إلى فرانكفورت مقر ويزهوبت مصحوبا بالدوق دورليان وبالشاب الذي سيصبح أشهر سياسيين عرفته فرنسا في تلك الحقبة من تاريخها طاليران وقدمها إلى ويزهوبت الذي كشف لهما عن تعليم المسونية الجديدة وشرع الدوق دورليان عام 1773 في تحويل المسونية الفرنسية وإدخال الطقوس الجديدة عليها فلم يأتي عام 1788 حتى كان هناك أكثر من ألفي محفل في فرنسا تابعة لمحفل الشرق العظم النوراني تضم تشعباتها أكثر من مائة ألف عضو وعضوة وهكذا انتهت المرحلة التمهيدية الأولى وتم للنورانية اليهودية بإشراف المرابي موسى من لعن النفوذ إلى قلب المسونية الأوروبية والهيمنة عليها بحسب الخطة والطقوس التي وضعها آدم ويزهوبت المرحلة الثانية ميرابو ودوق أورليان بعد أن نجح ميرابو في مهمته وتمكن من حمل الدوق أورليان على دمج المسونية الوطنية الفرنسية التي كانت معروفة باسم المسونية الزرقاء بمحافل الشرق العظمى أو المسونية النورانية أخذ يدفع صديقه للانزلاق في الرذيرة والمتعة الفاجرة التي يهوى إلى نفس الدرك الذي وصل إليه والذي قاده لنبذ الاجتماعي وقد نجح ميرابو في هذه المهمة أيضا بحيث لم تمضي سنين أربع حتى ناء كاهل الدوق أورليان بالديون الباحضة بحيث لم يرى مفر من الاقتناع باللجوء إلى طريقة خطرة هي الاشتراك في عمليات التهريب والتجارة المحرمة حتى يسرد بعض خسارته على أن مخامراته كانت تبوء بالفشل ويفتضح أمرها بطريقة غامضة مما زاد موقفه سوءا على سوء وحمله خصائر أبعض من الأول وهكذا بلغت ديونه عام 1780 مبلغ 800 ألف ليرة فرنسية وهو مبلغ ضخم جدا بعملة ذلك العصر وحينئذ ظهر المرابون ثانية في أفقه وشرعوا يقدمون له النصائح المتعلقة بأعماله المالية ويمدونه بالمعونة النقدية وحبك المرابون دسائسهم حول الدوق أورليان بدهائن ومكروا استخدموا مهارتهم في المناورة بحيث وصلت وضعه إلى درجة من السوء لم يجد معها بدا من رهن جميع أملاكه وأراضيه وحتى قصر الباليرويال وهو القصر الملكي المخصص له لديهم وقال عقد بأن لدائنيه اليهود بإدارة كل ما يخصه من أراضي وممتلكات حتى يؤمن مبلغا يكفي لضمان ديونه ويعطيه دخلا يكفيه للعيش وقد قبل الدوق أورليان بتوقيع هذا العقد وهو يعتقد أنه عهد بأمواله لأشخاص ماهرين قادرين على إدارة ممتلكاته وتخويل عجزه المالي إلى فائد ولا ريب في أنه لم يشعر بالهوة التي حفرت تحت قدميه بأنه وقع في فخا شرير جعله روحا وجسدا تحت رحمة عملاء الشيطان على أنه لم يكن قادرا على تغيير مجرى الأمور حتى لو أدرك ذلك لأنه كان منذئذ فريسة لا حول لها ولا قوة في أيديهم وقد عينت القوى الخفية يهودية من أصل إسباني للإشراف على أملاك الدوق أورليان وعلى قصر الباليرويال ولم يكن هذا المشرف سوى كودبرلوس ديلاكلو الذي كان في ذروة شهرته أن ذكر كتابة قصة العلاقات الخطيرة وغيرها من القصص الجنسية الفاضحة كما اشتهر بدفاعه الصريح عن الإباحية والفسق العلنية ولا يعنينا في هذا الكتاب أن نصفه بل أن نصف ما فعله فقد حول قصر الباليرويال الملكي الذي عهد به إليه إلى أضخم وأشهر دار للتهتك والفجور عرفها العالم حتى ذلك الحين وهكذا جعل من قصر ملكي مقر لكل أنواع الرذائل الوضيعة والمتعة والإباحية المجردة من كل مشاعر الخجل والعارة وأصبح مرتدته ومرتداته الجدد يحضرون فيه أنواع من الشواهد الجنسية الخالية من أي شعور بالحياة الطبيعية واكتظى بأنواع من الصور والكتب العارية الوقحة التي لا يمكن وصفها ولم يكتفي بذلك بل وضع كل تسهيلات الممكنة أمام الرجال والنسوة الذين يرغبون في ممارسة أي نوع شاء من أنواع الإباحية والمجون وهكذا أصبح البالير ويال المرحص لابن عم الملك المركز الذي تنبع منه كافة الأقصاص والتفاصيل في الحياة المنظمة لتحطيم المعتقدات الدينية والأخلاق العامة في فرنسا ولم يكن كود بيرلوس دي لاكلو وحيدا في مهمته بل كان له شريك يفوقه عرف باسم كالبيسترو وكان يهوديا قدم في الأصل من مدينة بارما الإيطالية واسمه الأصلي جوزيف بالسامو وقد حول أحد المنازل التابعة لأدوق أورليون التي لا يطالها القانون إلى مركز الاتباع أخذ يستر منه المنشورات التي تحرض على الثورة وتنشر الفضائح بصورة مثيرة كما قام بتنظيم المحردين المدربين والذين اختصوا بإقامة الاجتماعات والحفلات والمسرحيات الأدبية والخطابية والمواجهات العامة الموجبة دمن نطاق حركة عامة تكلف بإلهاب الهيجان وإثارة المشاعر وقام كاليسترو أيضا بتنظيم شبكة من الجواسيس والعيون الذين بثهم في كل مكان لكي يسترق ويتنسم رائحة الفضائح فيقوم بدوره بإبلاغها إلى القوى الخفية الموجهة لكي تقوم هذه بتنظيم وتخطيط عمليات التشهير التي تسادف القضاء على سمعة ضحاياها أو تحكم عليهم بتعبير آخر بالموت الاجتماعي هذا وأن الرجال والنساء الذين يقعون في الشباك ديلاكل وبالسامو كانوا يلبثون أن يصبحوا فريسة للابتزاز والتهديد بالفضائح والتشهير ويديق عليهم حتى ينتهي الأمر بهم أن يصبحوا أداة طيعة لتنفيذ ما يؤمرون به وهكذا تحولت ممتلكات الضوغ أورليان إلى مركز لتدبيل الثورة وتغلغلت الخلايا في المجتمعات والمنتديات الثقافية والمسارح والمعارض الفنية والنواد الرياضية فلم تلبث أنقلبتها جميعا تحت هذه الأقنعة الظاهرية إلى قاعة للمقامرة ومنازل للدعارة ومواخير لتعاطي الخمور والمخدرات وتشعبت مقرات الرذيلة هذه حتى عمت كل مكان وازدهرت كانت الخلايا تستجلب الزعماء الثورة الفرنسية المقبلين إلى هذا العالم المشبوه وهناك تلقي بهم في أحضان المغريات والفساد حتى تميت ضمائرهم وتحولهم إلى كائنات بهيمية إباحية وكانت هذه العمليات تسير وتوجه من قبل المراكز المستقرة في ممتلكات الدوق أورليان كما ذكرنا ولأسيما قصر الباليرويال وهو القصر الملكي بحيث أصبحت هذه الممتلكات معامل حقيقية تصنع من هؤلاء الأشخاص الأدوات وقطع اللعب التي ستستخدمها القوى الخفية في لعبة الشطرانج التي جعلت مصرحها فرنسا بأسرع ويقول المؤرخ البريطاني سكودر عن قصر الباليرويال في كتابه أمير الدم لقد سبب هذا القصر وحده للجال الشرطة في فرنسا مزيدا من المتاعب عن بقية باريس بأكملها أما بالنسبة لجماهر الشعب الفرنسي فإن هذا القصر الذي تفوح منه روائح الفضيحة لم يكن سوى المقر الرسمي للدوق أورليان ابن عم ملك فرنسا لأن الجميع كانوا يجهلون باستثناء حفنة من الرجال والنساء أن القصر واقع تحت سيطرة المرابين الذين خصصوه عمدا لهذا الاستعمال المريب تمهيدا للضربة القادمة المسجلة في سجل انتقامهم من الإنسانية لم تكن الحكومة الملكية في فرنسا جاهلة بما يجري فقد تلقت التهذير الكافي منذ البدء وقد ذكرنا سابقا كيف عثرت الحكومة البافارية على الوثائق بعد مقتل رسول المؤامرة وكيف هاجمت مقر نورانيين إثر ذلك حيث عثرت على وثائق إضافية ثبتت منها مدى عمق المؤامرة وتشعباتها وتفرعاتها في كل أوروبا فوجدت بافاريا أن من واجبها تنبيه الدول المعنية وهكذا أبلغت معلوماتها لحكومات فرنسا وإنجلترا وبولونيا والدول الجرمانية والنمسا والروسيا ولكن ما حدث هو أن هذه الدول لم تتخذ الإجراءات الحاسمة لتدارك الخطر كما كان منتظرا بل نظرت إلى الموضوع بعين الإهمال ومن الواضح أن السبب في ذلك يعود إلى نفوذ القوى الخفية الذي كان يفوق في بعض تلك الدول نفوذ الحكومات ذاتها إن للقوى المتأمرة حليف آخر عفاوي في قلب الشعوب البريع ونعني بها الشخص العادي الذي يؤمن بالله وينعم بالأمن والخير فمثل هذا الشخص كان عجلا أو امرأة لا يستطيع الاقتناع بأن هناك مخطط للشر والحقد والانتقام ودعه وينفذه مخلوقات بشرية شبيهة به كما يصاب على المؤمنين الذين يترددون على بيت الله لممارسة الشعائر الدينية والصلاة فتطمئن طمائرهم لدين ينادي بالحق والخير والبركة الإلهية يصاب عليه من يتصور وجود دين آخر شرير وهو الدين النورانيين الذين شؤه ومسخوا اليهودية والماسونية وقلب كل ذلك إلى طقوس وثنية تقوم على غرس بذور الشر والبغضاء في قلوب الناس وضمائرهم وتحويل أتباعهم إلى أدوات طيعة لتنفيذ مأري بكهانة الشر هؤلاء وسوف ترسم لنا الصفحات التالية الصورة الصادقة لأحداث الثورة الفرنسية وهذه الأحداث تبين لنا بجلاء كيف أخفق التحذير في إيقاظ الناس من عفوتهم الساذجة وتنبيه الأفراد والحكومات إلى حطر المؤامرة العالمية عودة إلى أحداث الثورة الفرنسية الملكة ماري أنتوانيت بعد أن تخاذلت البلدان المختلفة التي وجهت إليها الحكومة البغارية تحذيرها عن اتخاذ الإجراءات لتلاف الخطر أرسلت شقيقة الملكة أنتوانيت إليها عدد من الرسائل المتتالية تنبهها فيها إلى وجود مخاطط المؤامرة واطلاع المرامين وأرباب الذهب العالميين فيها وإلى المطية التي تمكنوا من اتخاذها وهي المحافل الماسونية الفرنسية ولكن ماري أنتوانيت ملكة فرنسا وابنة الإمبراطور فرنس والأول إمبراطور النمسا لم تستطع وهي ربيبة القصور الملكية أن تصدق مثل هذه الأشياء المخيفة التي تتحدث عنها أختها في العالم وعندما آلحت عليها أختها في رسائلها منبئة إياها إلى البراهين القطعة التي تم الحصول عليها والتي تثبت أن النراريين يعملون في فرنسا تحت سطار الماسونية وأمالها الخيرية بهدف تدمير الدولة والكنيسة أجابتها ماري أنتوانيت في إحدى رسائلها المطولة فيما يليه أما فيما يتعلق بفرنسا فإنني أعتقد أن قلقك مبلغ فيه بشأن الماسونية فهي هنا أضال أهمية من أي مكان آخر في أوروبا لقد بيّن لنا التاريخ بما فيه الكفاية مدى خطأ ماري أنتوانيت هذا الخطأ الذي أودى بها وبزوجها الملك لويس السادس عشر إلى المقصرة ويعتقد معظم هوات التاريخ أن الملك ماري أنتوانيت كانت امرأة لعوبا انساقت وراء طيار المرح والملاذات الذي كان يسود البلاطة الفرنسية كما يتحدثون عن قصص غرامية كثيرة ومثيرة يثيرونها إليها وعن خياناتها لزوجها مع عز أصدقائه وعن حياتها الخليعة المتهورة إلى آخره أما الحقيقة الواقعية فإن هذه الصورة عنها ليست إلا الصورة التي رسمها بلصام ودعاته في نطاق حملة التشهير الوسعة التي شنوها عليها حتى رسخوا في عقول الجماهير كل ما نسبوه إليها من فضائح ومباذل وبذلك تمكنوا من حمل المتظاهرين على المطالبة برأسها وقد برهن المؤرخون عن هذه الحقيقة التي يؤكدها لنا الجلد الشهديد الذي أبدته في تحمل الآلام التي سببها لها أعداؤها والترفع الذي قبلت به مصائب القدر والثمات والأنفة اللذان واجهت بهم الموت تحت سكين المقصلة فهذه جميعا من الخصائر التي لا يمكن أن تتصف بها مرأة ينسبون إليها الخلاعة والخفة كانت القضية المشهورة التي عرفت في التاريخ باسم قضية عقد الملكة بمثابة السم الزعاف في حملة الترشير التي انصبت على ماري أندوانيت وقد نبتت فكرة هذه القضية في مخيلة وزهاوة مندنسوان وتتلخص بما يليه كانت الأزمة الاقتصادية على كل شفة ولسان وفي ذلك الوقت الذي كانت الخزينة الفرنسية فيه شبه خالية وكانت حكومة فرنسا بالتالي مجبرة على السجداء المرابين العالميين ليمدوها بقروض أخرى اتجه مندوب أرسله رأس المؤامرة هذان ذاتهما إلى الجوهري البلاط الملكي الفرنسي حاملا إليه طلبا مزعوما باسم الملكة ليصنع عقدا من الجوهر الثمينة شبيها بعقود الكنوس الأسطوريح إذ أن ثمنه بلغ ربع مليون ليرا فرنسية بعملة ذلك العصر وهو مبلغ طائل خيالي فقام الجوهري بصنع هذا العقد وقدم به إلى البلاط لعرضه إلى الملكة ولكن ماري أنتوانيت رفضت العقد بصورة قاطعة كما نفت علمها بأي رسالة منها بهذا الصدد طيد أن الأقاصص عن هذا العقد الخيالي كانت قلشاعة في كل مكان كما شاء لها المخططون ودرت آلة الدعاية التي أشرف عليها بلصام بكل قواه فلم تلبث ماري أنتوانيت أن عرقت في بحر عرم رم من الاستهجان لبذخها الخيالي المزعوم والانتقادات اللذعة لشخصيتها وتصرفاتها وسقطت سمعتها في لوحال نتيجة لحملة الهمسات القارصة وكان من المستحيل كما هي العادة في مثل هذه المجالات وضع اليد على الشخص الذي انطلقت منه شائعات التشهير وعندما وصلت هذه الحملة إلى الذروة ضرب بلصام ضربته الرئيسية فضرت مطابعه لتطبع الآلافة للآلاف من الشعارات والأهازير الشعبية التي تننتظ صاخرة حاقدة بالملكة زاعمة أن عشيقا سريا لها هو الذي إهداها هذا العقد عجابا بمفاتنها المبذولة له وثمن للاستمتاع بهذه المفاتن على أن الأمور لم تقف عند هذا الحد فقط بل وجد مخاطط تشهير فكرة أخرى شيطانية تزري بالأولى فقد لفقوا رسالة إلى أحد كبار أمراء فرنسا وهو في الوقت نفسه من أمراء الكنيسة هو الكاردينال دي رومان سيف فيها توقيع الملكة التي تطلب في هذه الرسالة المزعوم من الأمير الكاردينال ملاقتها في منتصف الليل في إحدى الخمائل المنعسلة في حضائق قصر الباليروايل الذي أتينا على وصفه سابقا للتحدث إليه بشأن العقد واحد المتآمرون إلى أحد غنيات هذا القصر بالتناكر بإزعي الملكة ومقابلة الكاردينال الأمير ليلا وكان أن انهمر السيل من المطبوعات السرية واللهزوجات الجنسية الرخيصة أمامت فرنسا بأكملها ممرغة بالوحل سمعة ملكة فرنسا وأحد كبار رجالات الكنيسة ويبين لنا التاريخ كيف نقل هذا العقد بعدئذ إلى إنجلترا وجئ به لهنالك بعد أن أدى الغرض المنشود منه في فرنسا والمعتقد أن معظم جواهره الثمين حفظت لدى صرفي يهودي اسمه ألياسون ومكثت في لندن هناك برهان قطع آخر على ارتباط المرابين الإنجليز بالمؤامرات التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية وقد ظل هذا البرهان قيد الكتماني عواما طوال حتى نبشته الليدي كونسبورو وزوجة اللورد كونسبورو ومؤلفة كتاب حكم الكهنوت الخفية وقد تم لها ذلك خلال أبحاثها عندما عثرت على مطبوعة قديمة اسمها العداوس السامية كتبها عام 1949 اليهودي بن ياميل جولد شعيد وتمكنت الليدي كونسبورو بفضل المعلومات التي استخلصتها من هذه المطبوعة من البرهان على أن جولد شاميد المذكور وأخه أبراهام جولد شاميد وشريكهم موسى ميكاتو وابن أخي هذا الأخير الذي حصل على لقب النابيل الإنجليزي فيما بعد وهم جميعا من كبار المتمولين في إنجلترا كانوا تابعين في الواقع لسادة المال اليهود في أوروبا الغربية ويعملون دمن نطاق المنظمة التي أعدت للثورة الفرنسية وقد وجدت براهين أخرى أيضا فيما أثبتت أن المتجول اليهودي الألماني الجنسية الشهير في برلين دانيال إشتينغ وابن زوجته داود فريد لاندر والمرابي اليهود الألزاسي هوس جيربر كانوا بنورهم أيضا يشكلون حلقة تعمل مباشرة في ذلك العهدات أو أمر روتشيلد وهكذا ينكشف لنا القناع عن الأشخاص الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت القوة الخفية التي تشد خمال المؤامرة ولسنا بحاجة لأن نشير إلى أهمية دراسة الوسائل التي استعمالها الماليون اليهود في مناوراتهم التي أوقعت الحكومة الملكية في العجل المالي ويمكنون عن طريق المقارنة والتفكير استنتاج الوسائل التي اتبعوها منذ إذن في روسيا وإسبانيا وأمريكا يقول المؤرخ والكتب البريطاني الأشهر السير والتر سكوت عن تلك الوسائل في معرض تحليله الوضع عندئذ لقد عمل هؤلاء الممولون الحكومة الفرنسية الملكية كما يعامل المرابون وارثا مسرفا متلافا إذ يقرضونه باليد والربى الفاحش الأموال اللازمة له لنفقاته الباذخة ويقبضون باليد الأخرى الأرباح غير المعقولة لقاء هذه القروض مما يؤدي به بصورة مباشرة إلى الإفلاس وهكذا تتالت سلسلة طويلة من قروش هؤلاء المرابين الهدامة تعقبها عقوق وامتيازات مختلفة حصلوا عليها كتمانات لوفاء ديونهم وبذلك شمل الارتباك مالية الدولة الفرنسية بعد أن جرت الحكومة الفرنسية إلى وضع أصبحت مجبرة فيه على السجداء القروض المرتفعة بالربى الفاحش لتدبير نفقات الحرب المتوصلة التي زجت فيها وكان هؤلاء يقبلون عن طيب خاطر تقديم هذه القروض لهالقاء شرط أساسي هو السماح لهم بكتابة سقوك القرض بالشرط التي يرونها وكانت هذه الشرط لا تثير شبهة المال الوهلة الأولى إلا أنها لم تكن في الواقع سوى فخر منصوبا استطاعوا منه إدخال الثعبان إلى داخل الغرفة كما يقول المثل الفرنسية أي إدخل مندوبهم إلى قلب الحكومة الفرنسية ولم يكن هذا المندوب سوى المالي الأشهر نيكر الذي عينه الملك وزير المطلق الصلاحية لشؤون المالية كان المرابون اليهود قد افتعلوا دعاية ضخمة حول النيكر أظهرته بمظهر الشخص الوحيد القادر على انتشال فرنسا من وحدتها المالية في وقت سحرية ولكن الحقيقة الواقعة هي أن فرنسا ترددت خلال السنين الأربعة التي تلت توليه وزارة المالية إلى وضع بلغ من السوق درجة بلغ معها مقدار الدين المترطب على الحكومة الفرنسية مائة وسبعين مليون من الجنيهات الاسترلينية بعملة ذلك العصر وهو مبلغ يفوق حسب قيمته أنئذ مقدار التصور يصف المؤرخ الانجليزي الكابتن رامزي هذا الوضع وصفا حسسا في كتابه حرب دون اسم كما يلي كانت الثورة الفرنسية ضربة انقضت على جسم مشلول ذلك أن مخالب الدعون كانت قد نشبت في عماق ذلك الجسم وتابعتها سيطرات المرابين على كل وسائل الإعلام والنشاط السياسي ولم تلبث هذه المخالب أن نشبت في الصناعة الفرنسية بطرفيها أرباب العمال والعمل وبذلك كان المصر حتام الإعداد للبدء بالثورة وحين ارتفعت اليد اليسرى لمدبري المؤامرة وهم الثور أنفسهم بمجموعهم لتنقض بالخنجر على الجسم الملكي المتداعي كانت اليد اليمنى هي الفساد الحلقي العام قد شلت هذا الجسم منعته من الحراك وهكذا فيما كانت منشورات بلسام التحريفية الصمتر اللعنت على رؤوس الملكة والكنيسة كان عملاء المؤامرة ينظمون ويدربون الأشخاص الذين تقرر جعلهم زعماء حكم الإرهاب الذي سيقل انهيار العهد الملكي وكان بين هؤلاء الزعماء روب سيبر الأشهر ودانتون الذي لا يقل عنه شهره وكذلك مار إلى آخره كان الأشخاص المنتقون للهجوم على البصير لإطلاق الصراح السجناء والآخرون المهيئون لخلق الجو الذي سيؤدي إلى قيام حكم إرهابي معد سلفا كانوا يلتقون لتنسيق خططهم في دير في باريس اسمه دير لعاقبة وهكذا رسم التفاصيل المخطط الدموية بين جدران ذلك المبنى الديني وهناك وضعت القوائم بأسماء النبلاء وأنصار العهد القديم الذين يجبوا تصفيتهم وقد تقرر فيه أن ينطلق المحردون وفي أعقابهم بعض المجرمين والمجنين فيعملون الذبح والقتل والاقتصاب العلني مما ينشر الرعب في أفئدة السكان وفي الوقت نفسه يقدم نوبل الذي عين مدعيا عاما كومون أي حكمة باريس الثورية المقبلة على جميع الشخصيات المعروفة بولائها للملك والبلاد وإلى هذا فقد تمت في نوادل عقبة دريب الرجال الذين أعدوا للانطلاق من خلايا المؤامرة المنظمة ودربوا على يد خبراء في تنظيم الإرهاب ليقودوا فيما بعد عمليات الفضائع العلنية بالجملة حين أوعزت لهم القوى الخفية بذلك وهكذا تحركت المؤامرة خطوة أخرى إلى الأمام في طريقها المحفوف بالويلات الفصل الرابع سقوط نابوليون كان هدف سادة المال العالميين من التخطيط للثورة الفرنسية أن يصبحوا بعدها السادة الحقيقيين لفرنسا وبالتالي السلطة الخفية التي تسيطر على حكومات أوروبا من وراء السطار كمرحلة من مراحل المخطط الطويل للأمل للسيطرة على العالم تتالت الأحداث بسرعة بعد أن تفجرت الثورة كما بيناه في الفصل السابق فسولى ليعاقبة أولا على الحكم كما كان مبيتا وتابع هؤلاء استخدام الدوق أورليان مطية لهم كما في السابق حتى جاء الوقت الذي طلبوا منه فيه أن يصوت في الجمعية الوطنية على إعدام ابنة عمة الملك لويس السادس عشر حتى جاء الوقت الذي طلبوا منه فيه أن يصوت في الجمعية الوطنية على إعدام ابن عمه الملك لويس السادس عشر وكانوا قد حملوه على الاعتقاد بأنه سوف ينصبونه ملكا دستوريا لفرنسا عودا عن ابن عمه وهكذا صوت الدوغ أورليان على إعدام الملك متحملا بذلك المسؤولية بينما ظل المتأمرون الحقيقيون في خفايا الظلام على أن تعليمات التي تلقاها لعقبة من السلطة الخفية التي تسير الثورة الفرنسية كانت مغايرة لما يعتقده الدوغ أورليان فقد أوعزت هذه التعليمات بتصفيته بدوره بعد أن أصبح عبءا لا فائدة منه وكان أن دارت عجلة الآلة الرهيبة آلة التشهير ضد الدوغ أورليان هذه المرة كما دارت في السابق ضد ماري أنتونيت فلم تلبث حبائل الفضائح والتلطيخ أن التفت حول عنقه تجذبه إياه ورويدا رويدا نحو سكين المقصلة التي لم يطلبها الأمر حتى اقتدى إليها ضمن قافلة من القوافل اليمينية المحكوم عليهم بالإعدام وحينئذ استمع بأذنيه وهو على طريق المقصلة إلى صراخ الجماهير وهي تندد بفضائحه وتعبر عن بغضحه أما ميراب فكان الأمر مختلفا بالنسبة إليه فقد حس بالخطر الداهم وأدرك أنه كان آلة في يد أولئك الذين يكمنون وراء هذا الخطر فشعر بالندم بالرغم من انهياره الخلقي ولم يستطع أن يتقبل مشاهد الفضائع التي يرتكبها ليعقبة في كل يوم وكان إلى ذلك معارضا اتباع أسلوب العنف ضد لويس السادس عشر ويعلم أنه كان رجلا ساذجا طيب القلب ضعيف الإرادة لا يدري شيئا مما يجري حوله وكان كل ما يهدف إليه ميراب شخصيا هو انتزاع السلطة المطلقة من الملك وجعله واجهة دستورية يملك ولا يحكم على أن يصبح هو ميراب المساشر الأول أنئذ لهذا الملك ولذلك فإنه عندما تحقق من أن هدف السلطة الخفية هو مقتل لويس السادس عشر أقدم على محاولة لتهريبه من باريس التي كان سجينا فيها ونقله إلى مقر القوات التي لا تزال له ولكن هذه الخطة فشلت وكانت نتيجتها أن السلطة الخفية أسطرت الأوامر بتصفياته هو أيضا على أن الأمر اختلف بالنسبة له لأنه لم يكن لدى منظمات التشهير الوقت الكافي لحبك شبكة الفضائح والاتهامات حوله فلاجأ المنفذون إلى تسميمه بصورة بدأت معها الجريمة وكأنها حادث انتحار جاءت بعد ذلك الفترة المرعبة التي عرفت في التاريخ الفرنسي باسم حكم الإرهاب تلك الفترة التي كانت ضحايا يساقون فيها إلى المقصلة يوميا بالمئات وتجسد الإرهاب في شخصين هما دانتون وروبسبير وعندما أد هذان الجلدان مهمتهما جاء دورهما أيضا فأرسل روبسبير أول بزميله دانتون إلى المقصلة ثم لم يطلبه الأمر فما لمث ألحقه إليها عندما جاء دوره أدرك المؤرخ الكبير البريطاني السير والتر سكوت من خلال تحليله العميق لأحداث التاريخ لفسيما التاريخ الأوروبية الدور الذي لعبته القوى الخفية وراء واجهة الثورة الفرنسية ويستطيع من يتاح له للطلاع على مؤلفه الضخم حياة نابوليون متابعة التفصيلات الدقيقة للأحداث التي تكشف الأصل اليهودية للمؤامرة وقد أشر والتر سكوت في كتابه إلى حقيقة تبعث على التساؤل وهي أن معظم وجوه الثورة الفرنسية كانت وجوها أجنبية عن فرنسا وهو ينوه كملاحظة مستغربة هي استعمال هؤلاء لعدد من التعابير اليهودية الخالصة وقد جد بانتباهه بشكل خاص حدث معين هو ظهور الشخص المدعو منويل بطريقة غامضة وتعينه في مصب المدعي العام كومون باريس وكان منويل هذا هو المسؤول عن اعتقال آلاف من الضحايا في سجون فرنسا وهم بعينهم الذين قضوا نحبهم في المجزرة الكبرى المدبرة التي جرت خلال شهر أيلول عام 1792 في داخل هذه السجون ذهب ضحيتها ثمانية ألاف من أولئك السجناء في سجون باريس وحدها وكان يساعد مانويل هذا شخص يهودي آخر اسمه دايفيد وهو أحد الأعضاء المتنفذين في دارة الأمن القومي الباريسية التي اشتهرت خلال الثورة بنداءاتها الدعية للمطالبة بالمزيد من الضحايا وسفك الدماء وديفيد هذا هو الذي أدخل مبدأ عبادة الكأن الأعظم الذي حلته الثورة الفرنسية فترة محل الدين المسيحي الذي صدر الأمر بإلغائه ويشير السير أيلولتر سكوت أيضا إلى كوديرلوس ديلاكو السالي في ذكره والذي كان يهوديا إسبانيا كما يذكر دوره في إعداد الجو للثورة عن طريق القصر الملكي الباليروايال الذي حوله إلى مقر ضخم للدعارة والفساد أما نحن فيجب أن نشر إلى أن هذا السفر الضخم المكون من تسع مجلدات الذي ألفه والتر سكوت بعنوان حياة نابوليون والذي يكشف فيه عن جانب كبير من الحقائق قد اختفى تماما تقريبا بحيث نستطيع القول أنه قد ضرب حوله جدار من النسيان يجب التنويه أيضا بكتاب آخر ألفه ريني باسم حياة روبسبير فهو يتضمن فقرة على جانب كبير من الأهمية فقد نقل في هذه الفقرة كلمات تفوه بها روبسبير ذات دلالة عميقة وها نحن نريدها فيما يلي مع الفقرة التي جاءت في الكتاب بلغ حكم الإرهاب ذروته القصوى في الفترة بين السابع والعشرين نيسان والسابع والعشرين تموز 1794 ففي هذا اليوم الأخير خوذي لروبسبير أمام الجمعية الوطنية فألقى أنه خطابا طويلا شن فيه هجوما عنيفا على من أسمعهم بالإرهابيين المتطرفين يتضمن هذا الهجوم اتهاماتا جاءت بساغة عامة أي ضد أشخاص مجهولين ويعتقد أن الكلمات التي تفوه بها حرفيا كانت التالية إنني لا أجرؤ على تسميتهم في هذا المكان وفي هذا الوقت كما أنني لا أستطيع كشف الحجاب الذي يغطي هذا اللغز في الثورات منذ أجيال صحيقة غير أنني أستطيع أن أؤكد وأن واثق كل الهثوق أن بين مدبري هذه المؤامرة عملاء أثار فيهم ذلك المنهج القائم على الفساد والرشوة وهم أكثر وسيرتين فعالية بين جميع الوسائل التي اخترعها أجانب عنا لتفسيخ هذه الدولة وأعني بهؤلاء كهنة الإلحاد والرذيلة الدانسين ويضيف المؤلف ريني معلقا لو لم يتلفظ روبسبير بهذه الكلمات لما كانت نهايته أمرا محتوما كان روبسبير قد تلفظ في الواقع بأكثر مما يجب ولذلك فقد تلقى بالفعل طلقة نارية في فكه أخرى سطحه بصورة عملية حتى اليوم التالي الذي سيق فيه إلى المقصلة وهكذا تم القضاء على ما سوني نتيح له أن يعلم أكثر مما يجب وليزل الجميع يجهلون باستثناء أفراد قلائل أن روبسبير ومارا ودانتون الذين كانوا رؤوس مرحلة حكم الإرهاب لم يكنوا في الواقع سوى آلات بيد النورانيين أو بتعبير آخر مجمع الثلاثة عشر حكماء صهيون بعد أن انتهى مخطط المؤامرة من القضاء على جميع الضحايا الذين قرروا التخلص منهم بدأوا مرحلة جديدة من التآمر العالمي فأرسل أنجليم ماير روتشلد ابنه ناثان ماير إلى إنجلترا بمهمة افتتاح فرع لمؤسسة روتشلد في لندن وكان الهدف من ذلك تأمين اتصال المرابين العالميين في إنجلترا أوروبا القرية وترسيخ سلطانهم السياسية والاقتصادية وتأمين الاتصال بصورة خاصة بين المهيمنين على بنك إنجلترا والمهيمنين على كل من بنك فرنسا وبنك هولندا وبنوك ألمانيا وقد أحد إلى ناثان ماير روتشلد بهذه المهمة وسنه لا يزيد عن 26 عاما مما يدل على مدى التدريب الذي تلقاه منذ نعومة أظفاره نابوليون بونابارت قرر أرباب المال العالميين بعد هذه المرحلة استثمار الرجل الجديد الصاعد نابوليون بونابارت ودعمه واستغلال نتائج عماله لتنفيذ مآربهم وبدأت منذ إذن سلسلة الحروب النابولونية الشهيرة التي كان هدفها الإطاحة بعدد كبير من العروش الأوروبية اجتح نابوليون بجيوشه أوروبا جميعا حتى وصل عام 1804 إلى الذروح فنصب نفسه أمبراطورا على فرنسا وعين إخوته ملوكا للدول الأوروبية جوزيف ملكا لمملكة نابولي ولويس ملكا لأوراندا وجيرو ملكا لونسفاليا إحدى الممالك الجرماني أنئذ أما ناتان روتشيل فذبر الأمور بحيث جعل من إخوته الأربع ملوك المالي في أوروبا وأصبح هؤلاء بالتالي السلطة الخفية وراء الحروش التي أحدثها نابوليون قررت السلطة الخفية حينئذ اختيار سويسرا لجعلها مركزا آمنا لأموالهم فقرروا بالتالي إخراجها عن نطاق جميع الحروب والمنازعات وجعلها حيادية إلى الأبد ثم اتجه أرباب العمل العالميون إلى تجارة جديدة فاحشة الأرباح هي تجارة الحروب التي تعود عليهم بالأرباح في كل الأخوال ودون أن يحمهم في شيء من الذي يحارب ومن خسر الحرب أو ربحها وكانت وسيلتهم إلى ذلك السيطرة على مصانع السلاح والذخيرة وعلى صناعة الصفن والصناعات الكيموية والمعدنية والأفران الفولاذية وإنتاج الأدوية وقد سارت مشاريع سادة المال على عجلات ذهبية وتضفق عليهم سيل الأموال من تقديم مواد الحرب إلى كافة المتحربين دون استثناء خير أن عائقا جديدا ظهر في الأفق الإمبراطور نابوليون كان نابوليون مرتاحا في البدء لحلفائه أصحاب الأموال الضخمة الذين يمدونه بالقروض والمؤن كل ما احتج إليها لتمويل جيوشه وأعداد حاملاته ولكن الشك خمره في طبيعة العمليات التي يقوم بها هؤلاء وأدرك بثاقب نظره أن شيئا ما يجري في الخفاء وأن هناك جهات غامضة تحرك هؤلاء من وراء السطر فالتزم جانب الحذر اتجاههم منذ إذن وأخذ يترصد الفرص لضربة تجار الحروب والخلايا السرية ضربة قاضية حين يستكمل المعلومات والبراهين وظهرت منذ أدن نتجاههم نواياه لكنه كان منحمكا في الحرب الروسية وكان مصيره ومصير جيشه الجرار معلقا بنتجة هذه الحرب فوجد النورانيون الفرصة مؤاتية لتسديد ضربتهم أولا وكان انهيار الجيش النابولوني في الحملة الروسية انقلابا لمجرى الأمور يسد الاعتقاد بأن الشتاء روسيا وبردها القارس هما الذين قلب حملة نابوليون الظافرة في مطلعها إلى أكبر فاجعة عسكرية عرفها التاريخ أما الحقيقة فهي أن السبب الهزيمة كان تخريب خطوط الاتصال بأيد خفية في الوقت الذي تضفقت فيه الذخائر على الجيوش القيصرية أصبحت هذه الخطة التي اتبعتها القوى الخفية لتحطيم جيش نابوليون وأجباره على التنازل عن العرش منذ إذن منهجا تقليدي لجماعة المؤامرة العالمية يتبعونه في كل حركاتهم والتالية ومن الممكن يوصف هذا المنهج فهو يقوم على تسلل العملاء السريين إلى المناصب الرئيسية من الصناعة والمواصلات والتموين والنقليات وعيرها من المراكز الحساسة وعند أيض تصبح الدولة التي يتغلغلون فيها بهذه الصورة تحت رحمتهم ذلك أن الخلايا السرية تصبح أن أيض في مركز يمكنها من بث الفوض والاضطراب في تموين الجيش المحارم وإمداداته ومواصلاته وإثارة للترابات الاجتماعية أنهئذ وفي البلدان في غمار المعركة وقد كان المنهج الذي استعمل لتحطيم جيش نابوليون هو بعينه الذي استعمل فيما بعد مثلا لتحطيم جيوش الروسي القيصري عام 1904 أمام اليابان أظهر لنا التاريخ كيف تولت الأحداث بعد حزيمة نابوليون فقد اضطر إلى التنازل عن العرش سنة 1815 ونفي إلى جزيرة ألبا وعندما هرب منها محاول للعودة كان في هذه المرة يجابه القوى الخفية التي كانت موسكة بالخلوط معا وكانت معركة واتيرلو بعد عودة نابوليون النهاية الحاسمة بالنسبة له أما بالنسبة لناتار روتشيلد فكانت على العكس الفرصة التي مكنته من أن يصطو سطو حقيقي على ماليات أوروبا كان روتشيلد قد اتخذ مقر له في العاصمة الفرنسية قصرا يطل مباشرة على نوافذ القصر الذي يقيم فيه لويس الثامن عشر وريث عرش فرنسا بحيث أصبح في استطاعته أن يراقب الحالة فيه عن كثب وعمد من ناحية ثانية إلى تنظيم شبكة من الجواسس والعيون تنقل إليه أولا بأول أخبار معركة واتيرلو وشكة الحلول عن طريق الحمام الزاجل ونظم في الوقت نفسه شبكة أخرى لنقل أخبار ملفقة عن المعركة إلى إنجلترا عن طريق الحمام الزاجل أيضا وهكذا كان كل شيء معد حين طيرت إليه الأنباء عن تفوق ولينكتون قائد الجيش البريطاني وقرب انتصاره الأكيد على نابوليون فأصدر أوامره حالا إلى مندو به بإرسال أخبار معكوسة تماما إلى إنجلترا تؤكد انتصار نابوليون وتمزق الجيش الإنجليزي أعمل ذور الشعب الإنجليزية لهذه الأخبار وانحارت السوق المالية انهيارا كاملا بحيث حبط سعر ليرة الاسترلينية إلى شر واحد في الوقت نفسه كان ناثر روتشالد في طريقه إلى إنجلترا بأسرع ما يمكنه على متن مركب صغير سأجره خصيصا لهذا الغرض وما أن وطعت قدماه لندن حتى أصدر أوامره إلى جميع شركائه بشراء جميع ما يمكنهم شراءه وهكذا عمدوا جميعا وهو على رأسهم إلى شراء كل ما وقع تحت أيديهم من أوراق مالية وأسهم وأسندات والسقوك الملكية إلى آخره وعندما أصرت الأخبار الحقيقية أخيرا عن انتصار ويلينكتون وعدت الأسعار إلى طبيعتها كان المرابون العالميون قد كدسوا أرباحا طائرة تفوق بمجموعها الخيال لا يعلم أحد كيف تفادى روتشالد والمرابون أعوانه غضب الحكومة والشعف إنجلترا أو غيرها بسبب الآلاف من أرقوا بهم في الخراب ولكن من المعلوم التاريخي أن مؤسسة روتشالد قدمت قروضا إلى إنجلترا بمبلغ 18 مليون ليرة سرلينية وإلى روسيا شركتها في القضاء على نابليون بمبلغ 5 ملايين ليرة سرلينية وعندما مات ناث روتشالد عام 1836 كان هو المهم من أعلى بنك إنجلترا وكان القرض الوطني الإنجليزي قد قافز إلى مبلغ 885 مليون من الليرات السرلينية بسبب تلك المجزرة الاقتصادية الكبرى الفصل الخامس التاريخ الخفي للتغلغ لليهودي في أمريكا إذا تتبعنا خيوط أحداث الحياة الأمريكية فسنجد أن أصول التغلغ لليهودي تعود إلى مطلع التاريخ الأمريكي بل لقد بدأ سادة المال اليهودي محاولاتهم لبسط نفوذهم على الولايات المتحدة الناشئة آنئذ قبل أن تظهر هذه إلى الوجود كدولة وحين كانت لا تزال مكونة من 13 مستعمرة إنجليزية بدأ تفكير مجموعة المرابين اليهود يتجه إلى المستعمرات الأمريكية منذ العهد الذي وصل فيه بنيامين فرانكلين رجل الدولة الأمريكية الشاهير إلى لندن مندوبا عن هذه المستعمرات فقد التقى به هناك المرابون العالميون الذين كانت السيطرة قد تمت لهم كما بيناه سابقا على بنك إنجلترا أو القرض الوطني الإنجليزي نجد في الصفحة 98 من وثقة مجلس الشيوخ الأمريكي رقم 23 تقريرا كتبه روبرت أوين الرئيس القديم للجنة البنوك والنقد في الكونغرس الأمريكي عن مقابلة جرت بين شركاء روتشيلد وبنيامين فرانكلين ويذكر هذا التقرير كيف أخذ هؤلاء في الاستفسار من المندوب الأمريكي عن السبب في رأيه الذي يعود إليه ازدهار الحياة الاقتصادية في المستعمرات الأمريكية وقد أدل فرانكلين بالإجابة التالية إن الأمر بسيط فنحن نصدر عملتنا بأنفسنا كما أننا حين نصدرها نفعل ذلك بسرعة تتناسب بمقدارها مع حاجيات الصناعة والتجارة لدينا ويلاحظ روبرت أوين أن هذه الإجابة لفتت أنظار جماعة روتشيلد إلى الفرصة الكبرى المتاحة لهم لاجتماعي الأرباح الطائرة إذ يكفيهم لذلك وهو ما يتضح للوهلة الأولى استستار قانون بمنع المستعمرات من إستار نقدها بنفسها وإجبارها على اللجوء إلى بنك إنجلترا الذي يكلف بذلك وكان أمشل ماير روتشيلد لا يزال مقيما في ألمانيا حينئذ يدير منها عماله ويمد الحكومة البريطانية بجنود محترفين يجمعه من الريف الألماني مقابل ثمانية ليرات السلينية عن كل جندي فكان نفوذه الحالة هذه كافية لاستصدار القانون المطلوب من الحكومة الإنجليزية بشأن إصدار النقد الأمريكي صدر أخيرا هذا القانون وقامت سلطات الاحتلال البريطاني في المستعمرات الأمريكية تنفيذا له بإيداع المبالغ بالنقد الأمريكي السابق لدى منك إنجلترا كعطاء نقضي للقروض بالفائدة التي سيقدمها المصرف لهذه المستعمرات بالنقد الجديد ونترك الحديث عن نتائج هذه العملية إلى بنية من فرانكلين ذاته كما ورد تقويله في وثقة الكونغرس رقم 23 انقلبت الأوضاع بعد عام واحد من صدور هذا القانون إلى عكسها تماما فانتهى عصر الازدخار وحلت محله أزمة اقتصادية حادة ولغت من السوء مبلغا أصبحت معه شوارع المستعمرات غاصة بالعاطلين عن العمل وتضيف الوثيقة أما بنك إنجلترا فقد رفض أن يقدم أكثر من 50% من قيمة الأوراق المالية الأمريكية التي عهد بها إليه بموجب القانون الجديد وهذا يعني أن قيمة النقد الأمريكي حفظت على الناس تماما بجرة قلم ينسب المؤرخون والباحثون السبب المباشر للثورة الأمريكية على إنجلترا إلى ضريبة الشاي الشهيرة أما فرانكلين هو أحد لجوه البارزة في هذه الثورة فيحلل الأسباب كما يليه كانت الولايات الأمريكية مساعدة عن طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة البسيطة أو ممثلها لولاي قدام إنجلترا على انتزاع حق إصدار النقد من الولايات المتحدة مما خلق حالة البطالة والاستياء أما هذا الاستياء شيئا فشيئا كل سكان الولايات ولكن أحدا منهم لم يدرك أن الضرائب الباهظة الجديدة والسلبة الاقتصادية كان نتيجة فعالية عصابة من الرصوص العالميين كانت تسلب في الوقت نفسه اقتصاديات إنجلترا ذاتها وهكذا لم تلبث الثورة أن تفجرت وحدث الصدام الأول المسلح بين الثبار الأمريكيين والقوات الإنجليزية في لينكنستونج يوم التاسع عشر نيسان 1775 ثم تنولت الأحداث المعروفة جيدا مما لا لزوم لذكره حتى عين جورج راشنطن قائدا ثم تنولت الأحداث المعروفة جيدا مما لا لزوم لذكره حتى عين جورج راشنطن قائدا لقوات الثورة وأعلن كونغرس بيان الاستقلال في الرابع تموز 1776 دام الصراع بعد ذلك أهوام سبعة تعحد المرابون العالميون خلالها بتمويل هذه الحروب الاستعمارية التي كانت إلى هذا فرصة اجتذبت خلالها مجموعة روتشيلد أموالا ضائلة عن طريق إمداد الحكومة البريطانية بالجنود المحترفين من مقاطعة هس الألمانية وانتهت الحروب باستسلام قوات القائد الإنجليزي جنرال كونغاليس وعقد معهدة باريس التي كان المفاوض الأمريكي الرئيس فيها فرانكلين واعترف فيها باستقلال الولايات المتحدة في الثالث من أيلول 1783 بعد الاستقلال لم يستسلم المرابون العالميون بعد أن وضعت الحرب أو زارها بل عمدوا عن طريق مندوبيهم إلى العمل بكل ما في وصيهم من جهد واللجوء إلى كل ما يمكن من مناورات لتفادي تضمين الدستور الأمريكي هي تفقرة تتعلق بإصدار النقد غير أن أبطر الاستقلال الأمريكي كانوا متيقذين لهذا الخطر ومتنبهين لمؤامرات أولئك المرابين وهذا ما تبرهن عليه مناقشاتهم المحفوظة في سجلات الاجتماع الذي عقدوه في مدينة فيلادلفيا عام 1787 والمعروف باسم اجتماع الآباء المؤسسي للولايات المتحدة وهكذا جاء نص الفقرة الخامسة من القسم الثامن من المادة الأولى للدستور الأمريكي كما يليه الكونغرس هو صاحب السلطة في إصدار القوانين المتعلقة بتنظيم النقد أسقط بيد المرابين العالميين بعد صدور هذا النص الدستوري لأن الدستور اتخذ منذ إذن طبعا مقدسا في أعين الأمريكيين فلم يعد بسطاعتهم الوصول إلا مآربهم مباشرة على أنهم لم ينفضوا أيديهم من الأمر بل عمدوا إلى المناورة لاستصدار قوانين تستند إلى هذا النص بصورة مغلوطة وهذا ما تبرهن عليه نصص عدد من القوانين المالية التي صدرت منذ إذن في حين اعتقد الشعب الأمريكي وهو مخلص في اعتقاده أن كل قانون صدر ينسجم وروح الدستور لا ريب لدينا في أن دراسة تاريخ سيطرة المرابين العالميين على الاقتصاد الأمريكي تشكل صفحة من تاريخ العالم على جانب كبير من الأهمية وهذا ما سنسرده فيما يليه كان المنهج الذي عمد إليه المرابون العالميون هو منهجهم التقليدي منهج الشركة الخفية فقد عين مديرو بنك إنجلترا منذوبا له في أمريكا منذ عام 1780 أحد عملائهم الرئيسيين وهو أليكسندر هاملتون الذي استطاعت حملة الدعاية المواجهة أن تضفي عليه شهرة زعيم وطني تحرري وعمد هذا الأخير إلى تقديم اقتراحا بإنشاء مصرف اتحادي يقوم بإستار العملة والإشراف عليها عودا عن الحكومة على أن يكون هذا المصرف مؤسسة خاصة تعود ملكيتها إلى المصالح الشخصية وبالتالي إلى البيوتات المالية الفرضية ودف هاملتون إلى اقتراحه أن يكون رأس مال هذا المصرف 12 مليون دولار يقدم منها بنك إنجلترا مبلغ 10 ملايين دولار بعملة ذلك العصر أما الباقي فيسمح للممويرين الأمريكيين بالاكتتاب به لم يأتي عام 1782 إلا وكان هاملتون وشريكه روبرت موريس قد نظم بنك أمريكا وكان موريس هذا المراقب المالي في الكونغرس الأمريكي فتمكن بحكم إشرافه المالي على النفقات من أن يجعل الخزينة الأمريكية فيحالة عجز مالي حين الاستقلال وهذا برحان بليغ على أساليب السلطة الخفية والسخدامها الخروب والعملاء وقد أقدم موريس على المزيد أيضا فقم بالإجراء الأخير الذي أجهز به على المبلغ الأخير الذي كان متبقي في الخزانة الأمريكية ومقداره 250 ألف من الدولار عن طريق الاقتتاب به في رأس مال بنك أمريكا ولما كان مدراء بنك أمريكا مندوبون لبنك إنجلترا بالطبع فإن النتيجة المنطقية كانت حتمية وهكذا أصبح سادة المال اليهود سيطرون على كلا المصرفين بنك إنجلترا وبنك أمريكا بين أن زعماء ثورة الاستقلال الأمريكية يحصوا بالخطر الداحم بأن تسلط بنك إنجلترا على بنك أمريكا قد يؤدي بالتالي في حالة وضع ماليات أمريكا تحت إشراف هذا الأخير إلى تسلطه على الاقتصاد الأمريكي بمجموعة فتدخلوا لدى الكونغرس والستطاع وحمله على رفض منح بنك أمريكا حق إصدار النقد لم يقرأت المرابون العالميون من هذا الفشل المؤقت بل أصدروا تعليماتهم لعملائهم بمضاعفة جهودهم ولبثوا بانتظار الفرص وهكذا نجحوا أخيرا في إصال منذوبهم أليكسندر هاملتون إلى وصب وزارة المالية الأمريكية وتمكنوا بتالي عن طريق هاملتون من الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على منح بنك أمريكا امتياز إصدار النقد المستند إلى قروض عامة وخاصة وكانت الحجة التي قدمها هاملتون إلى الحكومة هي أن النقد الذي يصدره الكونغرس والمستند إلى قرض وطني سيكون عديم القيمة في الخارج في حين أن النقد المستند إلى القروض العامة والخاصة سيكون قابلا لكل أنواع المعاملات المالية الخارجية وقابلة للتخويل وقد حدد الرأس مال الجديد للمصرف بمبلغ 35 مليون دولار اكتتب فيه الممويلون الأوروبيون بمبلغ 28 مليون وكانت مجموعة الماليين الأوروبيين هذه خاضعة لروتشيلد كان الوقت قد حل لمكافأة هاملتون على جهوده وتلقى بالفعل الجزاء الذي يصحقه ذلك أن المرابين العالميين شعروا على أغلب الظن بأنه أصبح يعلم أكثر مما يجب وكان أن افتعلت مبارزة بينه وبين مبارز محترف اسمه هارون بور لقي فيها هاملتون حتفة المرحلة الثانية الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية انتهت باختتام المرحلة السابقة فترة المناورات للأصول إلى الإشراف على إصدار النقد الأمريكي وبدأت عقبة جديدة اتجاه فيها المربون العالميون نحو المرحلة التالية السيطرة على مقاليد الاقتصاد الأمريكي افتتحت هذه الفترة بمنورة واسعة النطاق وعزت بها مجموعة روتشيلد التي أصرت توامرها إلى مندوبيها الأمريكيين الذين وضعتهم في الواجهة أمام الرأي العام بإطلاق حملة دعائية ضخمة تباشر بالرفاه المقبل والرخاء للجميع كما ترقى مدراء البنوك الأمريكية التعليمات بالتوسع في منح القروض والكفالات واعتمادات الثقة وهكذا العميد الأمريكي للاكتتاب بكل ما يستطيعونه في المشاريع الجديدة التي موثقت في كل مكان وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد أصدرت مجموعة روتشيلد تعليماتها السرية بالامتناع عن تقديم القروض والاعتمادات ودخط مقادير العملة المتدولة في الأسواق مما ولد أزمة مالية حادة أدت إلى انهيار اقتصادي مريح أما المرابون فقد تكدست في صناديقهم الأرباح الخيالية والسندات والضمانات وغثائق ملكية العقارات من كل نوع على أن هذه الأزمة لم تمر دون أن تثير انتقاد عدد كبير من الأمريكيين وقادتهم على رأسهم جون أدامس وتوماس جيفرسون وأندرو جاكسون الذين أصبحوا ثلاثتهم فيما بعد رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة وهذه فقرات من رسالة كتبها جيفرسون إلى أدامس إنني مؤمن بأن هذه المؤسسات المصرفية البوروك أشد خطرا على حرياتنا من جيوش غازية وقد خلقت بوجودها أيضا رستقرطية مالية أصبحت تتحدى بسلطانها الحكومة وأرى أنه يجب استرجاع انتياز إصدار النقد من هذه المؤسسات وإعادته إلى الشعب صاحب الحق الأول فيه آثرت هذه الانتقادات المكشوفة مخايف المرابين العالميين ونبهتهم إلى قرب قيام صعوبات في وشهم بمناسبة خلول موعد تجديد امتياز بنك أمريكا عام 1811 فعمد ناتا روكشلد المذكور السابقا ذاته إلى توجيه تهديد بنفسه إلى الرئيس الأمريكي أن ذاك أندرو جاكسون جعل مضمونه على الشكل التالي وهناك حلاني فقط فإما الموافقة على تجديد الامتياز أو الرفض وعندئذ ستجد الولايات المتحدة نفسها وقد دهمتها خرب مريع وقد استخدمت مؤامرة قوى الشر دائما أسلوب إثارة الحروب ضد الزعماء ولرجالات الدولة التي تقف صامدة في وشهم ولكن الرئيس جاكسون لم ينصر لهذا التهديد الذي لم يصدق وأجب وفد الممويرين العالميين بهذه الكلمات لستم إلا مجموعة من اللصوص والأفاعي وسوف أعمل على تخطيمكم بل وأقسم بالله أنني سوف أحطمكم عمد المرعبون أنائذ إلى وضع تهديدهم موضع التنفيذ وبالفعل أثرت الحكومة البريطانية مدفوعة إلى ذلك من قبل بنك إنجلترا حرب عام 1812 التي لم يكن هدف ناتان روتشلد منها إلا إفلاس الخزانة الأمريكية بنتيجة مصاريف الحرب الطائلة حتى غدت بحالة لا تجد معها مفر من استجداء القروض الخارجية أما الضحايا والخرافة هذا مما لم يدخله ناتان روتشلد بحسابه وقد تحقق هذا المخطط بصورة كاملة وصوت الكونغرس عام 1916 على تجديد امتياز بنك أمريكا الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1866 تعتبر الحرب الأهلية الأمريكية أهم أحداث التاريخ الأمريكي على الإطلاق ولم حل هنا لوصف هذه الحرب الشهيرة مما لا يخلو منه أي كتاب في التاريخ غير أن هناك ما يجهله الرأي العام عن هذه الحرب مع شهرتها وهو الدور الذي لعبه فيها المرابون العالميون والنتائج التي حصلوا عليها وهذا ما سنبينه في ذكرنا لتفاصيل بعض الأحداث المجهولة التي سبقت ورافقت قيامها في عام 1857 عقد في لندن زواجوا ليونيرا ابنة عميد الفرعي الإنجليزي لأسرة روتشيلد وحولونيك من قريبها ألفونسو روتشيلد عدو أسرة روتشيلد في فرنسا وكانت حفلة الزواج مناسبة كبرى جمعت في لندن عددا كبيرا من أرباب المال العالميين وأقطاب السياسة وكان من بين هؤلاء الآخرين ديزرائيلي السياسي اليهودي الشهير الذي أصبح فيما بعد رئيس لوزراء إنجلترا عدة مرات بالروم من يهوديته وأشهر رجال الدولة الإنجليز على الإطلاق في القرن التاسع عشر ونقل فيما يلي فقرات من كلمة ديزرائيلي في هذه الحفلة يجتمع الآن في هذه الحفلة رؤساء أسرة روتشيلد التي امتدت رهرتها إلى كل مدينة في أوروبا وكل ركن من أركان العالم والسطر دمواجه حديثه إلى رئيس فرعي أسرة روتشيلد في باريس ولندن إذا أردتم فسوف نقسم الولايات المتحدة إلى شطرين نعطي أحدهما إلى جيمس رئيس الفرع الفرنسي والآخر إلى اليوفيل أما نابوليون الثالث إمراتور فرنسا أناذن فسوف يفعل ما أشير عليه به وفيما يتعلق ببيسمارك مستشار ألمانيا أنئذن فإن الخطة التي أعددناها له هي من ثقل الوطأة بحيث ستشغله عنا تماما يبين لنا التاريخ كيف عين آل روتشيلد بعد ذلك يهوذ في أمين وهو أحد أقاربهم من دوبا رئيسيا لهم في أمريكا وكيف تتلت الأحداث بعد ذلك حتى نشبت الحرب الأهلية وأصبحت حقيقة واقعة نفذ المرابون بالفعل الخطة التي نوهت إزرائيل بطرق منها فأقنع نابوليون الثالث باحتلال المكسيك وضمها إلى إمبراطورياته ضمان لانشغاله وسكوته واقتنعت الحكومة البريطانية بإعادة احتلال الولايات الشمالية في الولايات المتحدة بنتيجة هذه الحرب وكان هدف سادة المال اليهود مزدوجا من إنشاء لهذه الحرب فهي تخلق لهم أولا فرصة ذهبية يستطيعون فيها تقديم القروض وبيع السلاح بالرب الفاحش لنابوليون من أجل حربه في المكسيك ولقوات الولايات الجنوبية الفتية والهدف الثاني الذي كانوا يأملونه هو إعادة احتلال الولايات الشمالية من قبل بريطانيا وإلى هذا فإنهم كانوا يريدون من هذه الحرب منع الرئيس الأمريكي العظيم لينكون من تحرير العبيد في أمريكا أعلمين أن السمرار العبودية هو ما يؤدي بصورة حتمية إلى انهيار الأمة الأمريكية وتمزقها وكان الرئيس لينكون عليما بذلك مما دفعه إلى القول لا يمكن لأي أمة أن تعيش طويل إذا كان نصف أعدائها أحرارا والنصف الآخر مكونا من عبيد لم تسر الحرب كما اشتهاها المرابون العالميون فقد وجدت قوات الجنوب نفسها بعد عامين من الحرب حاجة إلى المساعدة فاتجه المرابون إلى نابوليون الثالث بغي تزجه بالحرب إلى جانبها وعرضوا عليه مقابل ذلك مقاطعتين الويتريانا وتكساس ولكن عقبة غير متوقعة انثرت في وجوههم هي قيصر روسيا الذي نميت إليه أخبار هذه المحاولات فوجه إنذر إلى الحكومة الفرنسية والإنجليزية أبلغهما فيه بأنه يعتبر الهجوم على الولايات الشمالية هجوما على أراضي الإمبراطورية الروسية ذاتها وأرسلت أكيدا لتحذيره عدد من السفن الحربية الروسية إلى موانئ الولايات الشمالية نيويورك وسان فراسيسكو ووضعها تحت إمرة لينكون وهكذا أسقط في يد المتآمرين ولبثت الحروب مقصورة في المجال العسكري على الأمريكيين أنفسهم من شماليين وجنوبيين وانتهت بانتصار الشمال حركة المالية ومقتل لينكون انتقلت معركة المرابين العالميين بوجود لينكون إلى صعيد آخر فقد تصد لهم الرئيس لينكون وأخذ يعمل في ولاياته الشمالية على تحطيم السلاسل التي طوقوا بها الاقتصاد الأمريكي فعمد لهذا الغرض إلى تطبيق الدستور الأمريكي متمسكا بالفقرة خمسة من القسم الثامن من المادة الأولى التي سمنح الكونغرس حق إصدار العملة وأصدر 450 مليون من الدولارات الرسمية التي جعل غطاءها القرض الوطني أعباء المرابون حينئذ جميع قواهم لمواجهة لينكون الذي أصبح خطرا شديدا عليهم وشرعوا بمنوراتهم ودساسهم الخفية بهدف تجريد العملة الجديدة من قيمتها أولا والقضاء على لينكون ذاته بالتالي وقد وصلوا إلى هدفهم الأول عن طريق استصدار قانون من الكونغرس من ناحية بمنع تسديد فوائد القرض الوطني أو ثمن المواد المستوردة بهذه العملة وعن طريق شان حرب شعواء عليها في الأسواق المالية والمصارف من ناحية ثانية حتى حبطت قيمتها حبوطا شديدا متدنيا إلى ثلث قيمتها الأصلية وعندما وصلوا إلى هذا الحد اشتروا جميع أوراق هذه العملة من التداول واشتروا بهذه الأوراق سنداتا حكومية بالسعر الكامل للدولار بذلك ضربوا عصفرين بحجر واحد فسبب انهيار العملة الحكومية من ناحية وحققوا أرباحا فاحشة من ناحية أخرى وننقل فيما يلي فقرات من رسالة التعليمات التي وجهها الماليون في أوروبا إلى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة نحن لا نستطيع أن نسمح بتداول العملة الجديدة في أمريكا إلا إذا أصبحت تحت إشرافنا ونستطيع أن نصل إلى هذا الهدف عن طريق السيطرة على السندات القرض الوطنية مما يؤمن لنا بتالي السيطرة على النقد الحكومية ولم يقف المرابون العالميون عند هذا الحد في المعركة إذ عمدوا إلى تمويل الحملات الانتخابية لعدد من النواب والشيوخ وبهذا تمكنوا من حمل الكونغرس على التصويت عام 1863 على قانون المصارف الذي وضع لمصلحتهم بالرغم من معرضة الرئيس لينكون الشديد مسجلين بذلك ظفرا آخرا في معركة السيطرة على الاقتصاد الأمريكي وننقل في ميالي فقرات من رسالة وجهتها مؤسسة روتشيلد وإخوانه للصيرف في لندن إلى إحدى المؤسسات المالية الكبرى في شارع وستريت الشهير مقر المؤسسات الكبرى في نيورك حتى عصرنا الحاضر وهي مؤسسة إيكلهايم ومورتون وفاندر جولد بتاريخ الخامس والعشرين حزيران عام 1863 سادة الأعزاء كتب إلينا سيد جون شارمان من مقاطعة أوحايا في الولايات المتحدة لإعلامنا عن تقديراته للأرباح التي يمكن اجتنابها بنتيجة القانون الأخير الذي أصدره الكونغرس بشأن المصارف ويقول السيد شارمان أنها فرصة لم يتخل أصحاب الرسامين العالمية مثلها أبدا من قبل تجميع الأموال ويبدو أن هذا القانون يؤمن لمنك أمريكا السيطرة الكاملة على الاقتصاد الأمريكي ويستطر دورتشالد في رسالته حتى يبدو رأيه وهو أخيرا إن القلاء لا يدركون أن النظام الجديد للصير فسيجعلهم أمام حلين لا ثالث لهم فإما اتباعنا للحصول على بعض الأرباح أو أن يصبحوا قد ارتبطت شؤونهم بهذا النظام بحيط لمفر لهم من انتظار ثماره وهكذا فإن أية معارضة من هذه الفئة ستكون معدومة أما مجموع الشعب فإنهم غير قادرين فكريا على تصور المزايا الخيالية التي تعود لرأس المال العالمي بالنتيجة هذا النظام ولن يصطر عنهم أي تذمر أو شكوى ولن يخامرهم أي شك حتى في أن هذا النظام ضد مصالحهم المخلصون روتشيلد وإخوانه وهذه فقرات من الرسالة الجوابية التي أرسلتها إيكليهام ومورتون وفاندرغولب إلى روتشيلد وإخوانه سادة الأعزاء تلقينا رسالتكم ويبدو لنا أن السيد جون شيرمان يتصف بصورة ملحوظة بالصفات التي تميز رجل المال العالمي الناجح فهو لا يقيم وزنا لأية مشاعر يمكن أن تحول نظره عن الأرباح الكبرى وهو إلا ذلك شاب حذق وطموح وقد وضع نصب عينيه الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة وها هو منذ الآن عضو في الكونغرس وقد قاده تفكيره الصحيح لأن يدرك أن الربح الأكبر هو بالحفاظ على صداقة الأشخاص والمؤسسات ذوي الموارد المالية الواسعة الذين يعلموا أنهم لا يقتصرون على الوسائل العادية وحدها إذا اقتضى الأمر إما للخصول على دعم الحكومة لهم أو لمعاقبة من ينتصدون لمصارحهم ويتل ذلك تعداد لمواد قانون الصيرفة الجديد والفوائد الممكنة الحصول عليها من كل منها وتنتهي رسالة إلى الخلاصة التالية لقد منحت البنوك حق إنقاص أو زيادة العملة المتداولة كما تشاء كما منحت حق إعطاء القروض أو صحبها كما تراه وبما أن للبنوك منظمة عامة فهي تستطيع أن تعمل ضمن صياسة واحدة فتكيف السوق المالية كما تريد فتسبب مثلا إذا شاءت تدني كل منتجات البلاد على الإطلاق في خلال أسبوع واحد أو يوم واحد حتى وإلى هذا فإن المصارف آفيت من الضرائب على سنداتها وعلى رصاميلها وعلى وداعها ونحن واثقون من أن هذه الرسالة ستعتبرونها رسالة خاصة مكتومة بالصورة القطعية بكل احترام المخلص إكلهايمو ومورتون وفاندرغولد لا تحتاج هذان الرسالتان إلى تعريق ومن نافلة القول أن نذكر أن المصارف أصبحت من نتيجة هذا القانون هي المهيمة على الاقتصاد الأمريكي إلى الحكومة والمصارف تعني بالتالي المؤسسات والبيوتات المالية وهي تعني بدورها حين لا تكون الرصاميل الوطنية قوية والدولة معتمدة على دخل كبير ثابت تعني سدة المال العالميين المسيطرين على معظم المؤسسات المالية والمصارف العالمية أما الرئيس لينكون فلم يعد أمامه من طريق سوى توجيه تنبيه علني للشعب فلجأي لهذا الطريق معتقد أن الشعب الأمريكي سوف يصغي لصوت العقل هذه المرة وهكذا شن هجوما علنيا شديدا على المرابين العالميين وجاء في هذا الهجوم ما يلي حرفيا إنني أرى في الأفق نذر أزمة تقترب شيئا فشيئا وهي أزمة تثيرني وتجعلني أرجف خشية سلامة بلادي فقد أصبحت الرشوة المنهج السائد سوف يتبع خلف ساد إلى على المناصب كما ستصبح ثروة البلاد بأكمانها تحت سيطرة فئة قليلة لن تتوزع عن ابتلاع وعن تحطيم الجمهورية بالتالي كان لينكون إنئذ في نهاية مدة رئاسته ولكن الانتخابات الجديدة حاملته إلى الرئاسة مرة ثانية وهو معتزم هذه المرة أن يقوم بعمل تشريعي للقضاء على السلطان الماليين العالميين مما تحتم معه على هؤلاء العمل بسرعة لتدرك الأمر وكان أن اختل الإنكون في ليلة الرابع عشر نيسان 1865 في المسرح من قبل شخص نيهودي اسمه جون ويلكزبوت ويجهل معظم الأمريكيين سبب هذه الجريمة كما أن كتب التاريخ لا تعطي أي تفسير لها وذلك بالرغم من أن المحققين أنئذ عثروا على رسالة بالشفرة في أمتعة القاتل ووشدوا مفتاح هذه الشفرة بحوزة يهوذ بن يمين السار في الذكر ومن الحق أن هذه الرسالة لم تتضمن أي إشارة إلا الجريمة إلا أنها تشكل برهانا قاطعا على وجود علاقة بين القاتل باثو بين المرابين العالميين وهكذا ظل المرابون العالميون في هذه المرة أيضا وراء ستار الظلام بينما ألقيت تباعة الجريمة على قاتل عادي إنساحت باختلاف لينكون العقبة الكبرى التي كانت تسد الطريق أمام المرابين العالميين وأصبحت المسالك جميعها مما هدت للسعي إلى السيطرة على اقتصاديات الولايات المتحدة المناورات المالية عرض موجز لها منذ عصر لينكون حتى الحرب العالمية الثانية إنزحت العقبة الأساسية الكبرى عن طريق المرابين العالميين بمصر لينكون كما ذكرنا ولكن عقبة أخرى ظلت قائمة في مجال آخر مختلف هو المجال النقدي بالذات كان النظام النقدي والمالي للولايات المتحدة قائما على أساس معدن الفضة بخلاف النظام الأوروبي والإنجليزي بصورة خاصة الذي كان قائما ولا يزال على أساس الذهب ويعود الأمر لأسباب طبيعية مخضة ذلك أن الولايات الأمريكية كانت تملك مقادير كبيرة من الفضة والقليل من الذهب والعكس بالعكس بالنسبة لبريطانيا ولأوروبا بوشه عام ولم تكن تلك بالعقبة السهلة كما قد يظن لأنها كانت تؤدي بصورة طبيعية إلى حفاظ الولايات المتحدة على استقلالها المالي دون أن تتأثر بالتقلبات النقدية الأوروبية أو العالمية فتظل بنجوة عن تحكم المرابين العالميين بالنقد الأمريكي باقتصاديات الولايات المتحدة ولذلك بدأ المرابون العالميون حالا على تغيير الأوضاع أرسل المرابون لهذا الغرض أحدهم منذوبا عنهم لأمريكا هو أرنست مايد وضعوا تحت تصرفه مبلغ نصف مليون دولار بعملة العصر لتقديمه رشاوة ونفقات حسب متطلبات مشروعهم وبدأت سلسلة من عمليات شراء الضمائر والفساد حتى تمكن المرابون من طرح مشروع بقانون على الكونغرس وكان الذي طرحه السيناتور جون شيرمان ذاته وصدر هذا القانون عام 1873 هو قانون إصلاح العملة المعدنية وقد شمل على مواد تلفط النظر للوهلة الأولى وتبدو كأنها ليس لها سوى غرض إصلاحي محدود بيد أن هذا القانون كان يتضمن في ثنياه السم الزعاف وقد عملت خلايا المؤامرة من ناحية أخرى تنجحت في إيصال أنست مايد المذكور إلى منصب المستشار النقدي للجنة المالية في الحكومة الأمريكية وكان مايد هذا يعمل بالطبع حسب أوامر مجموعة روتشلد وبدأت عمليات صحب العملة الفضية من التداول تتوالى بحماية هذا القانون وبإشراف مستشار لجنة المالية مما سبب أزمة اقتصادية متزيدة حملت الكونغرس عام 1879 على إسطار دفعة جديدة من العملة الفضية أوقفت هذه الأزمة المصنعة لفترة وجيزة بيد أن البنوك تلقى تعليمات جديدة بهذا الصدد من احتكار روتشلد الأوروبي وقد وجهت مجموعة روتشلد نصائحها وتعليماتها إلى اتحاد البنوك الأمريكية الذي لعب دور الوسيط بين روتشلد ومجموعة هذه البنوك وقد نصت هذه التعليمات على ضرورة إصدار سندات جديدة على أساس ذهبية بحيث تصل قيمتها إلى مليار دولار ومنح قروض على أساس هذه السندات وفي الوقت نفسه الذي تعمد فيه البنوك إلى سحب الأوراق المالية الحكومية المستندة إلى الفضة من التعامل وكذلك الأوراق المالية المختلفة المغطاة بالفضة وقد قدر خبراء روتشلد أن هذه العملية ستسبب ذعرا شديدا في الحياة الاقتصادية الأمريكية بحيث أنها تبقى من الأوراق ذات القيمة في الأسواق سوى الأوراق الصادرة من قبل البنوك والمستندة إلى غطاء ذهبية وقد حدث هذا الذعر بالفعل ورفقت حملة دعائية ضخمة عهد بها المرابون العالميون إلى خلياهم وعملائهم من ناحية وإلى الصحافة المأجورة من ناحية ثانية بحيث حمل الشعب الأمريكي على الاعتقاد عن قناعة بأن مسؤولية الأزمة الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة بينما ظل المرابون المتآمرون وراء الستار بدأ إذاك طور آخر بالنسبة للمرابين هو طور التغلغل الاقتصادي بعد أن انزاحت عمليا كفة العقبات الرئيسية وفي 1899 عقد أصحاب البنوك العالميين مؤتمرا له في لندن حضره جيبي مورغان وأنتوني دريكسل من دوبين عن البنوك الأمريكية وعندما عاد إلى أمريكا عهدت مؤسسة روشلد إلى مورغان بتمثيلها وإدارة مصالحها الظاهرة والخفية في الولايات المتحدة وقد برهن على كفاءته لهذا المنصب عندما باع كميات من الأسلحة القديمة إلى الحكومة الأمريكية وكان لهذا المؤتمر نتيجة أساسية أخرى بخلاف هذه فقد تكون احتكار عالمي من المؤسسات المالية العملاقة التالية واحد شركة جيبي مورغان وشركاؤه في نيويورك اثنان شركة دريكسل وشركاؤه في بلادلفيا بالولايات المتحدة ثلاثة شركة مورغان هارجس وشركاؤه في باريس أربع مؤسسة واربورغ في ألمانيا وهولندا ودع هذا الاحتكار تحت إشراف مؤسسة روشلد تتالت بعد ذلك خطوات تملك مرافق الاقتصاد الأمريكي وتمت في عام 1901 عمليتهم الكبرى فقد اقتحم الاتحاد المالي مورغان دريكسل ميدان الصناعة وتمكنوا من إجبار الشركة الكبرى هاينز مورز على بيع جميع أسهمها لهم وكانت هذه الشركة تملك عددا من المصارف والسفن ومصانع الحديد والفولات وغيرها أصبحت جميعا بحوزة مورغان دريكسل وأصبح بإمكان هذين بالتالي بنتيجة سيطراته مع هذه المرافق الضخمة التدخل في الانتخابات الأمريكية الاتحادية وهكذا تمكنوا من دعم ثيودار روزفيلد حتى وصل إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن هدف الاحتكاريين من إصال ثيودار روزفيلد إلى سدة الرئاسة الحصول على النفوذ فقط بل كان هناك غرض آخر هو حماية رؤوس الاحتكار من يد العدالة الأمريكية التي كانت قد تحركت وبدأت التحقيق في أمر هذا التكتل غير المشروع ووسائله المريبة التي كان يسحق بها منافسه في الأسواق بصورة منظمة ولد وصول روزفيلد الأول إلى الرئاسة عين رئيس للجنة التحقيق السيناتور نيلسون ألدريك الذي تبين فيما بعد أنه كان شريكا خفيا في احتكار التبغي والمطاطل الذي كان فرعا لاحتكار مورغان دريكسل وهكذا لم يؤدي التحقيق إلى نتيجة وفي عام 1907 وصل إلى الولايات المتحدة منذب مؤسسة واربورغ المذكورة هو بول واربورغ مصحوبا بدراسات دقيقة عن الأوضاع المالية في كل قطر أوروبي وفي أمريكا ولم يلبث هذا أن أصبح شريكا في مجموعة كوهينلوبا المالية الكبرى في نيويورك وانضم إليهم بعد فترة وجيزة شريك آخر لم يكن سوى يعقوب شيف الذي تعرفه أوساط المخابرات المالية جيدا فقد كان هو الذي يمول الحركات الإرهابية والفوضوية في شرق أوروبا وروسيا منذ عام 1883 حتى قيام الثورة الروسية عام 1917 وقد انضم إلى هذه الشركة مندوبا عن روتشلد الاحتكار الأكبر يهيمن على الحياة الاقتصادية تأسيس الاحتكار الأكبر اجتماع عام 1910 في ليلة الثاني والعشرين تشرين الثاني 1910 وقف قطار خاص في الانتظار بمحطة هويكن في ولاية نيوجيرزي وكان أول من صعد إليه السيناتور ألدريك المذكور بصحبة أحد كبار وزراء المالية الأمريكية وهو آبيات ولم يلبث أن تتالى وصول عدد من الرجال لم يسبق أن شهد من يمثلهم في اجتماع واحد ذلك أنهم كانوا في الواقع مجموعة رؤوس الاقتصاد الأمريكي بكامله وكان هؤلاء الرجال فرانك فاندربيلت رئيس البنك العالمي في نيويورك وهو البنك الذي يمثل المصالح الصناعية لشركات روكفيلر كما يمثل مصالح مجموعة كوهين لوبل متعلقة بشركات السكك الحديدية وأيضا البنك الذي يمتلك السكر ايش بي دافيدسون ويمثل مجموعة مورغان بول واربورغ الذي كانت شهراته أنائذ تشير إليه كأغنى رجل في العالم بنيامين سترونغ أحد أقطاب والستريت شارع المال الأكبر في العالم والذي كان احتكار مورغان قد كلفه بإثارة أزمة الظعر المالية الكبرى عام 1907 التي جعل المحتكرون منها أرباحا خيالية ولم يكن مثل هذا الاجتماع ليخفى عن فضول الصحفيين والمخبرين الذين تجمعوا من كل مكان وعمموا خبر الاجتماع في كل نيويورك ولكنهم لم يظهروا بما يغني ولم يستطيعوا الحصول على تصريح من أي من أقطاب المال المجتمعين وعلم فيما بعد أن القطار الخاص الذي ضم المجتمعين توجه إلى جزيرة ماغولة في ولاية جورجيا الأمريكية التي يمتلك فيها مورغان قصرا بعيدا عن الأعين ضم هذا الاجتماع كما نرى أقطاب الاقتصاد والمال والمواصلات والصناعات الثقيلة وضرب هؤلاء ستارا حديديا حول ما ضر به من مباحثات بيد أن النتائج دلت على أن الاحتكار الأكبر الخفي الذي يهمن على قسم ضخم من مرافق الاقتصاد الأمريكي ويشن حربا شعواء على الشركات والمؤسسات المالية الوطنية تأسس في ذلك الاجتماع وقد تألف ناد خاص عرف باسم ناد الاسم الأول حضرت عضويته على غير هؤلاء وذلك لتأمين اجتماعاتهم بصورة دائمة وتفادي تسلل لأي أجنبي إلى مجموعتهم وقدم ألدريك إثر هذا لاجتماع مشروع قانون إلى الكونغرس وكان عضوا فيه كما ذكرنا ورئيس رجنته المالية عرف فيما بعد باسم قانون الاحتياطي المالي الأمريكي لعام 1913 وظن الشعب الأمريكي أن أئذن ولا يزال يظن أن هذا القانون إنما وضع لحماية مصالحه فقط لأنه يؤثن للحكومة الاقتحادية بالإشراف على مجموع أموال الاحتياطي الأمريكي ولكنه كان ذا مفعول آخر خبية فقد وضع السادة المال الأمريكيين والأوروبيين في مركز يسمح لهم بتمويل وتوجيه الحرب العالمية الأولى التي لم تلبث أن شبت وجرت أمريكا إليها ليس هناك من حاجة إلى الكثير من التفصيل لمعرفة الأسباب التي دفعت الماليين إلى تدبيل الحربين العالميتين الأولى والثانية بل يكفين ألقاء نظرة عجالة على أرقام أرباحهم ففي عام 1914 لدى صدور قانون الاحتياطي المذكور توزعت مقادير من سندات الاحتياطي الأمريكي بموجب هذا القانون بين 12 بنكا دفعت قيمة هذه السندات مبلغ 134 مليون من الدولارات وقد بلغت أرباح هذه السندات حسب إحصائية الكونغرس رقم 8896 بتاريخ 29 مارس 1939 مبلغا هائلا مقداره 23 مليار و141 مليون و1997 ألف و456 من الدولارات أما بالنسبة للحرب العالمية الثانية فإن مقدار الاحتياطي كان عام 1945 مليون دولار فأصبح عام 1946 45 مليار دولار وهذا رقم علني أي أن الماليين حققوا في هذه الحرب أرباحا أسطورية يبلغ مقدارها 40 مليون دولار في حين يحدث هذا كله يظن الشعب الأمريكي السادج أن قانون الاحتياطي المذكور يحمي مصالح المواطنين العاديين الذين يدخرون نقودهم البسيطة في البنوك لأنه يجعل إفلاس البنوك مستحيلا كما يظن أن أرباح الاحتياطي تعود إلى الخزينة ولكنه لا يعلم أن هذه الأرباح تذهب إلى جيو وسادة المال العالميين الذين يكونون الاحتكار المالي العالمي الخفي ولكي نبرحن للسادجين من الأمريكيين عن خطائهم نذكر عدد المصارف التي أفلست في أمريكا منذ صدور القانون عام 1913 فقد أفلس 14 ألف مصرف عادي وفرع مصرف في أمريكا منذ إذن وذهبت ملايين الملايين من ودايع المدخرين الصغار سودا ولكن هناك حقيقة وقعة لا مرأة فيها وهي أن النقود أو الثروات لا تتبخر في الهواء بل تنتقل من يد إلى يد أخرى فما هي اليد الأخرى الماهرة التي انتقلت إليها المدخرات؟ الفصل السادس انهيار الإمبراطورية الروسية والمجتمع الروسي الشعوعي ومولد الصهيونية هزت حملة نابليون سنة 1812 روسيا هزة عنيفة تاركة إياها مثخنة فأخذ القيصر اسكندر الأول على عاتقه إعادة تنظيم بلاده وأسترى لهذه القرهاية عدد من القوانين الهدفة إلى إصلاح وتوحيد صفوف الشعب فكانت بينها قوانين ألغت الأحكام الزجارية التي كانت مطبقة على اليهود منذ عام 1772 والتي كانت تحدد إقامتهم في أماكن معينة إلى آخره وبذل اسكندر الأول جهده لحامل اليهود على العمل في الزراعة وغيرها وتشجيعهم على الامتزاج الكامل بالمجتمع الروسي بيد أن الأمر اختلف عندما صعد إلى العرش نيقول الأول خلفا له عام 1825 فقد وجد القيصر الجديد أن اليهود لم يتجهوا إلى الميدان الاقتصادي وحده ونظر بعين الحذر إلى تغلغلهم السريع في كفات مجالات الاقتصاد الروسي كما نظرت حكومته دون ارتياح للا إصرار اليهود على الاحتفاظ بلواتهم الخاص وزيهم الخاص والبقاء كأقلية منعزلة في قلب المجتمع الروسي وظن أن خير وسيلة لإدماج اليهود في المجتمع إجبارهم على إرسال أولادهم إلى المدارس العامة حتى ينشأ هؤلاء مع رفاقهم الروس لون اختلاف فتمحوا من أذانهم عقدة الاضطهاد الديني فأستر أمرا يقضي بذلك غير أن النتيجة جاءت فيما بعد على عكس ما كان يتوقعه لأن التعليم أصبح إلزامية لليهود في حين لم يكن هناك سوى نسبة ضائرة من أبناء الروس تتلقى العلم في المدارس وهكذا أصبح العنصر اليهودي يحتل المقام الأول من الناحية الثقافية دون أن يتخلى عن عنصريته وانعزاله تولى العرش بعد ذلك القيصر إسكندر الثاني عام 1855 وكان كما أصفه ديزرائيلي فيما بعد خير من تولى عرش روسيا لأنه كرس نفسه لتحصين أوضاع الفقراء والمتهدين والفلاحين وكان من بين من شملهم بالعناية اليهود وهذا هو السبب الذي حمل ديزرائيلي على امتداحه فقد كان خرجوا الجامعات من هؤلاء يشكون من عدم إمكانهم الحصول على المناصب بسبب دينهم فأسترى إسكندر الثاني الأوامر لفتح أبواب جميع المناصب لهم في كل أرجاء روسيا أسوة بخرجي الجامعات من الروس وقد يظن أن هذه الالتفاتة من القيصر الطيب ستكفأ بالعرفان بالجميل ولكن الواقع كان على النقيد تماما ذلك أن الزعماء اليهود المتطرفين والمرتبطين بالمؤامرة العالمية خشوا أن تؤدي سياسة القيصر المتساهلة إلى ذوبان التكتل اليهودي وإفلأة اليهود بالتالي من ربقة سيطرتهم هذا إلا أن تعليمات المؤامرة كانت تنص على بث الفوضى والحقد في هذه البلاد المترمية الأطراف بمسيحيتها ولذلك اعتبر القيصر عدوا يجب القضاء عليه لا سيما وأن إصلاحاته وحكمه المتسامح جعل من الصعب على المنظمة التي أسسوها وكلفوها بمهمة إثارة أحقاد المثقفين والمحرومين أتقدم في عملها لأن هؤلاء كانوا يلمسون رغبة القيصر الصادقة في إصلاح الأوضاع وهكذا تقرر تخلص منه وقد جرت المحاولة الأولى عام 1866 ثم تكررت ثانية عام 1871 ولكن القيصر عفلت بأعجوبة من كل المحاولتين إلا أنهم نجحوا أخيرا في اجتذابه إلى بيت غانية يهودية اسمها هيسيا هيلجمان وتمكنوا أخيرا من اغتياله عام 1881 كانت خطة المؤامرة فيما يتعلق بروسيا تقضي بإيقاع الحرب بين الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية بهدف مستوش هو تعميم النتائج المعتادة للحرب من إنهاك مالدي ومعنوي واقتصادي وانحلال خلقي وفوض اجتماعي على كل الشعبين إضافة إلى جني الأرباح الفاحشة من صفقات بيع آلات التدمير والفتك للطرفين ومدهما في آن واحد بالقروض اللازمة بالربى المضعف وإليك ما كتبه عن هذه المحاولات البروفيسور جولدوين سميث أستاذ علم التاريخي الحديث في جامعة توسكسفورد الكبرى في عدد تشرين الأول 1881 من مجلة هذه الجامعة كنا على حافة الحرب مع روسيا هذه الحرب التي لو لنشبت لشملت كل الشعوب التي تضمها الإمبراطوريتان كانت المصالح اليهودية في كافة أرجاء أوروبا تبذل أقصى ما يوسعها من جهد دفعنا إلى هذه الحرب وكان بوقها الرئيسي الصحافة اليهودية في فيين عاصمة الإمبراطورية النمساوية عقبت اغتيال القيصر المصلح عام 1881 موجة السياء عرمة في كل أرجاء روسيا ضد اليهود أدت إلى ارتكاب عدد من أعمال العنف الانتقامية ضدهم وعملت الحكومة الروسية إلى تغيير سياستها جدريا فيما يتعلق بهم فأسترت القوانين الشاهرة التي عرفت بقوانين مايس لصدورها في ذلك الشهر والتي نصت على أحكام من أنظمة قاسية بحق العنصر اليهودي وقد دفع مصدر هذه القوانين عنها قائلين إذا كانت سياسة إسكندر الثاني ذاتها بكل تسامحها ومراعاتها لم تكفي لأرضائهم مجتدى بصدقتهم فمعنى ذلك أنه لن يرضيهم شيء سوى خضوع روسيا بأكملها لمشياتهم وهكذا دفع اليهود بأكملهم مرة أخرى في تاريخهم ثمن جناية زعمائهم وبالرغم من أن الزعماء المؤامرة كانوا هم مسؤولين عن هذا الوضع وعملوا عمدا على خلقه فإن وفدا يهوديا برئاسة البارون جينجرورغ وهو الممثل الرسمي لمؤسسة روتشيلد في روسيا توشها لمقابلة القيصر الجديد إسكندر الثالث في شهر مارس من عام 1882 وقدم له احتجاجا رسميا على هذه القوانين فوعد القيصر بإجراء تحقيق في أسبابها وإعادة دراستها ثم أصطرف في الثالث من أيلول من نفس العام بيانا بنتيجة التحقيق جاء فيه لقد وجهت الحكومة الروسية خلال فترة طويلة عنايتها إلى اليهود ومشاكلهم وعلاقاتهم مع بقية عناصر الإماراتورية ولكنها لاحظت في الوقت نفسه الأوضاع المحزنة التي وصل إليها الأهل المسيحيون بسبب تصرفات اليهود في ميادين الأعمال والاقتصاد ذلك أن هؤلاء عمدوا منذ عشرين سنة بصورة منهجية ليس فقط إلى احتكار التجار وجميع فروع الأعمال بين أيديهم بل إلى شراء والسيجار واحتكار الأراضي ولاحظت الحكومة أنهم يتصرفون ككتلة منظمة تعمل بهدف مرصوم ومكرسة نشاطها إلى احتكار ثروات البلاد ومجالاتها بين أيديهم وتجريد الشعب الروسي من خيرات بلاده وكنت الطبقة التي أصيبت بالأذى أكثر من غيرها من جراء عمالهم هي الطبقة الفقيرة مما سبب قيام أعمال العنف ضد اليهود ولهذا فإن الحكومة اتخذت على عاتقها من ناحية أولى حماية اليهود منع إلحاق الأذى والاتحاذ بهم ومن ناحية ثانية مدفوعة بمقتضايات العدالة والضرورة إلى اتخاذ الإشراءات الكفيرة لمنع اليهود أنفسهم من اضطهاد وإذاء الأهالي الروس وإنقاذ البلاد من احتكاراتهم وتصرفاتهم التي كانت هي السبب الذي أدى إلى ردة الفعل العنيفة ولم يكن سبب إصدار قوانين مارس إذن الانتقام فقط لمقتل إسكاندرا الثاني بل جاءت نتيشة لتحذيرات الاقتصاديين الروس وتنبيه الحكومة إلى وجوب إجراءات جذرية لمنع انهيار الاقتصاد القومي والحياة الاجتماعية بسبب الوسائل غير المشروعة التي يستخدمها التجار والمرعبون اليهود ولكن سادة المال العالميين أمكنهم إفلات هذا المورد العظيم من أيديهم وخاب فائلهم في عودة الأمور إلى سالف عهدها بعد فشل منذوبهم البارون جينزمبيرك في مهمته فقرروا أنه إذن الدخول في حرب دون هوادة مع روسيا بدأت هذه الحرب على الصعيد الاقتصادي والتجاري فحاربوا تجارة الروسية في كافة أنحاء العالم بوسطة نفوذهم المالية المتشعب وفرضوا الحضر على كل منتجات روسيا ومبادلاتها حتى حلت الضائقة بالخزينة الروسية ووصلت لأشدها عام 1905 وفي الوقت نفسه انتشرت في جميع أرجاء العالم الخلايا الإرهابية والفوضوية التي كانت القوى الخفية نفسها تغذيها بالمال وتدفعها إلى بث الأحقاد والفوض والإرهاب والنهارستية في هذه الإماراتورية الوسعة التي أخذت التصدعات تتاسع في كيانها واستفدت من هذه الأوضاع المحزنة التي تردت فيها روسيا الأحزاب الثورية التي نشأت بين صفوف المثقفين والعمال والطبقات التي كانت تأن من وطأة الأزمات بالإضافة إلى ظلم الأنظمة المتوارثة فاتسع نشطهم وظهرت نواة الحزب المنشفيك واختار سادة المال فترة حدة الأزمة عام 1905 ليثير الأحقاد اليابانية الروسية وهكذا كانت الضربة التي لم تستطع الإماراتورية الوقوف على قدميها بعدها أبدا عمدت الخلايا الفوضوية من جهة والحزاب الثورية الأخرى التي تطالب بالإصلاح من جهة أخرى إلى تدبير سلسلة من الاغتيالات السياسية كل لهذا فيه الخاصة فمتل الإرهابيون أولا موغوليبوف وزير التعليم سنة 1901 انتقام للأحكام المتعلقة بالتعليم في قوانين مارس التي تنص على تحديد عدد اليهود المقبولين في المدارس الروسية وتل ذلك عام 1902 اغتيال سيبيا جين وزير الداخلية بسبب فقرات قوانين مارس أيضا التي تمنع اليهود من العيش إلا في الأحياء المخصصة لهم واغتيل بعد ذلك حاكم مقاطعة أوفا بوغدانوفيتش عام 1903 وآخيرا اغتيل رئيس وزراء روسيا ذاته فيتشليفون بيليف عام 1904 واغتيل من ثم الأمير الفرندوق سيرجيوس عام القيصر وعندما نشبت ثورة 1905 وقضى عليها الجنرال دوبرسوف لم يلبث أن يغتيل بدوره في العام التالي ثارت ثائرة القيصر اسكندر الثالث لهذه الاغتيالات المتعقبة والحوضة العارمة فأصدر بلاغا ألقى فيه تبعات الاضطرابات والأزمة الاقتصادية على عاتق الزعماء والمرابين اليهود بيد أن الشيوعيين الذين استقطبوا الحركة الثورية قرروا اغتيال القيصر فألفوا لهذا الغرض مجموعة إرهابية كلفوا بتنظيمها خياطا اسمه ألفيانو أزييف وضم هذان إلى المجموعة شابا اسمه أسكندر أوليانوف كلفاه بالاشتراك في محاولات اغتيال القيصر غير أن هذه المحاولة أخفقت وقبض على أوليانوف حكم ثم أعدم فغضب شقيقه عند ذلك الأسر فلاديمير وانضم إلى الحزب الثوري بدوره متخذا لنفسه اسما نضاريا عرف به في مباعد طوال حياته وهو لينين كانت حركة الثورة الشيوعية ماضية في طريقها فيما الحكومة الروسية منعمكة بصراعها الداخلي مع الحركات الفضوية اليهودية والأزمات الاقتصادية والاضطرابات المتوالية التي يحرك خيوطها سادة المال العالميون عندما قرر هؤلاء إثارة الحرب بين اليابان وروسيا لتوجيه دروة جذرية إلى هذه الأخيرة وقد وضعوا خطة العمل بحيث تقوم مؤسسة روشيل وتشعباتها بتمويل الحرب من الجهة الروسية بينما تقوم شركتها مؤسسة كوهين لوبل الأمريكية المذكورة في الفصل السابق بتمويل الحكومة اليابانية سرا وتقضي هذه الخطة بسحب مؤسسة روشيل فجأة لمعونتها المالية عندما تصل الحرب ذروتها في الوقت نفسه الذي يعمد فيه المخربون الذين يعملون لحساب جماعة روشيل إلى تخريب الخط الحديدي الذي ينقل الإمدادات الروسية إلى الشرق الأقصى بحيث ينهار الجيش الروسي بصورة لا يقوم بعدها وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الخطة بأكملها ودهش العالم وأجمع أنائذ لإنهيار الجيش الإمبراطوري الضخم مما دولة اليابان الناشئة دون أن يبدأ تعليلا لذلك ولا تزال كتب التاريخ تتسائل بحيرة حتى الآن عن سبب هذه الهزيمة اللامنطقية وحين جرت مفاوضات الصلح في مدينة بورتسموت بالولايات المتحدة عام 1905 اتصل الكونت ويتمندوب القيصر يعقوب شيف اليهودي بمواثل مجموعة كوحيلوبلة مولت اليابان للاستفسار عنه عن سبب وقوف هذه المؤسسة المالية العملاقة ضد روسيا ويمكن أن السخلص ما يلي من إجاباته في الوقت الذي أدرك فيه القيصر إسكندر الثالث كما يدل على ذلك بلاؤه المشار إليه والحكومة الروسية والشعب الروسي إجمالا أن مصدر الكوارث التي تحق بروسيا هو زعماء اليهود المرابون كانت فلسفة كارل ريتر تنتشر في ألمانيا ناشرة في صفوف الشعب الألماني الكره والبغضاء لليهود كما حدث في روسيا حين إصدار قوانين مايس وكان الأوروبيون يعلمون من جهات أخرى بالحركات المماثلة التي ينظمها زعماءهم ومجميعهم في فرنسا وإنجلترا وغيرها فحمل هذا المجامع اليهودية العلي على التفكير بإنشاء وطن قومي لليهود يستطيعون تجمع فيه والعودة إليه في حالة حدوث ردة فعل ضدهم في أوروبا ويتخذونهم حتى لهم ينطلقون منها لاستئناف نشاطهم في كافة أقطار العالم وكلف بتنظيم حركة عودة اليهود إلى إسرائيل التي أصبحت فيما بعد أساس الحركة الصهيونية أحد زعماء اليهودية الألمانية ثيودور هيرتزل مذبحة كانون الثاني وثورة المانشفيك أعد المتآمرون العالميون اليهود إلى الزعيم الشيوعي اليهودي الشاب جوليوس سيدير بهلوم بقيادة حزب المانشفيك واتخذ هذا اسم مارتوف الذي عرف به في التاريخ وانضم مارتوف في البدء إلى هيئة تحرير جريدة إسكرا أي الشرارة لسن حال حركة الثورة العالمية الشيوعية التي كانت تصدر في مدينة مونشن بألمانيا وتغرب حدادها سرا إلى روسيا لتوزع بين صحوف العمال والمتذمرين وكانت هيئة التحرير تتكون من الزعماء القدامة للحركة الشيوعية بل خانوف الحرب من روسيا بعد محاولة اغتيال القيصر التي أعدم فيها شقيق لينين الأكبر والزعيمين الشيوعيين اليهوديين في رازا صوليش وبي أكس لرود وإلى جانبهم الزعماء الشبان لينينو تروتسكي وزوجة لينين التي كانت سكرتير تهيئة التحرير وكانت محافل الشرق الأكبر هي التي تتولى تهريب أعداد الجريدة إلى روسيا وإلى كافة أقطار أوروبا وفي عام 1903 تناد زعماء الحركات الشيوعية في روسيا وأوروبا الشرقية وألمانيا وأوروبا الغربية إلى عقد مؤتمر لهم في بروكس العاصمة بلجيكا ولكن الحكومة البلجيكية منعتهم فققدوا اجتماعهم في لندن برضاء الحكومة البريطانية ولكنهم انقسموا في هذا الاجتماع إلى قسمين البالشفيك الذين استلم زعمتهم لينين والمانشفيك الذين استلم زعمتهم مارتوف كانت الأحداث في روسيا تجري من سيء إلى أسوأ أنئذ بنيان الإمبراطورية يتصدع بسرعة مخيفة وجاءت الضربة المميتة عام 1905 بعد الهزيمة في الحرب مع اليابان هذه الهزيمة التي أذلت الشعب الروسي الذي كان ينظر إلى اليابان نظرته إلى دولة صورة ثانوية القيمة فسادت النقمة العارمة في كل مكان وكانت الحكومة الروسية تحاول من ناحيتها في الحقبة الأخيرة إرضاء الطبقات العمالية التي كانت تعاني بالدرجة الأولى من الأوضاع الاقتصادية المتداورة ولذلك شجعت تأليف النقابات واتحاد العمل دون أن تغفل عن منع المتطرفين والفوضويين من الدخول فيها وبرز نتيجة النشاط العمالي زعيب نقابي فعال هو القس الأرتذوكسي الأبغابون الذي التفت حوله قلوب العمال وأصبح الناتق الرسمية باسمهم مما أثار عليه حفيظة المنشفيك والفوضويين غير أنه كسب احترام الجهات الرسمية التي أصبحت تستقبله من القيصر حطر وزراء في أي تآونا لتتناقش معه في الشؤون العمالية وعندما انتشرت أخبار الهزيمة الروسية أمام اليابان سرت الاضطرابات في صحف العمال مطالبين بالإصلاح فقرر الأبغابون تنظيم مظاهرة سلمية كبرى تتجه يوم الثاني والعشرين كانون الثاني عام 1905 إلى القصر الإمبراطوري لتقدم عريضة إلى القيصر بمطالبها بخلاف المتطرفين الذين طلبوا بالتمرد المسلح وقامت هذه المظاهرة بالفعل في اليوم المحدد الأحد الثاني والعشرين كانون الثاني مكونات من الآلاف المؤلفة من العمال الذين صاحبوا معهم نساءهم وأطفالهم وتقدمت المسيرة الكبرى بصورة سلمية منظمة حتى باب القصر الإمبراطوري وقد رفعت فيها لفتات تعبر عن الولاء للقيصر وعند وصول المظاهرة إلى بوابة القصر حدثت المفاجأة الدموية التي قلبت هذه المظاهرة إلى مذبحة شاملة عرفت بالتاريخ باسم مجزرة يوم الأحد الدموي فقد انصبت نيران الرشاشات الكثيفة على العمال فحصدتهم حسدا وتركت الساحة مغطاة بالألاف من جثث الرجال والنساء والأطفال والجرح المتناثرين في كل مكان والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو من المسؤول عن هذه المجزرة البشعة؟ هل هو القيصر نيقول الثاني؟ والجواب على هذا السؤال سهل المنطقي ذلك أن القيصر وهذا أمر واقعي مؤكد لم يكن في القصر أنائذ كما أنه من المعروف بصورة أكيد أن أمر إطلاق النار صري والنتيجة المنطقية تظهر من تلقاء نفسها ذلك أن هذا الشخص لم يكن سوى العضو المنفذ في إحدى خلايا المؤامرة الخفية كانت هذه المجزرة المقصودة كما رأينا الشرارة التي أشعلت النار في الفتير فانتشرت روح الثورة كالنار في الحشين بين صحوف العمال والطبقات الكادحة التي اعتبرت القيصر المسؤول عن المذبحة وأصبح نيقول الثاني عدو الشعب ومن ورائه نظامه كله وحاول القيصر من ناحيته إظهر براءته فأمر منذ مطلع شهر شباط أي بعد أيام من الحادثة بتشكيل لجنة تحقق في الأحداث ثم أراد جعل الحكم ديمقراطيا انتخابيا فأسترى قانون الانتخاب مجلس تشريعي عرف بعد تأسيسه باسم دومة كما أسترى عفوا عاما عن جميع الجرائم السياسية وقد استفد من هذا العفو اللينين وبقية الزعماء البنشفيك والمانشفيك فعادوا جميعا إلى روسيا من المنفع ولكنهم إنما عادوا ليزيدوا اشتعار النار لم تكن الخطة التي رسمها مجمع المؤامرة العالمية أو مجمع حكماء الصهيون تقضي بإشعال نار الثورة في روسيا نئذ بل كانت تقضي على العكس بالمحافظة على النظام القيصري حتى الحرب العالمية التي كانت تهيئ خطوتها الرئيسية أنائذ ولكن الهياج العارم الذي عم روسيا أنائذ جعل المنشفيك يقدمون على مخالفة تعليمات القوى الخفية لظنهم أن أوان الثورة قد آن وكانوا من هذه الناحية على حق في اعتقادهم لأن بنيان الدولة الروسية كانوا متصدعا إلى درجة تكفيه معها هزة واحدة لكي يتداعى نهائيا وهكذا ضرب المنشفيك صفحا بتعليمات القوى الخفية وانحرفوا مع طيار الثورة الذين كانوا هم قادتا وبدأوا حركة إضراب عام في العشرين تشرين الأول عام 1905 في كافة مدن روسيا الرئيسية تلحى في السادس والعشرين تشرين الأول إضراب العاصمة الإمبراطورية سان بيدرنسبورغ لنينجراد اليوم وإعلنوا صوفيات شعبي لحكمها وقد رأست روتسكي هذه الحكومة الثورية ولكن القوى الخفية وقفت ضد هذه الثورة التي كان الحكم القيصري أعجز من أن يقاومها فامتنعت كافة الخلايا الفوضوية والإرهابية التي تغذيها المؤامرة اليهودية عن مساعدتها بل عمدت إلى محاربتها فلم يلبث الجيش الإمبراطوري أن عاد لاحتلال العاصمة يوم السادس عشر كانون الأول عام 1905 دون مقاومة وأوقفت روتسكي وثلاثمائة شخصا من زعماء الحركة وعندما تجددت الاضطرابات مرة ثانية في سان بيترسبورغ وموسكو تمكن الجيش الإمبراطوري مرة ثانية من سحق الحركة وإعادة توطيذ النظام القيصري أعقد الحزب الشيوعي على إثر فشل هذه الحركة مؤتمره الخامس عام 1907 في موسكو وحضره مارتوفو 81 مندوبا عن البارشريك وحضرت اليهودية روزا ليكسنبورغ رئيسة الحزب الشيوعي البولوني مع 44 مندوبا واليهودية رفائيل إبراهام موفيتش رئيس الحزب الشيوعي الألماني إلى آخرة وكان عدد المؤتمرين 312 عضوا وقد تكرس انقسام الحركة الشيوعية في هذا المؤتمر إلى قسمين المارشريك بزعمة اليهودي مارتوفو الذي دعته كتلة الزعماء الشيوعيين المكونة من روزا ليكسنبورغ وإبراهيم إلى آخره والقسم الآخر البارشريك بزعمة لينين الذي حمل على الزعماء الشيوعيين اليهود حملة شديدة لتخليهم عن المارشريك أثناء ثورتهم وقد بلز في هذا المؤتمر مندوب شاب غير ذي أهمية أظهر تعلقا شديدا بلينين عرف هذا الشاب باسم ستالين أصدر البالشفيك بعد هذا المؤتمر عام 1908 جريدتهم ان اعتقت باسم البروليتاريا رأي الطبقة العامة بإشراف لينينو دوبروفينسكي وزينو دوفيف وكمينيف كما أصدر البالشفيك جريدتهم باللغة الألمانية التي بعيد بالإشراف عليها إلى بليخانوف وإكسلورد ومرتوف ودان ولعله يجب أن نذكر هنا أن جميع هؤلاء المحررين وزعماء الشيوعية المذكورين كانوا من اليهود بالسثناء الشخصين فقط لينين وبلخانوف أما تراتكي وهو يهودي أيضا فقد اتخذ لنفسه خطا شبه مستقل وانشأ في فين عاصمة النمسا جريدة نعتقة باللسان اتجاهه اسمها فين برافدا على أنه لم يلبث أن ترأى بعض التغيير على موقف الجبهتين فقد هجر الزعيمان الشيوعيان اليهوديان زينوفيف وكميغيف كتلة الزعماء اليهود وانضم دون قيد أو شرط إلى لينين ليكون معه الجبهة الثلاثية التي استمرت على ترابطها حتى وفات لينين عام 1924 راس بوتين الانهيار الخلقي والتفسخ الاجتماعي أما في روسيا فقد هدأت الأحوال ظهريا بعد سحق ثورة المانشفيك وأدرك القيصر ضرورة إجراء إصلاح جذري والتخلي عن السلطة المطلقة واستبدالها بحكم ملكي دستوري من النوع الإنجليزي فتبنى هذا الاتجاه الاصلاحي وطبق قانون الانتخابات الذي استلم على إثره مجلس الدوم السلطة التشريعية ومن حثقته لرئيس الغزراء المصلح بدأ السولي بانسلسلة من الإصلاحات المنهجية في كافة المجالات فأصدر إجراءات اقتصادية صحيحة كما نجح في إصدار الدستور الجديد الذي عرف باسم دستور السوليين الذي كفل الحقوق المدنية للفلاحين ونص على قوانين للإصلاح الزراعية تقوم على أساس منح الفلاحين مساعدات مالية لشراء أراضيهم إلى آخرة بيد أن هدف الإصلاحات أثار حفيظة المتطرفين من زعماء المانشفيك والبولشفيك الذين لم يرضهم عودة الاستقرار إلى البلاد وسيرها في حكم إصلاحي هادئ فقرر اغتيال رجل الذي كان أكبر وزير المصلح عرفته روسيا في تاريخها فجرت عدة محاولات انتهت خيرا باغتيال السولي بين في إحدى ليال شهر أيلول عام 1911 في مسرح كيف من قبل محام يهودي اسمه مرضاح يوروف وقد حاولت الحكومة الروسية أن تطبق إصلاحات السولي بين بعد مقتله بيد أن القوى الخفية التي لم يرق لها عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد نفرت إلى العمل ثانية وقد رأت أن الوقت قد حان لتدمير القيم الاجتماعية والدينية والخلقية في المجتمع الروسي وظهرت فجأة خلايا التشهير في كل مكان مشابهة بصورة غريبة التي شاهدناها في الثورة الفرنسية وأخذت الفضائح الاجتماعية والخلقية والجنسية تحق بكبار شخصيات وسيدات الإمبراطورية وتمرغ في الأوحال سمعة وحياة أميرات الأسرة المالكة وزوجات رجال المجتمع والحكم والاقتصاد كما أصبحت الرشوة والفساد قاعدتين عامتين وأخذت تسري بين صفوف الشعب أقصص خيالية أو حقيقية يطي عليها الخيال طابعا مثيرا عن الليالي الضعرة وحفلات المجون الجماعية التي تقام في كل ليلة في أببهاء ومخادئ القصور والبلاط الملكي ذاته وعن مناصب الدولة التي تباع وتشترى في أحضان العشقات أو عن ضريق الوسطاء وعن خيانات وتهتك الطبقات العليا في المجتمع إلى آخره بيد أن هذه الأقصص لم تكن جميعا من نحو الخيال بل كانت هناك شخصية أساسية هي محور شبكات الفساد جميعا وليست هذه الشخصية سوى الراهب المزيف راسبوتين فقد استطاع هذا الرجل إقناع زوجة القيصر بأنه الشخص الوحيد القادر على شفاء ابنها وبذلك تمكن من السيطرة على القيصر وزوجته والإمبراطورية الروسية كلها تمكن راسبوتين من السيطرة ليس فقط على زوجة القيصر بل على قسم كبير أيضا من سيدات المجتمع الروسي وكذلك على قسم من الشخصيات الروسية بسبب صداقته للقيصر أو عن طريق تهديدهم بالفضائح أو بالانتقام وكان شهوانيا إلى درجة حيوانية ذات قدرة هائلة على تعاطي الملاذات والمتع بكافة أنواعها وقد تبنى مذهبا إباحيا شيطانيا عزاه إلى فلسفة مزعومة تقوم على وجوب إغراق الجسد والروح بأقصى أنواع الرذيلة حتى يمكن تطهير الروح بعد ذلك وإنقادها وإنقاد لهذا المبدأ العدد الكبير من المتهتكين والإباحيين والمتحللين خلقيا والنسوة الشهوانية أو المهوسات أو المحترفات للرذيلة من كافة الأوساط الاجتماعية وتمكن عن طريق سيطرته على أوساط القصر الملكي من جعل هذه الأوساط مقر للإباحية والملاذات الفاسدة الجماعية مما لم يشهد له مثيل قبل ذلك سوى في قصر الباليرويال الملكي في باريس قبيل ثورة الفرنسية ونحن لا يستورون شك في أن راس بوتين هذا دجال روسيا الأكبر لم يكن سوى عميلا لمجمع المؤامرة اليهودية وتكفينا هذه المقارنة بالباليرويال السال في الذكر والتفكير لدى دراسة حياته في الأسباب والعوامل التي دفعته إلى الأمام حتى أسلمته زمام الأسرة المالكة وتكفلت بحمايته حتى اللحظة الأخيرة بهذه الحقيقة الفصل السابع الحرب العالمية الأولى خفايا الحياة السياسية العالمية واحد المرحلة التمهيدية الإعداد للحرب تفجرت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 وعش العالم بأسره السنين الأربعة الرهبة التي اطغى فيها طوفان الدم الشامل بشكل دم تشهد الإنسانية له مثيلا من قبل في تاريخها الطويل وإن كانت ستشهد طوفانا دمويا آخر أبشع منه بعد فترة وجيزة من عمر الزمن عام 1945 وتعيش واجفة بعد ذلك من احتمال طوفان ثالث قد يكون القاضي هذه المرة لا نرى من داعا لتكرار سرد الأحداث المعروفة التي سبقت قيام الحرب مما لا يجهله أحد فقدرت معامل الأسلحة كما لم تدر من قبل وتدفقت آلات الفتك والتدمير على دول العالم أجمع محاققة أرباحا خيالية للترجار الموت ترجار الحروب وانقسمت هذه الدول إلى تكتلات ومحاور مجابهة لبعضها البعض بحيث نستطيع القول أن مجمع المؤامرة العالمية مجمع حكماء صهيون الذي كان يشد جميع الخيوط من وراء السطار أصبح بالفعل المهيم على الموقف العالمي وقد ساردنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب كيف رسمت المؤامرة منذ أمد بعيد خطة حرب عالمية شاملة أولى تتلوها ثانية ثم ثالثة والأسباب التي دعتها لذلك والنتائج التي تهدف إليها كما شرحنا دور المنظمات الخفية التابعة لسادة المال العالميين اليهود المنتشرة كالاختباط في قلب العديد من دول أوروبا وغيرها والتي كانت تهيئ هذه الدول للحرب وتدفعها إليها وعندما طلع فجر القرن العشرين كانت القوى الخفية قد عدت بصورة عامة حكومات الدول الأوروبية وهيئاتها السياسية وجيوشها للحرب المقبلة ولتقبل فكرتها على الأقل وبقي عليها إعداد الرأي العام الأوروبي والعالمي والتخلص من ناحية أخرى من الشخصيات الكبرى من رؤوس متوجة وغيرها التي تمتلك من السلطة في بلادها ما يمكنها من التحكم في الموقف لدى تأزمه أو العقوف عقبة في وجه المخططات المرسومة سوف نضرب صفحا عن ذكر الأزمات السياسية العنيفة والمنزعات الاستعمارية الحادة التي توالت بصورة مثيرة للاستغراب في مطلع هذا القرن وأدت إلى تكون المحاور والأحلاف التي انقسمت أوروبا بنتيجتها إلى معسكرات متجابهة شاكية السلاح فذلك مما دخل في مجال دراسة التاريخ العام وقد أشبعته كتب التاريخ العادية والمدرسية وغيرها بحثا وتفصيلا ولكننا سنتطرق إلى ناحية الخاصة التي تشكل مجال بحثنا وهي ناحية التحليلية وسنكتفي هنا حيث الأحداث تفسر نفسها بصورة بديهية بذكر التسلسل التاريخي لعدد من تلك الأحداث المثيرة التي ميزت بصورة مريبة الفترة الأولى من القرن الحالي حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى والتي أدت إلى نتيجتين بارزتين واحد اختفاء عدد من الرؤوس المتوجة والشخصيات البارزة عن المصرح السياسي الأوروبي اثنان الاهتياج الشديد الذي أصاب الرأي العام الأوروبي والذي جعل حم الحرب تسر إلى كل مكان وهذه الأحداث هي التالية مقتل إمبراطورة النمسا عام 1899 اغتيال الملك هيرت ملك وإيطاليا عام 1900 اغتيال الرئيس ماكينري رئيس الولايات المتحدة عام 1901 وتسلم ثيودان روسفيلد كرسية الرئاسة بعده اغتيال فراندون سيرجيوس عام مقايسا روسيا عام 1905 وتلت هذه السلسلة الدموية تأخير حادثة الاغتيال الكبرى التي كانت الشرارة التي فجرت برميل البارود وهي اغتيال الأرشيدوغ فرانسوا فردينالد ولي عهد الإمبراطورية النمسوية وزوجته في مدينة سرايو في غسلافيا يوم الثامن والعشرين حزيران 1914 هذه اللحدات تفسر نفسها بنفسها كما ذكرنا وتكفي نظرة تحليلية خبيرة إليها وإلى تسلسلها الزمني الذي تجتم منه رائحة التنظيم الخفي وإلى توزيعها الجغرافي لكي ندرك أنه لا يعقل أن تكون من صنع الصدفة وحدها بل هي من صنع يد خفية تلمس آثارها واضحة في كل مكان وتشير إليها أصابع الاتهام بصورة لا تضع مجال للشك ولا تحتاج إلى تفسير المرحلة الثانية فترة حرب موراء الكواليس السياسية كان رئيس وزراء إنجلترا عندما تفجرت الحرب إسكوهيت الذي كان سياسيا معتدلا يعمل لمصلحة بلاده وعرف بعدائه للصهيونية ولذلك قرر المرابون للعالميون اليهود إزاحته واستبداله بالثلاثي السياسي المكون من أتباعهم المباشرين الثلاثة لم يكن هذا الأمر سهلا لأن إنجلترا كانت مشتبكة في حرب عالمية سوف تقرر مصيرها مما لا يدعو مجال للمنورات السياسية المعتادة هذا عدى أن تغيير الوزارة أثناء المعركة مما يشكل صدمة عنيفة للرأي العام الأنجليزي يكفي للتعبير عنها أن نذكر الحكمة الإنجليزية القائلة لا تغير جوادك أثناء المعركة وإلى هذا فإن تغيير أسكوهيت وزراءه لم يكن يهدف إلى استبدال أشخاص الوزارة الحاكمة فقط بل تغيير الأجهزة العليا في بنيان الدولة بمجموعها وهذا ما يستدعي تهديم البنيان القديم بصورة جذرية دارت عجلة المؤامرة وباشرة الخلايا في إنجلترا بتنفيذ تعليمات القوى الخفية التي وضعت مخططاتها لتدمير البنيان الحكومي والاجتماعي القائم وتعبيد الطريق للشيرشل وبيلفورد وزعيمهما لويد جورج وهكذا كان السلاح الرئيسي الذي اختير لتنفيذ المؤامرة هو نفس السلاح القديم الذي أثبت مضعه في الثورة الفرنسية وروسيا القيصرية التشهير والتلطيخ وقد بدأ تنفيذ الخطة بعد اندلاع الحرب بقليل بصورة أبعد ما تكون عن لفت الأنظار فقد أنشأ جماعة من كبار الأثرياء الإنجليز ظلوا في قيد الكتمان قصرا واسعا في إحدى ذواحي لندن حاولوه بعد أن صرفت عليه مبالغ طائلة إلى ناد خاص شديد الفخامة يتجلى في أرجائه آخر ما وصل إليه الفن من أسليب لخلق جوة من الأرسقراطية الباذخة والشاعرية الحال ما تسود صلاته ومشاربه ومبلعبه ومخادعه وزعم المشرفون على النادي أن قصد مؤسسيه من إنشائه هو التعبير عن وطنيتهم وتقديرهم لضباط القوات المحاربة في الميدان عن طريق تأمين راحة مثالية لهم عندما يقدمون إلى لندن في إجازة أولي نقاهة من جراحهم ولم تدخل السلطات بالتشجيع أو التسهيلات على منتدى أسسا لمثل هذا الهدف النبيل وعمد هذا النادي من ناحيته إلى توفير كفة ضروب المتعة والتسلية لرواده وعضائه وقد حذر دخول النادي لغير الأغضاء أما الضيوف الجدد فيتم قبولهم بعد إجراءة جديدة تتحقق فيها إدارة النادي من شخصياتهم ومن جدرتهم بحسب تقديرها للدخول وذلك بعد توصية من عضو صادق يعرف بالضيف الجديد الذي يكون قد استخدمه وبعد اتخاذ النادي لكفة الاحتياطات من إيمان وتعهدات بعدم إنشاء أي شيء مما قد يحدث فيه وعدم البوح بأي اسم قد يتعرف على صاحبه أو صاحبته في الداخل تمكن المشرفون على النادي الذي صمي بالنادي الزجاجي بوسائلهم الشيطانية ونفوذهم الواسع وتغلغلهم في الأوساط الاجتماعية العليا وغيرها من ضم عدد من كبار السيدات وأنسات المجتمع البريطاني إلى هذا النادي ومن استجلاب الكثير من الزوجات والفتيات إليه بالإغراء والتهديد والإفساد إلى آخره ومما ساعد على اجتذاب هؤلاء السيدات والفتيات أنهن كن جميعا مقنعات الوجه داخل النادي بالرم من كشف النحور والصدور بحيث كان الشخصياتهم مكتومة لا يعرفها سوى المشرفون على النادي أما الحياة في النادي فكانت تدور بين صالات المقامرة والأركان الخافتة الضياء وقاعات الشراب والرقص والمخادع الوثيرة وعندما يتقدم الليل تتوقف الرقصات بين الفينة والفينة وتعل الأضواء الخافتة بعد شيء لتقدم بعض البرامج الترفيهية الشبيهة ببرامج علب الليل أو تؤدي بعض النسوة المقنعات من سيدات أو زوجات أو فتيات مجتمع رقصة تبعث الحم في الدماء كرقصة الأقنعة السبعة التي تمثل مشهدا داخل أبهاء حريم السلطان فيظهر النساء أولا بكثافة ثيابهن والقناع يغطي وجوههن ثم تبدأ الرقصة المحمومة فيخلعن قطعا من ثيابهن شيئا فشيئا حتى يتعيرين أخيرا من كل شيء سوى القناع على وجوههن على ضجيج الموسيقى المجنونة وحين يكون الموجودون قد عبوا من الخمر حتى الثمال وانتشهب الانفعالات والجو المحموم والتعب والأضواء شبه المعتمة وحدث في حد أمسيات شهر تجريد الثاني عام 1966 أن وصلت رسالة إلى أحد الوزراء في الحكومة البريطانية أنئذ تطلب منه القدوم إلى النادي لتلقي معلومات على غاية من الأهمية فقدم بسيارته الخاصة وطلب من سائقه الانتظار ثم دلف إلى الداخل بصحبة مستقبله الذين قادوه إلى الداخل حيث تعرف إلى النادي ثم قاده أحدهم إلى مخدع وثير أنيق الرياض ثم تركه منفردا ولم يلبث أن دلفت إلى المخدع مرأة شابة شبه عارية يعطق قسماتها القناع والضياء الخافت بينما أصب هو الوزير بنوبة من الذهول والغضب ذلك أن هذه المرأة لم تكن سوى زوجته بالذات التي كانت تصوره سنا بأعوام كثيرة وحين احتدم غضبه قدم بعض المشرفين على النادي وأطلعه على بيانات السجل الأسود المتعلقة بزوجته والتي أوضحت له كيف كانت هذه تشارك في حياة النادي الإباحية منذ أمد بعيد ولما كان هذا عاجز عن إثارة فضيحة بحكم مركزه السياسي والاجتماعي فقد اضطر للانصراف متأطيع الرأس من السجل الأسود المذكور والسجل الأسود عبارة عن بيانات يمتلكها المشرفون على النادي الزجاجي ويجمعها مستخدموه من رجال ونساء وكانوا جميعا بالطبع جواسيس للإدارة على كل الرواد والأعضاء من رجال ونساء وعن كل ما يحدث داخل النادي وتتكون هذه البيانات من معلومات وصور وبقايا وألبسة ووثائق إلى آخره كما تتضمن التقرير الكامل عن صفات وعيوب ونقاط ضعف كل من هؤلاء ووضعه المالية والمنزلية والزوجية والجسدية والاجتماعية والدينية إلى آخره لم تكن جميع أقائع الكتاب الأسود وتفاصيل الأسباب الإباحية المجنونة لتظل قيد الكتمان المضلق كما قد يظن بل كانت تتسرب مصحوبة ببراهينها أحيانا إلى الصحافة وتسري في أوسط الرأي العام بصورة منظمة غمضة بحيث أخذت الصحاف تشير إليها بصورة المغرطات كما بدأ للسياء يسود الجوة العامة لأخبار هذه الفضائح الماضية التي تنغمس فيها الروسات الحاكمة فيما تخذ إنجلترا حربا مدمرة يموت فيها شبانها بالألاف ويترقص مصيرها على كف القدر الصهيونية تحكم بريطانيا خفايا القضية الفلسطينية ووعد بيلفور انقلب الموقف في بريطانيا بعد سقوط أسكويت والسلام الكتلة الصهيونية لوي جارد شيرشيل بيلفور الحكم عالمي أيضا فقد ألقت أمريكا بكل ثقالها في الميدان فجأة بجانب بريطانيا وخلفائها ودخلت الحرب ضد ألمانيا في منتصف عام 1917 أي بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب وبعد أن وقفت خلال هذه الفترة كلها على الحياد لم تكن لأمريكا مصلحة حقيقية في دخول هذه الحرب التي أريقت خلالها دماء الآلاف المؤلفة من أبنائها يوميا كما حذرت الملايين من نقودها وكان الرأي العام الأمريكي كلها نعزاليا يريد لبلاده أن تقف بعيدا عن النزاعات الاستعمارية الأوروبية التي كان الشعب الأمريكي ينظر إليها بعين النفر والحذر إذ لم يكن قد نسي بعد حروب الاستقلال التي خادتها بلاده ذاتها ضد الاستعمار البريطانية ولكن شيئا ما جديدا ترأى على الموقف بعد استلهام الكتلة الصهيونية الحكم في بريطانيا وسبب دخول أمريكا في الحرب دون أن يكون لرأي شعبها كله كبير وزن في تقرير مصيرها أما هذا الشيء الجديد فهو مجموعة الاتصالات التي جرت من وراء السطار والتي كان أبرزها تصال روتشيلد وزير الخارجية البريطانية واتصال بيلفور واللورد ريدينغ من ناحية ثانية بمؤسسة كوهنلوف نيويورك ممثلة سادة المال العالميين اليهود في أمريكا وقد تم هذا الاتصال الأخير بصورة رسمية حين أرسلت الحكومة البريطانية وزير خارجيتها بيلفور يوم الخامس من نيسان عام 1917 بمهمة الرسمية هي الاتصال بممثلي المصارف الأمريكية وابلغهم رسميا بأن الحكومة البريطانية ستتبنى رسميا مشاريعهم المتعلقة بالصهيونية السياسية وقابل تعودهم بإدخال أمريكا الحرب إلى جانب بريطانيا وهذا ما تم تنفيذه بالفعل من قبل الطرفين ففي يوم السابع حزيران 1917 وصلت القوات الأمريكية الأولى إلى أوروبا أما بريطانيا فتبنت منذ إذن القضية الصهيونية ففي يوم الثامن عشر تموز 1917 كتب لورد روتشيلد عميد الفرع الإنجليزي لأسرة روتشيلد الرسالة التالية عزيز السيد بيلفور ها أنا ذا أرسل إليك أخيرا نص البيان الذي طلبته مني فإذا تلقيت رسالة مكتوبة من قبل حكومة صاحب الجلالة تعلمني فيها الحكومة وأنتم شخصيا بتحبيذكم لهذا البيان فإنني سأقوم بإبلاغ ذلك إلى الاتحاد الصهيوني في اجتماع خاص فيهدع إليه لهذا الغرض خصيصا إلى آخرة أما النص المذكور الذي يطلب اللورد روتشيلد من الحكومة البريطانية الموافقة عليه فهو نص ما أصبح فيما بعد وعد بالفرع ويتضمن الفقرات التالية واحد تقبل حكومة صاحب الجلالة بمبدأ وجود إعادة تأسيس فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي اثنان سوف تبذل حكومة صاحب الجلالة كل طاقتها لتأمين الوصول إلى هذا الهدف وسوف نتناقش فيما يتعلق بالطرق والوسائل التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف مع المنظمة الصهيونية وهكذا خضعت الحكومة البريطانية ممثلة بالمستر بيلفوردون قيد أو شرط للشروط التي غضعها اللورد روتشيلد وزملائه الزعماء المنظمة الصهيونية ويعتبين لان ارتباط هذه المحكومة بهؤلاء من قبولها لطلباتهم الأخرى ولسيما طلب تعيين اللورد ريدنغ رئيس للبعثة الاقتصادية البريطانية في الولايات المتحدة في حين أن اللورد ريدنغ هذا ليس سوى ذلك اليهودي المشبوه الذي كان اسمه السيد روفوس اسحاق الذي اقترن اسمه أنائذ قبل أن يمنح لقب اللورد بفضيحة ماركوني الشهيرة وقد تبنى إقناع الحكومة البريطانية بتعيينه لهذا المنصب الحساس اللورد روتشيلد ذاته وزملائه الزعماء الصهيونيون السير هيربرت ساموهيل الذي أصبح فيما بعد أول منذوب سامن لبريطانيا في فلسطين والسير ألفريد موند الذي منح أيضا لقب اللورد فيما بعد وقد أجرى اللورد ريدنغ مباحثات مالية همة سرية مع الحكومة الأمريكية لم نتمكن من كشف سريحة ولكن كان من نتائجها إعادة تنظيم بنك إنجلترا على أصوص جديدة بعد عام 1919 ونشوه بعد الارتباطات المالية الكبرى الخفية وننقل فيما يلي نصف قرات من رسالة أرسلها يعقوب شيف ممثل مؤسسة كوهيل لوب في ميارك لأحد الزعماء الصهيونيين المدعو فريد ماك في شهر أيلول سنة 1917 إنني أعتقد الآن جازما أنه أصبح عمرا ممكن التحقق تأمين مساندة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لنا في كل الظروف للبدء بهجرة مستمرة وأسعة نطاق لشعبنا إلى فلسطين يستقر فيها وسيكون من الممكن فيما بعد الحصول على ضمانة من الدول الكبرى لإستقلال شعبنا وذلك حينما يبلغ عددنا في فلسطين مقدارا كافيا لتبرر مثل هذا الطلب نعتقد أن هذه الحقاغة كفية لكشف الستار عن ما هي تلقوى الخفية التي تتحكم في مصائر الشعوب من وراء الستار وللبرهان أن الصهيونية ليست ظاهرة عفوية عارضة بل هي وليدة مخطط طويل الأمن ليس في الواقع سوى ذلك المخطط الذي أشرنا إليه مرات عديدة في هذا الكتاب المخطط الذي بناه المجمع الذي وجهه المرابون العالميون اليهود والذي يحدث إلى السيطرة على العالم بأسره بكل ما فيه من ثروات وموارد طبيعية وطاقات إنسانية ونكرر فيما يلي بعد التفاصيل الأخرى التي تستكمل مجموعة الحقائق السابقة وتلقي مزيدا من الضياء على الجوانب المجهولة من نفوذ السلطة الخفية للصهيونية في إنجلترا في يوم الثامن والعشرين كانون الثاني عام 1915 دوان رئيس الوزراء الإنجليزي الميستر أسكويت الفقرات التالية بخاط يده في سجله اليومي تلقيت للتوم من هيربرت سامويل مذكرة بعنوان مستقبل فلسطين وهو يظن أننا نستطيع إسكان ثلاثة واربعة ملايين يهودي أوروبي في ذلك البلد وقد بدت لي فكرته هذه كرسخة جديدة من أقاصص الحروب الصلابية وأعترف بنفور من هذه المقترحات التي تضم مسؤوليات أضافية أخرى إلى مسؤولياتنا إلى آخره وتقدم لنا هذه العبارات البرهان الكافي على أن مستر أسكويت لم يكن ميالا إلى الصهيونية ومن الغريب أن مصير أسكويت وزرائه تقرر منذ ذلك الحين وقد بينا في الصفحات السابقة كيف عطت المؤامرة السلاح التشهير والفساد ونكشف النقاب الآن عن الطرف الثاني من خطة المؤامرة التي ترمي ليس فقط إلى إسقاط الوزارة بل إلى تقويد أجهزة النظام القائم آنئذ بمجموعها وكان الصهيونيون يسيطرون منذ أمد بعيد على الصناعات الحربية في إنجلترا وعندما قررت المؤامرة محاربة النظام أسكويت اللصهيوني وجدت إنجلترا نفسها فجأة في وسط الحرب من أزمة شديدة في الصناعة الكيمائية التي هي الأساس لصنع الدخائر الحربية والمتفجرات إلى آخرة ولم يكن لهذه الأزمة سبب ظاهر وامتدت الأزمة أيضا إلى مصانع المدافع التي اضطرت لتقنين إنتاجها وألقى الشعب التباعة بالطبع على عاتق الحكومة وكان المشرف على الإنتاج الكيموي في إنجلترا سير فريدريك ناطان اليهودي وقد عهد هذا إلى معامل برونر موند بتلافي أزمة إنتاج المواد الكيموية ومنحها أرصدة حكومية ضخمة لهذا الغرض أما مالكا هذه المعامل السيدان برونر وموند اليهوديان فقد بني معملا كيمويا ضخما في مدينة سيلفرتاون وبالروم من أنه بني بأرصدة حكومية إلا أنه حين بدأ هذا العمل إنتاجه أخذت الدعاية والصحفة التي يسيطر عليها المرابون سكيل آيات المديح جزافا لبرونر وموند هذين وتنسي جهالات التمجيد المزيف حولهما وحول الماليين اليهود ناسبة إليهم أنهم يدعمون الإنتاج الحربي البريطاني في وقت تحيط به اللحطار ببريطانيا وهكذا ظهر هؤلاء بمظهر المنقذين وبقي التباعة اللوم على عاتق الحكومة بعد أن معمل سيلفرتاون لم يلبث أن انفجر فجأة وقتل أكثر من أربعين شخصا في هذا الانفجار المدبر وتهدم ثمانمائة منزل وكانت النتيجة لأن الإنتاج الحربي الكيموي تعثر من جديد وعادت الأزمة تهدد وزارة أسكويت وظل الأبطال المزيفون بمنجى من اللوم يحيط بهم العطف والمديح ويجب أن نذكر ختاما لهذه التفاصيل أن السير فريدريك ناتان المذكور المشروف على الإنتاج الكيموي الإنجليزي ومنذوب الملك الإشراف على العمل في إنجلترا أصبح هو بعينه فيما بعد رئيس الوكالة اليهودية في فلسطين ونعود الآن إلى كشف التفاصيل الخبيثة التي تلقى الضياء على الأحداث التي تلت سيطرة الكتلة الصهيونية على الحكم في إنجلترا وهذه الفترة التي وصفها المؤرخ الإنجليزي فيلد خير في كتابه كل الأشياء حتى انتهى إلى تلخيص حكمه كما يلي في الصفحة 104 من كتابه وهكذا برز النفوذ اليهودي بصورة مكشوف بعد استلام لويد جارج اجتماع اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية لا ريب في أن منطقة الأحداث التي تعاقبت على المسرح العالمي في تلك الفترة مخالفة لكل منطق أو عرف إنساني وعلى رأسها قضية اقتصام النفوذ السامري في العالم العربي والبلدان الجديدة والقضية الفلسطينية بوجه خاص لا ريب أن الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية كان بعد استلام لويد جارج الحكم وقد عقد هذا الاجتماع يوم السابع شباط 1917 في لندن ونترك الوصف الدقيق له للكاتب فراي الذي ننقل فقرات أخرى من كتابه مياه تتدفق على الشارق صفحة 55 أعقد الاجتماع الرسمي الأول للجنة السياسية للمنظمة الصهيونية يوم السابع شباط 1917 في منزل الدكتور موسا غاسنر في لندن وقد حضر هذا الاجتماع شخصياته التالية اللورد روتشيلد رئيس الفرع الإنجليزي لمجموعة روتشيلد جيمس دي روتشيلد ابن إيدمان دي روتشيلد رئيس الفرع الفرنسي لمجموعة روتشيلد ومؤسس مصامرات روتشيلد في فلسطين التي أحمها ريشون لوزيون السير مارك سايكس الذي كان منزله في لندن في حي باكينغام جيس قرب القصر الملكي السير هيربرت سامويل أول مندوب سامن لبريطانيا في فلسطين فيما بعد ومنظم الهجرة الصهيونية إليها هيربرت بانويتس النائب العام في فلسطين فيما بعد أي الرأس الفعلي للجهاز القضعي والشخص الذي يضع القوانين لفلسطين ويشرف على تطبيقها هاري ساشر جوزيف كادون حييم ويزمن رأس الصهيونية السياسية العكبر ناحوم سوكلون وهو المشرف على أجهزة الدعاية والذي كتب فيما بعد كتاب تاريخ الصهيونية وكان الموضوع الرئيسي في جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة المنهاج الذي سيستخدم كقاعدة للمفاوضات الرسمية التي ستقرر مصير فلسطين وأرمينيا والعراق ومملكة الحجاز وبقية الشرق الأدنى بصورة عامة ويضيف السياسي الأمريكي جيغرير المعلومات التالية في تعقيبه على هذا الاجتماع في الصفحة 139 من مجموعة تقاريره التي رفعها إلى الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة أبلغ تفاصيل هذا الاجتماع بالشفر إلى فرع المنظمة الصهيونية في أمريكا وأصبح الفرع الأمريكي هذا يتدخل منذ إذن في الشؤون الداخلية البريطانية ويوجه سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمجال اختصاصه ولكي نصور بشكل ملموس مدى التغلغ للصهيوني في أجهزة الحكم في إنجلترا في تلك الفترة ننقل فقرات من اعترافات سامويل لاندمن التي نشرها بذاته فيما بعد في كتابه اليهودية العالمية الذي طبع في لندن عام 1936 بعد أن تم الاتفاق بين السير مارك سيكس وحييم آيزمان وسوكولوف تقرر إرسال رسالة بالشفرة إلى القاد الأمريكي حيبرانداريز رئيس لجنة الطوارئ الاحتياطية للصهيونية في نيورك لإخباره بأن الحكومة البريطانية توافق على مساعدة اليهود على السعادة فلسطين مقابل تحالف اليهودية العالمية مع بريطانيا وانضمام الصهيونية في أمريكا إلى جانب الحلفاء ولم تكن أمريكا قد دخلت الحرب أنئذ وتعد بخلق طيار قوي يدعم فكرة انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب بجانب بريطانيا ويقلب الموقف الأمريكي الحيادية رأسا على عقب وقد أرسلت رسالة ممثلة إلى الجنرال ماك دونوف قائد عمليات الجيش الإنجليزي وأصبحت دكتور ويزمان منذؤد على درجة من النفوذ مكنته برسالة بسيطة إلى الجنرال ماك دونوف من حمل هذا على التدخل لدى قيادة الجيش البريطاني لأعفاء ستة شبان أكفاء من الخدمة في الجبعة بالرغم من حالة الحرب التي يمنع فيها بموجب قانون صارم أعفاء أي شخص في سن الخدمة العسكرية من أي واجب عسكري غير أن هذا لم يمنع الدكتور ويزمان من النجاح في مساعر الحصول على الشبان الست الذين أعفوا من الواجبات العسكرية لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للوطن أما هذه المصلحة العليا فلم تكن سوى تأسيس المكتب الصهيوني الخاص الملحق بالدكتور ويزمان وكان هؤلاء الأشخاص الستة أنا شخصيا وخمسة أشخاص آخرين بينهم هاري ساشر عضو لجنة السياسية للمنظمة الصهيونية وكانت الحكومة الإنجليزية الجديدة حكومة لاي جارج وشيرشل وبلفور تعتبر المنظمة الصهيونية صديقة وحليفة مما جعل مكتبنا يتمتع بسلطة هائلة منها سلطة إعطاء جوازات السفر لبعض الأشخاص وتأمين انتقالهم وتمويلهم وأذكر على سبيل المثال أنني أعطيت شخصيا ذات مرة وثيقة ليهودي عثماني بأنه صديق لنا فكانت كافية لكي تغافق وزارة الداخلية البريطانية على منح اليهودي المذكور كل التسهيلات بالرغم من أن الدولة العثمانية كانت في حالة حرب المعنى تحتم على السلطات البريطانية اعتبار أي عثماني عدوا نكتفي بهذا القدر من المعلومات بالنسبة لهذا الفصل الذي نختمه بالتذكير بأن الخطوة الأولى الرئيسية التي أقدمت عليها حكومة لايت جورج بيلفورد شارشل بعد تسلمها الحكم كانت أعلن رئيس الوزارة لايت جورج رسميا أن سياسة بريطانيا ستقوم على دعم مخاطط روتشل لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين الفصل الثامن معاهدة فرساي ارتكبت أخطاء كبيرة في التاريخ وعقدت معاهدات ومؤتمرات أدت إلى نتائج سيئة غير متوقعة في العديد من الأقطار ولكن تاريخ الإنسانية لم يعرف مثيل لتلك المعاهدة التي اختتمت بها الحرب العالمية الأولى معاهدة فرساي التي يعانى العالم بأسره من حواقبها الوخيمة ولا يزال يتخبط حتى الآن في المشاكل التي خلقتها بل إن من المتفق عليه الآن علميا أن معاهدة فرساي هي التي بذرت بذور الحرب العالمية الثانية وقد شوهت هذه المعاهدة وجه العالم بصورة شاملة فكرست التقسيم الاستعمارية لما سمي بمناطق النفوذ وخلقت نواعا جديدة من الاستعمار كالانتداب والوصاية والحماية إلى آخره كما خلقت عدد من العقد المستاصية وذلك بسبب تجزيئتها للشعوب والأمم والدول بصورة تعصفية والتصرف اعتباطا بمصائرها مما غرس بذور الأحقاد والفوضى والحياجان في كل مكان كان من الطبيعي أن يعم الظهول والاسياء بعد وضع المعاهدة بهذا الشكل وحين أخذت مساويها القادمة تتضح للأعيان شيئا فشيئا ولم يدرك الرأي العام العالمي كيف أمكن حدوث ذلك وقد أشرف على المفاوضات يشد سياسي العالم حين كتن يعوينهم نخبة من الخبراء الدوليين فالنتيجة إذن هي أن عدد من علامات الاستفهام يرتصم حول هذه المعاهدة وسنعمد هنا أيضا كما في الفصول السابقة إلى كشف السطول عن ملابساتها وتفاصيلها الخبيثة حتى تبرز لنا الحقيقة كاملة النتيجة الأولى للمعاهدة الحالة في ألمانيا وصف المراقبون الحياديون وثيقة معاهدة فرساي بقولهم أن ممثلي العالم المراقب المتمدن لم يضع أبدا وثيقة تضمنت مقدارا من العلم معادلا لما تضمنته هذه الوثيقة ويتضح لنا صحة هذا الحكم بصورة صارخة في حالة ألمانيا بالذات فقد عمل الشعب الألماني معملة تعصفية واكتشف بعد فوات الأوان أنه تلقى بفرض نصوص هذه المعاهدة عليه طعنة غادرة مبيتة فكانت النتيجة المباشرة لها أن الحقد قد اتطرم في القلوب بأنف وأصبح الثار منذ إذن الفكرة السائدة في القومية الألمانية ويجب لكي ندرك المعنى الحقيقي لظاهر الحق الألماني هذه التي أدت فيما بعد إلى ظهور هتلر والنازية وإلى الحرب العالمية الثانية يجب أن نعود إلى منلبسات نهاية الحرب العالمية الأولى وبصورة أدق إلى الظروف التي أحاطت بتوقيع اتفاقية الهدن يوم الحادي عشر تشرين ثاني الف وتسعماء وثمانية عشر فقد طلبت القيادة الألمانية العليا أن أذن الهدن وليس الاستسلام والفرق بعيد جدا بين هتين الحالتين ثم إن القيادة الألمانية لم تطلب الهدن لأن القوات الألمانية هزمت أو كانت معارضة حتى للهزيمة فقد كانت الجيوش الألمانية صامدة لم تدحر أبدا في ميادين القتال بل طلبتها حتى تتفرغ للخطر الداخلي الذي كان يحدد ألمانيا أنئذ خطر الثورة الشيوعية التي نشبت بزعامة روزا لكسنبورغ اليهودية وقد وضعت الهدن مقدمة لمفاوضات السلام بين الطرفين الحقيقة الرئيسية التي يجب أن لا تغيب عن أنظارنا لدى بحثنا لنتائج معاهدة فرساي بدأت الأحداث التي أقنعت قيادة الجيش الألماني بضرورة طلب الهدن حين تمكنت الخلايا التابعة لمجموعة روزا لكسنبورغ من التغلغل في أوساط الجيش المحارب وليس في صفوف البحرية التي ركز المخطط الثوري جهوده عليها وهكذا انتشرت الشائعات فجأة في مطلع عام 1918 بين بحارة الأسطول الألمانية بأن القيادة الألمانية قررت التضحية بمعظم الصفن الحربية في هجوم انتحاري شامل على الأساطيل الأمريكية الإنجليزية والفرنسية حتى تصيب هذه الأساطيل بأضرار فديحة تشلها عن العمل ولو أدى ذلك إلى انتحار الأسطول الألماني بأكمله وذلك تمهيدا لغزو إنجلترا بعد أن تصبح شواطئها دون حماية وعملت الخلايا على تغذية هذه الشائعات والتحريض على العصيان هامسة بأن هذا الهجوم سينتهي بالفشل حتما ومواشئة هذه الشائعات بصورة خاصة إلى وصف الأهوار التي ستصيبها طائرات الحلفاء وبواخرهم بالوسائل الكيميائية الحديثة التي ستحيل كل باخرات ألمانية تدفع بها قيادة الجيش الألماني إلى الانتحار إلى قطع من الله بتشوي فيها شيئا أجتاما من لم يمت خنقا أو غرقا من البحارات الأبرياء وعندما أصلت حملة الشائعات إلى أشدها أخذ دعاة العصيان يتحدثون علنا على سطح السفن كوسيرة وحيدة للنجاة من هذا المصير المحتوم النجم عن خطة حربية فاشلة وفي يوم الثالث من تشرين الثاني أعلن بحارة الأسطور الألماني العصيان وتلأ ذلك يوم السابع تشرين الثاني فرر أفراد وحدة بحرية كبيرة كانت في طريقها إلى الجبهة الفرنسية فانتشرت بينهم فجأة شائعة تقول أنهم ذاهبون ليؤدوا دور كبش المحرقة في طالعة الهجوم الانتحاري المزعوم وفي ذلك الوقت نفسه قامت اضطرابات شديدة في عدد من القطاعات الصناعية أدت لا تعطي لإنتاجها وظهر أشخاص كثيرون في أمكنة متعددة أخذوا ينشرون الروح الانهزامية وهكذا تأزمت الحالة في ألمانيا إلى درجة لم يجد معها القيصر بدة من التنازل عن العرش حالا وتم تنازله يوم التاسعة تشرين الثاني الف وتسعمائة وثمانية عشر قامت بعد تنازل القيصر حالا حكومة اشتراكية كان أول ما فعلته توقيع الهدن بعد يومين أي في الحادي عشر تشرين ولكن الاضطرابات لم تكف بل زدادت عنفا ضد الجمهوريين الاشتراكيين هذه المرة ولعبت روزا ليكسنبورغ ورقتها الكبرى حين اشترطت على الحكومة الجمهورية تسريح الجيش الألماني وحل القيادة مقابل إنهاء الاضطرابات وعندما أصبحت ألمانيا خالية من جيشها النظامي المدرب القادر على قمع الاضطرابات انقلبت الزعيمة الشيوعية اليهودية على الاشتراكيين فأعلنت الثورة في برلين في شهر كانون 21919 وانتسعت الحكم مع عدد من أعوانها الذين كان معظمهم من اليهود كان لهذه الثورة أثر خارجي غير متوقع فقد دب الخلاف بشانها في موسكو بين الزعيمي الثورة الشيوعية الروسية لينين وتروتسكي فقد رفض لينين رفضا بات المساعدة ثورة روزا ليكسنبورغ أما تروتسكي ليحودي فقد اتخذ موقفا معاكسا طالبا دعمها بكل قوى الاتحاد السوفيتي وكان امتناعوا لينين عن مساعدة روزا ليكسنبورغ عاملا حاسما في الموقف إذ وشدت هذه نفسها وأعوانها اليهود منعزلين في الحين نفسه الذي أدت فيه هذه الثورة إلى رد فال عنيف لدى القوميين الألمان فقد ثارت فيهم ثائرة القومية الألمانية الآرية فانقدوا على أنصار روزا ليكسنبورغ وأمعانوا فيهم القتل والتذبيح وقبد أحد الضباط الألماني الشبان بردوة ملازمة على روزا ليكسنبورغ معاونها الأول كارل فأفرغ فيه مرصص مسدسه ثم انقلب الأمر إلى مجزرة شاملة تفجر فيها الحقد الكامل على اليهود الذين اعتبروا المسؤولين عن خسارة الحرب وعن الاضطرابات التي تلتها فهجمت بيوت اليهود في الليل وانتزع منها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وأعدموا جميعا وهكذا أصبح الجو العام في ألمانيا منذ إذن ممهدا لحركات التعصب العنصري ولنظريات العرقية أو بتعبير آخر لظهور هتلر والنزيع وهذه هي النتيجة الحتمية للدول المشؤوم بالنسبة للشعب الألماني الذي لعبته اليهودية العالمية في البحرية والصناعة الألمانيتين ثم في معاهدة فرساي مما أدى إلى فرض شروط غادرة ثقيلة الوطأة على ألمانيا وقد أعلن لنين ذاته للأممية الثالثة أن روزا لاكسنبورغ هي المسؤولة عن عصفة العداء للسامية التي حبت في ألمانيا بيد أنه يجب أن لا يغرب عن بالنا أن قوى المؤامرة كانت تعد العدة منذ إذن للحرب العالمية الثانية المقبلة ولذلك فإن هذا الوضع ملائم بالنسبة إليها لأنه يحقق شرط أساسي من شروط الحرب المقبلة وهو تهيات الجو العام في أوروبا للقيام بالنزاع المسلح وهكذا يتضح الأمر لنا بصورة بديهية فالمسؤول عن العداء للسامية وعن الأوضاع التي سادت في ألمانيا وأدت إلى تجاهها بشكل جذري شام نحو الحرب هم أنفسهم الذين سيفيدون من هذه الأوضاع لتنفيذ مخططاتهم إن سادت المال العالميين ليهودهم اليد المنفذة لمجمع المؤامرة مجمع حكماء صهيون وليس توضع ألمانيا بالتالي إلى نتيجة مخطط مرسوم تبق بصورة منهجية القضية الفلسطينية بعد أن وصلت المؤامرة إلى أهدافها في ألمانيا تجاهت بشكل مباشر نحو أهدافها الثاني فلسطين ذلك أنهم قرروا كما ذكرنا سابقا جعل فلسطين الممر والمستقبل لمخططاتهم ونقطة الارتكاز العالمي للمؤامرة هذا لأن فلسطين هي المركز الجغرافي للمنطقة التي بيينت لهم الأبحاث الجيولوجية أنها تحتوي على ثروات طبيعية تقدر بمليارات من الدولار وقد أشرنا في فصل مضى إلى الأبحاث المجهولة التي قدرت بمجابها ثروات منطقة البحر الميت وحدها بمبالغة خيالية وهكذا بأشرت المؤامرة العمل تحت قناعها الجديد الصهيونية السياسية وقد ودعت الصهيونية السياسية نصب عينيها تحقيق الهدفين التاليين على التوالية 1- إجبار دول العالم على الاعتراف بالوطن القومي لليهود في فلسطين وبالتالي إنشاء دولة مستقلة تكون هي وطن المؤامرة وقاعدة المستقبل التي ينطلق منها العمل للحرب العالمية الثالثة المستقبلية 2- أما الهدف التالي فهو تأمين السيطرة على ثروات المنطقة بأكملها 3- بوجه عام وعلى ثروات قطاع البحر الميت بوجه خاص 4- وسنصارد فيما يلي مرحل مخاطط العمل الذي وضعوه موضع التنفيذ 5- كانت الخطوة الأولى استصدار وعد بالفور عام 1917 5- الذي أصطرت بناء عليه إنجلترا وفرنسا الأوامر إلى الجنرال الليمبي 6- قائد الجيش الإنجليزي في الشرق الأوسط بطرد الأتراك من الشرق الأدنى 6- واحتلال الأراضي المقدسة في فلسطين 7- وقد قامت السلطات البريطانية بعملية عذرة 8- فتفادت الكشف عن تصريح بالفرحة تأتم جميع العمليات العربية بمعونة العرب 9- أما المرابون العالميون فما إن تم احتلال فلسطين 10- حتى طلبوا من الحكومة البريطانية تعيين لجنة صحيونية في فلسطين 11- وتعين منذبهم السياسيين أعضاء لها 12- على أن تكون مهمة هذه البعثة تقديم النصح للجنرال كليتون الحاكم العسكري لفلسطين 11- وقد بشرت هذه عملها بالفعل في آذار عام 1918 وكان أعضاؤها التالون 11- الكولونير أورومس بيغور 11- الذي عين في مبعاد مديرا لبنك ستاندرد في جنوب إفريقيا 12- وهو البنك الذي يسيطر على مناجم الذاب والماس في جنوب إفريقيا 12- ويستخدم الآلاف من العمال الإفريقيين كالعبيد 12- وهو أيضا الذي يمول سياسة التفرقات العنصرية التي تتبعها تلك البلاد 12- الكولونير جيمس ديروتشيلد 13- ابن إدمان ديروتشيلد رئيس الفرع الفرنسي لأسرة ديروتشيلد ومنشئة الأبيب 14- وعدد كبير من المصامرات اليهودية 14- وقد أصبح جيمس ديروتشيلد عضوى في مجلس العموم البريطاني من 1929 إلى 1945 15- ثم عينه تشارشيل وزيرا للشؤون البرلمانية في حكومته 15- الملازم أدوان سامويل اليهودي الذي عين مديرا للرقبة البريطانية في حكومة تشارشيلد أثناء الحرب العالمية 16- وعندما تأسست إسرائيل عام 1948 عين مديرا للإذاعة الإسرائيلية 16- المستر إسرائيل سيف الذي لعب دورا مجهولا من أخطر الأدوار في الحياة السياسية البريطانية المعاصرة 16- فقد أصبح فيما بعد رئيس لجنة التخطيط الاقتصادية والسياسية 16- وهي كما يعلم المطلعون على طريقة عمل أجهزة الحكم في بريطانيا 16- اللجنة التي توجه سياسة الاقتصادية والشؤون السياسية للوزارات المتعاقبة في الحكم 17- حايم ويزمان وهو لا يحتاج إلى تعريف 17- وقد أرسلت هذه لجنة إلى فلسطين قبل أن ينعقد مؤتمر السلام حتى قبل أن تنتهي الحرب 17- وذلك لإعداد الجو الملائم فيها قبل أن يحين موعد طرح القضية الفلسطينية على بساط البحث 18- واتخاذ قرار بشأنها في المعاهدة المقبلة معاهدة فرساي 18- بدأت المفاوضات أخيرا في مؤتمر السلام هذا فكانت مهزلة شبه مكشوفة 19- أسقط فيها سادة المال العالميين القناع وبدأ نفوذهم جليا 19- ولسنا بحاجة إلى كبير جهد لتوضيح ذلك 20- إذ يكفي أن نذكر أن رئيس الوفد الأمريكي كان بول واربورغ ذاته 21- الذي أعشرنا إليه بصورة كافية في فصل سابق 21- فهو الممثل الرئيسي لمجموعة المرابين العالميين في أمريكا 22- ولم يكن رئيس الوفد الألماني سوى شقيقه ماكس واربورغ 22- ويجب أن لا ننسى أن الوفد الألماني يمثل الدولة العدوة التي خسرت الحرب 22- في حين يمثل الوفد الأمريكي إحدى الدول الرئيسية المنتصرة 23- يسهل علينا والحالة هذه أن ندرك كيف تحول مؤتمر السلام إلى مؤتمر استعماري شرس 24- وكيف وفق دون تردد على كل القرارات ذات الغيات الخبيثة أو ذات النتائج الخطرة 25- وفيما يتعلق بفلسطين فقد وضع مشروع الانتداب الإنجليزي عددا من كبار الصهيونيين العالميين 26- على رأسهم البروفيسور فيليكس فرانكوفردس الذي أصبح في مبعد مستشار رئيسي في البيت العبيد في عهد رئاسة فرانكلين روزفلت 27- السير هيبرت سامويل لوشيان وولف المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإنجليزي لوي جارج 28- وعندما بدأت المحادثات التمهيدية للمؤتمر كان المستشار الخاص للسيد كليمانسو رئيس وزراء فرنسا الشهير شخص اسمه مندل 28- بيد أن هذا الاسم كان مستعار أما اسمه الحقيقي فهو روتشيلد 29- فقد كان أحد أفراد أسرة روتشيلد وكان أحد المستشارين الرئيسيين في الوفد الأمريكي السيد موركنساو اليهودي 29- وسيصبح فيما بعد وزيرا للمالية الأمريكية في عهد الرئيس روزفلت 30- قلنا أن السادة المال العالميين أسقطوا القناع عن وشوه في هذا المؤتمر وظهروا دون مواربة 30- ويكفي للدلالة على ذلك أن نظهر فقرة من الكتاب الذي ألفه لشيان غولف بعنوان دراسات في تاريخ اليهود 30- فهو يقول في الصفحة 408 من هذا الكتاب 30- وبرز عدد آخر من كبار السياسيين اليهود لدى توقيعهم على معاهدة السلم 30- فقد وقعها أيضا عن فرنسا وإيطاليا والهند رجال الدولة التالون 30- لويس كاوتز عن فرنسا والبرون سومينيو عن إيطاليا ومستر أدفين منتاجيو عن الهند وننقل فيما يلي أقوال بعض المفاكرين من كبار مفاكري الغرب تشكل بحد ذاتها بيانا دافعا لا يحتاج إلى تفسير يذكر المؤرخ والديبلوماسي الإنجليزي الشهير هارود نيكولون في مؤلفه الضخم صنع السلام 1919-1944 صفحة 244 إن لوشيانو غولف طلب إليه شخصيا أن يتبنى رأيه وهو أن اليهود يجب أن يتمتعوا بحماية عالمية وأن يتمتعوا في الوقت نفسه بكل حقوق المواطن في أي دولة ويقول الكاتب الفرنسي جورج باتو في كتابه المشكلة اليهودية صفحة 38 إن المسؤولية تتقع على عاتق اليهود الذين أحاطوا برئيس الأمريكي ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني لوي جورج ورئيس الوزراء الفرنسي كليمانسو في قلب معاهدة الصلح إلى الأصلحة لليهود ويجب أن نشير أيضا إلى حادثة معروفة وقعت أثناء المفاوضات التمهيدية التي شرت في باريس عام 1916 فقد تبنى الرئيس الأمريكي ويلسون أراء مثالية في البدء ولكنه تلقى فجأة يوم الثامن والعشرين آذار 1919 برقية مكونة من ألفي كلمة أرسلها إليه شخصيا يعقوب شيف ممثل المرابين العالميين الذين أتين على ذكره مرارا وتضمنت هذه البرقية رأي من يمثلهم يعقوب شيف في خمس من القضايا العالمية هي القضايا الفلسطينية، التعويضات الألمانية، سيليسيا العليا، منطقة الصار، مامار دانزينغ وكان أن غير الرئيس ويلسون موقفه حالا وأخذت المفاوضات مجرى مختلفا ويعضفه التسفير الفرنسي في إنجلتر أنائذن الكوندي سان أوكلير هذه الحادثة في الكتاب السياسي الذي ألفه في مبعد وحلل به مشكلة السلام جونيف نحو السلام فيقول إن النصوص التي تضمنتها معاهدة فيرسايف ما يتعلق بهذه القضايا الخمسة هي من وضع يعقوب شيف أبناء جدته كانت القضية الفلسطينية هي الشاغل الأول للمؤامرة وما أن انتهت الخلية من إقرار الانتذاب الإنجليزي على فلسطين في معاهدة السلام حتى توجهت جهودها إلى النقطة التالية وهي الإعداد منذ إذن الحرب العالمية الثانية فأعتت كل جهودها لوضع أقصى الشروط وأشدها ظلما على ألمانيا حتى تترارع بذلك بذرة الحقد في أفئدة الشعب الألماني فيجعل هدفه القومي الثار وذلك ما حدث بالفعل كما تمخذت عنه الأحداث ولم تنسى المؤامرة الالتفاة إلى عصبة الأمم التي نصت معاهدة فيرسايف على إنشائها فبثت عملائها وخلاياه في أوسط هذه العصبة منذ نشأتها حتى سطعت فيما بعد أن تجعلها آلة مسيرة بيد مجموعة المرابين العالميين اليهود وهذا ما أذن في مبعد للصهيوني المعروف نحوم سوكولوف رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني في المفاخرة في هذا المؤتمر قائلا إن أصبت الأمم فكرة يهودية وقد نقل هذا القول عنه حرفيا الكورونالين الأمريكي ونشره في كتابه اليد الخفية الذي ألفه لتحذير الشعب الأمريكي من الخطر الصهيوني ونشير بهذه المناسبة إلى مقاله أحد أكثر الأشخاص مطلعا في العالم دون ريب وهو رئيس تحرير جريدة التايمز الإنجليزية الكبرى ويك هامستيد فقد أشر عدة مرات إلى النفوذ الخفي الذي يمارسه سادة المال العالميون وأصدر بشأنهم الحكم التالي في صفره الضخم الذي ألفه عبر ثلاثين عاما في الصفحة 301-302 إنني ألح بصورة خاصة في القول بأن الذين يسيطرون على القضايا العالمية إنما هم سادة المال العالميون وبأنهم هم محركوا الأحداث بصورة خاصة أثناء أن أقاد مؤتمر السلام هم يعقوب شيف مجموعة واربورغ وبعض الماليين الآخرين الذين لا يحدفون إلا إلى شيء واحد وهو تأمين اليهود على أوروبا وعلى ألمانيا خاصة وعندما زار وينستون شرشيل فلسطين عام 1921 قدمت لجنة عربية لمقابلته فبسطت له المظالم التي يتعرض لها العرب وخشيته من الهدف الذي تعمل عليه الصهيونية وهو الإسلاء على فلسطين وبيانت له أن العرب يعيشون في تلك الأرض منذ ألفي عام ثم طلب منه أن يستخدم نفوذه لرفع هذا الظلم فأجابهم شرشيل إنكم تطلبون مني أن أتخلى عن وعد بيلفور وأن أوقف الهجرة اليهودية وهذا ليس في الطاقة كما أنني لا أوافق عليه بل إننا نعتقد أن ذلك من أصى عليه وعد بيلفور خير للعالم واليهود والإماراتورية البريطانية وللعرب أنفسهم وسوف نعمل لتحقيق ذلك لم يقدر أحد أن إذن المغزى العميق لهذه الكلمات ودلالتها على وجود مخاطط فعلي خفي للصهيونية ارتبط به شرشيل منذ إذن بل إنني شخصياً للمؤلف لم أدرك هذا إلا بعد أعوام طويلة أي عام 1954 بالذات أثناء زيارة شرشيل لأمريكا حين اجتمع ببرنارد باروخ اليهودي الذي وجه السياسة الأمريكية من وراء السيطار أعوام طويلة وكان الساعد الأيمى للرئيس راسفلت ولمستشاريه فقد صرح في هذا الاجتماع بما يلي إنني صهيوني وكنت دائماً صهيونياً ولعله حين أبدأ رأيه بصراحة للجنة العربية كان يفكر بالتهديد الذي وجهه إلى أنجلترا بصورة مكشوفة حييم ويزمن العميل العريق لجماعة المؤامر الذي كتب ما يلي حرفياً في مجلة جويدي شيرودفيشا العدد أربعة لعام 1920 سوف نستقر هنا في فلسطين شئتم ذلك أما بيتم إن كل ما تستطيعون عمله هو تعجيل هجرتنا أو إبطاوها قليلاً بيد أن من الخير لكم أن تساعدون حتى تتجنبوا انقلاب قواتنا ضدكم فهي تعمل في صفكم الآن وهي ذات مقدرة تمكنها إذا شاءت من تدمير العالم ولم يأتي هذا التهديد منفرداً بل اقترن بتعذير آخر وجهه إلى العالم الخطباء في المؤتمر الصهيوني العام الذي عقد في بوداباست عاصمة المجر 1919 فقد قال هذا في خطابه إن منظمتنا المنظمة الصهيونية ستلعب دورها في تنظيم العالم الجديد بعد الحرب إننا نحن الذين خلقنا عصبة الأمم وسوف نتبع السير وراء السلطة المرشدة أما أهدافنا ومهمتنا فهي محددة سلفاً وثيقة المخابرات الكندية كنت قد أنهيت كتابة هذا الفصل عام 1944 بعد أن استكملت دراسة كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة في الأسطر السابقة بعد أنه وقع في حيازتي بعد ثمانية عوام من ذلك بحكم منصب وثيقة خطيرة حصلت عليها إدارة المخابرات الكندية فرأيت من واجبي أن أضم مقاطع منها إلى هذا النص لأهميتها الخاصة تتعلق هذه الوثيقة بالمؤتمر الاستثنائي للجنة الطوارئ لحاخامي أوروبا الذي عقد في بودابست أيضاً في الثاني عشر كونون الثاني 1952 وفيما يلي مجز لهذه الوثيقة يتضمن بعض الفقرات الحرفية التي يمكنني نشرها تقرير من أوروبا عن المؤتمر الاستثنائي للجنة الطوارئ لحاخامي أوروبا الخطاب السري للحاخام الأكبر إمانويل رابينوفيتش تحية لكم يا أبنائي لقد استدعيتم إلى هذا الاجتماع الخاص لإطلاعكم على الخطوط الرئيسية لمنهاجنا الجديد وهو المنهاج المتعلق بالحرب المقبلة كما تعلمون والتي كان مخططنا الأصدي يقضي بإرجاعها عشرين عاماً حتى نتمكن خلال ذلك من تدعيم المكاسب التي حصلنا عليها بنتيجة الحرب العالمية الثانية بيد أن تعليماتاً جديدة صدرت لينا تقضي بتقصير هذه المهل خمسة أوام يجب أن نبلغكم أن الهدف الذي لازم نعمل من أجله منذ ثلاثة آلاف عام قد أصبح في مطال يدنا الآن ويحتم علينا دنو الثمرة أخيراً أن نضاعف الجهد ونكرس له كل ما أوتينا من عبقرية وخبره وأستطيع أن أؤكد لكم الآن أنه لن تمر أعوام قلائل حتى يسترد شعبنا المكان الأول في العالم الذي هو حقه المؤتصب منه منذ أجيال طويلة فتعود بذلك الأمور إلى طبيعتها ويصبح كل يهودي سيداً وكل جوييم عبداً تصفيق حد سأعطيكم الآن فكرة عن التعليمات المتعلقة بالحرب المقبلة إنكم تذكرون نجاح المنهاج الذي طبقناه منذ عام 1930 والذي كلل بالنجاح الكامل فقد تمكنت حملة الدعاية الشاملة من إثارة الحقد في ألمانيا ضد الغرب وضد السامية ثم أثرت الحقد في الغرب ضد الشعب الألماني بسبب العداء الألماني للسامية هذا هو الخط الرئيسي لمنهاجنا الحالي الذي نقوم بتنفيذه الآن فنحن نثير حملة حقد ضخمة في الشرق ضد الغرب وفي الغرب ضد الشرق وسوف نحارب الأمم التي تقف على الحياد فنجبرها على الانضمام لهذا المعسكر أو ذاك ولن ندعى أحدا يقف في وجهنا إذا أراد التخفيف من حدة النزاع سيكون الهدف الأول لهذا المنهج نشر الروح العسكرية والقتالية في أمريكا ولكن مشروع القانون الذي طرح على الكونغرس الأمريكي بدعم منه هو القاضي بتعميم التدريب العسكري على جميع الشعب الأمريكي قوبل بالرفض وهكذا فشلنا مؤقتا بيد أننا سنستانف الجهد وسنعمل أيضا على إلساق تهمة العداء للسامية بالشعب الروسي ذاته وعلى تغيير الشعوب الغربية من الشعب الروسي لهذا السبب بالذات كما فعلناه سابقا بالنسبة للشعب الألماني وسندعم بالمال والنفوذ المنظمات التي تتبنى الدفاع عن السامية في أمريكا بصورة خاصة أما الهدف النهائي لهذه الخطة فهو بالطبع الحرب العالمية الثالثة التي ستفوق في آثارها ودمارها الحروب السابقة بمجموعها وسنعمل على بناء إسرائيل حيادية في هذه الحرب حتى تنجو من آثارها وحتى تصبح مقرا بعدها للجان التحكيم والرقابة إلى آخره التي سيعخد إليها بعدئذ بالإشراف على مجموع قضايا الشعوب الباقية ستكون هذه الحرب معركتنا الأخيرة في صراعنا التاريخي ضد درجوييم وسنكشف أنئذ عن هويتنا الحقيقية ونصر بوجهنا للعالم سؤال من أحد الحخامين الحاضرين أطلب من الحخام رابيتوفيتش إجابة على السؤال التالي ما هو مصير الأديان بعد الحرب العالمية الثالثة؟ الحخام رابيتوفيتش لن تكون هناك أديان بعد الحرب العالمية الثالثة كما لن يكون هناك رجال دين فإن وجود الأديان ورجال الدين خطر دائم علينا وهي كفيرة بالقضاء على سيادتنا المقبلة للعالم فإن القوة الروحية التي تبعثها في نفوس المؤمنين بها تبعث فيهم بالتالي الجرأة على الوقوف في وجهنا بيد أننا سنحتفظ من الأديان بالشعائر الخرجية فقط للدين اليهودي وذلك لغاية واحدة هي الحفاظ على الرباط الذي يجمع بين أفراد شعبنا ومنع أي أجنبي عندنا من الدخول فيه عن طريق الزواج أو غيره وقد نحتاج في سبيل هدفنا النهائي إلى تكرار نفس العملية المؤلمة التي قمنا بها أيام هتلر أي أننا قد ندير نحن أنفسنا وقوع بعد حوادث الاضطهاد ضد مجموعاتنا وأفراد من شعبنا أو بتعبير آخر سوف نضحي ببعض شعبنا بأحداث سنثيرها ونوجهها نحن من وراء الستار حتى نحصل بذلك على الحجج الكافية للسدرار عطفه ومؤذرة الشعوب أوروبا وأمريكا وبقية العالم من ناحية ولتبرير المحاكمات التي سنجريها من ناحية ثانية بعد الحرب لإعدام زعماء العسكريين المتحاربين معا كما فعنا في محاكمات نورنبيرك قد تكون التضحية ببضعة أهلاف من أفراد شعبنا نعمل نحن بذاتنا على إبادتهم لإلصاق التهمة بغير نحن قد تكون تضحية جسيمة ولكننا يجب أن لا نقيم وزنا لأي تضحية كبيرة كانت أو صغيرة في سبيل هدفنا النهائي السيادة على العالم إنكم ترون النصر النهائي يتوهج كالنور أمام عيونكم وسوف تعودون إلى مناطقكم بعد هذا المؤتمر لكي تباشروا العمل دون هوادع حتى يحل أخيرا اليوم الذي ستكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهي كونها مقر النور الذي سيضئ وحده العالم ومقر مجمع حملة النور انتهى عند هذا الحل خطاب الحخام ولن نستطيع أن نرد المزيد من هذا المؤتمر ولكننا يجب أن نشير إلى أن هذا الخطاب يؤكد استنتاجاتنا ومعلوماتنا السابقة التي أوردناها في هذا الكتاب فيما يتعلق بالعداء للسامي وبالنازية إلى آخره فهو يبرحن بصورة قاطعة عن أن القوى التي توجه الصهيونية وتستخدمها هي نفسها التي تستغل ما يسمى من أعداء السامية كما استخدمت النازية الهتلرية من قبل بدهاء الأبالسة وهي نفسها التي تعمل وسعها لإلقاء العالم في أتون حرب عالمية ثالثة قد يثير استغراب الجميع من غير المطلعين على الخفاية العميقة للأحداث حين يعلمون أن قوى المرابين العالميين واليهود أنفسهم الذين كانت النازية تعلن عداءها صريحة لهم ولكن ما أسلفناه من معلومات وما سنأتي به في الفصول القادمة سيفسر لنا السبب الذي حامل ستالين والغرب معا على السكوت عن إعادة تسليح وتصنيع ألمانيا التي كانت تهدد الطرفين معا ووصل الأمر إلى بعد من ذلك حيث تم توقيع اتفاق عسكري بين هتلر والسطالين رغم أن الجيش الألماني لم يكن قد قطع شوطا في التنظيم والتدريب وفي الوقت نفسه أقدمت البنوك الغربية الكبرى على مد الصناعة الحربية الألمانية الناشئة من جديد بالقروض الضخمة والتسهيلات ليس من يستطيع إدعاء بأن الدول الغربية لم تكن عليمة بما كان يجري وراء السطار من أحداث في ألمانيا أن أئذن عن نمو القوة العسكرية الألمانية من جديد وأستطيع تأكيد هذا القول لأنني تأكدت من ذلك شخصيا حين قدمت إلى لندن بحكم مهام منصبي عام 1930 أثناء مؤتمر السلاح البحري وتبين لنا الدراسة التحليلية الدقيقة لهذه المرحلة من التاريخ المعاصر 1920-1938 أن شماعة المرابين العالميين وجهوا جعدهم في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف التالية 1. إثارة الحرب العالمية الثانية تبع لمخاططهم الأصلية الطويلة الأمد وقد نجحوا في ذلك 2. تغيير الهيئات الحاكمة والحكومات والأنظمة المعادية لهم في أوروبا وقد نجحوا في ذلك أيضا إلى مدى بعيد كالإطاحات بحكومة أسكويت في إنجلترا خلال الحرب العالمية الأولى 3. إجبار بريطانيا وفرنسا ثم أمريكا على قبول ودعم إنشاء وطن قومي لليهود وقد ارتبطت الحكومة البريطانية أثناء الحرب الأولى بالمرابين العالميين مقابل تعهد هؤلاء بالإعازل منظماتهم في أمريكا بحملها على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء وتمتلك المخابرات البحرية البرهانة على أن حادثة إغراق البخيرة الأمريكية لوزيتانا من قبل البحرية الألمانية كان حادثا مدبرا كحادثة بيرل هاربر عام 1939 التي سببت دخول الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان وثيقة الانتداب الإنجليزي على فلسطين كان النص الأصلي الذي تضمنته معاهدة فرساي بشأن تقرير الانتداب الإنجليزي على فلسطين يجتمل على الفقرة التالية وذلك لتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود بعد أن الصهيونيين عدلوا هذا النص رغبة منهم في إخفاء مدى مطامحهم الحقيقية فجاء على الشكل التالي وذلك لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومن الواضح أن هذا التعديل إنما أريد منه يظهر عدم طمعي لحوذف الاستلاء على فلسطين بأكملها تبين لنا مما سبق كيف تمكنت المؤامرة من توجيه السياسة الأوروبية بأكملها في الفترة ما بين الحربين العالميتين هذه السياسة التي تميزت بالأطماع والشراسة الاستعمارية واستغلال خيرات الشعوب كما تميزت من قسام أوروبا إلى معسكرين لم يلبثان اشتبك في الحرب العالمية الثانية ويجب أن لا يغيب عن نظرنا أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤامرة من هذه الحرب هو إنشاء دولة خاصة بالصهيونية تصبح مقر للمؤامرة والقاعدة الرئيسية للشرور التي ستكون جميع شعوب العالم هدفا لها الحرب الاقتصادية العالمية يصل بنا تسلسل الأحداث إلى الحرب الاقتصادية الشاملة التي أصبح العالم بأسره مسرحا لها خلال الفترة من الزمان التي سبقت الحرب العالمية الثانية ذلك أن هذه الحرب الاقتصادية التي سنعرض تحليلا مجزا لها تقدم الدليل القاطع على التحالف السري بين ستالين والقوى الخفية كانت القوى الخفية ترمي إلى هدفين رئيسيين منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى هما الإعداد كما ذكرنا للحرب العالمية الثانية المقبلة الاستلاء على أكبر مقادر ممكنة من أموال الشعوب وهذا هدف دائم ومن البديهي أن الهدف الأول كان يقتضي من المؤامرة تحقيق عاملين رئيسيين أولهما العالم النفسي ويتهيئة العالم وأوروبا خاصة نفسيا وفكريا للحرب وإثارة الأحقاد والضغاء إلى آخره وقد استوفينا الحديث عن هذه الناحية أما العامل الآخر فهو تحقيق نوعا من التوازن في القوى بين المعسكرين المقبلين على الحرب وهو شرط أساسي لإمكان قيام حرب أصلا ولما كانت الدول التي خرجت ظافرة من الحرب الأولى يمريكا وفرنسا وإنجلترا أشد بأسا بما لا يقاس وأوفر رخاء من ألمانيا المثخنة بالجراح الخارجية فإن النتيجة المنطقية تتضح من تلقاء نفسها وهي إعادة تسليح وتصنيع ألمانيا والدول التي سيضمها أرباب المال العالميون إلى جانبها والعمل في الوقت نفسه على إضعاف الجبهة الغربية إلى الحد المطلوب وتأمين تخول رصاميلها من ناحية ثانية إلى ميدان الصناعة الحربية حتى تتمكن هي أيضا من تكريس فعاليتها الاقتصادية للإنتاج الحربي في الوقت المطلوب نجد في ذلك التفسير الغضح للغص المحيل الذي وقف العالم أمامه مشهودا بعد الحرب العالمية الثانية وهو السر في سكوت الدول الغربية وحكومة الصالين معا متسائلا عن إعادة تسلح ألمانيا النازية وعن بروز هتلر ثم اجتداد ساعده شيئا فشيئا عن ضرباته المتتالية التي وقفت أمامها مكتوفة حتى في حين لم يكن هتلر إلى جانب ضئيل من القوة ومع هذا كله لم تحول المؤامرة اهتمامها عن الهدف الثاني امتصاص أموال الشعوب ولهذا جاء مخططها الخاص بهذه المرحلة آية في الدهاء الشرير وهذا هو مخطط الحرب الاقتصادية الشاملة بدأت هذه الحرب بمرحلة التجربة خلال أعوام 1922 إلى 1925 بالطريقة التقليدية فطرحت المنظمات المالية العالمية أموالا ضحمة في أسواق الدول المنتصرة والمحايدة مما أدأ إلى ارتفاع الأسعار وتزايد الانتاج ونشاط الأعمال ثم سحبت هذه الأموال فجأة فنشأت أزمة عام 1925 التي أدت لخبوط أسعار القيم المالية وعندما طرحت المنظمات المالية أموالها ثانية في الأسواق عن طريق القروض والشراء أعدت القيم المالية فارتفعت ثانية وجنت بذلك المنظمات المالية الأرباح التي قدرتها تأكد المرابون العالميون أنائذ من نجاح خطتهم بعد هذه التجربة الأولى فأقدموا على العملية الرئيسية التي تشكل محور خطتهم والتي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي شملت معظم الدول عام 1930 وسميت بالأزمة الكبرى وقد نفذوا هذه العملية بمعونة السطالين والمرابين العالميين بدأت هذه العملية بامتناع البيوتات المالية العالمية عن تمويل وسائط النقل وشركات النقل البري الأمريكية خاصة والغربية بصورة عامة وتقديم قروض ضحمة بشروط معرية وتسهيلات كبرى إلى السفن الألمانية خاصة واليابانية والإيطالية إلى آخره عامة مما أدى إلى انتعاش حركة السفن التي وجهت منظمات المال العالمية اعتمامها إليها وبصورة حاصة سفن النقل الحبوب واللحوم المجمدة الأمريكية واليابانية في بحار العالم التي تجوبها دون قطاعه انتقلت العملية بعدئذ إلى المرحلة الثانية فامتنعت البنوك الكبرى وفروعها والمؤسسات المصرفية التابعة لها عن تقديم القروض والسلف اللازمة لتسواق الحبوب واللحوم المبرتة والمؤلبة وتأمين مراحل إنتاجها المختلفة في أمريكا والغرب بصورة عامة حتى تكدست هذه بمقادير هائلة في الصوامع والمستودعات وازدادت تكاليفها والمصرفات النجمة عنها والفوائد المترطبة على القروض المتعلقة بها وفي الوقت نفسه الذي طرحت فيه القوى المالية كميات ضحمة من اللحوم والحبوب في جميع أسواق العالم بأسعار متهاودة بشكل مفتعل تقل بصورة مستغربة عن مستوى الأسعار العالمية وكان مصدر هذه اللحوم أستراليا والأرجنتين أما الحبوب فكان مصدرها الاتحاد الصوفيتي فقد قدم استالين معظم إنتاج الحبوب الروسي إلى منظمات المال العالمية بأسعار خفيدة جدا مكنت هذه المنظمات من طرح الحبوب الروسية في أسواق العالم بالأسعار المتهاودة المذكورة وقد حصل استالين على هذه الحبوب عن طريق انتزائها بالعنف من المزارع الجماعية الروسية والفلاحين الأوكرانيين مما أدى إلى حدوث الاضطرابات الدامية الكبرى وانتشار المجاعة بين صفوف الروس وهذه حقائق واقعية لا يمكن مناقشتها وقد أعلنها بصراحة الرئيس هارتشوف المؤتمر العام للأحزاب الشعوعية الذي هجم فيه سياسة استالين وكشف فضيحة بيعه الحبوب الروسية بأسعار زهيدة للبيوتات المالية العالمية وتركه الفلاحين الروس يتدورون جوعا كما تحدث بصراحة عن المجازر التي ترتكبت في ذلك الحين كانت النتيجة التي يتوخاها السعليم من تقديمه الحبوب الروسية بهذه الأسعار البخصة شلالاقتصاد الأوروبي والأمريكي بنتيجة الكساد الشامل الذي سيحق بقطعي الحبوب واللحوم ولعله كان في حسبانه أن الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية النجمة عن ذلك وبالتالي السياسة التي ستعقبها ستؤدي جميعا بصورة حتمية إلى اندلاع الشثورة الشعوعية في الغرب وقد بيانت الأحداث خطأ وسذجة حسبانه هذا كما بيان ذلك مستنكرا سيد خروتشوف أما المنابون العالميون فقد وصلوا إلى الهدف الذي رسموه بصورة كاملة فقد نشبت الأزمة الكبرى الاقتصادية في أمريكا خاصة ومن ثم في أوروبا والعالم أجمع وانصبت بصورة مباشرة على القطاع الزراعي والغذائي في أمريكا والغرب وعلى الاقتصاد الرفي في جميع البلدان المنتجة للحبوب واللحوم في العالم وهكذا عمل انهيار الاقتصادي والاجتماعي وتداعة القيم المالية والأسهم والسندات وعثائق ملكية العقارات والأراضي لقاء الرحانات والتأمينات والفوائد التي ترتبت للمنوك ومؤسسات القروض والصيرفة في جميع أنحاء العالم لدى استحقاق القروض التي قدمتها لتسير الانتج الزراعي وعجز الموازعون والفلاحون والمنتجون عن وفائها كنتيجة حتمية للكسال الشامل وعندما وصلت الأزمة إلى ذروتها وبلغ الاقتصاد العالمي الحديد أخذت البنوك والمنظمات المالية العالمية تبتلع مختلف القيم المالية لقاء رهونها وقروضها وفوائدها أو تشتريها بالأسعار الزهيدة التي وصلت إليها وهكذا تسربت ملايين الملايين من الدولارات من حوزة أصحابها في جميع أرجاء العالم إلى خزائن المرابين العالميين وذلك بفرل الصالين والاتفاق معه أدت هذه الأزمة إلى انتحار الألاف من المنكوبين وإلى خراب عدد كبير من البيوت وإلى انتشار الرذيلة والفساد والدعار واللصوصية على نطاق واسع ولكن هذا ليس مما يقيم له المرابون العالميون وزنا في حساباتهم أما الصالين فقد قدم كما نرى خبز الملايين من الفلاحين الروس إلى المرابين العالميين لقمة سائغة ليضاعف بها ثرواتهم وأقدم على ذلك ببرود عجيب كخطوة استراتيجية في لعبته الخطرة التي لم يقم لها وزنا هو أيضا ولا لآلام الإنسانية عامة وشعبه بصورة خاصة ولكي ندرك المضمونة الحقيقية لهذه العملية الشيطانية علينا أن نتمثل الوضع الاقتصادي العام إبنى اشتداد الأزمة الكبرى في عامي تسعين وعشرين وثلاثين فالكسد يعم ونتائجه أمريكا والدول الغربية والبلدان المنتجة للحبوب واللحوم تكدس منتجاتها في المستودعات والإهراء دون شار والسفون متجمدة في موانئها عاجزة عن الحراك في حين تفتك المجاعة بالملايين من الناس في أقطار عديدة من العالم حتى في البلدان المنتجة للحبوب واللحوم نفسها وقد استثنيت ألمانيا وإيطاليا واليابان من الإزمة فاحتكرت سفنها النقل البحرية ولاسيما نقل الحبوب الروسية واللحوم الأسترالية والأرجنتينية والمصنوعات اليابانية الرخيصة ثمن مما أدى إلى انتعاش صناعتها واشتداد ساعدها وكان من نتائج هذه الأزمة أيضا ظهور فرانكلين روزفلد في الولايات المتحدة وتبنيه سياسته الشهيرة القائمة على تحويل الرصاميل الأمريكية إلى الصناعة وترك قسم كبير من الأراضي الخصبة دون زراعه وقابل دفع تعويضات لأصحابها وهذا فيما ثلث سكان العالم يتدورون جوعا وقد نجح روزفلد في انتخابات الرئاسة الأمريكية على أساس هذه السياسة وانتهت بالفعل الأزمة الاقتصادية من ناحية وتحول الرصاميل إلى الصناعة التي انقلبت حالا خلال الحرب العالمية الثانية إلى صناعة حربية بلغ المرابون العالميون كما نرى هدفيهم الرئيسيين فتحقق التوازن الاقتصادي والصناعي بين أمريكا وأوروبا الغربية من ناحية وبين ألمانيا وإيطاليا واليابان من ناحية ثانية وتحول تجاه الجميع إلى الصناعة التي لم تلبث أن تنقلب إلى الانتاج الحربي أي إن الاعداد للحرب أصبح بالاختصار حقيقة واقعة وهذا هو الهدف الأول الرئيسي كما ذكرنا أما الهدف الثاني وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال الشعوب فقد تم كما بيناه بصورة وساعة النطاق بدأت أعراض هذه الأزمة التي عرضت في التاريخ كالأزمة الكبرى للرأس مالية في التضاول خلال عامي 31-32 حتى انفجرت عام 1933 وكان ذلك نتيجة طرح المرابين العالميين رصاميل ضخمة في الأسواق أذنت بترويج المبادلات العالمية من جديد وتسويق وتصريف المحاصيل والبضائع التي كان المرابون قد حصلوا عليها بأبخس الأثمان أما السالين فإنه لم ينجح بالطبع في إقثارة الثورة الشيوعية في الغرب بل نجح فقط في تحويل عدد من أصحاب الملايين من الدولارات أي أصحاب مئات الملايين على حساب الشعب الروسي ذاته لا سيما فلاحيه إلى جانب شعوب العالم الأخرى وتبين سالين بعد فوات الأواني أنه كان الطرف الآخر في هذا الاتفاق الخفي مع أسادة المال العالميين ولعل هذا ما سبب النزاع المكتوم بينهما الذي أخذت تظهر بوادره منذ عام 1936 والتطهيرات التي انصبت على البقية البقية من زعماء الشيوعية القدامة لم يدرك العالم حين انفجرت الأزمة الكبرى وبدأت تباشير بحبوح تهل من جديد أنه يسير قدما نحو مصيره المحتوم الحرب العالمية الثانية كما لم يدرك أنئذ سوى القليل من ذوي الاطلاع الوثيق أن العامل الأمريكي والموظف الفرنسي الصغير والفلاح الروسي والمزارع التركي والبايع الشرقي كانوا جميعا خلال هذه الأزمة ضحية مؤامرة واحدة وساعة النطاق تشد خيوطه عصبة سادة المال العالميين اليهود الفصل العاشر الأحداث التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية نصل الآن إلى مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الإنسانية تتسم للجيل الحالي بأهمية خاصة لأنها المرحلة التي صنع فيها العالم الذي نعيش فيه الآن والذي تمسنا آثاره بصورة مباشرة ونعني بها تلك المرحلة التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى وانتهت بالحرب العالمية الثاني عام 1939 وقد كشفنا القناع في الفصلين السابقين عن حقيقة الموقف العالمي وعن خفايا السياسة الأوروبية وبينا كيف مهد المرابون العالميون لإعادة تسليح وتصنيع ألمانيا دون أن يحرك ستالين أو الغرب ساكنا أمام الخطر المتزايد وأوضحنا الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي جعلت الساليني تعهد بتدريب ضباط الجيش الألماني المقبل كل ذلك والبيوتات المالية الغربية الكبرى تقدم القوى الضخمة إلى الصناعة الألمانية الناشئة كما وصفنا الجو العام الذي عملت القوى الخفية على خلقه في ألمانيا والذي مهد الانطلاقة النازية وجعل ظهور هتلر أمرا محتوما بعد أننا يجب لكي ندرك حقيقة العوامل التي مهدت لظهور هتلر وإلى تبرور الموقف الأوروبي بعد ذلك أن ندرس الخفية السياسية للفترة التي امتدت منذ عام 1924 إلى عام 1934 خرج الشعب الألماني من الحرب العالمية الأولى والمرارة تملأ قلبه كما ذكرنا فقد رأى معاهدة فرساة تكبله بالأغلال وتفرض عليه شروطا متعنتة وغرماتا ثقيلة كما رأى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تعم أرجاء بلاده والنظام يتلاشى فيها أمام الفوضى وانهيار السلطة وهو الشعب الذي الشهر في العالم أجمع مجديته ونشاطه في العمل والذي كان النظام في بلاده وطاقتها الفعال يثيران حسد وإعجاب الشعوب وكانت هذه الفوضى تزداد شيئا فشيئا بازدياد الفوضى وتكرر الإهانات الجارحة التي كان الغرب يكيلها لألمانيا وهي ضعيفة جاثية على قدميها لا تملك لهذه الإهانات ردا مؤمنة بكتم غيظها ولعق جراحها بسكون مستسلمة للأمر الواقع لو لأن الحقد كان يضطرم في أرجائها ممتزجا بالمرارة وذلك أن معظم المواطنين الألمان كانوا يعلمون أن جيشهم لم يهزن في الحرب وأن ألمانيا لم تستسلم بل لعلها كانت أقرب إلى النصر منها إلى الهزيمة أو ليس الجيش الألماني هو الذي شن الهجوم على جميع الجبهات عام 1918 بالذات أي عام انتهاء الحرب والذي كان زمام المبادرة ليزال بيده حتى فترة الحرب الأخيرة ولكنها طعنت غيلة وغدارا من قبل اليهود الذين أثاروا الاضطرابات في الجيش وفي البلاد من الناحية الداخلية وألبوا عليها الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم من الناحية الخارجية وإلى هذا فإن الزعمة روزا لكسنبورغ معوينيها اليهود للحزب الشيوعي الألماني والدور الذي لعبه الشيوعيون الألمان جعل أفراد الشعب ينظرون إليهم كحلفاء لليهود وشركاء في تسديد ضربة الغادرة لألمانيا جاءت من ثم معاهدة فرساي في غمرة هذين البحرين السياسي والعطفي ولعبت فيها الصيونية والمرابون العالميون الدور المكشوف الذي استوفينا بحثه بالتفصيل فالتهبت موجة الحقد وتبلور الانفعال العطفي شيئا فشيئا حتى انقلب إلى فكرة ثابتة عميقة الجذور هي فكرة الثار التي أصبحت مرضفة للشعور القومي في ألمانيا لم تكن عمة الشعب في ألمانيا هي وحدها التي تحمل هذه المشاعر فالكأن تشاطرها إياها النخبة الفكرية وعلى رأسها رجال الدولة وخبراء الاقتصاد بيد أن اهتمام هؤلاء كان منصبا في مجال حيوي آخر هو المجال الاقتصادي فقد أدرك هؤلاء عمق الهوة التي دفعت ليها ألمانيا بعد أن سيطر المرابون العالميون على الحياة العالمية فيها وأصبح اقتصادها يعتمد بصورة أساسية على القروض الأجنبية المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات العالمية المالية عن طريقة شعوباتها الكثيرة والبنوك الدولية الكبرى ولم يكن خبراء وسياسي ألمانيا بالجاهلين لماذا خطورة ذلك فالفوائد المركبة ثم فوائد هذه الفوائد تتراكم حتى ينتهي الأمر بأن تصبح أضعاف أضعاف هذه القروض غير كافية لسداد الفوائد الثانوية لها فقط ولما كانت الطريقة الوحيدة لتسديد المبالغ المستحقة هي فرض الضرائب المباشرة على الشعب على الصناعة والزراعة والتجارة وموارد الدخل القومي الأخرى مما يدفع ثمنه المواطن العادي في خاتمة المطاف فإن المعنى الحقيقي لهذه القروض هو الاستعباد الاقتصادي للأمة وقد كان رجال الدولة وخبراء الاقتصاد الألمان مدركين لحقيقة هذه الأوضاع في الاقتصاد ومدى الأخطار الناجمة وهكذا حدث بينهم إجماع على ضرورة الخروج من هذا المأزق وإيجاد العلاج النجح لإنقاذ ألمانيا من أزمتها كان الجو معدا إذا لأي جماعة أو شخص يبشر بالحل المنقذ وكانت دعوة كهذه كفيلة بجعل الشعب والنخبة الفكرية والسياسية يلتفان حولها وهكذا وجدت النازية الطريقة ممهدا أمامها وتلقف الجميع دعوتها بتلاحف فقد خرج أدولف هتلر ينادي بإحياء قوة ألمانيا وإعادة تصنيعها وينادي من ناحية ثانية بتحرير الاقتصاد الألماني من القيود الأجنبية وخلق عملة ألمانية التي تستند إلى القروض فلتعتمد على الدخل القومي والممتلكات الوطنية وعلى موارد الصناعة والزراعة والتجارة والثروات الطبيعية وعلى الطاقة الإنتاجية للأمة كانت هذه السياسة في الواقع تجديدا حيا لأمال الشعب الألماني والتعوير الوقعي عن مطالبه ولذلك سرت شعلة الحماس لها سريان النار في الهشيم وارتفع الحزب النازي بسرعة فائقة إلى مصاف القوة السياسية الأولى المنظمة التي التفى حولها عنصر الشبيبة من ناحية والزعماء الذين يأملون بعودة ألمانيا إلى سبق مكانتها من ناحية ثانية وزاد هذا الحماس شخصية هتلر الديناميكية التي أحيت بها أمال الجماهير وعمل آخر إضافي هو الانتصارات التي حققها موسوليني والفاشسيون لإيطاليا وظهر عدد من الزعماء الديكتاتوريين في أوروبا كموسوليني وفرانكو فيما بعد في إسبانيا وغيرها أما موقف المرابين العالميين من كل ذلك فكان شبيها بدهاء الأبالسة فقد شجعوا الدوة القومية والاقتصادية التي نادى بها هتلر بالرغم من أنه جعل محور نقمته اليهود وذهبوا إلى بعد من ذلك فقد قبلوا بعد صعود هتلر إلى الحكم بسحب الشروط القاسية من قروضهم والتنازل عما اقتصبه هتلر منها بل وبمنح المزيد من القروض بشروط متساهلة للصناعة وتجارة الألمانيتين ووجعوا نشاطهم الخفية إلى حمل الغرب واستالين معا على السكوت عن تسلح ألمانيا واشتداد ساعدها شيئا فشيئا وفي هذا ما يفسر لنا كانها اللغز الشهير الذي لا يزال العالم يقف أمامه حائرا ونعني به تقعس أوروبا واستالين معا عن الوقوف في وجه الفهرر عندما أخذ يكلو الضربات العنيفة تباعا تلك الضربات الجريئة في أعوام أربعة وثلاثين إلى تسع وثلاثين التي وقف العالم أمامها مشذوها في حين لم يكن هتلر يمتلك من القوة شيئا وكانت حملة عسكرية بسيطة من قبل فرنسا مثلا أو بريطانيا كفيلة بسحقه وهل من الكتب والمحللين والمؤرخين من لم يتساءل متعجبا عن السر الذي جعل أوروبا تقف أنائذ المكتوفة الأيدي أمام سلسلة الضربات الهتلرية الشهيرة الانسحاب من معاهدة فرساي رفض دفع الغرامات إعادة إنشاء الجيش الألماني احتلال منطقة الرورة الصناعية وإعادة بناء الصناعة الحربية الألمانية احتلال الصديد الانقضاد على تشيكوسلوفاكيا ضم النمسا إلى آخره كانت كل من هذه الضربات تدعم موقف هتلر والنازية في الداخل والخارج وقد خرج منها هتلر كالقوة الشامخة التي ترتعد أمامها فرائص الدول العظمى وخلال ذلك كله كان المرابون العالميون اليهود يفسحون الطريقة لهتلر ويدبرون ويمولون خفية ويقبلون تضحية بوضعة آلاف من أبناء جلدتهم اليهود كي يستخدمونهم فيما بعد ركيزة لدعايتهم أما هدفهم الأساسي من هذه الخطة فقد أتينا على ذكره بالتفصيل في الفصول السابقة وهو جزء من مخاططهم الأساسي الطويل الأمد التمهيد للحرب العالمية الثانية تمكن هتلر من تحقيق انتصارات باهرة لألمانيا في حين كانت فيه هذه معدومة القوة بيد أنه كان مضطر لإنشاء قوة حقيقية يستند إليها وهكذا وجد نفسه مجبرا على الارتباط بطبقة الأرسقراطية العسكرية الألمانية المشهورة عالميا والتي تمسك بزمام القوة الجرمانية منذ أجيال عديدة وهكذا شب النزاع الداخلي داخل الجبهة النازية بين المعتدلين الذين يهدفون إلى إعادة إنشاء ألمانيا وتوطيط دعائمها وبين المتطرفين المرتبطين بالارستقراطية العسكرية الذين يعتنقون فلسفة كارل ريتر ويريدون إنشاء دولة الإله وإثبات تفعوق العرق الجرماني السيد والسيطرة على أوروبا والعالم عن طريق قوة الحديد والنار وصف الكثير من المحللين والباحثين هذا الصراع الداخلي في قلب النازية كما أشارت إليه الصحف والهيئات السياسية بمناسبات عديدة غير أن هؤلاء جميعا لم يتطرقوا إلى بحث الأسباب العميقة الخفية لهذا النزاع أما هيتلار فلم يكن ميان إلى جبهة المتطرفة على ما هو معروف عنه بوجه عام بل لبث مترددا بين الطرفين حتى عام 1936 حين وضعته الأحداث نهائيا في صف النازيين المتطرفين أما في الفترة التي سبق ذلك فكان أميل إلى الحياد بين الجبهتين كما تدل على ذلك محاولاته المتعددة للإلتقاء مع بريطانيا وتجنبه الاستضامة مع الكنيسة والمسيحية وإقدامه على إغلاق محافل الشرق الأكبر الألمانية التي كانت مقرا للمنظمات والخلايا التابعة للأرستقراطية العسكرية العنصرية والتي كانت تنظيماتها شبيهة بتنظيمات محافل الشرق الأكبر في أوروبا الغربية التابعة للمرابين العالميين إلا أن المحافلة الألمانية كانت دائما تحضر انتساب اليهود إليها دون أن يمنعها ذلك من العمل في سبيل عقيدة الإلحادية لا تقل خاطرا عن مبادئ المرابين العالميين وهي العقيدة النازية العرقية القائمة على تأكيد الدولة الجرمانية التي يجب أن يخضع لها العالم بالقوة الغاشمة هذا العالم الذي تقوم حضرته على أساس تفوق العرق الجرماني السيد كانت دعاية جبهتي النازية بالرغم من خلافهما تنصب حول هتلر فهو بالنسبة للمعتدلين زعيم ألمانيا وباني هدطها وبالنسبة للمتطرفين فهرج الدولة الجرمانية وقائد العرق الألماني السيد أما هو شخصيا فكان يبذل جهده لتجنب الارتماء في أحضان الأرستقراطية العسكرية العرقية التي لا يملك الاستغناء عنها لأنها وحدها القادرة على بناء القوة العسكرية الألمانية وكان يعتقد أن الشرط الوحيد للوصول إلى هذه النتيجة ولإقرار السلم دائم وتوجيه ضربة مميتة إلى سادة المال اليهود العالميين هو الوصول إلى عقد تحالف مع دولة أوروبا العظم أنئذ بريطانيا ولذلك جعل محور سياسته الوصول إلى مثل هذا الاتفاق لم يأل هتل جهدا خلال عوام 1933 إلى 1936 فلا تصالب إنجلترا محاولا عقد اتفاق معها كان مؤمنا بهذا منذ أيام سجنه قبل استلامه الحكم حين كتب كتاب كفاحي وقد ذكر في هذا الكتاب حرفيا لو طلب مني الدفاع للإمبراطورية البريطانية بالقوة لفعلت وذلك عن طيبة خاطر بيد أن عقبتين جبارتين كانت تمنعان حدوث مثل هذا الاتفاق واحد المرابون العالميون الذين كانوا يعلمون أنهم دعمهم الخفي لنمو ألمانيا واشتداد ساعدها إنما يقاملون بمصيرهم في سبيل تحقيق هدفهم وهو الحرب هذا إلى أن هتلر كان يرمي بين الأهداف الرئيسية في هذا الاتفاق إلى تصفيتهم بصورة جدرية اثنان الأرستقراطية العسكرية العرقية في ألمانيا ويطلق عليهم اسم سادة الحرب الذين لا يقبلون إلا بالسيطرة الجرمانية الكاملة على العالم وبناء حضارة يسود فيها العرق الجرماني اتفقت إذن هاتان القوات المتصارعتان على هدف واحد هو منع هتلر من عقد اتفاق مع إنجلترا ومنع ألمانيا بصورة عامة من اتخاذ أي وجهة تحولها عن طريق الحرب الحتمية ولهذا فشلت اتصالات هتلر المتعددة وقد أثر حنق النازيين المتطرفين إسرار هتلر على السير في طريق يخلف أراء الارستقراطيين العسكريين فدبروا مؤامرة لاغتياله بيد أنها فشلت ولم يمنع هذا من الإقدام على محاولته الأخير عام 36 لعقد حلف مع بريطانيا ضد اليهودية العالمية والشيوعية أجل هتلر هذه المحاولة في الاجتماع الذي طلب عقده مع الحكومة البريطانية وقد أرسلت بريطانيا الوزير اللورد لوندون ديري لتمثيلها ومثل ألمانيا هتلر شخصيا مصحوبا بمساعده الأيمن غورينغ وبوزير خارجية ديني بتروب وعقد الاجتماع في برلين في كانون الثاني 1936 يجدر بنا أن نذكر ما دار بهذا الاجتماع لأنه يعتبر نقطة تحول في موقف هتلر وفي موقف ألمانيا بأكملها بالتالي ونستطيع على أي حال أن نحيط بما دار فيه بالتفصيل بالرجوع إلى الكتاب الذي ألفه اللورد لوندون ديري فيما بعد باسم نحن وألمانيا وبالعودة أيضا إلى ما نشرته عنه أنائذ جريدة الإفنينغ ستاندرد الإنجليزية الكبرى ولسيما في عددها الصدر في الثالث والعشرين عبريل 1936 بسات أيتلر للورد لوند نيري في هذا الاجتماع موقف ألمانيا بالتفصيل من المشاكل العالمية المعلقة ولسيما من الشعوعية ومن المنظمة الرأسمالية الكبرى كما وضح له الأسباب التي تجبرها على التصدي لليهودية العالمية وقلقها من التغرغل الصهيوني في أوروبا وأمريكا وأخبره أن هدفه المباشرة هو القضاء بصورة جذرية على مجموعة المرابين العالميين ذاكرا له على سبيل المثال أقوال أدل بها ديزرائي لرئيس الوزرائي الإنجليزي الأشهر في القرن التاسع عشر ودمنوها مثكراته إن الذين يحكمون العالم هم أشخاص مختلفون جدا عمن يتخيلهم أولئك الذين يجهلون ما يدور وراء الستار وتحدث فوند بنتروب بعد ذلك مؤكدا أقوال رئيسه فذكر اللورد لونديري بتغرير اللجنة الملكية التي كلفت بين عامي 1928 و1928 بالتحقيق في أوضاع الجمارك الكندية برئاسة المستر سيفن وكان فوند بنتروب آنئذ في كندا شخصيا فقد برهن هذا التقرير على أن عصابات التهريب المرتبطة بمنظمات المرابين العالميين تحصل سنويا على أرباح تفوق 100 مليون دولار بعملة تلك الفترة تسرقها من الشعب الكندية عن طريق التهريب المنظم الذي يتم بإشراف عملاء المرابين العالميين وبوسطة تمهيد الطريق له بالرشاوة وشراء الذمم على كافة المستويات مما يؤدي إلى تعميم الفساد في الحياة الاجتماعية وفي الجهاز الإداري في كندا وأدف فوند بنتروب قائلا مستند إلى التقرير الإنكليزي إن الفساد في الولايات المتحدة وفي أوروبا نفسها يفوق هذا القدر أضعف المضاعفة وأدف إلى الحديث قوله أن من الجلي والحالة هذه أن الطريقة الوحيدة لاجتثاث الفساد من جذوره هي القضاء على أصله أي على مجموعة المرابين العالميين ذاتها وانتهى هذا الحديث عندما عرض فوند بنتروب وغارينغ على اللورد لونديري مجملا لأبحاث وأرائي البروفيسور كار ريتر وغيره من فلاسفة نازية اختتم هتلر هذا الاجتماع بما طلب إلى الوزير الإنكليزي أن يعود إلى إنجلترا ليقنع الحكومة البريطانية بوجهة نظره ويقدم عليها رسميا عرضه بإنشاء حلف يضم الرئيخ الثالث والإمبراطورية البريطانية عاد اللورد لونديري إلى إنجلترا وعرض مقترحات هتلر على الحكومة البريطانية التي رفضتها أو كلفته بإبلاغ الحكومة الألمانية هذا الرفض فأرسل يوم الواحد والعشرين شباط 1936 رسالة إلى إبنتروب أبلغه فيها بذلك وبالأسباب التي حملت الحكومة البريطانية على الرفض فلم يعد أمام هتلر سوى حل واحد والاتجاه بكليته إلى الأرسقراطية العسكرية الألمانية وتبني آرائها ومشاريعها وقد اقتنع بعد هذا الرفض بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق مطالب ألمانيا والقضاء على عدائها كما يعتقد هي الحرب بدأت منذ عام 1936 المرحلة الثانية من الحكم الهتلري التي سيطرت فيها النازية المتطرفة وبدأت تعمل بصورة مباشرة من أجل الحرب وكان ما يجري في إيطاليا شبيها إلى حد كبير بما يجري في ألمانيا فكان من الطبيعي أن يتم التقارب بين هتلر وموسوليني مما أدى إلى تشكيل المحور وكانت إسبانيا الميدانة الذي جربت فيه القوى المتنازعة في أوروبا هتلر واستالين والغرب قواتها خلال الحرب الأهلية الإسبانية التي كانت رفاها الشيوعيون الإسبانيون يدعمهم استالين والوطنيون الذين يتزعمهم الجنرال فرانكو المستندون إلى إسبانيا الكاثوليكية التقليدية والتي لم يلبث المحور أن وضع قواته إلى جانبهم وانتهت هذه الحرب في تموز 1936 بانتصار الجنرال فرانكو وظهوره كزعيم جديد لإسبانيا النزاع بين النازية والمسيحية لم يحد دعم هتلر لجبهة الوطنيين في إسبانيا التي يؤيدها الكاثوليكيون المتدينون من قيام النزاع بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية منذ بدء المرحلة الثانية في حكمه أي منذ ارتمائه بصرة كاملة في أحضان الارستقراطية العسكرية الألمانية هذه الطبقة التي تعتنق عقيدة إلحادية في جوهرها كما ذكرنا وتقوم على نظرية الدولة الإله وعلى فكرة تفوق العرق الجرماني السيد ولم يلبت رجال الدين البرتستانت أن انضموا إلى كنيسة الكاثوليكية في خلافها مع هتلر مدفوعين بنفس الأسباب الدينية التي أدت إلى رفض الكنيستين للفكرة الإلحادية الجوهرية التي تقوم عليها مبادئ النازية المتطرفة ونرى البرهان الجلي على ذلك الموقف الحيادي الذي اتخذته الكنيسة من هتلر عام 1936 ثم في موقف قداسة البابا الراحل بيوس الحادي عشر في الرسالة الباباوية التي وجهها إلى السلك الكنسي في العالم في الرابع عشر أعذار 1937 والتي هجم فيها النازية بصورة علنية وأدان بشكل خاص فكرة التفوق العرقي وبالتالي فكرة الإله الوطني لشعب من الشعوب موضحا بأن الله رب الجميع لا يميز بين مخلوق ومخلوق أو بين عرق وعرق وفي التاسع عشر أب 1938 نشر رجال الدين البرتستانت في ألمانيا رسالة علنية هجموا فيها بعنف المبادئ النازية الإلحادية فاكرين فيها حرفيا أن موقف النازيين في ألمانيا من الدين المسيحي متناقض بصورة مكشوفة مع تأكيدات الفهرر وحدت الكنيسة البرتستانتية بذلك حدوى شقيقتها الكاثوليكية في منهضتها لفكرة الإله الوطني الخاص بشعب واحد من الشعوب وفيما يلي مقطع من هذه الرسالة إنما يحدث إليه النازيون ليس كبت الكنيسة الكاثوليكية فقط أو الكنائس الكبرتستانتية بل هو القضاء على الفكرة المسيحية الحقيقية القائمة على الاعتقاد بإله واحد للجميع لاستبدالها عمليا بفكرة إله جرماني فما الذي تعنيه فكرة الإله الجرماني هذه؟ أهو يختلف عن إله بقية الشعوب؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن لكل أمة إلهها الخاصة بها والمعنى الحقيقي لهذه الفكرة هو أنها ليس هنالك إله على الإطلاق غضب النازيون المتطرفون من موقف الكنيسة اتجاههم وكاد الأمر يؤدي إلى ما يشبه حربا أهلية دينية فعمد هتلر بغية تهديئة النازيين إلى إصدار قانون صارم حذر فيه على رجال الدين انتقاد الأوضاع السائدة أو التعرض لفكرة السيادة المطلقة للدولة تحت طائلة العقوبات القصوح وقد هدأت الأوضاع ولكن النفور ظل قائما منذ إذن بين النازية والكنيسة كان الوضع في إيطاليا شبيها بوجه عام بألمانيا يضاف إليه النزاع على الأسلاب الاستعمارية الذي كان مستمرا بين إيطاليا من ناحية وأنجلترا وفرنسا من ناحية أخرى فكان موسوليني والحالة هذه الحليفة الطبيعية لهتلر وقد توثقت العرى بين النظامين النازي والفاشستي بعد اشتراكهما في الحرب الأهلية الإسبانية جنبا إلى جنب وانتصارهما المشترك فيها وهكذا تكون محور برلين روما وقد ظن في البدء أن الجنرال فرانكوس يكون حليفهما لكنه ظل متمسقا بموقفه بالرغم من جميع محاولات الضغط عليهم من قبل هتلر وموسوليني اتجه المحور أنائذ إلى الشرق الأقصى حيث وجد الحليفة الثالثة بصورة طبيعية إن الحروب التجارية تكنت على أشدها بين اليابان والدول الغربية فالإنتاج الصناعي الياباني يغرق العالم بتنوعه ورخص أسعاره ويحدد بالتالي الصناعة الأوروبية بالكساد وأسعارها بالانهيار والدول الغربية تشن حربا طاحنة من ناحيتها على التجارة والصناعة اليابانيتين محاولة القضاء عليهم تلافيا لهذا الخطر فكان من الطبيعي إذن أن تبحث اليابان عن حلفاء لها وأن ترحب بالتقارب مع جبهة المحور القوية التي تخاصم نفس أعداء اليابان وتكون بتالي محور برلين روما توكيو أدرك المرابون العالميون أن خططهم سائرة في طريق النجاح وأنهم دفعوا بالعالم إلى الدرب المؤدي إلى الحرب بصورة حتمية فشرعوا بالاستعداد لها وكان الرجل الذي أعده لقيادة المعركة في إنجلترا هو وينسون شرشل أما بالنسبة لأمريكا فيكفي أن نذكر أن الرئيس روزفيلد توفي في منزل برنارد باروخ المرابي اليهودي العالمي الذي لعب دورا هما من وراء الستار في تحريك الأحداث في أمريكا خلال أربعين عاما والذي لا ريب فيه أنه كان أحد رؤوس القوى الخفية في العالم في عصرنا الحاضر ويزيد عن خطورة دوره أنه كان أحد المهمين على الحركة الصهيونية وأحد الزعماء الأوائل اليهودية العالمية ما يقرب من نصف قرن والارتباط بين برنارد باروخ وشيرشل معروف للجميع يتزوران ويبحثان بصورة منتظمة منذ أعوام وكان أشهر الاجتماعات بينهما ذلك الذي حدث أثناء زيارة شيرشل له عام 1954 حين أعلن بصريح العبارة ارتباطه الوثيقة والقديمة بالصهيونية وانتماءه إليها الصراع المكتوم في إنجلترا تنازل الملك إدوار الخامس يجب أن نظن أن الطريق كان سهلا في إنجلترا للمرابين العالميين بالرغم من كل ما سبق ذلك أنهم يصطدمون بمقاومة منظمة يديرها بعض الإنجليز المنتمين إلى الطبقات الفكرية الرفيعة هذه الطبقة التي أذركت منذ أمد بعيد مدى وحقيقة خطر اليهودية العالمية وسادة المال اليهود كان الرجل الذي أطلق صيحة في إنجلترا ونبه طبقتها الفكرية إلى ما يجري وراء الستار السيد فيكتور مارسدن بعد عودته من روسي عام 1921 وكان مارسدن منذ مطلع القرن العشرين مراسلا لجريدة مورنينج بوست الإنجليزية في لندن وشاهد عن كثب أهداف روسيا نائذن وقد استطاع الحصول على نسخة من الكتاب الذي ألفه البروفيسور سينجي لنسعم 1905 بعنوان الخطر اليهودي وكان البروفيسور نيلوس قد حصل على قسم من الوثائق التي تضمنها كتابه في باريس عن طريق غانية صرقتها من عشيقها الذي كان أحد كبار المرابين اليهود في موسكو نائذن والذي قدم إلى مخدع هذا تمرت حال عودته من اجتماع خاص عقده الرؤساء محافل الشرق الأكبر وكان قد قدم خصيصا من موسكو إلى لندن ثم باريس لحضوره ذهل فيكتور مارسدن لدى طلاعه على ذلك الكتاب المفقود فقرر تنبيه بني قومه إلى الخطر ولكنه لم يستطع العودة إلى لندن حتى عام 21 بسبب الأحداث الروسية والحرب وعمد منذ حودته إلى ترجمة هذا الكتاب إلى الإنجليسية ثم نشره بعنوان بروتوكولات حكماء صهيون وكان عليما بأنه مقدم على مخاطرة كبرى بنشره هذا الكتاب وذلك أنه تلقى عدد من التحذيرات والتهديدات ولكنه لم يتراجع أدى نشر هذا الكتاب إلى حدوث درجة كبرى في إنجليترا ومن ثم في العالم بأجمعه وعمد المرابون العالميون لتفادي هذه الفضيحة الدامغة التي كشفت أمرهم إلى شن حملة دعائية معاكسة ضد مارسدن وتوشيه الاتهام التقليدي له في الغرب وهو الإعداء للسامية وقد جعلت من هذا الكتاب محورا لأبحاث الشخصية ووصلت بعد أعوام طويلة من التحقيق والتنقيب والتدقيق في الوثائق كما ذكرت في فصل سابق إلى البراهين التي أكدت لي بصورة قاطعة أن وثائق البروفيسور نيلوس أو بروتوكولات حكماء صهيون هي المحاضر الأصلية للاجتماع الذي عقده أمشيل روتشيلد عام 1773 في فرانكفورت والذي نقلته بالتفصيل في الفصول السابقة ويجب أن أذكر بهذه المناسبة أن الوثائق الأصلية تضمنت بنودا إضافية تعبر عن نية الرؤوس المتآمرين أنئذ في إنشاء منظمة ذات شبكات عالمية يستخدمونها كالآدات الرئيسية لتخريب المجتمع العالمي وليست هذه المنظمة سوى صهيونية لم يصدع المرابون العالميون ضرب مارستن علنا لأن أصدقائه ورجالات إنجلترا تنبهوا للخطر وأحطوه بحماية قوية كم أن ذلك قمين بإثارة فضيحة مكشوفة وهكذا لبث في عمله على رأس جريدة مورنينج بوست حتى عام 1927 حيث تمكنت الجهات الإنجليزية القوية المتنبهة لخطر اليهودية العالمية من حمل الحكومة البريطانية على اختياره مرافقا لولي العهد وكان ولي العهد يعتزم القيام برحلة طويلة حول الإمبراطورية البريطانية بكاملها فرافقه مارستن في هذه الرحلة لم يكن ولي العهد نفس الرجل عندما عاد من هذه الرحلة فلم يعود الأمير المرحة المصرفة بل أصبح رجلا جديا عميق التفكير ذلك أن مارستن أطلعه بصورة وفية على الوثائق والمعلومات التي كانت في حوزته وشرح له خفايا المؤامرة العالمية هو الدور الذي يلعبه المرابون العالميون اليهود من وراء الستار ولا ريب أنه ليس من قبيل الصدفة أن مارستن توفي فجأة بظروف عامدة عقب عودته من هذه الرحلة مباشرة كان انقلاب ولي العهد بعد عودته عميقا شاملا فقد عزف عن ارتياد الحفلات ومرابع اللهو والمرح ليكرس وقته بأجمعه لدراسة الأمور السياسية والاقتصادية وللتعرف على أحوال الطبقة العاملة في شعبه وخرج بالتالي عن التقليد المتوارث في إنجلترا الذي يمنع الملك أو ولي العاد من إبداء رأيه في الأمور العامة فأخذ يعرض كل سياسة يعلم أنها من إيحاء المرابين اليهود وأصبح من الجلي أنه سيدخل في صراع جدي مع القوى الخفية التي تحكم في إنجلترا وقد تحقق ذلك بالفعل عندما تولى العرش أخيرا في العشرين من حزيران 1936 باسم الملك إدوار الثامن أدرك المرابون العالميون أن معركتهم مع ملك إنجلترا الجديد ستكون معركة فاصلة فلم يضيعوا دقيقة واحدة بل شرعوا في هجومهم على إدوار الثامن منذ صعوده إلى العرش ويجب أن لا يغرب عن بالنا أنهم ذويباع طويل في هذا المدمار منذ القرون الماضية وأنهم يمتلكون الخبرة والخطط المجربة المعدة سلفا لمثل هذه العمليات وهكذا بدأت حملة التشهير المعروفة ولما كان من المعروف عن أن الملك يعيش حياة جادة منذ عودته من الرحلة السابقة فقد وجدوا من الصعوبة عليهم تلطيخ سمعته بيد أنهم سرعانا ما عثروا على هدفهم المنشود في شخص السيدة والي سامسون وهي سيدة أمريكية مطلقة كان الملك يعتزم الزواج منها فتخركت أجهزة دعاية الضخمة في هذا الاتجاه مثيرة الرأي العامة الإنجليزية ضد هذه السيدة وأصبحت هذه القضية الشاغلة الأولى لإنجلترا بحيث وجد أدوار الثامن نفسه مجبرا على الاختيار بين حلين التنازل عن العرش أو التخلي عن زواجه من هذه السيدة بعد أن اشتهرت كخطيبته وصديقته المقربة مما يشكل في هذه الحالة رضوخا من قبله لأرادة أخصامه محركي الأحداث ومما كان كفيلا بإفقاده حتما احترام رعاياه وهكذا حمل إليه الإنذار باختيار أحد هذين الحلين رئيس الوزراء الميستر بالدوين فاختر الحل الأول مفضلا للتنازل عن العرش انتقلت إنجلترا إلى مرحلة جديدة بعد تنازل إدوار الثامن فتحول الصراع المكتوم فيها بين المرعبين العالميين والأوساط الإنجليزية التي تقف في وجههم إلى صراعا علني وكان المرعبون مصرون على ربح هذه المعركة بأي ثمن وإصال صديقهم الأكبر ويستون شرشل إلى سدة الحكم حتى يضمن نشوب الحرب الفصل الحادي عشر الحرب العالمية الثانية ما وراء الستار تتلت الأحداث على إنجلترا منذ الحرب الأولى وكل منها يضع أمام عين النخبة الإنجليزية الواعية علامة الاستفهام وإذا كانت وسائل الإعلام الضخمة التي تسيطر عليها مجموعة المرابين العالميين وخلاياهم كفيرة بتوجيه تفكير وعواطف الطبقات الشعبية والمتوسطة فإن الأمر مختلف بالنسبة للطبقات والصفوف الفكرية والاجتماعية الرفيعة وهكذا شرع رجال إنجلترا يتلمسون بصورة عامة أن هناك قوى خفية تلعب الدور الرئيسية من وراء الستار وتواجه الأحداث والأشخاص تبعا لمخططات مكتومة عميقة الأهداف بعيدة المدى ولم تمر حادثة تنازل الملك أدوار الثامن عن العرش وملابساتها دون نتائج فقد أدرك البعض من كبار رجالة إنجلترا مصدر الخطر وإيقانوا أن المرابين العالميين اليهود هم الذين يشكلون القوة الخفية أو يمثلونها على الأقل وهم الذين يلعبون بالتالي بمصير الشعوب الأوروبية والعالم كما إيقانوا أن الصهيونية ليست منظمة سياسية ذات أهداف نوم طامع عادية بل إنها في الواقع المنظمة الرئيسية المكلفة بمهمة تنفيذ المؤامرة العالمية كان على رأس الشخصيات الإنجليزية التي أدركت حقيقة الأمر الأميرال سير باريب دونفيل والكولونيل رامزي وقد شغل الأميرال دونفيل عدة مناصب رفيعة في البحرية البريطانية خلال 40 عاما متوالية اشتغر خلالها بشدة بأسه كقائد للمدفعية الحربية خلال الحرب العالمية الأولى وكمدير للكلية البحرية الملكية ثم استلم منصب قائد مخابرات البحرية خلال أعوام طويلة ولا ريب في أن المعلومات الخطيرة التي طلع عليها بحكم منصبه هذا هي التي أطلعته على حقيقة ما يجري وراء الستار لا سيما وأنه مثل إنجلترا في مؤتمرات بحرية كثيرة أما الكولونيل رامزي وهو خرج كلية كلايتون الشهيرة وأكاديمية ساند هورست العسكرية وقد خدم كقائد في صفوف الحرص الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى ثم نقل إلى قيادة الجيش البريطاني دخل المعتركة السياسية بعد ذلك فانتخب نائما في مجلس العموم عام 1931 وظل محتفظا بمقاعده في البرلمان حتى عام 45 حين اعتزل الحياة السياسية كان الأميرال دونفل والسيد رامزي إذن في طليعة من أدركوا حقيقة الخطر الذي يمثله الزعماء اليهودية العالميون والمرابون العالميون اليهود فجعل نصب عيونهما منذ عام 1938 أن ينبه الحكومة البريطانية إلى كنهي هذا الخطر وقد أدرك أيضا أن الهدف المباشر الذي كانت المؤامرة ترمي إليه أنئذ هو إشعال نار الحرب ودفع الشعوب إلى الفتك بعضها بالبعض الآخر حتى تنتهي هذه الحرب بقيام عالم جديد متعب خائف تتمكن فيه المؤامرة من الانتقال إلى مرحلتها المقبلة وهي إقامة دولة مركزية لليهودية العالمية في فلسطين لتكون القاعدة الأساسية لقوى الشر تتجمع فيها وتتلقى تعليماتها ثم تنطلق إلى كافة الأمم لتمعن فيها تهديما بحسب المخطط المرسوم تمهيدا لإقامة الدكتاتورية العالمية الشاملة لمجمع زعماء اليهودية العالمية وبالتالي تحقيق الحلم المجنون الذي عملت من أجله الأجيال المتعاقبة في مجمع الممسوسين هؤلاء بدهاء شيطاني ناظرات تحليلية أرى لزاما علي بهذه المناسبة أن أعترف بأنني كنت شخصيا حتى عام 1937-1938 غير أكيد من الأهداف الأخيرة النهائية للمؤامرة ومدى تشعوبها وساعة نطاق نفوذها بيد أنني كنت متفقا مع الاستنتاجات التي وصل إليها الأميرال دونفل والسيد رمزي فيما يتعلق باليهودية العالمية غير أنني شرأت أدرك شيئا فشيئا منذ عام 1939 والأعوام التالية حتى عام 50 الحقيقة المرعبة من ناحية وكانها ما يسمونه بالتعاذ اليهود من ناحية ثانية والذي يتجلى فيه أبشع ما يكون الخبث المسموم الذي يكد أن يجرد جماعة المؤامرة من صفاتهم الإنسانية ويشذر بكل يهود العالم أن يقرأوا الفقرات التالية ويفكروا فيها مليا علهم يثوبون إلى رشدهم ويمتعدون عن المنزلق الخطر أجل استالين عام 1939 حملة تطهير أخرى قضى فيها في من قضى عليهم على عدد من العناصر اليهودية التي نظمت الشبكات السرية ردحا لمصلحة استالين نفسه ولمصلحة جماعة المؤامرة وظنت نفسها تلعب دورا قياديا فإذا بها تكتشف بعد فوات الأوان أنها لم تكن سوى مطية بلها ولم يلقى زعماء اليهودية العالمية بالا إلى مصير إخوانهم هؤلاء بل بالعكس تدفقت مساعداته فيما بعد على الصالين أثناء الحرب وكنت أنا شخصيا بين من تولوا الإشراف على نقل هذه المساعدات من أوروبا وأمريكا إلى روسيا عبر الخليج الفارسي أما بالنسبة للحرف قل بينا في الفصول السابقة بما فيه الكفاية أن المرابين العالميين اليهود هم الذين حططوا ومهدوا لها ومولوها وبخلاف ذلك فإن زعماء اليهودية العالمية يزعمون على أنهم خاضوا الحرب لإنقاذ اليهود من مخالب النازيين وهذا من أدى به أيضا حلافاهم أمثال تشارشل ورسفلت إلى آخره والفكرة السائدة في كل مكان للآن وتروجها اليهودية العالمية هي أن ألمانيا الهتلرية كانت تعتزم إبادة العنصر اليهودي وأن الحرب هي التي أنقذت اليهود من هذا المصير ومن الأطعاد الذي كانوا يعانونه والنتيجة هي أن اليهود يعتنقون الصهيونية عن قناعة ويعطفون عليها كما أن أجهزة الدعاية التي يسيطرون عليها بدأت تعمل على إثارة عطف الشعوب الأوروبية والأمريكية على الصهيونية بحجة أنها منظمة لا هدف لها سوى الدفاع عن اليهود الذين تعرضوا للإضطهاد الهتلري ومساعدتهم على العيش في وطن قومي لهم فما هي حقيقة هؤلاء اليهود المضطحادين المزعومين وما هي حقيقة هذا الإضطهاد الهتلري وما هي بالتالي حقيقة الصهيونية يجب أن نتوقف هنا لإلقاء نظرة تحليلية عميقة على الموضوع تكشف لنا عن الحقيقة دون زيف لا عريب في أن ألمانيا النازية كانت ضد اليهود أو ضد السامية بحسب التعبير اليهودي ولكن هذا العداء لم يتجاوز حتى عام 1939 طور النفي إلى بلاد أخرى أو السجن أحيانا أو الأقصاء عن المناصب العامة وكان للألمان في ذلك حججهم ودوافعهم التي بيناها في الفصول السابقة وكان اليهود الذين يعيشون في ألمانيا هم وحدهم الذين يتجه نحوهم نفور الشاب الألماني أما بقية يهود العالم وغيرها فكانوا في نجوة من ذلك وعلى هذا فإن أقصى ما كان اليهود معرضين له هو حجرة القلة اليهودية التي تعيش في ألمانيا وذلك ليس بالشيء الكبير أو المخيف جاء غزو بولونيا في يوليو 1939 وتلاته الحرب مباشرة فانقلب الموقف بالنسبة لليهود رأسا على عقب ذلك أن الحرب جعلت أوروبا بأسرحة تقريبا في قبضة ألمانيا الهتلرية وهكذا استطاع الألمان صب جامع ضبهم على اليهود في بولونيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا إلى آخره في حين كان جميع هؤلاء آمنين حيثهم لولا الحرب هذه الحرب التي رأينا كيف دفع إليها الزعماء اليهود دفعا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى يضف إلى ذلك عامل آخر هو أن عداء الألمان لليهود كان قبل هذه الحرب يتمثل بشعور النفور بعد إجراءات السجن والنفيه أما بعد نشوب الحرب ووقف اليهود في جميع أنحاء العالم ضد ألمانيا وبعد أن سهل دم الجنود الألمان في ساحات القتال فقثار العداء بشكل عنيف لا سيما وأن اليهود أصبحوا بموقفهم هذا بمثابة الأعداء المشتركين في الحرب ضد ألمانيا فكان من الطبيعية أن تحاربهم ألمانيا وأن يذهب البعض منهم ضحايا ولكن جميع الأمم المشتركة في الحرب فقط الضحايا بل إن عدد الضحايا من كل من الروس والإنجليز والأمريكيين والألمان أنفسهم بلغ العديد من الملايين وهكذا نرى بصورة واضحة أن زعماء اليهودية العالمية هم الذين قادوا اليهود إلى هذا الموقف السيء وهم عليمون بذلك ويتبين لنا هذا الوضع بصورة جلية في حالة بولونيا فقد جعلت معاهدة فرساي من النزاع بين ألمانيا وبولونيا أمرا محتوما لأنها فصلت بروسيا الشرقية وهي مقاطعة ألمانية عن بقية ألمانيا بممر ينتهي بمدينة دانزينغ الألمانية الصرفة التي اقتطعتها معاهدة فرساي من ألمانيا وجعلت منها مدينة دولية وقد صبت الدعاية التي يشرف عليها المرابون العالميون اليهود سيولا من الأكاذيب والأوصاف الملفقة جعلت الرأي العام يعتقد أن هتلر هو الذي فرض الحل بالقوة أما الحقيقة بكل بساطة فهي أن هتلر كان يفضل حل قضية دانزينغ والممر البولونية إليها بالسلم كما تبرهن عليه المذكرة التي أرسلها في أذار 1939 إلى الحكومة البولونية طالبا فيها للمرة الأخيرة معالجة القضية بصورة ودية للوصول إلى حل سلمي وكان قد حاول قبل ذلك مرارا للوصول إلى حل سلمي دون النتيجة وهذا ما تهمل الدعاية ذكره وقد لبثت مذكرته الأخيرة هذه دون جواب أشهر عديد وعمدت الحكومة البولونية إلى تجاهلها تماما حتى نفذ صبر هتلر أخيرا وأثارته حملة الدعاية العنيفة التي كانت تشنها عليه الصحافة المواجهة من قبل الزعماء اليهود في أوروبا الغربية فهاجم أخيرا بولونيا في أيلول 1939 أما السبب الذي جعل الحكومة البولونية على تجاهل المذكرات الألمانية فهو تأكيد أنجلترا لها بأنها ستحميها في حالة الحرب ووقعت الحكومة الإنجليزية في شهر أذار 1939 نفسه ضمانة تعحدت فيها بحماءة بولونيا وقد أصدرت الحكومة الإنجليزية هذه الضمانة تحت حملة الضغط الشديد التي عمد إليها المرابون العالميون وأتباعهم سرا وعلنا ولعلنا نظن أن إنجلترا قد نفذ تعاهدها حين أعلنت الحرب على ألمانيا بالفعل بعد غزوها لبولونيا ولكن الحقيقة البسيطة هي أن الحكومة الإنجليزية كانت عجزة وعليمة بعجزها عن إمداد بولونيا بأي تصورة كانت برا أو بحرا أو جوا وهكذا فإن الضمانة الإنجليزية لم تكن في الواقع إلا توريطا لبولونيا وكان الزعماء اليهود العالمي يعلمون بكل ذلك حين أجبر الحكومة الإنجليزية على إصدار ضماناتها كما أنهم هم الذين تولوا إقناع الحكومة البولونية بالاستناد إلى هذه الضمانة كما شجعوا يهود بولونيا على شن حملة عنيفة على ألمانيا حتى فجئوا بالأسو الألماني يوجدوا أن إنجلترا عاجزة عن إمدادهم بأي تقوة كانت ويتضح لنا الحقيقة جلية ناصعة بنتيجة كل ذلك فقد دبر الزعماء اليهودية العالمية لأبناء جلدتهم بالذات في بولونيا هذا المصير وأسلموهم بنتيجة خطة مرسومة إلى الألمان بعد أن أجبروا هتلر قبل ذلك على الاستسلام لزعماء النازية المتطرفين الذين زاد من مكرهم الطبيعية لليهود الموقف الخبيث الذي اتخذه زعماء اليهودية العالمية من ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى ويبرحن لنا ذلك بصورة قاطعة على أن زعماء اليهودية هؤلاء زعماء مؤامرة الشر العالمية ليس سوى حفنة من الطامعين اليهود الذين يتورثون جيلا بعد جيل المخطط الجهنمي الذي لا يبتغون من وراءه إلا استعباد العالم لمصلحتهم هم شخصيا ويجدر بعمة اليهود أن يدركوا أن زعماء هؤلاء هم وحدهم المسؤولون عن كل ما حل بهم من كوارث في تاريخهم الحافلة بالمنازعات مع مختلف شعوب العالم كما يجب عليهم من يدركوا بالتالي أن زعماء هم هؤلاء أو حكماء صهيون أو مجمعا ورانيين أو سمه ما شئت لا ينتبون حتى يومنا هذا إلى أي دين أو أرق في الواقع ولا يدينون بأي عقيدة سوى عقيدة الطمع المجنون المتوارث ولم يتورعوا يوما منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا ازج بهم في أبشع المآزق في سبيل هدفهم ولو كان هدفهم الدفاع عن اليهود كما يدعون لعمدوا بالأكس إلى عمل كل ما بوسعهم لتفادي الحرب ولعدم دفع بولونيا إليها وهم يعلمون ما سيأول إليه مصيرها وقد يتساءل البعض عن اليهود المتحدين والمزعومين الذين تسللوا عن طريق المنظمة الصهيونية وشبكاتها إلى أمريكا والدول الأوروبية وفلسطين والحقيقة هي أن اليهود العديين الذين كانوا ينفذون بإعازات زعمائهم وجدوا أنفسهم فجأة والحرب محيطة بهم أما هؤلاء الزعماء بالذات ومندوا بهم وعملاءهم الرئيسيين والزعماء الثانويين أي باختصار هؤلاء الذين نظموا شبكات التخريب في كل مكان وعملوا على التمهيد للحرب فإنهم هم الذين تسللوا إلى أوروبا وأمريكا وفلسطين وهم الذين يلبسون أمام الشعوب العربية الثياب الحمل سعيمين أنهم كانوا ضحية الاتحاد المزعوم وهم الذين نظموا ووجهوا هذا الاتحاد ثم جاءوا تحت اسم الصهيونية يزعمون الدفاع عما يسمونه بالشعب اليهودي ولو أراد العالم حقا حماية اليهود لعمدوا إلى القضاء على هذه المجموعة من المجرمين لو أراد اليهود ذاتهم حماية أنفسهم بالفعل لكن عليهم هم أن يخلصوا العالم أولا من هؤلاء من مجمع الشر الذي يتزعمهم الخفايا السياسية للحرب العالمية الثانية إنجلترا، تشامبرلين وتشيرشل، ألمانيا، هتلر والنازية ذكرنا في مطلع هذا الفصل كيف تكونت نخبة من رجالات إنجلترا على رأسها الأميرال دونفل والكونونير رونزي جعلت هدفها تنبيها الحكومة الإنجليزية إلى خطر اليهودية العالمية وعندما تولد تشامبرلين رئاسة الوزارة الإنجليزية أخذ الأميرال دونفل ورمزي على عاتقهما شرح خفايا الأحداث لح وتنبيهه إلى الخطر وإلى أن المرابين العالميين يعملون على إشعال نار الحرب بين إنجلترا وألمانيا كما بيان له أهداف هؤلاء من الحرب وكان بحاجة إلى الدليل القطائي لإقناع الميستر تشامبرلين بهذه الحقائق بيد أنهما استطاع تنبيهه إلى مكمن الخطر وهكذا اتخذت حكومته موقفا حذرا إزاء آزمات السياسة العالمية رفضة الإنصياع لرغبات المرابين العالميين وكان تشامبرلين مدركا لخوث معاهدة ذرساي ومدى ما تضمنته من تعصف ومظالم وهذا ما جعله يفضل معالجة القضايا الناجمة عنها بالتريذ فكان من نتيجة ذلك أن جبهة المرابين العالميين أخذت تنظر إليه نظرتها إلى الخصم الذي يجب أن يزاح عن الطريق وعندما ثارت أزمة السوديت بسبب إقدام هتلر على احتلال هذه المنطقة التي اقتطعتها معاهدة فرساي من ألمانيا وضمتها إلى تشيكوسلوفاكيا لم يلجأت تشامبرلين إلى إعلان الحرب بل فضلت دعوة إلى مؤتمر لمعالجة هذا الموضوع لا سيما وأن المعلومات التي بسطها له الأميرال دونفيل ورمزي زودته بالحذر اللازم اتجاه مآرب زعماء اليهودية ولم يكن هتلر من جانبه أقل رابة في مسلامة بريطانيا كما سنبينه فيما يليه فإذا أنه كان مصر على رفع جميع المظالم التي فرضتها معاهدة فرساي على ألمانيا ومسح جميع نتائج هذه المعاهدة المشؤومة وقد انعقد المؤتمر في ميونيخ وكل لب النجاح ونجح العالم في تجنب الحرب في اللحظة الأخيرة وعاد تشامبرلين إلى إنجلترا ليزوفا إلى بلاده بشرة السلم أدرك المرابون العالميون بعد أن خبت خطتهم بسبب موقف تشامبرلين أنهم لن ينجحوا في إثارة الحرب إلا بإرغامه على ذلك أو بإزاحته عن الطريق كما أدركوا أنه يتخول شيئا فشيئا إلى خصم لهم وهكذا أوعزوا إلى أجهزتهم ومنظماتهم ببدء المعركة ضد تشامبرلين وكان سلاحهم الأول في هذه المعركة أجهزة الإعلام والدعاية بالطوع التي يسيطرون عليها من صحف وإذاعات إلى آخره وشنت هذه جميعا حملتها ضد تشامبرلين متهمة إياه بالتواطأ والانصياع لهتلر بل وحتى بالميل إلى الفاشية ورددت أجهزتهم في أوروبا هذه الاتهامات حتى أصبحت لصيقة به ولتزال معظم المصادر العالمية وكتب التاريخ التي تبحث في اتفاقية ميون اختصمها بأنها كانت فشلا للسلم ولأوروبا وللتشامبرلين بذات مع أنها الاتفاقية التي أبعدت شبح الحرب وحفظت السلام العالمي كان العقيد رامزي والأميرال دونفلي وحثان الجهد بحثا عن البراهين المادية التي يستطيعون وضعها تحت عيني رئيس الوزراء ليقناعه نهائيا بما هي الخطر الذي كان يتلمسه تلمسا وأسعفهم الحظ أخيرا شخص المستر تايلر كانت الضابط الأمريكي الذي كان مكلفا بتلقي وإرسال البرقيات بالشفرة السرية في السفارة الأمريكية في لندن ومساعدته السيد عاناول كوف فقد كان هذان مطلعان بحكم منصبيهما على كافة الوثائق السرية التي تمر بالسفارة الأمريكية وأدرك نتيجة لهذه المعلومات أن الحرب على الأبواب دون أن يدرك أحد ذلك ودون أن تكون لأي شعب من الشعوب مصلحة في مجزرة شاملة كهذا وثار ضميعهما عندما علم أن مدبري هذه الحرب المستفيدين الوحيدين منها هم تلك العصابة المعالمية المترابطة سرا مجموعة أرباب المال العالميين اليهود فأخذ يفكرني جديا بالقيام بعمل ما لمحاولة منحي هذه الحرب وقد استقي المعلومات الرئيسية من سسرة البرقيات المتبادلة بين تشارشل والرئيس الأمريكي روزفيلد التي كشفت لهم القناع بدون مواربة عن أشخاص وعداف زعماء اليهودية العالميين الذين يسيطرون سرا على مقاريد الأمور ويوجهون التعليمات والإرشادات إلى تشارشل وروزفيلد ذاتها وكان تيلر يعلم أن رمزي والأميرال دونفيل يمثلان تلك النخبة من الشخصيات الإنجليزية التي تعمل على محاربة زعماء اليهودية وتجنيب العالم الحرب وهكذا تجاه آخرا لمقابلة رمزي وعرض عليه أن يأتي إليه بالوثائق الأصلية لمشاهدتها في منزله الواقع رقم 47 ساحة كلوستر في لندن وقد حصل رمزي على نسخة من هذه الوثائق وعرضها على الميستر تشامبرلين الذي أدرك نهائيا أنائذ حقيقة المنزلق الذي يسير عليه العالم أما في ألمانيا فكان الصراع المكتوم يدور بين هتلر والنازيين المتطرفين الذين يمثلون طبقة الأرستقراطية العسكرية الجرمانية وذلك بالرغم من اندماج هتلر بهم بشرة كاملة منذ عام 36 فقد كان هتلر لا يزال مؤمنا في عماق تفكيره بوجوب الاتفاق مع بريطانيا والغرب وتحديد أهدافه بتحقيق مطالب ألمانيا ولسيما إزالة جميع آثار معاهدة فرساي أما النازيون المتطرفون فكانوا يعتزمون السير معاه في هذه الرحلة حتى نهايتها ثم التخلي عنه بعد ذلك وإجباره على المضي في تحقيق أهدافهم الرامية إلى فرض سيطرة العرق الجرماني على العالم بالقوة وكان هتلر مقتنعا من ناحية أخرى منذ اجتماعه بتشامبرلين بأن رئيس الوزراء الإنجليزي مدرك لحقيقة خطر اليهودية العالمية ومخلص في اعتزامه عدم الانصياع لرغبات المرابين العالميين اليهود فجعله هذا يحاول جهده لتفادي الاستضام مع إنجلترا وهكذا ساكت أشهر انطوار عن تجاهل بولونيا للمذكرة الألمانية كما سكت عن هذه الإهانات الجارحة التي كانت تكيلها لألمانيا الصحافة الغربية التي تسيطر عليها اليهودية العالمية بيد أنه لم ينجح إلا في تأخير اللحظة الحسيمة فترة أخرى ذلك أن التوتر كان يزداد بصورة عنيفة ويغذيه سيل الدعاية الجار في أوروبا وضعط النازيين المتطرفين في ألمانيا عليه بحيث أصبح الصدام أمرا حتميا واندلعت الحرب أخيرا في الأول من أيلون 39 حين اجتعت الجيوش الألمانية وخيرا بولونيا لم يكن هتلر بالرجل الذي يتراجع عن أرائه بسهولة وإذا كان قد أعلن الحرب على بريطانيا والحلفاء بعد أن وجد أن الحرب أصبحت الحل الوحيد الحتمي فإنه كان ليزال مؤمنا في قرارة نفسه بأن الحل الأمثل هو الاتفاق مع بريطانيا والتخلص من المرابين العالميين بضربة واحدة بيد أن المرابين العالميين وزعماء اليهودية العالمية كانوا يعلمون أنهم إنما يقامرون بمصيرهم في أكبر لعبة اللاعبوها في تاريخ مؤامرتهم وأن تفادي الحرب يعني بصورة حتمية أيضا أن ينال منهم وهذه النازية التي منحوها هم القوة الضاربة في سبيل هدف واحد ويشعل نار حرب عالمية شاملة تكون النازية أحد معسكراتها تفلت منهم وكانوا في ذلك يجدون في تشامبلين عثرة في طريقهم حتى بعد أن اندلعت الحرب ذلك أن تشامبلين كان يتحين أول فرصة لعقد الصلح وقبوله اندفعت الجيوش الألمانية فاحتلت بولونيا ثم اكتسحت فرنسا وأوروبا الغربية وكانت فرق الدبابات الألمانية الشهيرة البانزر قادرة على إلقاء الجيش البريطاني في البحر وإجباره على الاستسلام حين صدر إليها أمر من هتلر يوم الثاني والعشرين مارس 1940 بالتوقف وكان نص البرقية التي تلقها الجنرال فونك لايست قائد الفرقة المدرعة كما يليه على جميع الفرق المدرعة التوقف حالا على مسافة معتدلة من مرمى المدفعية في مدينة دانكارك يسمح فقط بتحركات دفاعية أو استطلعية كاد يجن جنون الجنرال فونك لايست الذي كانت قواته قادرة على سحق الجيش الإنجليزي بصورة نهائية حين صدر إليه هذا الأمر العجيب بالتوقف ولم يلبث أن وصلت برقية ثانية أشد غرابة تعمره بالانسحاب إلى وراء خط القتال القريب من المدينة بعد أن عبرته الدبابات الألمانية بالقوة والتوقف بعيدا لمدة ثلاثة أيام ينقل الكابتل ليدل هار تحضر ضباط أركان حرب الجنرال فونك لايست في كتابه الذي ألفه في مبعد باسم الطرف الآخر للهضبة ما جرى في المقابلة التي تلت ذلك بين الهيتلر والفيلد مارشل فون روتشتيد القائد الأعلى للقوات الألمانية مصحوبا من الجنرال فونك لايست الذين جاء للاحتجاج على هذه الأوامر المستغربة فقد فجأ القائدان الألمانيان بأشد من مفاجأتهم الأول حين السمع إلى أقوال الهفورر الذي أخبرهما بأنه أسطر أوامره هذه خصيصا للسماح للجيش البريطاني بالانسحاب محتفظا بقواه بسمعته العسكرية وذلك لأنه يعتقد بدرورة بقاء الإمبراطورية البريطانية وأملا منه في الوصول عن هذه الطريق إلى عقد صلح مع لندن تنتهي به الحرب حالا على أساس اعتراف إنجلترا بمكتسبات ألمانيا يجب أن نعيد إلى الذاكرة في معرض وصف هذا الموقف حدثا آخر هو امتناع الطيران الألماني عن قصف بريطانيا بالقنابل طيلة الأشهر الأولى للحرب وبأسرة أدقت لتفترة وجود تشامبرلين على رأس الحكومة وامتناع بريطانيا على الإغارة على الأراضي الألمانية بدورها وذلك تنفيذا لما أعلنه تشامبرلين يوم الثاني من أيلول 1939 أي يوم إعلان الحرب في تصريحه الذي قال فيه بأنه سيصدر أوامره إلى قواته بعدم ضرب أي أهداف أخرى سوى الأهداف العسكرية فقط وهذا يعني تفادي الإغارات على المدنيين والمدن الآمنة استمرت الحرب فترة من الزمن بعد انسحاب الإنجليز من درنكارج على هذه الصورة الهادئة شبه السلمية فالألماني يمتنعون من الإغارة على إنجلترا والإنجليز لا يقومون إلا بعمليات محدودة محصولة النطاق حتى أن الحرب أنائذ سميت بالحرب السخيفة بيد أن ذلك كان عكس ما يريده النازيون المتطرفون في ألمانيا والمغربون العالميون في إنجلترا فاشتدت حملة الدعاية والتشهير في إنجلترا ضد تشامبرلين ترافقها حملة ضغط شديد حتى اضطر إلى استقالة بصورة شبيهة باستقالة اللورد أسكويت في الحرب الأولى وخلفه في رأس الوزارة نفس الوجه الذي كان أحد من خلف أسكويت عام 1916 وهو وينستون شيرشل وفي اليوم الذي صعد فيه إلى الحكم أن يوم الحادي عشر من مارس 1940 أصدر أمره إلى الطائرات البريطانية بالإغارة على المدن الألمانية للمرة الأولى فاتحا بذلك الباب لقصف السكان المدنيين في المدن وفي العالم كله كان هذا كل ما يتمنه النازيون المتطرفون الذين سروا من اجتداد الحرب ورأوا فيها الفرصة السانحة لاجتياح الشرق والغرب معا لا سيما وقد أذالتهم الانتصارات الصاحقة التي أحرزتها الجيوش الألمانية خلال السنة الأولى للحرب فعقدوا في مارس 1941 اجتماعا عما قياديا قرروا فيه الإفادة من سياسة هتلر الميالة لإنجلترا لتعديل مجرى الحرب وذلك عن طريق إرسال مبعوث شخصي لهم إلى إنجلترا لإقناع الحكومة البريطانية بعقد الصلح مع ألمانيا والوقوف على الحياد بعدئذ للسماح للجيوش الألمانية باجتياح الاتعاد الصوفيتي والقضاء على الشيوعية ووقع اختيارهم على شخصية بارزة هو رودلف هيس الذي كان يعتبر الساعد الأيمن لهتلر ليكون مبعوثهم إلى إنجلترا وقد ذهل العالم كله أنئذ حين سمع نبأ هرب هيس ورجوه إلى إنجلترا وكان بين من دهش لذلك هتلر ذاته الذي لم يدرك سبب هرب مساعده وقد اجتمع هسب تشيرشل بحضور لورد هاملتون وبين له اقتراحات قادة الأرستقراطية العسكرية الجرمانية التي تتنخص بعقد الصلح بين الطرفين ويتعهد هؤلاء بالإتاحة بهتلر بعد ذلك حالا ويتحول جهدهم الحربي إلى الاتحاد السوفيتي ولكن تشيرشل رفض هذا العرض اتجه القادة العسكريون النازيون المتطرفون إذ ذاك إلى هتلر شخصيا وأبلغوه ورأيهم بضرورة مهاجمة الاتحاد السوفيتي تفاديا لترك ألمانيا مكشوفة الظهر حين تشرع في عملياتها الحربية البعيدة المدى فلم يرى الفهر البدا من الموافقة على رأيهم وفي يوم الثاني والعشرين حزيران 1941 اقتحمت الجيوش الألمانية الاتحاد السوفيتي أصبحت الحرب عالمية منذ إذن واكتمل طابعها الشامل بإعلان رصفلت الحرب على ألمانيا وأصبحت شرش الرجل الحلفاء الأول ورجل بريطانيا القوي وكان أول ما عمد إليه القبض على جميع أخصامه السياسيين وإيداعهم السجون لفترات غير محدودة استمر بعدها حتى نهاية الحرب وذلك خلافا لكل ما عرفته بريطانيا في تاريخها وقد اعتقل كل من الأميرال دونفيل والسيد رامزي وزوجتهما وعدد من أستقائهما ومئات من المواطنين الآخرين وكان السبب سكوت الشعب البريطاني عن هذه الاعتقالات حملة الضعاية المحمومة التي أثرتها أجهزة الضعاية والصحافة التابعة للمرابين العالميين منادية بأن في إنجلترا طابورا خمسا هتلريا ضخما والمطالبة بالقبض على أفراد هذا الطابور المزعوم ويرد علم الزعيم هؤلاء ما برهن عليه القضاء البريطاني وتحقيقات المخابرات البريطانية إذ لم تثبت على أي من المعتقلين على الإطلاق تهمة التعاون مع الألمان التي لفقها لهم عملاء المرابين اليهود وقد حاول هؤلاء تلفيق مثل هذه التهمة لليدي نيكلسون زوجة الأميران نيكلسون أحد كبار قادة البحر البريطانيين السابقين ولكن القضاء البريطانية برأها فعمدت حكومة تشيرشل الاعتقالها دون أي تهمة للانتقام منها على مناداتها قبل الحرب بمنع نشوب هذه الحرب صدرت أوامر الاعتقال هذه جميعا وجميع الأعمال الأخرى المنافية لكل ما عرف عن التقاريذ الدستورية في إنجلترا باسم هيربرت ماريسون وزير الداخلية في حكومة تشيرشل وقد عاد ماريسون عام 1954 فظهر ثانية بوجهه الحقيقي في كندا حين تزعم حملة جمع تبرعات لمساعدة الصهيونية وهكذا يبدو الارتباط واضحا بين حكومة تشيرشل وبين زعماء اليهودية العالمية لم يخمد في سجن صوت قائد كالأميرال دونفيل فلم يكن يخرج من سجنه حتى نشر كتابه الشهير من أميرال البحار الناشع الذي كشف فيه سر الأحداث والجهات التي قادت للحرب العالمية الثانية وحذر منها الشعب الإنجليزي وتبعه الكولونير رمزي فألف كتابه حرب دون اسم وتمكن هذان الكتابان بالرغم من اختفائهم من الأسواق من فضح بعض أسرار المؤامرة للرأي العام الإنجليزي والأوروبي توفي رئيس الوزراء الأسبق نيفيل تشامرلين وهو متألم إذ يرى بلاده تسق إلى مجزرة شاملة للدفاع عن مصالحه مآر بحفنة من المرابين اليهود وتبعته حملة التشهير التي شنها هؤلاء حتى يوم وفاته بل هي لا تزال قائمة حتى الآن في كتب التاريخ التي تصفه بالضعف والخوف من هتلر بينما لا يزال سير وستر تشيرشل يعيش حتى الآن مغمورا في الأمجاد وفي بحبوحة من الثراء تلاحقه أكاليل المديحة أينما ذهب بيد أنني أريد أن أختتم هذا الفصل بذكر حقيقتين بسيطتين وعميقتين في الوقت نفسه أزجيهما لسير وستر تشيرشل وكل من قد يغره تصار مؤقتا في الغرب أما الحقيقة الأولى فهي أن الإنسان لن يصحب معه إلى القبر شيئا من كنوس الدنيا أو من أكاليل الثناء والتمجيد وأما الحقيقة الثانية فهي أن القبر ليس النهاية بل إنه الطريق الذي لا مناصى منه ولا مفر بعد القبر من تقديم الحساب أخيرا حيث ليس للمرعبين العالميين من حول أو طول الفصل الثاني عشر عالمنا الحاضر تعقب نعثر المؤامرات العالمية عبر القرون الماضية حتى وصلنا إلى خاتمة المطاف في الحرب العالمية الثانية هذه الحرب التي عم بلاؤها جميع الأمم كما لم يعم من قبله فخلفت الأنقاذ في كل بلد وتركت راه عشرات الملايين من الضحايا ومئات الملايين الآخرين من اليتام والثكال والمشردين أو ذوي العهات الدائمة وذلك كله إرضاء لأحلام فئة ممن خرجت بهم أننيتهم المجنونة المتوارثة عن الطبيعة الإنسانية والذين مبرحوا منذ قرون عديد يقودون قوى الشعر في عالمنا بعبقرية مجنونة ويرعون الاتراب المادية والروحية والفكري وينشرون الفساد بحسب مخططات يتناقلونها جيلا بعد جيل كان قمينا بهذه الحرب أن تكون درسة للإنسانية يحملها على توجيه جهدها أخيرا بصورة واعية منهجية إلى تفادي تكرار الكارثة عن طريق رفع الحيف والجور عمن أصيب بهما والبحث عن أسباب الأزمات والإضطرابات لحلها دون نظر إلى مبادئ العدل والمنطق والحق التي اندذت بها الشرائع والأديان والقوانين جميعا ورسمت لها المناهج والتي تحاول قوى الخير جاهدة في كل مكان للدفاع عنها وترسيخها في العقول والأفئدة ولكن العالم عود السير في طريقه القديم عادت الأحداث كالسال في عادها شبيهة إلى درجة مستغربة بأحداث القرون الماضية فكأن العالم لم يتعلم شيئا وكأن التاريخ يكرر نفسه بالسمرار ولعله يجدر من أن توقفه نيهة عند هذه الكلمات الأخيرة التي لا يخلو شعب من التعبير عن معناها على طريقته لا جديد تحت الشمس ما أشبه اليوم بالبارحة أو التاريخ يعيد نفسه فكأنما الشعوب قد أدركت بصورة اللواعية ترشابها الغريبة بين الأحداث التي مرت في حقب سارفة وهذا شيء طبيعي لأن الذين يسيلون الأحداث من وراء السطار هم أنفسهم لم يتغيروا ولأن مخططاتهم برحت تنفذ يوما بعد يوم ليس هذا الكتاب سوى نداء لتنبيه المبالين أو اللواعيين في أمريكا والغرب إلى الخطر الكامل الذي سيعصف بهم لا مناص إذا لم يتذارك قبل فوات الأواني هذا الخطر الذي يتجسد في المنظمة الصهيونية وفي القوى الخفية التي تهيمن عليها وفي الأوساط التي تعمل لمصلحتها أو تؤيدها لا يستطيع أحد اليوم أن يعلم إلى أين يسير عالمنا إلا عن طريق الاستنتاج بصورة عامة لدى مقارنة الحاضر بالواضي وعلى ضوء ما نعلمه الآن عن المخططات الكبرى للقوى الخفية بيد أن هناك حقيقة يعلمها الجميع وهي أن تخطيط عالمنا الحالي جرى في مؤتمرات طهران ويالتا وأمستردام 1943-1946 من قبل ثلاثة الكبار تشيرشل وروسفلت وسطالين ولا يمكن لأحد سوى بعض المطلعين بصورة استثنائية من الموجودين في المجالات العليا أن يدعي معرفة كنه الاتفاقيات والمخططات التي وضعت في هذه الاجتماعات الثلاثة فهذه لا تزال حتى الآن قيد الكتمان تحيط بها حشب كثيفة وقد تكشف عنها تغييرات الجديدة المقبلة ذات يوم لا يمكن لأحد المجارة في أن الكبار الثلاثة ومن يشيرون عليهم أو يوجهونهم هم الذين رسخوا سلفا شكل العالم الذين عيشوا فيه الآن وهذا ما يفسر لنا أحداثا تثير العجب كاعتراف استالين وأمريكا معا بالدولة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها بيد أن ذلك ليعني أن الثلاثة الكبار كانوا قلبا واحدا أو جبهة واحدة بل العكس هو الصحيح لأن استالين كان قد انقلب على المرابين العالميين منذ ما قبل الحرب وتمكن من عن طريق التطهيرات المتعددة التي أجراها من التخلص من جميع الزعماء الشيوعيين اليهود ولم يكن تحالفه من الغرب وبالتالي مع المرابين العالميين الذين يسيطرون على الجهات التي تحكمه سوى نتيجة واقعية لاضطراره لمشابهة عدوه من مشترك النازية أو بتعبير آخر الأرستقراطية العسكرية العرقية الجرمانية أدرك المرابون العالميون منذ تبين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية أن الصالين قمين باكتساح أوروبا ذاتها ومهاجمة أمريكا بعد الحرب العالمية للقضاء عليهم دفعة واحدة وبسط هيمنة الشيوعية على العالم بأسره وكان القادة الوطنيون العسكريون والمدنيون في أمريكا وأوروبا متنبهين لهذا الخطر أيضا بيد أنهم كانوا يرون أن الوسيلة لدرئه هي إنهاء الحرب حالا مع اليابان وطرح القضية على شعوبهم وإجراء مفاوضات صريحة مكشوفة مع الصالين ولكن هذا الحل كان يعني بالنسبة للمرابين العالميين افتضحوا أمرهم للشعوب التي كانت صورة ويلات الحرب لا تزال ماثلة لا أعينها فلم يترددوا في تبني حل آخر أقرب إلى تفكيرهم وهو إظهار القوة الضاربة للغرب أمام الصالين ويعطاهه صورة عملية عن الرد الذي سوف يتلقاه في حالة أقدامه على مهاجمة الغرب وقد وقع اختيارهم على اليابال تكون كبش الفداة أي حقل التجربة ولم يدخلوا في حسابهم بالطبع أن هذه التجربة سوف تقضي على مئات الآلاف من الضحايا في مجزلة صاعقة رهيبة ذلك أن هذه القوة الضاربة كانت كاملة في السلاح الرهيب الذي ظهر أنئذ لأول مرة القنبلة الذرية لم تنفع احتجاجات بعض كبار الضباط الأمريكيين مما نفروا من هذه الوسيلة البربرية في منع وقوع الكارثة لأن برنارد باروخ بقية ممثلي المنابين العالميين كانوا قد أقنعوا الرئيس روسلت بضرورة استعمالها وهكذا سقطت القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما ولم تلبث أن تبعتها القنبلة الثانية على نكزاكي استسلمت اليابان بعد أيام قلائل من إلقاء القنبلتين الذريتين عليهم وقامت حملة دعاية ضخمة منذ إذن جندت لها جميع الأجهزة العالمية المسيرة من صحف وإذاعات وأفلام إلى آخرة لمحاولة تبرير هذه الفعلة الشنعاء بزعم أنها كانت السبب في استسلم اليابان السريع في تقسير أجل الحرب ولكن الحقيقة هي أن اليابان كانت موشكة على الاستسلام دون ما حاجة لهذه الجريمة النكرى وقد صرح بذلك علن الجنرال ماك أرثر ذاته قائد القوات الأمريكية في الشرق الأقصى وغيره من كبار القادة الأمريكيين أنائذن بل قد كشف الستار فيما بعد أن اليابان كانت قد أجرت محاولات عديدة طالبة للإستسلام والدخول في مفاوضات للصلح ولكن محاولاتها قبلت بالرفض الباد الذي أوعز به أولئك الذين كانوا يعدون العدة لإلقاء القنبلة عالمنا اليوم كانت نتيجة الحرب بهذه الصورة وإلقاء القنبلتين الذريتين أن الموقف العالمي تجمد بين السالين والغرب حسب اتفاقيات طهران ويلطا وبوتسدام هذه الاتفاقيات التي قسمت العالم من جديد إلى مناطق نفوذ ضاربة صفحا بأمان الشعوب الصغرى شبيهة بفروحها بمعاهدة برساي وهكذا خرجت الشعوب من الحرب العالمية الثانية لتجد نفسها محرومة مرة ثانية من حق تقرير المصير ولتجد أن القوى الخفية التي تحاول أن تلعب بمصائرها لا تقيم وزنا للقيام الروحية السامية أو لمبادئ الحق والعدل ولكن الأمر يختلف هذه المرة عما سبق ذلك إن الوعي الإنسانية يقظ في كل مكان ولم يعد بالإمكان فرض أوضاع مشابهة لما جاءت به معاهدة برساي دون أن تثير هذه الأوضاع مقاومة شديدة وقامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لتصريف الشؤون العالمية سلميا وبحسب مبادئ أقلقية ثابتة ولكن القوى الخفية سللت كعادتها إلى هذه الهيئة منذ قيامها وهي لم تنفك منذ إذن عن العمل السيطرة عليها ونتبين أثر هذه القوى واضحا في بعض المقررات الجائرة التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة وفي تقعسها عن رد بعض المظالم الفاضحة التي تعرضت لها شعوب مختلفة أو عجزها عن تنفيذ بعض مقرراتها العادلة ويجب أن يتنبه العالم إلى ما يدور في هذه الهيئة وأن يكون على درشة من اليقاطة تأذين له بإيقاف تسلل قوى الشر إليها بيد أن الأمم المتحدة ليست كل شيء فالشرق الأوسط والشرق الأقصى وإفريقيا وأمريكا الجنوبية بل وحتى دول المعسكرين الشرقي والغربي تجابه معدلات متعددة وأزمات لا تجد حل اللحة وإلى هذا فإن الدعايات المضلة تتجه بشكل طاغ وبدهاء شيطاني إلى هذا الشعب أو ذاك بصورة لا ريب معها في أنها دعايات تحركها قوى شديدة السلطان لتسمم أفكار الشعوب وتملأ عقولها بالمعلومات المضللة أو لتفرق شبيبتها في طيارات فاسدة وتحيد بهم عن الطريق السوي بعد أن تضلل تفكيرهم وتوجهه كيفما شاءت على أن عالمنا يشهد الآن تطورات عميقة تشمل كافة أرجائه للمرة الأولى في التاريخ فقد عمت موجة التحرر عند الشعوب الصغرة وأصبح اللاعب بمصاريها أقل سهولة مما كان عليه قبلا ولكن هذا لم يمنع قوى الشر المتأمرة من محاولة الإفادة من ضعارة خبرة هذه الشعوب لتطويق كل منها ماديا وفكريا واقتصاديا وتخطيم القيم الروحية والخلقية فيها وتعميم الرشوت والفساد والأحقاد ضمانة لاستمرار سيطرتها الخفية عليها وحدثت تغييرات جذرية شاملة في الاتحاد الصوفيتي منذ وفاة الصالين فقد أزاح المسؤولون الجدد الكبوس الذي كان جثما على قلب شعوب الاتحاد الصوفيتي وكشفوا الستار علنا دون خوف أو تردد عن خفايا سياسة ستالين وآساليبه وأعماله وأخرجوا بلادهم من نطاق العزلة الحديدية التي كانت تعيش فيها وقد حدث تطور هائل في أمريكا لا سيما في عهد الرئيس الراحل كيند الذي قام بمحاولات صادقة لتفاهم قضايا الشعوب وإبعاد شبح الحرب عن العالم فضلا عن الشعب الأمريكي ولا تزال التطورات أخذة مجرها في الحياة الأمريكية لا ريب في أن العالم يتساءل متلاهفا عما تخبئه له المرحلة القادمة ولكن المستقبل ليس ملكا لمخلوق وكل ما نستطيع فعله هو مقارنته بالماضي والحاضر واستنتاج فكرة عامة عن دراستنا للتاريخ ولعله يمكننا القول استنادا إلى هذه النتيجة وأن الأعوام المقبلة سوف تكشف لنا عن أحداث قد تغير كل تنبؤ أو تخطيط وقد تكون بعيدة المدى بحيث تغير وجه العالم الحالي ولن تكون قوى المؤامرة العالمية أغريبة عن كل هذا بل ستلعب دورها الخفية ناظرة إلى هدفها الدائم القضاء على الحرية وتمزيق الشعوب خارجيا وداخليا والسيطرة عليها شيئا فشيئا فكريا وماديا واقتصاديا بأي وسيرة كانت وتحت أي قناع تستطيع لبسه حتى يتم لها استعباد العالم بأسره لمصلحتها نعتقد أن ما جاء في هذا الكتاب كاف للتحذير من المؤامرة العالمية المستمرة وتعريتها أمام الملأ من الأقناعة الحالكة التي تتسطر وراءها ويجب أن يتنبه العالم الآن أن القوى الخفية تعد في يومنا هذا لإشعال نيران حرب عالمية ثالثة ستكون إذا حدثت القاضية على المجتمع الإنساني في هذه المرة ولن يكون هناك من يقف في وجهها للسيطرة على العالم أو ما يتبقى منه ويجب على الشعوب بالتالي أن تضع نصب عيونها هذا الخطر وأن تتصدى متعقذة لكل من يحاول جرى العالم إلى حرب عالمية ثالثة ويكفيها أن تذكر أن الدمار الشامل سيكون النتيجة الحتمية لهذه الحرب التي يستوي فيها الغالب والمغلوب والمتفرش وأن الرابح الوحيد سيكون ترجار الحروب أو بتعبير آخر زعماء اليهودية العالمية ستكون معركة الإنسانية شقة مع أعدائها العتات هؤلاء لأنهم يتمتعون بدهاء وخبرة لا يحدهما حد ويهيمنون على طاقات فكرية ومادية ضخمة فهم قادرون على لبس أي قناع وعلى التسلل في قلب أي شعب تحت مختلف المظاهر ولكنك تجدهم دائما خلف الفساد والحقد والانهيار الخلقي وحيث تجد تلك الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بحياة الأمم أما الدرب الخلاص فهو درب الحفاظ على القيم الفكرية والروحية الخلقية تلك القيم التي بنتها الإنسانية بعد أجيال طويلة من رحلتها عبر التاريخ والتي مقامت الشرائع والأديان والقوانين والإصلاحات إلا لدعمها وترصيخها أنا أعرف تمردكم وقلوبكم الصلبة إنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم ويصيبكم الشر في آخر الأيام النبي موسى عليه السلام موسى عليه السلام